السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وانس محمد ابراهيم. من قناتكم محمد حمودة للتقنيات. ان شاء الله هناخد ازاي اه تسجل في موقع اه او المنصة الالكترونية. طبعا دلوقتي اه اغلب الناس معاها رموز الفصل او رمز الفصل الخاص بيك. سواء للغة العربية او رياضيات او ايا كان. اه بتعمل اول حاجة طبعا بتخدش على الموقع ايدمودو. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. هتدخل على حساب طالب او انت طالب او حساب معلم. اه او حساب ولية امر ايا كان. خلينا بس الحساب طالب الاول. قبل ما تدخل على ايدمودو لازم تخش على حاجة مهمة جدا. حاجة اسمها استعلام عن اكواد الطلاب. تمام? اه اول حاجة هتكتب الرقم القومي اه اللي اربعتاشر رقم هتكتبهم كاملين. وتكتب تاريخ الميلاد سنة الميلاد والشهر واليوم. وبعدك هتختار المحافظة جميع محافظات مصر موجودة وتختار انها ذكره على انسى وتقبل تسجيل الدخول. هيديك رقم مكوّم من تسع ارقام. ده اسمه اه الكود الطالب. بعد كده بتخش على ايدمودو. هسيبلك الرابط ده اسفل الفيديو. وتضغط على حساب طالب. لازم يكون معاك اه حاجتين دلوقت. اول حاجة رمز الفصل اللي انت هتاخده. ولو انت هكمال معاكش رمز الفصل اللي ما فيش مشكلة. انا هقول لكم هنعمل ايه? اه التاني حاجة يكون معاك كود الخاص بيك. الاسم الاول هتكتب اسمك الاول. اللي هو موجود هنا فوق. واسم العائلة هتكتب اسمك التاني او اسم العائلة. مش فرقة. اه وتكتب اه رمز الصف. انا هقول لك هنعمل ايه في دلوقت? اسم المستخدم بقى اللي هو فيه الكلام. هنكتب ايه ايه ام او ايه. وبعد كده هنكتب رقم الايه. رقم الايه الكود. الرقم اللي هو بتاع كود الطالب هتكتبه. كنترول فيه. البريد الالكتروني. بيقول لي اهو عم نهلي بالليون الاحمر عشان بيقول الاسم المستخدم تم استخدامه من قبل. بس انا بوضح لكم بس كده. اه كلمة المرور هتكتب اي كلمة المرور انت اه يعني تبقى قوية شوية ما تبقاش يعني اه رقم تليفون او كده يعني تبقى حاجة ايه اه ما تقلش عن تمن حروق او ارقام. والافضل ما تبقاش حاجة سهل من حد يعرفها. اه رمز الصف ده اللي فضل لنا دلوقت عشان نعمل انشاء حسابك. طب البريد الالكتروني مكتوب بمكوسين اختياري يعني انت اصلا ممكن ما تفضوهش. بس لو عندك ايميل حطه مفيش مشكلة عشان لو لو قدر الله انسيتك كلمة سيرت الادار تستعادها. هنطري ان هاي بعتك رسالة على البريد الالكتروني. اه رمز الصف بقى هنكتبه فيه. هقول لكم نكتبه فيه. هنكتب كود معين فيه. وبعد كده هنبقى نمسح الكود ده. هقول لكم ازاي. هو اربعة ايو. تمام. طب انت واحدة يقول لي مسلا طب ده مش رمز الفصل بتاعي. انا لسه ما جاليش رمز الفصل. طيب انا هقول لك هتعمل رمز الفصل اللي احنا عاملينه ده ده حاجة مؤقتة وبعد كده احنا هنمسحها ونكتب رمز الفصل من جديد. هقول لكم ازاي برضه من جوة ان شاء الله. اول حاجة دلوقتي اه بعد ما تكتب رمز الفصل اللي انا هتحط طولك ده وهسيبه لكم اسفل فيديو. وكتبت كلمة المرور. هتعمل حاجة اسمها انشاء حسابك. هتضغط هتدخل على طول على اه ان شاء الله على حسابك. ما فيش اي مشكلة. بيفتح لك صفحة جديدة. هنفتح هنعرف بقى ازاي ازاي تضيع الرمز الفصل وازاي تضيف رمز الفصل. بعد ما دخلنا وبعد ما دخلنا دلوقتي على حساب هنسخل على من فوق هنا زي ما انت شايفين الفصول الدراسية. انا ضغط على الفصول الدراسية. هتلاقي عندك فيه فصل اللي انت دخلت فيه اللي هو اه اربعة اي اي يو اللي انا كتبه لكم الرمز ده. دخلك على الفصل اه اه معين في مدرسة معينة. انت هتعمل هتضغط هتلاقي الصف كزا الصف كزا الصف السادس اه انجليزي الصف الرابع الصف التال الخامس تمام. هتضغط على الثلاث شورة دول وتقول له انسحاد. هقول لك هلأ انت موافق من الانسحاد? قل له نعم. بعد كده هيجي لك اه تطلع فوق شوية هيجي لك علامة الزائد دي. زي ما انت شايفانها. اوما تضغط على رفصول دراسية فوق. هيجي لك علامة الزائد. هتضغط على علامة الزائد دي هيظهر لك يقول لك التاحك بفصل دراسية. نزلت من علم ده. تمام? هتضغط على التاحك بفصل دراسي. هي نزلت من تحت الزائد دي. او ما دغطت على الزائد. ويجي لك حاجة اسمها الرمز. تضغط الرمز الموجود اللي هيدهه لك مدرس الفصل اللي هتواصل معي. وتبدأ تسأله على اي مشكلة في البحث او الكلام ده. وبرضه من المنصة دي هتبدأ ترفع تبدأ ترفع بيها البحث عن طريق هقول لكم فيما بعد هنرفعه لزاي. بعد كده بعد ما ترفع البحث يبقى انت كده اتمامت العملية اه تماما وخلصت كل حاجة معناك رفعت البحث يعني خلاص انت راجعت وعملت كل حاجة مطلوبة وبترفع البحث. بعد ما عملت البحث. طيب ازاي بقى نعمل البحث بقى? اول حاجة احنا كده خلصنا الحمد لله الحاجات دي كلها. نطلع بقى. عرفنا الاستعلم عن كود والتلم ده. كل الحاجات دي يسيبها لكم اسفل فيديو. الاستعلم عن كود والطالب. اه يليه فاتح حساب في منصة اه ومنصة الالكترونية. بعد كده بقى منخش على ايه? اه المواضيع البحثية. يعني ايه المواضيع البحثية? المواضيع البحثي يعني. مسلا انا اخترت الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحثي. لو ضغطت عليها ضغطة هيزهر لك الشكل ده. الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحثي. اقرأ المشروعات التالية واختر واحدا منهم للعمل عليه. هنختار واحد منهم. اتنين يمكنك العمل على المشروع من فردا او مع فريق لا يزيد عن ثلاثة من زملائك يعني بك انت يبقى ما يزيدش عن ثلاثة تمام يعني انت واثنين اصحابك ده من نسبة للصف الرابع الابتدائي تمام هنختار واحد السياحة او هنختار الطاقة او هنختار الصحة او الميا اي واحدة من الاربعة دول هو البحث بتاني طب نختار على اي اساس يعني لو انت المنهج الخاص بيك في انت شايف انك انت ممكن تكتب اه كلمات كتير وموضوع ممتاز عن السياحة عشان فيه المواد اللي موجودة عندك سواء علوم او او دراسات او او اللغة العربية او اي مادة تانية بتتكلم عن السياحة بطريقة اه مستفيدة يعني او بطريقة يعني مشروحة درجة كبيرة ما تقدر طبعا تختار ايه الموضوع بالنسبة للمواد اللي عندك كل ما كانت الموضوع يعني قريب اوي للمواد بتاعك طبعا يكون افضل واحسن طبعا بعد كده هنعمل احنا دلوقتي حددنا مثلا هنتكلم مثلا في الطاقة هيقول لك دلوقتي في ضغط دراسة كن بعدد مشروح بحسي يتضامن ما يليه البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا جمع معلومات عن قراءة عداد كهرباء منزلي او ايصال في تلات اشهر متتالية ومثله بيانيا بالعامدة اه رابح حاجة حدد الشهر الاكثر استهلاكا على الاقل استهلاكا موضحا من وجهة نظرك اسباب ذلك واكتب اسم كل شهر باللغة العربية وباحد الغابات الاجنبية. تمام سنختار البحث ده ازاي? وهو اللي هنعمله ازاي? من القوالب الجاهزة اللي وزارة التربية والتعليمية عاملة هنهن. هنضغط على الصفحة دي اللي احنا اول واحدة هنجبناها. هندخل على القوالب البحثية المراحل التعليمية الاسسية هنضغط عليها ضغطة. هيزغلنا الشكل ده. دي جميع المراحل التعليمية من الصف التلت اعدادي لغاية صف الثلاث اعدادي. من تلت ابتدائي لتلت اعدادي. انا اختار الصف الرابع الابتدائي ونحمل القوالب. يعني ايه القوالب? يعني تحميل القالب الاول اللي هو الايه? اللي هو البحث الاول اللي هو سياحة. اللي هو القالب الاول. القالب التاني اللي هو الطاقة. اللي انت شايفينه ده. تحميل القالب التاني ده الطاقة. طيب القالب الثاني لو انت عايز تشوفه بس قبل ما تحمله. طيب. اه القالب التالت الصحة. تقول لك تحميل القالب التالت. طيب ايه القالب الرابع الماء. تحميل القالب الرابع. زي من شايفين صف الرابع اللي ابتدأي تحته تحميل القالب الرابع. هتختار و هتحمله عادي عندك على الجهاز سواء كمبيوتر او لكتوب او موبايل اي ان كان. وتبدأ تستخدمه. اه البحث نفسه بيتعمل ببرنامج جورد. بس البنمج اللي احنا هنعمله. البنمج اللي احنا هنعمله اه مايكروسوفت اوفيس الفين وسبعة او اكتر. تمام? بعد كده هنفتح البحث. ده البحث بعد ما نزلته. اللي هو بحث الطاقة للصف الرابع الابتدائي. هندخل على البحث. هنعرف بقى ايه ده? ايه اللي موجود ده? اول حاجة للصف الرابع الابتدائي المشروع الثاني الطاقة. عنوان الموضوع هتختار عنوان جزاب للموضوع. بمعنى هنعمل هنا ونكتب مسلا اه همية الطاقة اه في حياتنا. مسلا الرقم التعريفي اللي هو الكود الطالب. هتعمل كده هنا وتضغط انتر وتكتب الرقم الكودي بتاعك اللي هو كود الطالب اللي احنا استعلمنا عنه. المقدمة هتعمل المقدمة ما تزدش عن خمسين كلمة او ما تقلش عن اربعين كلمة. يعني من اربعين لخمسين كلمة المقدمة. هتعمل انتر وتبدأ تكتب مقدمة وتنسقها وتقول له مسلا اه المقدمة دي مش من تعليفك انت هجيبها من كتاب المدرسة او من المناصة الايه الاكترونية او المكتاب الرقمية. عناصر الموضوع هتكتب موضوع بيتكلم من ربعمائة لخمسينة كلمة عن الطاقة. طبعا من خلال الكتاب المدرسي والكتاب سلاحي التلميز او كتاب المعاصر. اه هو بمديك كزا يعني كزا مكان ربعمائة كلمة دي اه تقريبا طلع صفحة هوا بمديك ادي صفحة اولانية زي ما انتم شايفين صفحة تانية فيها صورة وصورة. صورة هترفقها وصورة تانية هترفقها بتتكلم عن الطاقة. ممكن نجيبها من جوجل عادي. الصفحة التانية هتكتب فيها برضو عن الموضوع. ده تبع الموضوع الصفحة التانية. صفحة التالتة عن الموضوع برضو. النتائج هتقل له احنا تعلمنا او عرفنا ايه من آآ معلومات في عن عن الطاقة. عرفنا اهمية الطاقة. عرفنا آآ انواع الطاقة. آآ الكلام ده. المصادر اللي انت استمديت منها البحث الخاص به. بنك المعرفة المصري. آآ كتاب اللغة العربية المدرسي. كتاب الرياضيات المدرسي. كتاب اللغة الانجليزية المدرسي. آآ اي حاجة انت استفدت كتاب العلوم المدرسي. كتاب المدرسات الاجتماعية المدرسي. وهكذا اياً كان الايه كتاب اللي انت استعانت به. او آآ المكتبة الرقمية او اي ان كان. طيب عايزين نكتب بقى البحث. هنعمل ايه? المقدمة. هنختار مسلا المقدمة. هنبحث دلوقتي عن نت. كان لك انت لسه بتعمل مشروع جديد اهو. بسم الله. هندخل على المكتبة الرقمية وهنكتب مسلا الطاقة. قبل ما نكتب البحث بنشوف حاجة مهمة او نسيت اقول لكم عليها. الكلام اللي هو كاتبهوه لك في البحث انك انت ازاي تبحس ومكتوب لك البترول والغاز بس اللون عريض شوية او بولد شوية عريض. او آآ يعني اصمر تقيد زي من شايفين البترول والغاز. ده اللي هنبحث عنه في اي علامة سيرش. البترول والغاز. هنكتب البترول والغاز. ونقول له انتر. تمام? بعد كده بعمل حاجة اسمها فلتر. يعني ايه? اه كلمات الدلالية. دلوقتي انا بختار كلمات الدلالية هعمل اكس هنا. اه انا عندي عايز اه انا في الصف الرابع الابتدائي بتكلم في الرابع الابتدائي هقول له عرض المزيد من الكلمات الدلة. دي اللي هتعمل لي فلتر. انا بتكلم في سنة ابتدائي. جالي الابتدائي. فاصل دراسي التاني. فاصل دراسي التاني. هعمل سنة رابعة صف الرابع. صف الرابع الابتدائي اهو. تمام. بيقول ليه التعديل والصناعة والتجارة? لا. الجهازة ما فيه في الانسان? لا. ده البترول والغازة. خلينا التعديل والصناعة والتجارة. اماكن استخراج ومصادر الطاقة. ونقول له ابدأ. ابدأ يحمل. هيبدأ يشرح لنا دلوقتي ونسمع الشرح. نعمل التالي. نعمل التالي. دي. خلينا نشوف حاجة تانية. هنشلم الفلاتر ابتدائي. صف الرابع. نخلينا في ايه? اهمية البترول في الوطن العربي. نضغط عليها. ده من الطاقة. حاجة هيا في الطاقة. هنقول له ايه ده. يعني من شرطي بها هي نفس الايه? الصناعة اللي انت فيها. هنكتفي المقدمة اللي احنا سمعنا ده. هنكتب الدرس الثاني هنضغط داتا. انẫف. الحلث هو الحلث وضغط عليها. الحلث هو participating س دريع. حلث هو الحلث هو الحلث ذرة. aca secondsена في طاقة تاتي. نكتد زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. خليه اصمر عشان يبقى واضح ليكم. نكبر. نكبر الفونت. البترول لها همية كبيرة في النارطة المصانع واسعة للنارطة مختلفة ويشتاكم منه منتقات كثيرة تدخل فيه. يفتح يعني انشغل منتقات كبيرة في النارطة المصانع ويشتاكم منتقات كبيرة في النارطة المصانع تمام دي مقدمة. عايزين نرى في المقدمة دي كم كلمة احنا كتبناها من الشرح اللي هو مكتوب ده. ايه حاجة اسمها عدات كلمات هقول لكم عليه. هسيب لكم رابط اسفل الفيديو. اعمل كليك من لصق. اقول له عد الكلمات. جالي تمانية وعشرين. ده قليل. انا عايزين من اربعين لخمسين. تمام? احنا عايزين من كم? من ربعين لخمسين. هنشوف تاني. فيديو تاني يشرح حاجات تانية. نعمل باك. الموضوع سهل ان شاء الله ما فيش اي مشاكل فيه. خلينا مسلا في البترول هنا كده. اهميته وانتاجه الكلام ده. نقول له عدد. نسمع الشرح ونسيقه باسلوبنا. ونكتب مسلا المصادر دلوقتي اللي احنا عملناها ده بنك المعرفة عن مصري. وانت بتسمع ممكن تكتب على طول. بيقول لي اضغط على الشكل اللي قدامك. هقول له موافق. نقول له مسلا لانتاج العلام اللي ونرغب ضغطة. ضغط تاني. بيقول لي اگife. ضغط. 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 ضغط ضغط. زي ما انتم شايفين كتبنا شوية معلومات كويسة هنقول له ونعمل لعداد الكلمات على عداد الكلمات عشان يشيل القديم ونقول له لصق ونقول له عدة الكلمات هنشوفها كامة اتنين وخمسين ما فيش مشكلة هنممكن نحزف اتنين ولا حاجة مش قضية يعني هي كده في المزوط ادي اول حاجة من اربعين لخمسين كلمة دي المقدمة تمام بعد كده بنطل على عناصر الموضوع يعني عناصر الموضوع يعني الموضوع اللي انا هكتب فيه يعني هكتب الموضوع في ايه اول حاجة طبعا يعني هعرف اه قبل ما اعمل اي حاجة لازم يبقى عناية على طول على الايه اللي انتم شايفينه ده اللي هو الصفحة اللي فيها الطاقة اول حاجة هنتكلم على البترول للغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة تاني حاجة استخدام البترول للغاز الطبيعي في حياتنا ده الموضوع تمام يعني هكتب اول حاجة البترول للغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة هوضح البترول للغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة وبعد كده هكتب في الموضوع بعضه استخدامات البترول والغاز الطبيعي في حياتنا اه التارت حاجة جمع معلومات عن قرأة عداد كهرباء منزلي يعني اه قرأة عداد كهرباء سواء انت صورته وهترفع الصورة على الكمبيوتر وبعد كده او تجمع او تقارن انت المعلومات بتاع الاخر تلت ايصالات تلت اشهر متتالية. ايصال تلت اشهر متتالية. وبعد كده من المثير بينيا بالعمدة واحدد الشهر اقصا استهلاكا ومن الاقل استهلاكا. طيب انا دلوقتي هعمل كم كلمة. لازم نشوف احنا نعمل كم كلمة. الموضوع هننزل تحت كده. بيقول لك الموضوع من ربعمائة لخمسمائة كلمة. الملخص هو المقدمة. من ربعين لخمسين كلمة ده احنا عملنا خلاص. لما احنا عملنا اثنين وخمسين كلمة. الموضوع ربعمائة لخمسمائة كلمة والانجليزية خمساش وثبتين كلمة. طب ايه الانجليزية دي? الانجليزية لو انت ما اخدت بالك بيقولك اه في الطاقة حدد الشهر الاكثر استهلاكا من وجه نظرك اسباب ذلك. وقت باسم كل شهر باللغة العربية او باحد لغات الاجنبية اللي هي اللغة الانجليزية او ايا كان اللغة اللي انت بتدرسها. غالبا الانجليزية يعني. بعد كده عشان كده هي دي اللغة الاجنبية اللي انت هتسخدمها ما تزيدش عن خمساش وما تزيدش عن تلاتين كلمة في اللغة الاجنبية. وبرضه عدد الكلمات بيعد اللغة الانجليزية او الفرنسية باقي ان كان بيعدها برضو مش بيعد العربية بس. تمام? بعد كده بعمل انا عايز اعمل موضوع من ربعمائة لخمسمائة كلمة. يعني تقريبا هعمل في الطاقة في البترول هعمل تقريبا اديمية. واستخدام البترول لغاز الطبيعي اديمية. وجمع معلومات عن القراءة اتعداد كهربائي دي ما اعتقدش انها هتجب ميت كلمة. يعني ممكن نخلي دي مسلا مية وخمسين. ودي مية وخمسين. يتفضل كام? يبقى تلتمائة كلمة. وبعد كده تخلي دي مسلا نقول خمسين كلمة. يبقى تلتمائة وخمسين. ودي مسلا نقول سبعين ولا تمانين. يبقى ايه? ربعمائة وتلاتين ولا حاجة. يبقى تقدر ايه? اه يبقى انت عملت بحس. والتزمت برضو بالايه? بالموضوع. الموضوع ما يقلش عن ربعمائة كلمة وما يزيدش عن خمسمائة كلمة ولازم نلتزم بالكلام ده يعني بطريقة مهمة جدا يعني عشان بيدقوا فيه جدا ودي من المشروع ان شاء الله يبقى مجبول يبقى لقدر الله غير مجبول مفيش جيد مفيش آآ مفيش آآ آآ جيدا مفيش آآ آآ اي ما فيش من انتياز ما فيش ضعيف لا هي مجبول او غير مجبول يعني انت التزمت بالحاجات اللي هو بقول عليها مجبولة ملتزمتش غير مجبول يعني يبيض يسفد زي ما بنقول بعد كده آآ هنكتب عن البترول غاز طبيعيك احد مصادر الطاقة دلوقتي هنفتح وورد تاني نشوف بقى الماظر اللي احنا نكتب منه يعني نفتح كتاب المدرسة ونشوف في الدراسات مثلا نشوف في اللغة العربية آآ نشوف آآ لو فيه درس في اللغة العربية بين عن البترول او الطاقة او المصابح الكهربية او يعني كان آآ الكلام ده تبدأ تستمد منه وتبدأ تكتب مستعمل تكتبش بالنص يعني ايه يعني خلي فيه تشكيلة يعني يعني آآ جملة من هنا على جملة من هنا يبقاش كل التركيز على انت بتنقله خلاص ومش عايز منك كده لأ وعايز انك انت يبقى التنوع المصادر عشان تقدر تكتب ننسينا نكتب في المصادر هنا معلش هي هنكتب ايه هنكتب المصادر اللي احنا اول حاجة احنا عملناها المصادر الاساسي اللي هو اللي احنا عملنا منه دلوقتي المكتبة الرقمية بين خسين بنك المعرفة المصري خليهم لون الاسمر يعني على طول آآ بدري بدري كده يعني ايه تبدأ على طول تكتب ايه المصادر الخاصة اللي انت استعنت بياه عشان ما تنساش هايزين بقى نكتب الموضوع يعني هايزين نقول بسم الله ونكتب الموضوع هنكتب الموضوع اول حاجة هنعرف البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة يعني هو بقولك البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة يبقى هنشوف الدرس هنبحث في الدرس في عندنا موضوعات الفراشة برضو اللي انت شايفينها دي هنكتب مسلا فيها البترول البترول والغاز الطبيعي ونعمل اهو النفط والغاز النفط الخام مسائل اسود يكون عميقا في بطر الارض ان هو مقود سمين يعني ممكن نجده كده نسخ ونعملوا لصقة هنا كليك مين ولصق النفط الخام المفط الخام مسائل الاسود يكون عميقا في بطر الارض دي هو اعتبر ايه يعني شوية كلمات برضو هتفيدنا ندخل تاني على النصات الفراشة مش عايزي موري متجددة النفط بدون النص استققى في الحالة العصرية النفط للغاز صناعة الارض برضو نكتبه دولي نسخ برضو نكتب هنا جزء برضو ده تعريف للايه البترول هنكتب هنا من المصادر هنكتب موساط الفراشة المصادر اللي احنا استخدمناها مسلا انت شايف دلوقتي انك انت ما فيش حاجة انك تضيفها تاني الا تلت حاجات لأ انت ممكن تصور الخط خلي مسلا عشرة او كده شوف الخط الصغر خالص زمين شايفين الخط الصغر تقدر تكتب كزا يعني ممكن تلاتة اربعة يعني مسلا هنا تلاتة اربعة سوري تلاتة هنكتب اي حاجة اربعة ونكتب اي حاجة خمسة تكتب اي حاجة ستة سبعة تمام يعني تقدر تكتب كزا حاجة ما تقولش لا ده الخط كبير كده مش هينفع انا هكتب فين لا انت لا تعدل على اي حاجة من دي انت ممكن تعدل عليها لا ما تعدلش سيب كل المربعات زي ما هي يعني انت سيب كل المربعات دي يعني ما تكبرش المربع ده او تصغر ده لأ خليك منتزم باللي هو احزة طولك بس حاول انت اقلل او صغر للقطور مفيش اي مشاكل وافضل خط تقريبا هو اتناشر لو ضغطنا اتناشر مثلا او اربعتاشر الحسن ما انت مرتاح انت تكبر الخط حاليا دلوقتي تخليه اربعتاشر عشان يبقى حتى واضح ليه اا لو انت نسخت على حاجة ولقيت اللون مش واضح هتقوم عامل اعلامة الاي دي في الوتوماتيك احسن هو يبقى باللون الاسود بعد كده احنا اخترنا دلوقتي عملنا مقد اا ده كل ده عن الموضوع يعني انا بتكلم في الموضوع دلوقتي تمام بعد كده دي موساطة الفراجة هشوف مثلا البترول اهمية البترول اضغط على ضغطة موساطة الفراجة تمام اللي انا قرأ انهاء او اللي احنا سمعناه اه بدأ تكتبه واللي انت تفهمه من الموضوع بتكتبه بكل سهولة وبحس انك انت تشوف الكلام انت ما تكتبهوش حرفيا انت هتحاول تفهم وتكتب اللي انت تقدر تعبر به اه دلوقتي كتبنا مسلا شوية قويسين عايزين نعرف عددهم قد ايه كل ده عشان البترول والغاز الطبيعي انا بقول لك انا عايز تقريبا انا عايز مية مية تقريبا دلوقتي نشوفها عددهم الفروف قول له عدد تنشيط قول له كليك يمين ولسك قول له اعدد الكلمات تسعة وسبعين كلمة طبعا دي حاجة كويسة تسعة وسبعين كلمة انكملناش وقت الحمد بالله بعد كده بعد كده ده بالنسبة للموضوع هنشوف بقى مصادر تانية نشوف الكتاب المدرسي اه حاجة بتتكلم عن الطاقة اه بتتكلم عن مصادر الطاقة البترول او الغاز الطبيعي اه بعد كده تختار استخدام البترول الغاز الطبيعي في حياتنا تمام انت ممكن تكتب في هنا في المكتب الرقمية نرجع بك البترول والغاز في حياتنا نوجلو انتر كهرباء في حياتنا اهي موجودة اهي نضغط ضغطة اقول له ابدا شرح برضو فيديو لا ده مش هينفع الشغل والطاقة لا ده حاجة فيزية تقريبا توزيحه كل بطرول في وطن العربي شو بتتكلم نستفيد منها معلومة ولا لا نبدأ نحطط بحسنة انت بتنتقي المعلومات وتبدأ نقول له ابدا نختار البلد مثلا مصر خلينا في الممكرة ربستو دينا وخليها شو كتبنا اللي هو هو العلي بعد كده بنشوف نختار بلد تاني مصر مسلا غصة شكير العلمين وبلعين تمام الوقت برضو مش عايزين ننسى هم هنتكلم عن استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا طبعا هكتب بقى دي سهل ايامي يعني اكتب استخدام الموساط الفراشة استخدام البترول والغاز طبيعي هكتب لغاز طبيعي في حياتنا لغاز طبيعي في نكتب لغاز نشوف لغاز بس كده ماشي النفط والغاز ممكن تبقى في حاجات تمام الحمد لله فتح فتحت شوية معلوماتها بيه طورة ماذا حس انه بسرعة دي تعريفات نشوف تاني استخدام بحياتنا هنكتب يعني مش محتاجة يعني هنكتب وليستخدم في وقود السيارات والحافلات وكذلك وكذلك استخدام الغاز الطبيعي في مواقضنا في المنازل وتستمد المصانع من الطاقة طبعا فيستخدمة كتير جدا بها كي تعمل التوزير حفول خاصة رفناها نعمل باك ميوية الطبيعية مصادر التقر ماذا قددت بطور طور انت بطور صنعربي نروف عليها كله إداء هيشرح لنا دلوقتي الفيديو موسيقى قريب% المترجم للقناة 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 انا هتحددهم وتقللوا كده او تكتب على طول تضغط هنا وتضغط حد عشر او عشرة وكده يبقى انت عندك مساحة تانية انك انت تكتب كمان كلمة تانية وكمان كلمة تانية تمام تمام نتائج تانية يعني ست نتائج انا بقول لكم برضو مرة تانية محدش يلعب في المستطيلات دي ويحددها ويكبرها ويصغرها عشان يبوص الدنيا وعشان الحاجات دي تبقى هي عايز زينها زي استنبا او قوالب جهزة انك انت ما تلعبش فيها عشان انت ما تلعبش فيها وتسبها زي ما هي وتملى بس تملى بس اللي داخلها بس مش اكتر الالي تمام؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش اشتراك في القناة لو في اي سؤال سيبوا في التعليقات وهارد عليكم على طول فورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم مهان سبحانه ابراهيم من قناتكم محمد حمودة للتقنيات ان شاء الله هناخد ازاي تسجل في موقع او المنصة الالكترونية طبعا دلوقتي اه اغلب الناس معها رموز الفصل او رمز الفصل الخاص بك سواء للغة العربية ورياضيات او ايا كان اه بتعمل اول حاجة طبعا بتخش على الموقع ايدمودو هسيب لكم الرابط اسفل فيديو هتدخل على حساب طالب او حساب معلم اه او حساب ولي امر ايا كان خلينا بس الحساب طالب الاول قبل ما تدخل على ايدمودو لازم تخش على حاجة مهمة جدا حاجة اسمها استعلام عن اكواد الطلاب تمام اه اول حاجة هتكتب الرقم القومي اه الاربعتاشر رقم هتكتبهم كاملين وتكتب تاريخ الميلاد سنة الميلاد والشهر واليوم وبعد كده تختار المحافظة جميع المحافظات مصر موجودة وتختار انها ذكر ولا انسة وتقبل تسجيل الدخول هيديك رقم مكوم من تسع ارقام ده اسمه اه الكود الطالب بعد كده بتخش على ايدمودو هسيب لكم الرابط ده اسفل فيديو وتضغط على حساب طالب لازم يكون معاك اه حاجتين دلوقت اول حاجة رمز الفصل اللي انت هتاخده ولو انت هكمال معاكش رمز الفصل لنفيش مشكلة انا هقول لكم هنعمل ايه اه تاني حاجة يكون معاك الكود الخاص بيك الاسم الاول هتكتب اسمك الاول اللي هو موجود هنا فوق واسم العائلة هتكتب اسمك التاني او اسم العائلة مش فرقة اه وتكتب اه رمز الصف انا هقول لكم هنعمل ايه في دلوقت اسم المستخدم بقى اللي هو فيه كلام هنكتب اه ام او اي وبعد كده هنكتب رقم الايه رقم الايه الكود الرقم اللي هو بتاع عقود الطالب هتكتبه كنترول فيه البريد الالكتروني بيقول لي المستخدم تم استخدامه من قبل بس انا بوضع حروق كلمة المرور هتكتب اي كلمة المرور انت يعني تبقى قوية شوية ما تبقاش يعني رقم تليفون او كده يعني تبقى حاجة ايه ما تقلش عن ثمن حروق او ارقام والافضل ما تبقاش حاجة سهلة ان حد يعرفها رمز الصف ده اللي فضل لنا دلوقت عشان نعمل انشاء حسابه طب البريد الالكتروني مكتوب بمكوسين اختياري يعني انت اصلا ممكن ما تفدوهش بس لو عندك ايميل حطه مفيش مشكلة عشان لو لو قدر الله انسيتك كلمة سيرجت القدار تستعدها هنطري ان هاي بعتك رسالة على البريد الالكتروني رمز الصف بقى هنكتبه فيه هقول لكم نكتبه فيه هنكتب كود معين فيه وبعد كده هنبقى نمسح الكود ده هقول لكم ازاي الكود هو اربعة اي يو واي واي بي تمام طب انت واحدة يقول لي مسلا طب ده مش رمز الفصل بتاعي انا لسه ما جاليش رمز الفصل طيب انا هقول لك هتعمل ايه رمز الفصل اللي احنا عاملينه ده ده حاجة مؤقتة وبعد كده احنا هنمسحها ونكتب رمز الفصل من جديد هقول لكم ازاي برضه من جوه ان شاء الله اول حاجة دلوقتي بعد ما تكتب رمز الفصل اللي انا هتحط طولك ده وهسيبه لكم اسفل فيديو وكتبت كلمة المرور هتعمل حاجة اسمها انشاء حسابك هتضغط هتدخل على طول على ان شاء الله على حسابك مفيش اي مشكلة بيفتح لك صفحة جديدة هنفتح هنعرف بقى ازاي ازاي تضيع الرمز الفصل وازاي تضيف رمز الفصل بعد ما دخلنا وبعد ما دخلنا دلوقتي على حساب هندخل على من فوق هنا زي ما انت شايفين الفصول الدراسية هتلاقي عندك في فصل انت دخلت فيه اللي هو اه اربعة اي اي يو اللي انا كتبه لكم الرمز ده دخلك على فصل معين في مدرسة معينة انت هتعمل هتضغط هتلاقي الصف كذا الصف كذا الصف السادس انجليزي الصف الرابع الصف الخامس هتضغط على الثلاث شورة دول وتقول له انسحاد هلأ انت موافق من الانسحاد بعد كده هيجي لك تطلع فوق شوية هيجي لك علامة الزائد دي زي ما انت شايفينها اوما تضغط على فصل دراسية فوق هيجي لك علامة الزائد هتضغط على علامة الزائد دي هيظهر لك يقول لك التحك بفصل دراسي هتضغط على التحك بفصل دراسي هتضغط على التحك بفصل دراسي اللي هي نزلت من تحت الزائد دي او ما تضغط على الزائد ويجي لك حاجة اسمها الرمز تضغط الرمز الموجود اللي هيدهه لك مدرس الفصل اللي هتتواصل معي جلبيه وتبدأ تسأله على اي مشكلة في البحث او الكلام ده وبرضو من المنصة دي هتبدأ ترفع ترفع بيها البحث عن طريق هقول لكم فيه ما بعد هنرفعه ازاي بعد كده بعد ما ترفع البحث يبقى انت كده اتمامت العملية تماما وخلصت كل حاجة معناك رفعت البحث يعني خلاص انت راجعت وعملت كل حاجة مطلوبة وبترفع البحث بعد ما عملت البحث طيب ازاي بقى نعمل البحث بقى اول حاجة احنا كده خلصنا الحمد لله حاجات دي كلها نطلع بقى كل الحاجات دي يسيبها لكم اسفل فيديو الاستعلم عن كود الطالب يليه فاتح حساب في منصة ومنصة الالكترونية بعد كده بقى منخش على ايه المواضيع البحثية يعني ايه المواضيع البحثية المواضيع البحث يعني مثلا انا اخترت الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحثي لو ضغطت عليها ضغطة هيظهر لك الشكل ده الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحثي اقرأ المشروعات التالية واختار واحدا منهم للعمل عليه هنختار واحد منهم اتنين يمكنك العمل على المشروع منفردا او مع فريق ليزيد عن سلاسة منذ ملائك يعني بيك انت يبقى ما يزيدش عن ثلاثة تمام؟ يعني انت واثنين اصحابك ده بالنسبة للصف الرابع الابتدائي هنختار واحد السياحة او هنختار الطاقة او هنختار الصحة او الميا اي واحدة من الاربع دول هو البحث التالي طب نختار على اي اساس يعني لو انت المنهج الخاص بك فيه انت شايف انك انت ممكن تكتب كلمات كتير وموضوع ممتاز عن السياحة عشان فيه المواد الموجودة عندك سواء علوم او دراسات او اللغة العربية او اي مادة تانية بتتكلم عن السياحة بطريقة مستفيدة يعني او بطريقة مشروحة بدرجة كبيرة تقدر طبعا تختار الموضوع بالنسبة للمواد اللي عندك كل مكان الموضوع يعني قريب او للمواد بتاعك طبعا يكون افضل واحسن طبعا بعد كده هنعمل ايه احنا دلوقتي حددنا مثلا هنتكلم مثلا في الطاقة هيقول لك دلوقتي في ضغط دراسة تكون بعداد مشروع بحسي يتضامن ما يلي البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا جمع معلومات عن قراءة عداد كهرباء منزلي او ايصال في تلت اشهر متتالية ومثله بيانيا بالعامدة حاجة حدد الشهر الاكثر استهلاكا على الاقل استهلاكا مواطحا من وجه نظرك اسباب ذلك وكتب اسم كل شهر باللغة العربية وباحد اللغات الاجنبية تمام هنختار البحث ده ازاي من القوالب الجهزة اللي وزارة التربية والتعليم عاملها هنضغط على الصفحة دي اللي احنا اول واحدة احنا جدناها ندخل على القوالب البحثية المراحل التعليمية الاساسية نضغط عليها ضغطة النضغط عليها هنشر المراحل التعليمية من الصف الثلث اعدادي من الثلث ابتدأي لثلثة اعدادي هنضغط على الصف الرابع achie Possifying القوالب يعني تحميل القوالب الاول وانه يتحمل القوالب الاول علي انه يوسط السياح القوالب الاول exemption الطاق تحمل القوالب الثاني ماذا ي Brasil انه يريد ان الشخفت ساوله قبل Iran تحمله. طيب. آآ القالب التالت الصحة. تقول لك تحميل القالب التالت. طيب ايه القالب الرابع الماء. تحميل القالب الرابع. زي من شافين صف رابع اللي بتدقي تحته تحميل القالب الرابع. هتختاره هتحمله عادي عندك على الجهاز سواء كمبيوتر او لكتوب او موبايل اي ان كان. وتبدأ تستخدمه. آآ البحث نفسه بيتعمل ببرنامج وورد. بس البنمج وورد اللي احنا هنعمله. البنمج وورد اللي هنعمله آآ مايكروسوفت اوفيس الفين وسبعة او اكتر. تمام? بعد كده هنفتح البحث. ده البحث بعد ما نزلته. اللي هو بحث الطاقة للصف الرابع الابتدائي. هندخل على البحث. هنعرف بقى ايه ده? ايه اللي موجود ده? اول حاجة للصف الرابع الابتدائي المشروع الثاني الطاقة. عنوان الموضوع هتختار عنوان جزاب للموضوع. بمعنى هنعمل هنا ونكتب مسلا آآ هنمية الطاقة آآ في حياتنا. مسلا الرقم التعريفي اللي هو الكود الطالب. هتعمل كده هنا وتضغط انتر وتكتب الرقم الكودي بتاعك اللي هو كود الطالب اللي احنا استعلمنا عنه. المقدمة هتعمل مقدمة ما تزدش عن خمسين كلمة وما تقلش عن اربعين كلمة. يعني من اربعين لخمسين كلمة المقدمة. هتعمل انتر وتبدأ تكتب مقدمة وتنسقها وتقول له مسلا آآ المقدمة دي مش من تعليفك انت هجيبها من كتاب المدرسة او من المنصة الايه الالكترونية او المكتاب الرقمية. عناصر الموضوع هتكتب موضوع بيتكلم من ربعمائة لخمسمية كلمة عن الطاقة. طبعا من خلال الكتاب المدرسي والكتاب سلاح التلميز او كتاب المعاصر. آآ هو بميديك كزا يعني كزا مكان. ربعمائة كلمة دي. هي تعريبا تلت صفحة هوا بميديك ادي صفحة اولانية زي ما انتم شايفين. صفحة التانية فيها صورة وصورة. صورة هترفقها وصورة تانية هترفقها بتتكلم عن الطاقة. ممكن يجيبها من جوجل عادي. الصفحة التانية هتكتب فيها برضو. عن الموضوع. ده ارتبع الموضوع الصفحة التانية. صفحة التالتة عن الموضوع برضو. النتائج هتقل له احنا تعلمنا او عرفنا ايه من آآ معلومات في عن عن الطاقة. عرفنا اهمية الطاقة. عرفنا آآ انواع الطاقة آآ الكلام ده. المصادر اللي انت استمديت منها البحث الخاص بيه. بنك المعرفة المصري. آآ كتاب اللغة العربية المدرسي. كتاب الرياضيات المدرسي. كتاب اللغة الانجليزية المدرسي. آآ اي حاجة انت استفدت كتاب العلوم المدرسي. كتاب المدرسات الاجتماعية المدرسي. وهكذا ايا كان كتاب اللي انت استعنت به. او آآ المكتبة الرقمية او ايا كان. طيب عايزين نكتب بقى البحث. هنعمل ايه? المقدمة. هنختار مسلا المقدمة. هنبحث دلوقتي عن نت كاين لك انت لسه بتعمل مشروع جديد اهو. بسم الله. هندخل على المكتبة الرقمية وهنكتب مسلا الطاقة. قبل ما نكتب البحث بنشوف حاجة مهمة او نسيت اقول لكم عليها. الكلام اللي هو كاتبهوه لك في البحث انك انت ازاي تبحث ومكتوب لك البترول والغاز بس بلون عريض شوية او شوية عريض. او آآ يعني اصمر تقيد زي من شايفين البترول والغاز. ده اللي هنبحث عنه في اي علامة سيرش. البترول والغاز. هنكتب البترول والغاز. ونقول له انتر. تمام? بعد كده بعمل حاجة اسمها فلتر. يعني ايه? اه كلمات الدلالية. دلوقتي انا بختار كلمات الدلالية هعمل ايكس هنا. اه انا عندي عايز اه انا في الصف الرابع الابتدائي بتكلم في الرابع الابتدائي هقول له عرض المزيد من الكلمات الدلة. دي اللي هتعمل لي فلتر. انا بتكلم في سنة ابتدائي. جالي الابتدائي. فصل دراسي التاني. فصل سنة رابعة صف الرابع. صف الرابع اللي ابتدائي اهو. تمام. بيقول لي التعديل والصناعة والتجارة? لا. الجهازة ما فيه في الانسان? لا. ده البترول والغاز. خلينا التعديل والصناعة والتجارة. اماكن استقراج ومصادر الطاقة. ونقول له ابدأ. يبدأ يحمل. سيبدأ يشرح لنا دلوقتي ونسمع الشرح. نعمل التالي. نعمل التالي. دي. خلينا نشوف حاجة تانية. هنشلم الفلاتر ابتدائي. صف الرابع. نخلينا في ايه? اهمية البترول في الوطن العربي. نضغط عليها. ده من الطاقة. حاجة في الطاقة. نقول له ايد ده. يعني مش شرطي بها نفس الايه الصنة اللي اتا فيها. هنكتب في المقدمة اللي احنا سمعنا ده. هنكتب الدرس الثاني. هنضغط داتا. هنريك شرطي بها. هنشو الثاني. نكتب زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. خليه اصمر عشان يبقى واضح ليكم. نكبر. نكبر الفونت. البترول اللي همية كبيرة في النارطة المصانع واسعة للنارطة المختلفة ويشتاكم منه منتجات كسيرة تدخل فيه. يفتح يعني انشغل. تمام دي مقدمة. عايزين نرى في المقدمة دي كم كلمة احنا كتبناها من الشرح اللي هو مكتوب ده. اي حاجة اسمها عدات كلمات? هقول لكم عليه. هسيب لكم رابطه اسفل الفيديو. اعمل كليك كلمين لصق. اقول له عد الكلمات. جالي تمانية وعشرين. طبعا طبعا عشرين ده قليل. هنعايزين من اربعين لخمسين. تمام? هنعايزين من كم? من اربعين لخمسين. هنشوف تاني. فيديو تاني يشرح حاجات تانية. نعمل باك. الموضوع سهل ان شاء الله. ما هيش مشاكل فيه. خلينا مسلا في البطرول هنا كده. اهميته وانتاجه والكلام ده. نقول له عدد. نسمع الشرح ونسيقه باسلوبنا. ونكتب مسلا المصادر دلوقتي اللي احنا عملناها ده بنك المعرفة عن مصري. وانت بتسمع ممكن تكتب على طول. ببقول لي اضغط على الشكل اللي قدامك هقول له موافق. نقول له مسلا لانتاج العلامي اللي ونرغب ضغطة. اضغط تاني. شكرا زي ما انتم شايفين كتبنا شوية معلومات كويسة هنقول له قابي ونعمل عداد الكلمات على عداد الحروب عداد الكلمات اه نعمل عشان يشيل القديم ونقول له لصق ونقول له عد الكلمات هنشوفها كام اتنين وخمسين ما فيش مشكلة هم ممكن نهزف اتنين ولا حاجة مش قدير يعني هي كده في المزوط ادي اول حاجة من اربعين لخمسين كلمة دي المقدمة تمام بعد كده بنطلع على عناصر الموضوع يعني ايه عناصر الموضوع يعني الموضوع اللي انا هكتب فيه يعني هكتب الموضوع في ايه اول حاجة طبعا يعني هعرف اه قبل ما اعمل اي حاجة لازم بقاناية على طول على ايه اللي انتم شايفينه ده اللي هو الصفحة اللي فيها الطاقة اول حاجة هنتكلم على البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة تاني حاجة استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا ده الموضوع تمام يعني هكتب اول حاجة البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة هوضع البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة وبعد كده هكتب في الموضوع بعضه استخدامات البترول والغاز الطبيعي في حياتنا اه التالت حاجة جمع معلومات عن قراءة عداد كهرباء منزلي يعني اه قراءة عداد كهرباء سواء انت صورته وهترفع الصورة على الكمبيوتر وبعد كده هتفضطها او اه تجمع او تقارن انت المعلومات بتاع اخر ثلاث ايصالات بتاع ثلاث اشهر متتالية ايصال في ثلاث اشهر متتالية وبعد كده من المسر بيانيا بالعام ده واحد دشار الاقصى الاستهلاك ومن الاقل استهلاك طيب انا دلوقتي هعمل كم كلمة لازم نشوف احنا هنعمل كم كلمة الموضوع هننزل تحت كده يقول لك الموضوع من 400 ل 500 كلمة الملخص هو المقدمة من 40 ل 50 كلمة ده احنا عملنا خلاص لما احنا عملنا 52 كلمة الموضوع 400 حب 700 كلمة والانجليزية 15 و 30 كلمة طب ايه الانجليزية دي الانجليزية لو انت خدت بالك بيقول لك ااااااااااااااا في ايصال الطاقة احدد الشهر الاستهلاك انا انا الاقل استهلاك انا كان موضحا من وجهة نظرك اذباب ذلك وقت بيسم كل شهر باللغة العربية او باحد اللغة الاجنبية اللي هي اللغة الانجليزية او ايا كان اللغة اللي انت بتدرسها غالبا انجليزية يعني لذلك هي اللغة الأجنبية التي ستسخدمها لا تقل عن 15 و لا تقل عن 30 كلمة في اللغة الأجنبية و عدات الكلمات يعد الكلمات اللغة الإنجليزية أو الفرنسية و ليس العربية بعد ذلك أريد أن أقوم بعمل موضوع من 400 و 500 كلمة يعني تقريباً في الطاقة في البترول تقريباً أديمية و استخدام البترول الغاز الطبيعي أديمية و جمع معلومات عن القراءة عدات الكهربائية لا أعتقد أنها تجيب 100 كلمة يعني ممكن نخلي دي مثلاً 150 و دي 150 يتفضل كم يبقى 300 كلمة وبعد ذلك تخلي دي مثلاً نقول 50 كلمة يبقى 350 و دي مثلا نقول 70 ولا 80 يبقى 430 ولا حاجة يبقى أنت عملت بحث والتزمت برضو بالموضوع الموضوع ما يقلش عن 400 كلمة و ما يزيدش عن 500 كلمة و لازم نلتزم بالكلام ده يعني بطريقة مهمة جداً يعني عشان بيدقوا فيه جداً و دي من المشروع إن شاء الله يبقى مكبول يبقى لقدر الله غير مكبول ما فيش جيد ما فيش مكبول ما فيش جايج جداً ما فيش ما فيش امتياز ما فيش ضعيف لا هي مكبول أو غير مكبول يعني انت التزمت بالحاجات اللي هو بقول عليها مكبولة ما التزمتش غير مكبول يعني يبيض يسفد زي ما بنقول بعد كده هنكتب عن البترول غاز طبيق أحد مصادر الطاقة دلوقتي هنفتح وورد تاني نشوف بقى المنظر اللي هنكتب منه يعني نفتح كتاب المدرسة ونشوف في الدراسات مثلاً نشوف في اللغة العربية نشوف لو فيه درس في اللغة العربية بين عن البترول أو الطاقة أو المصابح الكهربية أو أي إن كان الكلام ده تبدأ تستمد منه وتبدأ تكتب طبعاً ما تكتبش بالنص يعني خلي فيه تشكيلة يعني يعني جملة من هنا على جملة من هنا يبقاش كل التركيز على أنت بتنقل وخلاص ومش عايز منك كده لا وعايز أنك أنت يبقى تنوع المصادر عشان تقدر تكتب ننسينا نكتب في المصادر هنا معلش شي هنكتب إيه هنكتب المصادر اللي احنا أول حاجة عملناها المصادر الأساسي اللي احنا عملنا منه دلوقتي المكتبة الرقمية بن خسين بنك المعرفة المصري خليهم لول الأسمر يعني على طول بدري بدري كده يعني ايه تبدأ على طول تكتب المصادر الخاصة اللي انت استعنت لها عشان ما تنساش عايزين بقى نكتب الموضوع يعني عايزين نقول بسم الله ونكتب الموضوع هنكتب الموضوع أول حاجة هنعرف بالبترول والغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة يعني هو بقولك البترول والغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة يبقى هنشوف الدرس هنبحث في الدرس في عندنا مواصلات الفراشة برضو اللي انت شايفينها دي هنكتب مسلا فيها البترول البترول والغاز الطبيعي ونعمل هو النفط والغاز النفط الخام سائل أسود يخل عميقهم في باطل الأرض إنه يكون سمين يعني ممكن نرده كده نسخ ونعمله لصق هنا كليك مين ولصق النفط الخام النفط الخام سائل أسود يكون عميقهم في باطل الأرض يعتبر ايه يعني شوية كلمات برضو هتفيدنا ندخل تاني على النصات الفراشة مش هجي موري متجددة النفط بدون النص استققى في الحالة العصرية النفط للغاز صناعة الوقود برضو نكتبه ده نسخ برضو نكتب هنا جزء برضو ده تعريف للايه للبترول هنكتب هنا من المصادر هنكتب موساط الفراشة المصادر اللي احنا استخدمناها مسلا انت شايف دلوقتي انك انت ما فيش حاجة انك تضفها تاني الا تلت حاجات لأ انت ممكن تصور الخط خليه مسلا عشرة او كده شوف الخط الصغر خالص شايفين الخط صغر تقدر تكتب كزا يعني ممكن تلاتة اربعة يعني مسلا هنا تلاتة اربعة سوري تلاتة هنكتب اي حاجة اربعة ونكتب اي حاجة خمسة هنكتب اي حاجة ستة سبعة تمام يعني تقدر تكتب كزا حاجة ما تقولش لا ده الخط كبير كده مش هينفع انا هكتب فين لا انت لا تعدل على اي حاجة من دي انت ممكن تعدل عليها لا ما تعدلش سيب كل المربعات زي ما هي يعني انت سيب كل المربعات دي يعني ما تكبرش المربع ده او تصغر ده لا خليك منتزم باللي هو حاجة طولك بس حاول انت اقلل او صغر الخطوط ما فيش اي مشاكل وافضل خط تقريبا هو اتناشر لو ضغطنا اتناشر مثلا او اربعتاشر عالحاس انت مرتاح انت قبل الخط حاليا دلوقتي خليها اربعتاشر عشان يبقى حتى واضح ليك اه لو انت نسختها لحاجة ولقيت اللون مش واضح هتقوم عامل اعلامة الاي دي باللوتوماتيك بحيس ان هو يبقى باللون الاسود بعد كده احنا اخترنا دلوقتي عملنا مقدس ده كل ده عن الموضوع يعني انا بتكلم في الموضوع دلوقتي تمام بعد كده دي موساط الفراشة هشوف مسلا البترول اهمية البترول اضغط على ضغطه هو تمام اللي انا قرأ انهاء او اللي احنا اسمعناه اه بداية تكتبه واللي انت تفهمه من الموضوع بتكتبه بكل سهولة بحيس انك انت اه تشوف الايه الكلام انت ما تكتبهوش حرفيا انت هتحاول تفهم وتكتب اللي انت تقدر تعبر به اه دلوقتي كتبنا مسلا اه شوية قويسين عايزين نعرف عددهم قد ايه كل ده عشان من البترول والغاز الطبيعي انا بقول لك انا عايز تعريبا انا عايز مية مية تعريبا دلوقتي نشوفها عدد الحروف قلو عدد تنشيط قلو قد الكلمات تسعة وسبعين كلمة طبعا دي ها كويسة تسعة وسبعين كلمة انكملناش وقت الحمد بالله بعد كده بعد كده ده بالنسبة للموضوع هنشوف بقى مصادر تانية نشوف الكتاب المدرسي اه حاجة بتتكلم عن الطاقة اه بتتكلم عن مصادر الطاقة البترول او الغاز الطبيعي اه بعد كده تختار استخدام البترول الغاز الطبيعي في حياتنا تمام انت ممكن تكتب في هنا في المكتب الرقمية نرجع بك البترول والغاز في حياتنا نقول له انت الكهاربا كانت البترول الطبيعي الكهارباة في حياتنا اهي موجودة اهي نضغط ضغطها نقول له ابدأ شرح برضو فيديو لا ده مش هينفع الشغل والطاقة لا ده حاجة الفيزياء تقريبا توزيحه كل بطرول في حياتنا العربي شو بتتكلم نستفيد منها معلومة ولا لا نبدأ نختار بحسنا انت بتنتقي المعلومات وتبدأ نختار البلد مثلا مصر نضغط 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 شو كتبنا اللي هو هو العلي بعد كده بنشوف تعمل اكس نختار بلد تاني من نصر مثلا شكير. العلمين. وبلاعين. تمام? الوقت برضو مش عايزين ننسى هم نتكلم عن استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا. طبعا هكتب بقى دي سهلة يعني. يعني نكتب استخدام المواصلات الفراشة. طبعا هكتب لغاز طبيعي في حياتنا. لغاز طبيعي في نكتب لغاز. نشوف لغاز بس كده. نشي النفط والغاز. ممكن تبقى في حاجات. تمام الحمد لله فتح. فتحت شوية معلوماتها بيه. طولة مازا حس اننا بتسروح. دي تعريفات. نشوف تاني استخدام بتورز طبيعي في حياتنا. هنكتب يعني مش محتاجة يعني هنكتب. ويستخدم. في اه وقود السيارات. والحافلات. وكذلك. اه وكذلك اه وكذلك استخدم الغاز الطبيعي في مواقبنا. في المنازل. وكذلك. وتستمد المصانع من الطاقة. طبعا في استخدمة كتير جدا بها. اه. كي تعمل. توزيح في الخاصة افناها. نعمل باك. ميوية للطبيعية. مصادر الطاقة المزقدة. بطول طول انت كنت وطن عربي. نروح عليها. كله اداء. هنشرح لينا دلوقتي الفيديو. موسيقى موسيقى المترجم للقناة 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 النتائج هتكتب مسلا اه اه يعني نتيجة البحث اللي انت عملته ايه? اعرفت مسلا اه تعلمنا او اهمية ايه? اهمية البترول في حياتنا مسلا. اهمية البترول في حياتنا. تمام? تاني حاجة اه اه اعرفت انت اه انواع مصادر الطاقة. انواع مصادر الطاقة انت عرفتها. معرفة انواع مصادر الطاقة. معرفة انواع مصادر الطاقة. نشوف مسلا البحث هو كان كاتب لنا ايه. اه جمع انواع تعمقية عداد طاقة عشان ما سروا يعني بالعام ده. عرفنا مسلا الايه? الاستهلاك. اليومي والشهري. اه للطاقة. الطاقة بالنزلي. تمام? يعني اقل تعريبا دي النتائج للمشروع اللي انت عملته. طبعا لو عايز تعمل نتائج تانية وما فيش مكان طبعا زي ما احنا عقولنا هتحددهم وتقللوا كده. او تكتب على كل تضغط هنا وتضغط حداشر او عشرة. وكده يبقى انت عندك مساحة تانية انك انت تكتب. تكتب كمان كلمة تانية. وكمان كلمة تانية. تمام? تمام نتائج تانية يعني ست نتائج. انا بقول لكم برضو مرة تانية محدش يلعب في الايه? في المستطيلات دي ويحددها ويكبرها ويصغرها عشان ما ببوص الدنيا. وعشان الحاجات دي تبقى هي زي دي عايز زينها زي استنبا. او قوالب جهزة انك انت متلعبش فيها. يا اسمها قوالب جهزة عشان انت متلعبش فيها وتسيبها زي ما هي. وتملى بس الايه? الكلمة. التملى بس الايه اللي داخلها بس. مش اكتر لالي. تمام? اه يا رب يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش اشتراك في القناة. اه لو في اي سؤال سيبوا في التعليقات وهرد عليكم على طول فورا. اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وانسف حمد ابراهيم من قناتكم محمد حمودة للتقنيات. ان شاء الله انه هناخد ازاي اه تسجل في موقع اه او المنصة الالكترونية. طبعا دلوقتي اه اه اغلب الناس معها رموز الفصل او رمز الفصل الخاص بيك. اه سواء اللغة العربية او رياضيات او ايا كان. اه بتعمل اول حاجة طبعا بتخدش على الموقع ايدمودو هتسلوك الرابط اسفل الفيديو. هتدخل على حساب طالب او انت طالب او حساب معلم اه او حساب ولية امر ايا كان. خلينا بس الحساب طالب الاول. قبل ما تدخل على ايدمودو لازم تخش على حاجة مهمة جدا. حاجة اسمها استعلام عن اكواد الطلاب. تمام? اه اول حاجة هتكتب الرقم القومي اه الاربعتاشر رقم هتكتبهم كاملين. وتكتب تاريخ الميلاد سنة الميلاد والشهر واليوم. وبعد كده تختار المحافظة دمان الحافظات مصر موجودة وتختار النوع ذكر ولا انسة وتقبل تسجيل الدخول. هيديك رقم مقوم من تسع ارقام. ده اسمه اه الكود الطالب. بعد كده بتخدش على ايدمودو اصدوكم الرابط ده اسفل الفيديو. وتضغط على حساب طالب. لازم يكون معاك اه حاجتين دلوقت. اول حاجة رمز الفصل اللي انت هتاخده. ولو انت كمان معاكش رمز الفصل لما فيش مشكلة. انا هولوك هنعمل ايه? اه تاني حاجة يكون معاك كود الخاص بيك. الاسم الاول هتكتب اسمك الاول. اللي هو موجود هنا فوق. واسم العائلة هتكتب اسمك التاني او اسم العائلة. مش فرقة. اه وتكتب اه رمز الصف. انا هولوك هنعمل ايه في دلوقت? اسم المستخدم بقى اللي هو فيه الكلام. هنكتب اه ام او اي. وبعد كده هنكتب رقم الايه? رقم الايه الكود. الرقم اللي هو بتاع كود الطالب هتكتبه. البريد الالكتروني. بيقول لي اه هو عمل هلي بالليون الاحمر عشان بيقول لي الاسم المستخدم تم تستخدمه من قبل. بس انا بوضح لكم بس كده. اه كلمة المرور هتكتب اي كلمة مرور انت اه يعني تبقى قوية شوية ما تبقاش يعني اه رقم تليفون او كده يعني تبقى حاجة ايه اه ما تقلش عن تمن حروق او ارقام. والافضل ما تبقاش حاجة سهلة ان حد يعرفها. اه رمز الصف ده اللي فضل لنا دلوقت عشان نعمل انشاء حسابك. طب البريد الالكتروني مكتوب بمكوسين اختياري يعني انت اصلا ممكن ما تفضوهش. بس لو عندك ايميل حطه مفيش مشكلة عشان لو لو قدر الله ان نسيتك كلمة سيرت اقدار تستعادها. هنطري انه يبعطك رسالة على البريد الالكتروني. اه رمز الصف بقى هنكتبه ايه? هقول لكم نكتبه ايه? هنكتب كود معين فيه. وبعد كده هنبقى نمسح الكود ده. هقول لكم ازاي? الكود هو اربع اي يو واي واي بي. تمام. طب انت واحد اقول لي مسلا طب ده مش رمز الفصل بتاعي. انا لسه ما جاليش رمز الفصل. طيب انا هقول لك هتعمل ايه? رمز الفصل اللي احنا عاملينه ده. ده حاجة مؤقتة. وبعد كده احنا هنمسحها ونكتب رمز الفصل من جديد. هقول لكم ازاي برضه من جوا ان شاء الله. اول حاجة دلوقتي اه بعد ما تكتب رمز الفصل اللي انا قد تحطي طولك ده واسبولكم اسفل الفيديو. وكتبت كلمة المرور. هتعمل حاجة اسمها انشاء حسابك. هتضغط هتدخل على طول على اه ان شاء الله على حسابك. مفيش اي مشكلة. بيفتح لك صفحة جديدة. هنفتح هنعرف بقى ازاي? ازاي تضيع الرمز الفصل. وزاي تضيف رمز الفصل. بعد ما دخلنا وبعد ما دخلنا دلوقتي على حساب هنسخل على من فوق هنا زي ما انت شايفين الفصول دراسية. انا ضغط على الفصول الدراسية. هتلاقي عندك في فصل اللي انت دخلت فيه اللي هو اه اربعة اي 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 او اللي انا كتبه لكم الرمز ده. دخلك على الفصل اه اه معين في مدرسة معينة. انت هتعمل هتضغط هتلاقي الصف كزا الصف كزا الصف السادس اه انجليزي الصف الرابع الصف الخامس. تمام? هتضغط على الثلاث شورة دول وتقول له انسحاب. هقول لك هل انت موافق من الانسحاب? قل له نعم. بعد كده هيجي لك اه تطلع فوق شوية هيجي لك علامة الزائد دي. زي ما انت شايفانها. او ما تضغط على فصول دراسية فوق. هيجي لك علامة الزائد. هتضغط على علامة الزائد دي هيظهر لك يقول لك التحك بفصل دراسي. نزلت من علم ده. تمام? هتضغط على التحك بفصل دراسي اللي هي نزلت من تحت الزائد دي او من رطع الزائد. ويجي لك حاجة اسمها الرمز. تضغط الرمز الموجود اللي هيديه لك مدرس الفصل اللي هتتواصل معي جلبي. وتبدأ تسأله على اي مشكلة في البحس او الكلام ده. وبرضو من المنصة دي هتبدأ ترفع ترفع بيها البحس. اه عن طريق اه هقول لكم فيما بعد هنرفعه الزاي. اه بعد كده بعد ما ترفع البحس يبقى انت كده اتمامت العملية اه تماما وخلصت كل حاجة. معنى رفعت البحس يعني خلاص انت درجات وعملت كل حاجة مطلوبة وبترفع البحس. بعد ما اعملت البحس. طيب ازاي بقى نعمل البحس بقى? اول حاجة احنا كده خلصنا الحمد لله الحاجات دي كلها. نطلع بقى. قالت من الاستعلم عن كود وكلم ده. كل الحاجات دي هسيبها لكم اسفل الفيديو. الاستعلم عن كود الطالب. اه يليه الفاتح حساب في اه منصة اه اه منصة الالكترونية. بعد كده بقى منخش على ايه? اه المواضيع البحسية. يعني ايه المواضيع البحسية? المواضيع البحس يعني. مسلا انا اخترت الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحسي. لو ضغطت عليها ضغطة هيزهر لك الشكل ده. الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحسي. اقرأ المشروعات التالية واختار واحدا منهم للعمل علي. هنختار واحد منهم. اتنين يمكنك العمل على المشروع منفردا او مع فريق لا يزيد عن ثلاثة من زملائك يعني بك انت يبقى ما يزيدش عن ثلاثة تمام يعني انت واثنين اصحابتك ده بالنسبة للصف الرابع اللي ابتدائي تمام هنختار واحد السياحة او هنختار الطاقة او هنختار الصحة او المية اي واحدة من الاربعة دول هو البحث بتاعنا طب نختار على اي اساس يعني لو انت المنهج الخاص بك في اه انت شايف انك انت ممكن تكتب اه كلمات كتير وموضوع يعني ممتاز عن السياحة عشان فيه المواد اللي موجودة عندك سواء علوم او او دراسات او او اللغة العربية او اي مادة تانية بتتكلم عن السياحة بطريقة اه مستفيدة يعني او بطريقة يعني مشروحة بدرجة كبيرة فتقدر طبعا تختار ايه الموضوع بالنسبة للمواد اللي عندك كل مكانة الموضوع يعني قريب اوي للمواد بتاعك طبعا يكون افضل واحسن طبعا بعد كده هنعمل ايه احنا دلوقتي حددنا مثلا هنتكلم مثلا في الطاقة هيقول لك دلوقتي في ضغ دراسة كن بعداد مشروع بحسي يتضامن ما يليه البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا جمع معلمات عن قراءة عدات كهرباء منزلي او ايصال في تلت اشهر متتالية او امثله بيانيا بالعمدة اه رابح حاجة حدد الشهر الاكثر الاستهلاكا على الاقل استهلاكا مواطحا من وجهة نظرك اسباب ذلك وكتب اسم كل شهر باللغة العربية و微 attend لغاية الاجنبية تماما هنختار البحث دى ازاي وهنا й كيف من القوالب الجاهزة اللي وزارة التربية التقلييمة من هما هنضغط على الصفحة دي اللي احنا اول واحد احنا جدناها ندخل على القوالب البحثية لما راحل التعليمية الاستي진네 هنضغط عليها ضغطها han reviewed that call check desse ده جميع المراحل التعليمية من الصف التالت اعدادي لغاية الصف الثالث اعدادي من اللات التادة والتمستدائي ونفحت الصف الرابع الابتدائي ونحمل القوالب يعني ايه القوالب يعني تحميل القالب الاول اللي هو اللي هو البحث الاول اللي هو السياح اللي هو القالب الاول القالب التاني اللي هو الطاقة اللي انت شايفينه ده تحميل القالب التاني ده الطاقة طيب القالب الثاني لو انت عايز تشوفه بس قبل ما تحمله طيب اه القالب التالت الصحة يقول لك تحميل القالب التالت طيب ايه القالب الرابع الماء تحميل القالب الرابع زي ما شايفين صف الرابع اللي ابتدأي تحته وتحميل القلب الرابع هتختاره هتحمله عادي عندك على الجهاز سواء كمبيوتر او لابتوب او موبايل اي ان كان وتبدأ تستخدمه البحث نفسه بيتعامل ببرنامج وورد بس البرنامج وورد اللي احنا هنعمله البرنامج وورد اللي احنا هنعمله مايكروسوفت اوفيس 2007 او اكتر تمام بعد كده هنفتح البحث ده البحث بعد ما نزلته اللي هو بحث الطاقة للصف الرابع الابتدائي هندخل على البحث هنعرف باقي ايه ده ايه اللي موجود ده اول حاجة للصف الرابع الابتدائي المشروع الثاني الطاقة عنوان الموضوع هتختار عنوان جزاب للموضوع بمعنى هنعمل هنا ونكتب مسلا اهمية الطاقة في حياتنا مثلا الرقم التعريفي اللي هو الكود الطالب هتعمل كده هنا وتضغط انتر وتكتب الرقم الكود بتاعك اللي هو كود الطالب اللي احنا استعلمنا عنو المقدمة هتعمل مقدمة ما تزدش عن خمسين كلمة او ما تقلش عن اربعين كلمة يعني من اربعين لخمسين كلمة المقدمة هتعمل انتر وتبدأ تكتب مقدمة وتنسقها وتقول له مثلا المقدمة دي مش من تعليفك انت هتجبها من كتاب المدرسة او من المنصة الالكترونية او المكتب الرقمية عناصر الموضوع هتكتب موضوع بيتكلم من ربعمائة لخمسينة كلمة عن الطاقة طبعا من خلال الكتاب المدرسي وكتاب سلاحي التلميز او كتاب اولانية زي ما انت شايفين صفحة تانية فيها صورة وصورة صورة هترفقها وصورة تانية هترفقها بتتكلم عن الطاقة ممكن جيبها من جوجل عادي الصفحة التانية هتكتب فيها برضو عن الموضوع ده تبع الموضوع الصفحة التانية صفحة التالتة عن الموضوع برضو النتائج هتقل له احنا اتعلمنا او عرفنا ايه من آآ معلومات في عن الايه عن الطاقة عرفنا اهمية الطاقة عرفنا آآ انواع الطاقة آآ الكلام ده المصادر اللي انت استمديت منها البحث الخاص به بنك المعرفة المصري آآ كتاب اللغة العربية المدرسي كتاب الرياضيات المدرسي كتاب اللغة الانجليزية المدرسي آآ اي حاجة انت استفدت كتاب العلوم المدرسي كتاب المدرسات الاجتماعية المدرسي وهكذا ايا كان كتاب اللي انت استعنت به او آآ المكتبة الرقمية او ايا كان طيب عايزين نكتب بقى البحث هنعمل ايه المقدمة هنختار مسلا المقدمة هنبحث دلوقتي عن نت كأنك انت لست بتعمل مشروع جديد اهو بسم الله هندخل على المكتبة الرقمية وهنكتب مسلا الطاقة قبل ما نكتب البحث بنشوف حاجة مهمة او نسيت اقول لكم عليها الكلام اللي هو كاتبهه لك في البحث انك انت ازاي تبحث مكتوب لك البترول والغاز بس البلون عريض شوية او بولد شوية عريض او اه يعني اصمر تقيد زي ما انتم شايفين البترول والغاز ده اللي هنبحث عنه في اي علامة سيرش البترول والغاز هنكتب البترول والغاز ونقول له تمام بعد كده بعمل حاجة اسمها فلتر يعني ايه كلمات الدلالية دلوقتي انا بختار كلمات الدلالية هعمل ايه انا عندي عايز انا في الصف الرابع الابتدائي بتكلم في الرابع الابتدائي هقول له عرض المزيد من الكلمات الدلالة دي اللي هتعمل لي فلتر انا بتكلم في سنة ابتدائي جالي بابتدائي فصل دراسي التاني فصل دراسي التاني هعمل سنة رابعة صف الرابع صف الرابع الابتدائي اهو تمام بيقول لي التعديل والصناعة والتجارة لأ الجهزة ما فيه في الانسان لأ بالبترول والغاز خلينا التعديل والصناعة والتجارة اماكن استفراج ومصادر الطاقة ونقول له ابدأ يبدأ يحمل هبدأ يشرح لنا دلوقتي ونسمع الشرح نعمل التالي نعمل التالي دي خلينا نشوف حاجة تانية هنشلم الفلاتر ابتدائي صف الرابع نخلينا في ايه اهمية البترول في الوطن العربي نضغط عليها ده من الطاقة حاجة في الطاقة هنقول له ايه ده يعني من الشرطي بها هي نفس الايه الصناعة اللي انت فيها هنكتفي المقدمة اللي احنا سمعنا ده هنكتب الدرس الثاني هنضغط داقة اللي احنا سمعنا ده زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. خليق اسمر عشان يبقى واضح لكم. نكبر. نكبر الفونت. البترول لها همية كبيرة في النارطة المصانع واسعة للنارطة مختلفة واشتاكم منهم منتجات كثيرة تدخل فيه. نفتح فاني نشغل. البترول لها همية كبيرة. تمام دي مقدمة. عايزين نعرف المقدمة دي كم كلمة احنا كتبناها من الشرح اللي هو مكتوب ده. اي حاجة اسمها عدات كلمات هقول لكم عليه. هسيب لكم رابط اسفل الفيديو. اعمل كليك من لصق. اقول له عد الكلمات جالي تمانية وعشرين. ده قليل. انا عايزين من اربعين لخمسين. تمام? احنا عايزين من كم من ربعين لخمسين? هنشوف تاني. فيديو تاني يشرح حاجات تانية. نعمل باك. الموضوع سهل ان شاء الله ما حيش اي مشاكل فيه. خلينا مسلا في البترول هنا كده. اهميته وانتاجه والكلام ده. نقول له عده. نسمع الشرح ونسيغه باسلوبنا. ونكتب مسلا المصادر دلوقتي اللي احنا عملناها ده بنك المعرفة عن مصري. وانت بتسمع ممكن تكتب على طول. بيقول له اضغط على الشكل اللي قدامك هقول له موافق. بيقول له مسلا لانتاج العلام اللي ونضغط ضغطة. ضغط تاني. نريد و crossed في آخر. ضغط تاني. كلون من Giant personnel. ضد سوالي planned تاني. ونررحوا ثقام wirما جوزا. وقت اس طوالي ب sosك kilograms. وقت اس طوالي بها fedما. زي ما انتم شايفين كتبنا شوية معلومات كويسة. هنقول له قبي. ونعمل عداد الكلمات على عداد الكلمات عشان يشيل القديم ونقول له لصق ونقول له عد الكلمات. هنشوفها كام. اتنين وخمسين. ما فيش مشكلة هم ممكن نحزف اتنين ولا حاجة مش قضية. يعني هي كده في المصبوط. ادي اول حاجة من اربعين لخمسين كلمة. دي المقدمة. تمام? بعد كده بنطل على عناصر الموضوع. يعني ايه عناصر الموضوع? يعني الموضوع اللي هكتب فيه. يعني هكتب الموضوع في ايه? اول حاجة طبعا يعني هعرف اه قبل ما عمل اي حاجة لازم بقعناية على طول على الايه? اللي هنت شايفينه ده اللي هو الصفحة اللي فيها الطاقة. اول حاجة هنتكلم على البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. تاني حاجة استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا. ده الموضوع. تمام? يعني هكتب اول حاجة البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. هوضع البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. وبعد كده هكتب في الموضوع بعضه استخدامات البترول والغاز الطبيعي في حياتنا. آآ التالت حاجة جمع معلومات عن قراءة عداد كهرباء منزلي. يعني آآ قراءة عداد كهرباء سواء انت صورته وهترفع الصورة على الكمبيوتر وبعد كده هتفقها. او آآ تجمع او تكاري ان انت المعلومات بتاع اخر ثلاث ايصالات. بتاع ثلاث اشهر متتالية. عزي ايصال في ثلاث اشهر متتالية. وبعد كده من المسير بيانيا بالعمدة. آآ واحد دشارة الاقصى الاستهلاك ومن الاقل استهلاك. طيب انا دلوقتي هعمل كام كلمة. لازم نشوف هنعمل كام كلمة. الموضوع هننزل تحت كده. يقولك الموضوع من ربعمائت الى خمسونة كلمة. الملخص الاول مقدمة. من 4renال 5ying كلمة ده احنا عملنا خلاص. لما احنا عملنا 52 كلمة. الموضوع ربعمائت الى خمسونة كلمة والانجليزية 15 eth Brah通 كلمة. طب ايه الانجليزية دي؟ الانجليزية لو انت مخدت بالك هيقولك آآ في الطاقة حدد الشهر الاكثر الاستهلاكا لو你 قالer ال�lation ؟ ت kilometر بها وكتب اسم كل شهر باللغة العربية او احد اللغة الاجنبية ف Journal او الغريبات تدريسها لغه opened اتقدم حان English ails ث غير العربية بعد ذلك انا اريد ان اعمل موضوع من 400 و 500 كلمة يعني تقريبا هعمل في الطاقة في البترول هعمل تقريبا اديمية واستخدام البترول لغاز الطبيعي اديمية وجمع معلومات عن القراءة عداد كهربائي دي ما اعتقدش انها تجيب 100 كلمة يعني ممكن نخلي دي مثلا 150 وده 150 يتفضل كان يبقى 300 كلمة وبعد ذلك تخلي دي مثلا نقول 50 كلمة يبقى 350 وده مثلا نقول 70 ولا 80 يبقى ايه 430 ولا حاجة يبقى تقدر يبقى انت عملت بحس والتزمت برضه بالموضوع الموضوع ما يقلش عن 400 كلمة وما يزيدش عن 500 كلمة ولازم نلتزم بالكلام ده يعني طريقة مهمة جدا يعني عشان بيدقوا فيه جدا وده من المشروع ان شاء الله يبقى مكبول يبقى لقدر الله غير مكبول لا يوجد جيد لا يوجد جدا لا يوجد انتياز لا يوجد ضعيف لا هي مكبولة او غير مكبولة يعني انت التزمت بالشيئات اللي هو بقول عليها مكبولة ملتزمتش غير مكبول يعني يبيض يسفد زي ما بنقول بعد كده هنكتب عن البترول غير طبيق احد مصادر الطاقة هنفتح وورد تاني نشوف بقى المناظر اللي هنكتب منه يعني نفتح كتاب المدرسة ونشوف الدراسات مثلا نشوف اللغة العربية نشوف لو فيه درس في اللغة العربية ايه ايه الكلام ده تبدأ تستمد منه وتبدأ تكتب طبعا تكتبش من النص يعني ايه يعني خلي فيه تشكيلة يعني جملة من هنا على جملة من هنا يبقاش كل التركيز على انت بتنقله خلاص ومش عايز منك كده وعايز انك انت يبقى تنوع المصادر عشان تقدر تكتب ننسينا نكتب في المصادر هنا معلش هنكتب ايه هنكتب المصادر اللي احنا اول حاجة احنا عملناها المصدر الاساسي اللي هو اللي احنا عملنا منه دلوقتي المكتبة الرقمية بن خسين بنك المعرفة المصري خليهم لون اسمر يعني على طول بدري بدري كده يعني ايه تبدأ على طول تكتب المصادر الخاصة اللي انت استعنت لها عشان ما تنساش عايزين بقى نكتب الموضوع يعني عايزين نقول بسم الله ونكتب الموضوع هنكتب الموضوع اول حاجة هنعرف البترول والغاز طبيعي كاحد مصادر الطاقة يعني هو بقولك البترول والغاز طبيعي كاحد مصادر الطاقة يبقى هنشوف الدرس هنبحث في الدرس في عندنا موضوع الفراشة برضو اللي انت شايفينها دي هنكتب مسلا فيها البترول البترول والغاز الطبيعي ونعمل انتر اهو النفط والغاز النفط الخام السائل اسود يكون عميقا في بطر الارض انه يكون سامين يعني ممكن نجده كده نسخ ونعملوا لصق هنا كليك مين ولصق النفط الخام النفط الخام السائل اسود يكون عميقا في بطر الارض يعني شوية كلمات برضو هتفيدنا ندخل تاني على المصاطر الفراشة مش عايز يمولي متجددة النفط بدون النفص استققى في الحالة العصرية النفط للغاز صناعة الوقوف برضو نكتبه نقول لنسخ برضو نكتب هنا جزء برضو ده تعريف للايه البترول هنكتب هنا من المصادر هنكتب مصاطر الفراشة المصادر اللي احنا استخدمناها مسلا انت شايف دلوقتي انك انت ما فيش حاجة انك تضفها تاني الا تلت الحاجات لا انت ممكن تصغر الخط خليه مسلا عشرة او كده شوف الخط الصغر خالص سايزون شايفين الخط صغر تقدر تكتب كزا باند يعني ممكن تلاتة اربعة يعني مسلا هنا تلاتة اربع سوري تلاتة هنكتب اي حاجة اربعة ونكتب اي حاجة خمسة هنكتب اي حاجة ستة سبعة تمام يعني تقدر تكتب كزا حاجة ما تقولش لا ده الخط كبير كده مش هينفع انا هكتب فين لا انت لا تعدل على اي حاجة من دي انت ممكن تعدل عليها لا ما تعدلش سيب كل المربعات زي ما هي يعني انت سيب كل المربعات دي يعني ما تكبرش المربع ده او تصغر ده لا خليك منتزم باللي هو وحزة طولك بس حاول انت اقلل او صغر القطور ما فيش اي مشاكل وافضل خط تقريبا هو اثناشر لو ضغطنا اثناشر مثلا او اربعتاشر على الحسن انت مرتاح انت كابل الخط حاليا دلوقتي تخليها اربعتاشر عشان يبقى حتى واضح ليك اه لو انت نسخت على حاجة ولقيت اللون مش واضح هتقوم عامل اعلامة ال اي دي بلوتوماتيك بحيس ان هو يبقى باللون الاسود بعد كده احنا اخترنا دلوقتي عملنا مقبل ده كل ده عن الموضوع يعني انا بتكلم في الموضوع دلوقتي تمام بعد كده دي موساطة الفراشة هشوف مثلا البترول اهمية البترول اضغط علي ضغطة انظر اگري ضغط اهمية البترول اجب الحياة اهمية البترول احساسي احساسي بانترار اجباط اجبه احساسي اشترك وتعلقين احساسي اجباط personally احساسي تمام اللي انا قرأ انهاء او اللي احنا اسمعناه اه بداية تكتبه واللي انت تفهمه من الموضوع بتكتبه بكل سهولة وبحيس انك انت اه تشوف الكلام انت ما تكتبهوش حرفيا انت بتحاول تفهم وتكتب اللي انت تقدر تعبر به. اه دلوقتي كتبنا مسلا شوية قويسين عايزين نعرف عددهم قد ايه. كل ده عشان من البترول والغاز الطبيعي. انا بقول لك انا عايز تعريبا انا عايز مية تعريبا. انا دلوقتي اشوف عددها الحروف. قول له عدد تنشيط. قول له كليك يمين ولسك. قول له قد الكلمات تسعة وسبعين كلمة. طبعا دي حاجة كويسة. تسعة وسبعين كلمة. ما نكملناش وقت الحمد لله. بعد كده. بعد كده. ده بالنسبة للموضوع هنشوف بقى مصادر تانية. نشوف الكتاب المدرسي. اه حاجة بتتكلم عن الطاقة. اه بتتكلم عن مصادر الطاقة. البترول او الغاز الطبيعي. اه بعد كده تختار استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا. تمام. انت ممكن تكتب في هنا في المكتب الرقمية. نرجع بك. البترول والغاز. في حياتنا. نقول له انت. الكهرباء في حياتنا اهي. موجود اهي. نضغط ضغطة. قل له ابدأ. شرح برضو فيديو. لا ده مش هينفع. الشغل والطاقة لا ده حاجة فيزية قريبا. توزيحه كل بطرول في وطن عربي. شو بتتكلم. نستفيد منها معلومة ولا لا? نبدأ نحطط بحسنا. انت بتنتقي المعلومات وتبدأ. نقول له يبدأ. نختار البلد مثلا مصر. خلينا في المملكة العربية السعودية ما وخليها. شوف كتبنا اللي هو هو العلي. بعد كده بنشوف نختار بلد تانية مصر مسلا. غصة شكير. العلمين. وبلاعين. تمام? ده وقت برضو مش عايزين ننسى احنا نتكلم عن استخدام البترول وغاز طبيعي في حياتنا. طبعا هكتب بقى دي سهلة يعني. يعني نكتب استخدام المواصلات الفراشة. بتخدام البترول والغاز طبيعي. هكتب لغازة طبيعي في حياتنا. لغاز طبيعي في. نكتب لغاز. نشوف لغاز بس كده. نشي النفط والغاز. ممكن تبقى في حاجات. تمام الحمد لله فتح. احنا. ختحت شوية معلوماتها دي. طولة مازا حس اننا بتسروح. دي تعريفات. نشوف تاني استخدام بطرول وغاز طبيعي في حياتنا. هنكتب يعني مش محتاجة عنها. هنكتب. ويستخدم. في اه اه وقود السيارات. والحافلات. وكذلك. اه اه وكذلك استخدم. الغاز الطبيعي. في مواقبنا. في المنازل. وتستمرت. المصانع. من مضاق. طبعا. في استخدامة كثير جدا. با هنا. كي تعمل. توضيحة في الخاصة اثناء. نعمل باك. طبيعية. مصادر التأخير متقددة. بطول طول انت كنت في وطن عربي. نروح عليها. قلوه الدق. هيشرح لنا دلوقتي الفيديو. ليست موسيقى Provence اشتركوا في القناة 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 وكمان كلمة تانية تمام نتايج تانية يعني ست نتائج انا بقول لكم برضو مرة تانية ما حدش يلعب في المستطيلات دي ويحددها ويكبرها ويصغرها عشان ما بوص الدنيا. وعشان الحاجات دي تبقى هي زي دي عايز زينها زي استنبا. او قوالب جهزة انك انت ما تلعبش فيها. يا اسمها قوالب جهزة عشان انت ما تلعبش فيها وتسيبها زي ما هي. وتملى بس الايه الكلمة. تملى بس الايه اللي داخلها بس. مش اكتر لالي. تمام? اه يا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش الاشتراك في القناة. اه لو في اي سؤال سيجوا في التعليقات وهارد عليكم على كل فورا. اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وانسو حمد ابراهيم. من قناتكم محمد حمودة للتقنيات. ان شاء الله هناخد ازاي اه تسجل في موقع اه او المنصة الالكترونية. طبعا دلوقتي اه اغلب الناس معها رموز الفصل او رمز الفصل الخاص بك. اه سواء اللغة العربية ورياضيات او ايا كان. اه بتعمل اول حاجة طبعا بتخدش على الموقع ايدمودو. هتسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. هتدخل على حساب طالب. لو انت طالب او حساب معلم. اه او حساب ولية امر ايا كان. خلينا بس الحساب طالب الاول. قبل ما تدخل على ايدمودو لازم تخدش على حاجة مهمة جدا. حاجة اسمها استعلام عن اكواد الطلاب. تمام? اه اول حاجة هتكتب الرقم القومي. اه اللي اربعتاشر رقم هتكتبهم كاملين. وتكتب تاريخ الميلاد سنة الميلاد والشهر واليوم. وبعد كده تختار المحافظة دمان محافظات مصر موجودة وتختار النوع ذكر ولا انسة وتقوم بتسجيل الدخول. هيديك رقم مقوم من تسع ارقام. ده اسمه اه الكود الطالب. بعد كده بتخدش على ايدمودو. ستدوك الرابط ده اسفل الفيديو. وتضغط على حساب طالب. لازم يكون معاك اه حاجتين دلوقت. اول حاجة رمز الفصل اللي انت هتاخده. ولو انت كمان معاكش رمز الفصل لما فيش مشكلة. انا هقول لك هنعمل ايه? آآ الثاني حاجة يكون معاك كود الخاص بك. الاسم الاول هتكتب اسمك الاول اللي هو موجود هنا فوق. واسم العائلة هتكتب اسمك التاني او اسم العائلة. مش فرقة. آآ وتكتب آآ رمز الصف. انا هقول لك هنعمل ايه في دلوقت? اسم المستخدم بقى اللي هو فيه كلام. هنكتب آآ م او اي. وبعد كده هنكتب رقم الايه? رقم الايه الكود? الرقم اللي هو بتاع كوده الطالب هتكتبه. كنترول هي. البريد الالكتروني. بيقول لي اه هو عم انهلي بالليون الاحمر عشان بيقول لي اسم المستخدم تم استخدامه من قبل. بس انا بوضح لكم بس كده. اه كلمة المرور هتكتب اي كلمة المرور انت يعني تبقى قوية شوية ما تبقاش يعني اه رقم او كده يعني تبقى حاجة ايه اه ما تقلش عن تمن حروق او ارقام. والافضل ما تبقاش حاجة سهلة ان حد يعرفها. اه رمز الصف ده اللي فضل لنا دلوقت عشان نعمل انشاء حسابك. طب البريد الالكتروني مكتوب بمكوسين اختياري يعني انت عصر ممكن ما تفضوهش. بس لو عندك ايميل حطه مفيش مشكلة عشان لو لو قدر الله انسيتك كلمة سيرجت اقدر تستعدها. هنطري انه هي بعتك رسالة على البريد الالكتروني. اه رمز الصف بقى هنكتبه فيه. هقول لكم نكتبه فيه. هنكتب كود معين فيه. وبعد كده هنبقى نمسح الكود ده. فاقول لكم ازاي. الكود هو اربعة اي يو. تمام. طب انت واحدة يقول لي مسلا طب ده مش رمز الفصل بتاعي. انا لسه ما جاليش رمز الفصل. طيب انا هقول لك هتعمل ايه? رمز الفصل اللي احنا عاملينه ده ده حاجة مؤقتة وبعد كده احنا هنمسحها ونكتب رمز الفصل من جديد. هقول لكم ازاي برضه من جوة ان شاء الله. اول حاجة دلوقتي اه بعد ما تكتب رمز الفصل اللي انا وتحط طولك ده وهسابه لكم اسفل الفيديو. وكتبت كلمة المرور. هتعمل حاجة اسمها انشاء حسابك. هتضغط هتدخل على طول على اه ان شاء الله على حسابك. مفيش اي مشكلة. بيفتح لك صفحة جديدة. هنفتح هنعرف بقى ازاي ازاي تضيع الرمز الفصل وازاي تضيف رمز الفصل. بعد ما دخلنا وبعد ما دخلنا دلوقتي على حساب هنسخل على من فوق هنا زي ما انشايفين الفصول دراسية. انا ضغط على الفصول الدراسية. هتلاقي عندك في فصل اللي انت دخلت فيه اللي هو اه اربعة اي 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 او اللي انا كاتبه لكم الرمز ده. دخلك على الفصل اه اه معين في المدرسة معينة. انت هتعمل هتضغط هتلاقي الصف كزا الصف كزا الصف السادس اه انجليزي الصف الرابع الصف الخامس. تمام? هتضغط على الثلاث شورة دول وتقول له انسحاب. هقول لك هلأ انت موافق من الانسحاب? قل له نعم. بعد كده هيجي لك اه تطلع فوق شوية هيجي لك علامة الزائد دي. زي ما انت شايفانها. او ما تضغط على فصل دراسية فوق. هيجي لك علامة الزائد. هتضغط على علامة الزائد دي هيظهر لك يقول لك التحك بفصل دراسي. نزلت من عالم ده. تمام? هتضغط على التحك بفصل دراسي اللي هي نزلت من تحت الزائد دي او من رطع الزائد. ويجي لك حاجة اسمها الرمز. تضغط الرمز الموجود اللي اللي هيديه لك مدرس الفصل اللي هتواصل معي جلبيه. وتبدأ تسأله على اي مشكلة في البحث او الكلام ده. وبرضو من المنصة دي هتبدأ ترفع تبدأ ترفع بيها البحث. آآ عن طريق آآ هقول لكم فيما بعد هنرفعه الزاي. آآ بعد كده. بعد ما ترفع البحث. يبقى انت كده اتمامت العملية آآ تماما. وخلصت كل حاجة. معناك رفعت البحث يعني خلاص. انت راجعت وعملت كل حاجة مطلوبة وبترفع البحث. بعد ما عملت البحث. طيب ازاي بقى نعمل البحث. أول حاجة احنا كده خلصنا الحمد الله الحاجات دي كلها. بقى. نطلع بقى. قريبنا نستعلم عن كود الكلام ده. كل الحاجات دي هاسبها لكم اسفل فيديو. لستعلم عن كود الطالب. آآ يليه اه آآ آآ فاتح حساب في آآ منصة آآ اه منصة الالكترونية. بعد كده بقى منخش على ايه. آآ المواضيع البحثية. يعني ايه المواضيع البحسية المواضيع البحسي يعني مثلا انا اخترت الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحسي لو ضغطت عليها ضغطة هيظهر لك الشكل ده الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحسي اقرأ المشروعات التالية واختر واحدا منهم للعمل عليه هنختار واحد منهم اتنين يمكنك العمل على المشروع منفردا او مع فريق ليزيد عن ثلاثة من زملائك يعني اه بيك انت يبقى ميزتش عن ثلاثة تمام يعني انت واثنين اصحابك ده من نسبة للصف الرابع الابتدائي تمام هنختار واحد السياحة او هنختار الطاقة او هنختار الصحة او المية اي واحدة من الاربعة دول هو البحث بتاعنا طب نختار على اي اساس يعني لو انت المنهج الخاص بيك في اه انت شايف انك انت ممكن تكتب اه كلمات كتير وموضوع ممتاز عن السياحة عشان فيه المواد اللي موجودة عندك سواء علوم او او دراسات او او اللغة العربية او اي مادة تانية بتتكلم عن السياحة بطريقة اه مستفيدة يعني او بطريقة يعني مشروحة بدرجة كبيرة ما تقدر طبعا تختار الموضوع بالنسبة للمواد اللي عندك كل ما كانت الموضوع يعني قريب اوي للمواد بتاعك طبعا يكون افضل واحسن طبعا بعد كده هنعمل ايه احنا دلوقتي حددنا مثلا هنتكلم مثلا في الطاقة هايقولك دلوقتي في ضغط دراسك كن بعداد مشروع بحسي يتضامن ما يليه البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا جمع معلومات عن قراءة عدات كهرباء منزلي او ايصال في تلات اشهر متتالية اومثله بيانيا بالعمدة اه رابح حاجة حدد الشهر الاكثر استهلاكا الاقل استهلاكا مواطحا من وجهة نظرك اسباب ذلك وكتب اسم كل شهر باللغة العربية وباحد الغربية الأجنبية تمام هنختار البحث ده ازاي وهي هنعمله ازاي من الكوالب الجهزة اللي وزارت التربية والتعليم من�� هنبلها هنضغط على الصفحة دي اللي احنا اول واحدة هنجبناها. ندخل على القوالب الباحثية المراحلة التعليمية الأassistية هنضغط عليه ضغطة هيازغلينا الشكل ده. دي جميع المراحل التعليمية من الصف التالت اعدادي لغاية الصف السالس اعدادي من تلت ابتدائي لتالت الايدادي. هنختار الصف الرابع الابتدائي ونحمل القوالب. يعني ايه القوالب? يعني تحميل القالب الاول اللي هو الايه? اللي هو البحث الاول اللي هو السياحة. اللي هو القالب الاول. القالب التاني اللي هو الطاقة. اللي انت شايفينه ده. تحميل القالب التاني ده الطاقة. طيب القالب الثاني لو انت عايز تشوفه بس قبل ما تحمله. طيب. اه القالب التالت الصحة. يقول لك تحميل القالب الطالب. طيب قالب الرابع الماء. تحميل قالب الرابع. زي من شافين. صف الرابع اللي ابتدأي تحته تحميل القالب الرابع. هتختاره هتحمله عادي عندك على الجهاز سواء كميوتر او لابتوب او موبايل اي ان كان. وتبدأ تستخدمه. آآ البحث نفسه بيتعمل ببرنامج بس البرنامج اللي احنا هنعمله. برنامج اللي احنا هنعمله. آآ مايكروسوفت اوفيس الفين وسبعة او اكتر. تمام? بعد كده هنفتح البحث. ده البحث بعد ما نزلته. اللي هو بحث الطاقة للصف الرابع الابتدائي. هندخل على البحث. هنعرف باقي ايه ده? ايه اللي موجود ده? اول حاجة للصف الرابع الابتدائي المشروع الثاني الطاقة. عنوان الموضوع هتختار عنوان جزاب للموضوع. بمعنى هنعمل هنا ونكتب مسلا اهمية الطاقة في حياتنا. مسلا الرقم التعريفي اللي هو الكود الطالب. هتعمل كده هنا وتضغط انتر وتكتب الرقم الكودي بتاعك اللي هو كود الطالب اللي احنا استعلمنا عنو. المقدمة هتعمل المقدمة ما تزدش عن خمسين كلمة او ما تقلش عن اربعين كلمة. يعني من اربعين لخمسين كلمة المقدمة. هتعمل انتر وتبدأ تكتب مقدمة وتنسقها. وتقول له مسلا اه المقدمة دي مش من تعليفك انت هجيبها من كتاب المدرسة او من المنصة الايه الالكترونية او المكتاب الرقمي. عناصر الموضوع هتكتب موضوع بيتكلم من ربعمائة لخمسمائة كلمة عن الطاقة. طبعا من خلال الكتاب المدرسي والكتاب سلاحي التلميز او كتاب المعاصر. اه هو بمديك كزا يعني كزا مكان اربعين كلمة دي. هي تعريبا تلت صفحة هوا بمديك ادي صفحة اولانية زي ما انت شايفين. صفحة التانية فيها صورة وصورة. صورة هترفقها وصورة تانية هترفقها بتتكلم عن الطاقة. ممكن نجيبها من جوجل عادي. الصفحة التانية هتكتب فيها برضو عن الموضوع. ده اعتبع الموضوع. الصفحة التانية. صفحة التالتة عن الموضوع برضو. النتائج هتعرق يعني هتقول له احنا اتعلمنا او عرفنا ايه من اه معلومات في عن الايه عن الطاقة. عرفنا اهمية الطاقة. عرفنا اه انواع الطاقة. اه الكلام ده. المصادر اللي انت استمديت منها البحث الخاص به. بنك المعرفة المصري. اه كتاب اللغة العربية المدرسي. كتاب الرياضيات المدرسي. كتاب اللغة المدرسي كتاب المدرسات الاجتماعية المدرسي. وهكذا ايا كان الايه كتاب اللي انت استعانت به. او اه المكتبة الرقمية او ايا كان. طيب عايزين نكتب بقى البحث. هنعمل ايه? المقدمة. هنختار مسلا المقدمة. هنبحث دلوقتي عن نت. كأنك انت لست بتعمل مشروع جديد اهو. بسم الله. هندخل عن المكتبة الرقمية وهنكتب مثلا الطاقة. قبل ما نكتب البحث بنشوف حاجة مهمة او نسيت اقول لكم عليها. الكلام اللي هو كاتبهو لك في البحث انك انت ازاي تبحس و مكتوب لك البترول والغاز بس بلون عريض شوية او بولد شوية عريض. او اه يعني اصمر زي ما انتم شايفين. البترول والغاز. ده اللي هنبحث عنه في اي علامة سيرش. البترول والغاز. هنكتب البترول والغاز. ونقول له انتر. تمام? بعد كده بعمل حاجة اسمها فلتر. يعني ايه? اه كلمات الدلالية. دلوقتي انا بختار كلمات الدلالية هعمل اكس هنا. اه انا عندي عايز اه انا في الصف الرابع الابتدائي. بتكلم في الرابع الابتدائي. هقول له عرض المزيد من الكلمات الدلالة. دي اللي هتعمل لي فلتر. انا بتكلم في سنة ابتدائي. جالي الابتدائي. فصل دراسي التاني. فصل دراسي التاني. هعمل سنة رابعة. صف الرابع. صف الرابع الابتدائي اهو. تمام. بقول لي التعديم والصناعة والتجارة? لا. جهازة تنفيذ في الانسان? لا. بالبترول والغاز. خلينا التعديل والصناعة والتجارة. اماكن استفراج ومصادر الطاقة. ونقول له ابدأ. يبدأ يحمل. يبدأ يشرح لنا دلوقتي ونسمع الشرح. نعمل التالي. نعمل التالي ديب. خلينا نشوف حاجة تانية. هنشلم الفلاتر ابتدائي. صف الرابع. نخلينا في اهمية البترول في الوطن العربي. نضغط عليها. ده من الطاقة. حاجة في الطاقة. هنقول له ايد ده. يعني من شرطي بها هي نفس ايه الصنة اللي انت فيها. هنكتفي المقدمة. اللي احنا سمعنا ده. هنكتب الدرس الثاني. هنضغط داتا. لاقفال دمك. اللي احنا س Holz جنورة. اللي احنا سترنتمar نصف الضغط ده. السفل اس ف tragد cuando هذه الثانية نكتب زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. نسأل خليق اسمر عشان يبقى واضح لكم. نكبر. نكبر الفونت. البترول له مية كبيرة في النابط المصانع واسعة للنابط المختلفة واشتاكم منه منتجات كثيرة تدخل فيه. نفتح فاني نشغل. اشتركوا في القناة تمام دي مقدمة. عايزين نعرف المقدمة دي كم كلمة احنا كتبناها من الشرح اللي هو مكتوب ده. اي حاجة اسمها عدات كلمات هقول لكم عليه. هسيب لكم رابطه اسفل الفيديو. اعمل كليك كمين لصق. اقول له عد الكلمات. جاء لي تمانية وعشرين. طبعا تمانية وعشرين ده قليل. انا عايزين من اربعين لخمسين. تمام? احنا عايزين من كم? من اربعين لخمسين. هنشوف تاني. فيديو تاني يشرح حاجات تانية. نعمل باك. الموضوع سهل ان شاء الله ما فيش اي مشاكل فيه. خلينا مسلا في البطرول هنا كده. اهميته وانتاجه والكلام ده. نقول له عده. نسمع الشرح ونسيقه باسلوبنا. ونكتب مسلا المصادر دلوقتي اللي احنا عملناها ده بنك المعرفة عن مصري. وانت بتسمع ممكن تكتب على طول. بيقول له اضغط على الشكل اللي قدامك هقول له موافق. بيقول له مسلا لانتاج العلام اللي بتفوق. هنغغب ضغطة. اضغط اني. اضغط اني. اشتركوا في القناة زي ما انتم شايفين كتبنا شوية معلومات كويسة هنقول له ونعمل عداد الكلمات على عداد الحروب عداد الكلمات اه نعمل عشان يشيل القديم ونقول له لاصق ونقول له عد الكلمات هنشوفها كام اتنين وخمسين ما فيش مشكلة هنممكن نحزف اتنين يعني هي كده في المزوط ادي اول حاجة من اربعين لخمسين كلمة دي المقدمة تمام بعد كده منطل على عناصر الموضوع يعني عناصر الموضوع يعني الموضوع اللي انا هكتب فيه يعني هكتب الموضوع في ايه اول حاجة طبعا يعني هعرف اه قبل ما اعمل اي حاجة لازم هناك عناية على طول على الايه الي هنشوفينه ده اللي هو الصفحة اللي فيها الطاقة اول حاجة هنتكلم على البترول والغاز الطبيعي كاهد mصادر الطاقة تاني حاجة استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا ده الموضوع تمام يعني هكتب اول حاجة البترول والغاز الطبيعي كاهد cah3d الطاقة. هوضع البترول الغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. وبعد كده هكتب في الموضوع بعضه استخدامات البترول الغاز الطبيعي في حياتنا. آآ التالت حاجة جمع معلومات عن قراءة عداد كهرباء منزلي. يعني آآ قراءة عداد كهرباء سواء انت صورته وهترفع الصورة على الكمبيوتر وبعد كده هتفضطها. او آآ تجمع او تكارن انت المعلومات بتاع التال اخر تلات ايصالات بتاع ثلاث اشهر متتالية. الزي ايصال في ثلاث اشهر متتالية. وبعد كده بنمسره بيانيا بالعام ده. آآ واحدد اشهر الاقصى الاستهلاك ومن الااقل استهلاك. طيب انا دلوقتي هعمل كم كلمة. لازم نشوف احنا هنعمل كم كلمة. الموضوع هننزل تحت كده. بيقول لك الموضوع من ربعمائة لكمسمائة كلمة. الملخص هو المقدمة. من ربعين لخمسين كلمة ده احنا عملنا خلاص. لما احنا عملنا اثنين وخمسين كلمة. الموضوع ربعمائة لخمسمائة كلمة. والانجليزية خمساش ومثلاثين كلمة. طيب ايه الانجليزية دي? الانجليزية لو انت اخدت بالك بيقول لك. آآ في الطاقة. حدد الشهر الاكصر استهلاكة. انا اقل استهلاكة الموضحة من وجهة نظرك اسباب ذلك. وكتب اسم كل شهر باللغة العربية او باحد اللغة الاجنبية اللي هي اللغة الانجليزية او اي ان كان اللغة اللي انت بتدرسها. غالبا الانجليزية يعني. بعد كده عشان كده هي دي اللغة الاجنبية اللي انت هتسخدمها. ما تزيدش عن ما تقلش عن خمساشر وما تزيدش عن تلاتين كلمة. في اللغة الاجنبية. وبرضه عدد الكلمات بيعد اللغة الانجليزية او الفرنسية اي ان كان بيعدها برضو. مش في الطاقة في البترول هعمل تقريبا اديمية. واستخدام البترول لغاز الطبيعي اديمية. وجمع معلومات عن القراءة اتعداد كهربائي. دي ما اعتقدش انها هتجيب مئة كلمة. يعني ممكن نخلي دي مثلا مية وخمسين. ودي مية وخمسين. يتفضل كان يبقى تلتمية كلمة. وبعد كده تخلي دي مثلا نقول خمسين كلمة. يبقى تلتمية وخمسين. ودي مثلا نقول سبعين ولا تمانين. يبقى ايه? ربعمية وتلاتين ولا حاجة. يبقى تقدر ايه? ايه? يبقى انت عملت بحس. والتزمت برضو بالايه? بالموضوع. الموضوع ما يقلش عن ربعمية كلمة وما يزيدش عن خمسمائة كلمة. ولازم نلتزم بالكلام ده يعني طريقة مهمة جدا يعني. عشان بيدقوا فيه جدا ودي من ايه? المشروع ان شاء الله هيبقى مكبول. يبقى لقدر الله غير مكبول. مفيش جيد مفيش اه مكبول مفيش اه اه جايك جدا مفيش اه 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 اي وما فيش اه امتياز مفيش ضعيف. لا هي مكبول او غير مكبول. يعني انت التزمت بالحاجات اللي هو بقول عليها مكبولة. ملتزمتش غير مكبول. يعني يا بيض يسفد زي ما بنقول. بعد كده اه هنكتب عن البترول غاز طبيق احد مصادر الطاقة. دلوقتي هنفتح ورد تاني. نشوف بقى المنظر اللي احنا نكتب منه. يعني نفتح كتاب المدرسة. ونشوف فيه الدراسات مسلا نشوف اللغة العربية. اه نشوف اه لو فيه درس في اللغة العربية بين البترول او الطاقة او المصابح الكهربية واي ان كان اه الكلام ده تبدأ تستمد منه وتبدأ تكتب. طبعا ما تكتبش من نص يعني ايه يعني خلي فيه تشكيلة يعني يعني اه جملة من هنا على جملة من هنا. يبقاش كل التركيز على انت بتنقل وخلاص ومش عايز منك كده لأ. وعايز انك انت يبقى تنوع المصادر عشان تقدر تكتب. ننسي نكتب في المصادر هنا. معلش هنكتب ايه? هنكتب المصادر اللي احنا اول حاجة احنا عملناها. المصدر الاساسي اللي هو اللي احنا عملنا منه دلوقتي المكتبة الرقمية. بن خسين بنك المعرفة المصري. خليهم لون الاسمر. يعني على طول اه بدري بدري كده يعني ايه? تبدأ على طول تكتب ايه المصادر الخاصة اللي انت استعنت بها عشان ما تنساش. عايزين بقى نكتب الموضوع يعني. عايزين نقول بسم الله ونكتب الموضوع. هنكتب الموضوع اول حاجة هنعرف بالابترول الغاز طبيعي كاحد مصادر الطاقة. يعني هو بقولك البترول الغاز طبيعي كاحد مصادر الطاقة. يبقى هنشوف الدرس هنبحث في الدرس. في عندنا موصات الفراشة برضو. اللي انتم شايفينها دي. هنكتب مسلا فيها البترول. البترول والغاز الطبيعي. ونعمل انتر. اهو النفط والغاز. النفط الخام بسائل اسود يكون عميقا في بطر الارض. انها وقود سمين. يعني ممكن نجده كده نسخ. ونعمل هنا. كليك مين ولسق. النفط الخام بسائل اسود يكون عميقا في بطر الارض. دي هو اتبر ايه? يعني شوية كلمات برضو هتفيدنا. ندخل تاني على المصادر الفراشة. مش هجي موري متجددة. النفط بدون النفص استققى في الحالة العصرية. النفط دره صناعة الوقوف برضو نكتبه. دولي نسخ برضو. نكتب هنا جزء برضو. ده تعريف للايه? البترول. هنكتب هنا من المصادر. هنكتب مصادر الفراشة. المصادر اللي احنا استخدمناها. مسلا انت شايف دلوقتي انك انت ما فيش حاجة انك تضفها تاني الا تلت الحاجات لأ انت ممكن تصغر الخط. خليه مسلا عشرة او كده شوف الخط الصغر خالص زي ما انت شايفين. الخط الصغر تقدر تكتب كزا باند يعني ممكن تلاتة اربعة يعني مسلا هنا. تلاتة اربع سوري. تلاتة نكتب اي حاجة اربعة ونكتب اي حاجة. خمسة نكتب اي حاجة ستة. سبعة. تمام? يعني تقدر تكتب كزا حاجة ما تقولش لا ده الخط كبير كده مش هينفع انا هكتب فين? لا. انت لا تعدل على اي حاجة من دي انت ممكن تعدل عليها لا ما تعدلش. سيب كل المربعات زي ما هي. يعني انت سيب كل المربعات دي يعني ما تكبرش المربع ده او تصغر ده لأ. خليك منتزم باللي هو محزة طولك بس حاول انت اقلل او صغر الخطوط. ما فيش اي مشاكل. وافضل خط تقريبا هو اتناشر لو ضغطنا اتناشر مسلا او اربعتاشر. الحسن ما انت مرتاح. انت قبل الخط حاليا دلوقتي خليها اربعتاشر. عشان يبقى حتى واضح ليك. اه لو انت نسخت على حاجة ولقيت اللون مش واضح هتقوم عامل اعلامة الاي دي. بتقول له اوتوماتيك. اه بحيس انه ما يبقى باللون الاسود. بعد كده احنا اخترنا دلوقتي عملنا مقدم. اه ده كل ده عن الموضوع. يعني انا بتكلم في الموضوع دلوقتي. تمام? بعد كده دي موساطة الفراشة. هشوف مسلا البترول اهمية البترول اضغط على ضغطه. نهو. تمام? اللي انا قرأناه او اللي احنا اسمعناه اه بدأت تكتبه. واللي انت تفهمه من الموضوع بتكتبه بكل سهولة. وبحيس انك انت اه تشوف الايه الكلام انت ما تكتبهوش حرفيا انت هتحاول تفهم وتكتب اللي انت تقدر تعبر به. اه دلوقتي كتبنا مسلا شوية قويسين انا عايزين نعرف عددهم قد ايه. كل ده عشان البترول والغاز طبيعي. انا بقول لك انا عايز تعريبة انا عايز مية تعريبة. انا دلوقتي نشوفها عدده الفروف. قول له. عدد تنشيط. قول له كليك يمين ولسك. قول له قد الكلمات تسعة وسبعين كلمة. طبعا دي حاجة كويسة. تسعة وسبعين كلمة. ما نكملناش وقت. الحمد بالله. بعد كده. بعد كده. ده بالنسبة للموضوع. هنشوف بقى مصادر تانية. نشوف الكتاب المدرسي. اه حاجة بتتكلم عن الطاقة. اه بتتكلم عن مصادر الطاقة. البترول اوغاز الطبيعي. اه بعد كده تختار استخدام البترول اوغاز الطبيعي في حياتنا. تمام. انت ممكن تكتب في هنا. في المكتبة الرقمية. نرجع بك. البترول والغاز. في حياتنا. نقول له انت الكهرباء في عامية البترول فقط عاربي. الكهرباء في حياتنا اهي موجودة اهي. نبغى الضغطة. قل له ابدأ. شرح برضو فيديو. لا ده مش هينفع. الشغل والطاقة لا ده حاجة فيزية تقريبا. توزيحه كل بطرول في وطن عربي. شو بتتكلم. نستفيد منها معلومة ولا لا? نبدأ نحطط بحسنا. انت بتنتقي المعلومات وتبدأ. نحطول البلد. مثلا مصر. خلينا في المملكة الربية ستودينا وخليها. شوف كتبنا اللي هو هو قال عليه. بعد كده بنشوف بنعمل اكس. بنختار بلد تانية مصر مسلا. شكرا. العلمين. وبلاعين. تمام? دلوقتي برضو مش عايزين ننسى هم نتكلم عن استخدام البترول الغاز الطبيعي في حياتنا. طبعا هكتب بقى دي سهلة يعني. يعني هكتب استخدام لمواصلت الفراشة. التخدام البترول. والغاز طبيعي. هكتب لغاز طبيعي في حياتنا. لغاز طبيعي في. نكتب لغاز. نشوف لغاز بس كده. نشوف لغاز. ممكن تبقى في حاجات. تمام? الحمد لله فتح. فتحت شوية معلوماتها ايه? طول روما ازا حس انه بسرعة. دي تعريفات. نشوف تاني مكتوب استخدام بترول الغاز طبيعي في حياتنا. هنكتب يعني مش محتاجة يعني هنكتب وليستخدم في آآ وقود السيارات. والحافلات. وكذلك. وكذلك يستخدم الغاز الطبيعي في مواقع قديمة في المنازل. وتستمد المصانع منه الطاقة. طبعا في استخدمة كتير جدا بها هنا. كي تعمل. توزيعها في الخاصة اثناء. نعمل باك. ميوية طبيعية. مصادر الطاقة المتقددة. بتفضل طور انت كتب وطن عربي. نروح عليها ونلو ابدأ. هيشرح لنا دلوقتي للفيديو. ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 من انت عرفتها معرفة انواع مصادر الطاقة معرفة انواع مصادر الطاقة مشوف مثلا البحس كان نكتيب لنا ايه آآ جمع المعلومات عن قاعدة عداد تقطع شو ما سروا بيانين بالعمدة. عرفنا مسلا الايه? الاستهلاك اليومي والشهري. آآ للطاقة. للطاقة للنزلي. تمام? يعني قل تعريبا دي النتائج للمشروع اللي انت عملته. طبعا لو عايز تعمل نتائج تانية وما فيش مكان طبعا زي ما احنا قلنا هتحددهم وتقللوا كده. او تكتب على طول تضغط هنا وتضغط حداشر او عشرة. وكده يبقى انت عندك مساحة تانية انك انت تكتب. تكتب كمان كلمة تانية. وكمان كلمة تانية. تمام. تمام نتائج تانية يعني ست نتائج. انا بقول لكم برضو مرة تانية ما حدش يلعب في الايه? في المستطيلات دي ويحددها ويكبرها ويصغرها عشان ما يبوص الدنيا. وعشان الحاجات دي تبقى هي زي دي عايز زينها زي استنبا او قوالب جهزة انك انت ما تلعبش فيها يا اسمها قوالب جهزة عشان انت ما تلعبش فيها وتسيبها زي ما هي. وتملى بس الايه الكلمة. تملى بس الايه اللي داخلها بس. مش اكتر الالي. تمام? اه يا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش اشتراك في القناة. اه لو في اي سؤال سيبه في التعليقات وهارد عليكم على طول فورا. اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وانس محمد ابراهيم. من قناتكم محمد حمودة للتقنيات. ان شاء الله النهاردة هناخد ازاي تسجل في موقع اه او المنصة الالكترونية. طبعا دلوقتي اه اغلب الناس معها رموز الفصل او رمز الفصل الخاص بيك. سواء للغة العربية او رياضيات او ايا كان. اه بتعمل اول حاجة طبعا بتخدش على الموقع اه سيديكم الرابط اسفل فيديو. هتدخل على حساب طالب او انت طالب او حساب معلم. اه او حساب ولية امر ايا كان. خلينا بس في حساب الطالب الاول. قبل ما تدخل على ايد مودو لازم تخش على حاجة مهمة جدا. حاجة اسمها استعلام عن اكواد الطلاب. تمام? اه اول حاجة هتكتب الرقم القومي. اه الاربعتاشر رقم هتكتبهم كاملين. وتكتب تاريخ الميلاد سنة الميلاد والشهر واليوم. وبعد كده تختار المحافظة. جميع محافظات مصر موجودة. وتختار النوع ذكر ولا انسة. وتقبل ديك رقم مكوم من تسع ارقام. ده اسمه اه الكود الطالب. بعد كده بتخدش على ايد مودو. اصدوك الرابط ده اسفل الفيديو. وتضغط على حساب طالب. لازم يكون معاك اه حاجتين دلوقت. اول حاجة رمز الفصل اللي انت هتاخده. ولو انت كمان معاكش رمز الفصل اللي ما فيش مشكلة. انا هقول لك هنعمل ايه? اه التاني حاجة يكون معاك كود الخاص بيك. الاسم الاول هتكتب اسمك الاول. اللي هو موجود هنا فوق. واسم العائلة هتكتب اسمك التاني او اسم العائلة. مش فرقة. اه وتكتب اه رمز الصف. انا هقول لك هنعمل ايه في دلوقت? اسم المستخدم بقى اللي هو فيه الكلام. هنكتب ايه ايه ام او اي. وبعد كده هنكتب رقم الايه. رقم الايه الكود. الرقم اللي هو بتاع عقود الطالب هتكتبه. كنترول بيه. البريد الالكتروني. بيقول لي اه هو عمل هلي بالليون الاحمر عشان بيقول الاسم المستخدم تم تستخدمه من قبل. بس انا بوضح لكم بس كده. اه كلمة المرور هتكتب اي كلمة مرور انت اه يعني تبقى قوية شوية ما تبقاش يعني اه رقم تليفون او كده يعني تبقى حاجة ايه اه ما تقلش عن تمن حروق او ارقام. والافضل ما تبقاش حاجة سهل ان حد يعرفها. اه رمز الصف ده اللي فضل لنا دلوقت عشان نعمل انشاء حسابك. طب البريد الالكتروني مكتوب بين قوسين اختياري يعني انت اصلا ممكن ما تفضوهش. بس لو عندك ايميل حطه مفيش مشكلة عشان لو لو قدر الله انسيتك كلمة سيرجت اقدار تستعدها انه هي بعتك رسالة على البريد الالكتروني. اه رمز الصف بقى هنكتب فيه. اقول لكم نكتب فيه. هنكتب كود معين فيه. وبعد كده هنبقى هنمسح الكود ده. هقول لكم ازاي. الكود هو اربعة اي يو واي واي بي. تمام طب انت واحد هيقول لي مسلا طب ده مش رمز الفصل بتاعي. انا لسه ما جاليش رمز الفصل. طيب انا هقول لك هتعمل ايه? رمز الفصل اللي احنا عمليله ده. ده حاجة مؤقتة. وبعد كده احنا هنمسحها. ونكتب رمز الفصل من جديد. هقول لكم ازاي برضه من جوا ان شاء الله. اول حاجة دلوقتي اه بعد ما تكتب رمز الفصل اللي انا هتحط طول لك ده. وهسابه لكم اسفل الفيديو. واااا كتبت كلمة مرور. هتعمل حاجة اسمها انشاء حسابك. هتضغط هتدخل على طول على اه ان شاء الله على حسابك ما فيش اي مشكلة بيفتح لك صفحة جديدة هنفتح هنعرف بقى ازاي ازاي تضيع الرمز الفصل وازاي تضيف رمز الفصل. بعد ما دخلنا وبعد ما دخلنا دلوقتي على حساب هندخل على من فوق هنا زي ما انت شايفين الفصول الدراسية انا ضغط على الفصول الدراسية هتلاقي عندك في فصل انت دخلت فيه اللي هو اه اربعة اي اي يو اللي انا كتبه لكم الرمز ده دخلك على الفصل اه اه معين في مدرسة معينة انت هتعمل هتضغط هتلاقي الصف كزا الصف كزا الصف السادس اه انجليزي الصف الرابع الصف الخامس تمام هتضغط على الثلاث شورة دول وتقول له انسحاب هقول لك هل انت موافق من الانسحاب قول له نعم بعد كده هيجي لك اه تطلع فوق شوية هيجي لك علامة الزائد دي زي ما انت شايفينها او ما تضغط على الفصول دراسية فوق هيجي لك علامة الزائد هتضغط على علامة الزائد دي هيظهر لك يقول لك التاحك بفصل دراسي نزلت من على الاندهر تمام هتضغط على التاحك بفصل دراسي اللي هي نزلت من تحت الزائد دي او ما ضغطت على الزائد ويجي لك حاجة اسمها الرمز تضغط الرمز اللي موجود اللي اللي هيدهو لك مدرس الفصل اللي هتوصل معي جلبي وتبدأ تسأله على اي مشكلة في البحث او الكلام ده وبرضه من المنصة دي هتبدأ ترفع تبدأ ترفع بيها البحث عن طريق هقول لكم فيما بعد هنرفعه لزاي بعد كده بعد ما ترفع البحث يبقى انت كده اتمامت العملية اه تماما وخلصت كل حاجة معناك رفعت البحث يعني خلاص انت راجعت وعملت كل حاجة مطلوبة وبترفع البحث بعد ما اعملت البحث طيب ازاي بقى نعمل البحث بقى اول حاجة احنا كده خلصنا الحمد لله الحاجات دي كلها نطلع بقى عرفنا الاستعلمة عن كود والتلم ده كل الحاجات دي هسيبها لكم اسفل فيديو الاستعلمة عن كود والطالب يليه فاتح حساب في منصة اد مودو ومنصة الالكترونية بعد كده بقى منخش على ايه اه المواضيع البحثية يعني ايه المواضيع البحثية المواضيع البحث يعني مثلا انا اخترت الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحثي لو ضغطت عليها ضغطة هيظهر لك الشكل ده الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحثي اقرأ المشروعات التالية واختار واحدا منهم للعمل عليه هنختار واحد منهم اتنين يمكنك العمل على المشروع منفردا او مع فريق لا يزيد عن ثلاثة من زملائك يعني اه بك انت يبقى ما يزيدش عن ثلاثة تمام يعني انت واثنين اصحابك ده من نسبة للصف الرابع الابتدائي تمام هنختار واحد السياحة او هنختار هنختار الطاقة او هنختار الصحة او المية اي واحدة من الاربعة دول هو البحث بتاني طب نختار على اي اساس يعني لو انت المنهج الخاص بيك في اه انت شايف انك انت ممكن تكتب اه كلمات كتير وموضوع يعني ممتاز عن السياحة عشان فيه المواد اللي موجودة عندك سواء علوم او او دراسات او او اللغة العربية او اي مادة تانية بتتكلم عن السياحة بطريقة اه مستفيدة يعني او بطريقة يعني مشروحة بدرجة كبيرة ما تقدر طبعا تختار ايه الموضوع بالنسبة للمواد اللي عندك كل مكانة الموضوع يعني قريب اوي للمواد بتاعك طبعا يكون افضل واحسن طبعا بعد كده هنعمل ايه احنا دلوقتي حددنا مثلا هنتكلم مثلا في الطاقة هيقول لك دلوقتي في ضغ دراسة كن بعداد مشروع بحسي يتضامن ما يلي البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا جمع معلومات عن قراءة عداد كهرباء منزلي او ايصال في ثلاث اشهر متتالية اممثله بيانيا بالعمدة اه رابح حاجة حدد الشهر الاقصى الاستهلاكا على الاقل استهلاكا موضحا من وجهة نظرك اسباب ذلك وكتب اسم كل شهر باللغة العربية وباحد اللغة الاجنبية تمام هنختار البحث ده ازاي وهلي هنعمله ازاي من القوالب الجهزة اللي وزارة التربية والتعليم عملها هنضغط على الصفحة دي اللي احنا اول واحدة احنا جدناها هناخدع على القوالب البحثية للمراحل التعليميات الأساسية نضغط عليها هنضغط علىها ايزهلن هذا هن qualche مده من الصف الثلث اعدادي بشكل صف الثلث اعدادي من اختار الصف الرابع الابتدائي ونحمل القوالب يعني ي Politus Coronavirus قلق ٥ ٧ قلق الصف الثن effective تحمي القز الثاني قبل ما تحمله طيب. القالب الثالث الصحة. يقول لك تحميل القالب الثالث. طيب القالب الرابع الماء. تحميل القالب الرابع. زي ما انت شافين. صف رابع اللي بتدقي تحته. تحميل القالب الرابع. هتختاره. هتحمله عادي عندك على الجهاز. سواء كمبيوتر او لكتوب او موبايل اي ان كان. وتبدأ تستخدمه. البحث نفسه بيتعمل ببرنامج وورد. بس اللي احنا هنعمله. مايكروسوفت اوفيس الفين وسبعة او اكتر. تمام. بعد كده هنفتح البحث. ده البحث بعد ما نزلته. اللي هو بحث الطاقة للصف الرابع الابتدائي. هندخل على البحث. هنعرف بقى ايه ده ايه اللي موجود ده. اول حاجة للصف الرابع الابتدائي المشروع الثاني الطاقة. عنوان الموضوع هتختار عنوان جزاب للموضوع. بمعنى هنعمل هنا ونكتب مسلا اه همية الطاقة في حياتنا. مسلا الرقم التعريفي اللي هو الكود الطالب. هتعمل كده هنا وتضغط انتر وتكتب الرقم الكودي بتاعك اللي هو كود الطالب اللي احنا استعلمنا عنو. المقدمة هتعمل مقدمة ما تزدش عن خمسين كلمة او ما تقلش عن اربعين كلمة. يعني من اربعين لخمسين كلمة المقدمة. هتعمل انتر وتبدأ تكتب مقدمة. وتنسقها. وتقول له مسلا اه المقدمة دي مش من تعليفك انت هجيبها من كتاب المدرسة او من المنصة الايه الالكترونية. او المكتب الرقمي. عناصر الموضوع هتكتب موضوع بيتكلم من ربعمائة لخمسمائة كلمة عن الطاقة. طبعا من خلال الكتاب المدرسي وكتاب سلاح التنميز او كتاب المعاصر. اه هو بمديك كزا يعني كزا مكان. قبرة مية كلمة دي. اه تعريبا تلت صفحة هوا بمديك ادي صفحة اولانية زي ما انتم شايفين. صفحة تانية فيها صورة وصورة. صورة هترفقها وصورة تانية هترفقها بتتكلم عن الطاقة. ممكن جيبها من جوجل عادي. الصفحة التانية هتكتب فيها برضو عن الموضوع. ده تابع الموضوع. الصفحة التانية. صفحة التالتة عن الموضوع برضو. النتائج هتعرق يعني هتقول له احنا تعلمنا او عرفنا ايه من آآ معلومات في عن الايه عن الطاقة. عرفنا اهمية الطاقة. عرفنا آآ انواع الطاقة آآ الكلام ده. المصادر اللي انت استمديت منها البحث الخاص به. بنك المعرفة المصري. آآ كتاب اللغة العربية المدرسي. كتاب الرياضيات المدرسي. كتاب لغة انجليزية المدرسي. آآ اي حاجة انت استفدت كتاب العلوم المدرسي. كتاب المدرسات الاجتماعية المدرسي. وهكذا ايا كان كتاب اللي انت استعنت به. او آآ المكتبة الرقمية او ايا كان. طيب عايزين نكتب بقى البحث. هنعمل ايه? المقدمة. هنختار مسلا المقدمة. هنبحث دلوقتي عن نت. كأنك انت لسه بتعمل مشروع جديد اهو. بسم الله. هندخل على المكتبة الرقمية. وهنكتب مسلا. الطاقة. قبل ما نكتب البحث بنشوف حاجة مهمة او نسيت اقول لكم عليها. الكلام اللي هو كاتبهه لك في البحث انك انت ازاي تبحس ومكتوب لك البترول والغاز بس البلون عريض شوية او شوية عريض. او آآ يعني اصمر طيب زي ما انتم شايفين البترول والغاز. ده اللي هنبحث عنه في اي علامة البترول والغاز. هنكتب البترول والغاز. ونقول له انتر. تمام? بعد كده بعمل حاجة اسمها فلتر. يعني ايه? آآ كلمات الدلالية. دلوقتي انا بختار كلمات الدلالية هعمل اكس هنا. آآ انا عندي عايز انا في الصف الرابع الابتدائي بتكلم في الرابع الابتدائي هقول له عرض المزيد من الكلمات الدلة. دي اللي هتعمل لي فلتر. انا بتكلم في سنة ابتدائي. جالي الابتدائي. فصل دراسي التاني. فصل دراسي التاني. هعمل سنة رابعة. صف الرابع. صف الرابع الابتدائي اهو. تمام. دولي التعديل والصناعة والتجارة. لأ. الجهازة ما فيه في الانسان لأ. ده البترول والغاز. خلينا التعديل والصناعة والتجارة. اماكن استفراج ومصادر الطاقة. ونقول له ابدأ. هيبدأ يحمل. هيبدأ يشرح لنا دلوقتي ونسمع الشرح. نعمل التالي. نعمل التالي. دي. خلينا نشوف حاجة تانية. هنشلم الفلاتر ابتدائي. الصف الرابع. نخلينا في ايه? اهمية البترول في الوطن العربي. نضغط عليها. ده من الطاقة. حاجة في الطاقة. هنقول له ايه ده. يعني مش شرطي بها هي نفس الايه الصناعة اللي هي تفيدة. هنكتب في المقدمة اللي احنا سمعنا ده. هنكتب الدرس الثاني هنضغط دغطة. هنكتب في المقدمة. 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 ه نكتب زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. نسل نسل خليه اسمر عشان يبقى واضح لكم. نكبر. نكبر الفونت. البترول لها همية كبيرة في النقطة المصانع واسعة للنقطة مختلفة ويشتاكم منه منتجات كثيرة تدخل فيه. يفتح فاني من شغال. نكتب. تمام دي مقدمة. عايزين نرى في المقدمة دي كم كلمة احنا كتبناها من الشرح اللي هو مكتوب ده. ايه حاجة اسمها عدات كلمات هقول لكم عليه. هسيب لكم رابطه اسفل الفيديو. اعمل كليل كيمين لصق. اقول له عد الكلمات. جالي تمانية وعشرين. ده قليل. انا تمام. احنا عايزين من كام. من 40 ل 50. هنشوف تاني. فيديو تاني يشرح حاجات تانية. نعمل باك. الموضوع سهل ان شاء الله ما حيش اي مشاكل فيه. خلينا مسلا في البترول هنا كده. اهميته وانتاجه والكلام ده. نقول له عده. نسمع الشرح ونسيقه باسلوبنا. ونكتب مسلا المصادر دلوقتي اللي احنا عملناها ده بنك المعرفة عن مصري. وانت بتسمع ممكن تكتب على طول. بيقول له اضغط على الشكل اللي قدامك. هقول له موافق. نقول له مسلا لانتاج العلم اللي المترول. نغرب ضغطة. اضغط تاني. زي ما انت شايفين كتبنا شوية معلومات كويسة. هنقول له قابي. ونعمل عداد الكلمات. على عداد الحروب. عداد الكلمات اه. نعمل عشان يشيل القديم. ونقول له لصق. ونقول له عد الكلمات. هنشوف ها كام. اتنين وخمسين. ما فيش مشكلة. هم ممكن نحزف اتنين ولا حاجة مش قضية. يعني هي كده في المزوط. ادي اول حاجة من اربعين لخمسين كلمة. دي المقدمة. تمام? بعد كده بنطل على عناصر الموضوع. يعني عناصر الموضوع. يعني الموضوع اللي انا هكتب فيه. يعني هكتب الموضوع في ايه? اول حاجة طبعا يعني هعرف آآ قبل ما عمل اي حاجة لازم على طول على الايه? اللي انت شايفينه ده اللي هو الصفحة اللي فيها الطاقة. اول حاجة هنتكلم على البترول لغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. تاني حاجة استخدام البترول لغاز الطبيعي في حياتنا. ده الموضوع. تمام? يعني هكتب اول حاجة البترول لغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. هاوضح البترول لغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. وبعد كده هكتب في الموضوع بعضه استخدامات البترول لغاز الطبيعي في حياتنا. آآ التالت حاجة جمع معلومات عن قرية عداد كهرباء منزلي. يعني آآ قرية عداد كهرباء سواء انت صورته وهترفع الصورة على الكمبيوتر وبعد كده هتفضطها. او آآ آآ تجمع او تكارن انت المعلومات بتاعة الاخر تلات ايصالات. بتاعة ثلاث اشهر متتالية. قضي ايصال في ثلاث اشهر متتالية. وبعد كده بنمثل بينها بالعام ده. آآ وحدد اشهر الاكسا استهلاكا ومن الا الاقل استهلاكا. طيب انا دلوقتي هعمل كم كلمة. لازم نشوف احنا هنعمل كم كلمة. الموضوع هننزل تحت كده. يقول لك الموضوع من ربعمائة لخمسمائة كلمة. الملخص اللي هو المقدمة. من ربعين لخمسين كلمة ده احنا عملنا خلاص. لما احنا عملنا اثنين وخمسين كلمة. الموضوع ربعمائة لخمسمائة كلمة والانجليزية خمساش وقتل ثلاثين كلمة. طب ايه الانجليزية دي? الانجليزية لو انت بخدت بالك بيقول لك آآآ في الطاقة احدد الشهر الاكثر استهلاكا وعلى اقل استهلاكا من وجهة نظرك اسباب ذلك وكتب اسم كل شهر باللغة العربية او باحد لغات الاجنبية اللي هي اللغة الانجليزية او ايا كان اللغة اللي انت بتدرسها غالبا الانجليزية يعني. بعد كده عشان كده هي دي اللغة الانجليزية اللي انت تمام بعد كده بعمل انا عايز اعمل موضوع من 400 و 500 كلمة يعني تقريبا هعمل في الطاقة في البترول هعمل تقريبا اديمية واستخدام البترول لغاز الطبيعي اديمية وجمع معلومات عن القراءة اتعداد كهربائي دي ما اعتقلش انها تجيب 100 كلمة يعني ممكن نخلي دي مثلا 150 وده 150 يتفضل كان يبقى 300 كلمة وبعد كده تخلي دي مثلا نقول 50 كلمة يبقى 350 وده مسلا نقول 70 ولا 80 يبقى ايه 430 ولا حاجة يبقى تقدر يبقى انت عملت بحس والتزمت برضو بالايه بالموضوع الموضوع ما يقلش عن 400 كلمة وما يزيدش عن 500 كلمة ولازم نلتزم بالكلام ده يعني طريقة مهمة جدا يعني عشان بيدقوا فيه جدا ودي من المشروع ان شاء الله هيبقى مكبول يبقى لقدر الله غير مكبول ما فيش جاي ما فيش اه مكبول ما فيش جايك جدا ما فيش اه اي ما فيش من انتياز ما فيش ضعيف لأ هي مكبول أو غير مكبوب يعني انت لتزمت ب الحاجات اللي هنكتب عن البترول غاز طبيعيك احد مصادر الطاقة دلوقتي هنكتح ورد ثاني نشوف بقى المنظر اللي هنكتب منه يعني نفتح كتاب المدرسة ونشوف في الدراسات مثلا نشوف في اللغة العربية نشوف لو في درس في اللغة العربية بين عن البترول او الطاقة او المصابح الكهربية او اي ان كان الكلام ده تبدأ تستمد منه وتبدأ تكتب مستعمل من النص يعني ايه يعني خلي فيه تشكيلة يعني يعني جملة من هنا على جملة من هنا يبقاش كل التركيز على انت بتنقل وخلاص ومش عايز منك كده لا وعايز انك انت يبقى تنوع المصادر عشان تقدر تكتب نسيني نكتب في المصادر هنا معلش هنكتب ايه هنكتب المصادر اللي احنا اول حاجة احنا عملناها المنظر الاساسي اللي هو اللي احنا عملنا منه دلوقتي المكتبة الرقمية بن خسين بنك المعرفة المصري خليهم لون الاسمر يعني على طول اه بدري بدري كده يعني ايه تبدأ على طول تكتب ايه المصادر الخاصة اللي انت استعنت لها عشان ما تنساش عايزين بقى نكتب الموضوع يعني عايزين قول بسم الله ونكتب الموضوع هنكتب الموضوع اول حاجة هنعرف البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة يعني هو بيقول لك البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة يبقى هنشوف الدرس هنبحث في الدرس في عندنا مواصلات الفراشة برضو اللي انت شايفينها دي هنكتب مسلا فيها البترول البترول والغاز الطبيعي ونعمل اهو النفط والغاز النفط الخام سائل اسود يكون عميقا في بطر الارض انه يكون سامين يعني ممكن ناخده كده نسخ ونعملوا لصق هنا كليل كيمين ولصق النفط الخام نفط الخام سائل اسود يكون عميقا في بطر الارض دي هو اتبر ايه يعني شوية كلمات برضو هتفيدنا ندخل تاني على المصادر الفراشة مش عايزين موري متجددة النفط بدون النص استطاقة في الحالة العصرية النفط للغاز صناعة الارض برضو نكتبه دولي نسخ برضو نكتب هنا جزء برضو ده تعريف للايه البترول هنكتب هنا من المصادر هنكتب موساط الفراشة المصادر اللي احنا استخدمناها مسلا انت شايف دلوقتي انك انت ما فيش حاجة انك تضفها تاني الا تلت الحاجات لا انت ممكن تصفر الخط خليه مسلا عشرة او كده شوف الخط الصغر خالص شايفين الخط صغير تقدر تكتب كزا يعني ممكن تلاتة اربعة يعني مسلا هنا تلاتة اربعة سوري تلاتة هنكتب اي حاجة اربعة ونكتب اي حاجة خمسة تكتب اي حاجة ستة سبعة تمام يعني تقدر تكتب كزا حاجة ما تقولش لا ده الخط كبير كده مش هينفع انا هكتب فين لا انت لا تعدل على اي حاجة من دي انت ممكن تعدل عليها لا ما تعدلش سيب كل المربعات زي ما هي يعني انت سيب كل المربعات دي يعني ما تكبرش المربع ده او تصغر ده لأ خليك منتزم باللي هو حاجة طولك بس حاول انت اقلل او صغر الخطوط ما فيش اي مشاكل وافضل خط تقريبا هو اتناشر لو ضغطنا اتناشر مسلا او اربعتاشر على حسن ما انت مرتاح انت انا كبر الخط حاليا دلوقتي خليها اربعتاشر عشان يبقى حتى واضح ليك اه لو انت نسخت على حاجة ولقيت اللون مش واضح هتقوم عامل اعلامة الاي دي بحيس ان هو يبقى باللون الاسود بعد كده احنا اخترنا دلوقتي عملنا مقدر اه ده كل ده عن الموضوع يعني انا بتكلم في الموضوع دلوقتي تمام بعد كده دي ما وسقط الفراشة هشوف مثلا البترول اهمية البترول اضغط على ضغطة اهو تركونا دي اهو 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 تمام اللي انا قرأناه او اللي احنا اسمعناه اه بداية تكتبه واللي انت تفهمه من الموضوع بتكتبه بكل سهولة بحيس انك انت اه تشوف الايه الكلام انت ما تكتبهوش حرفيا انت هتحاول تفهم وتكتب اللي انت تقدر تعبر به اه دلوقتي كتبنا مسلا شوية قويسين انا عايزين نعرف عددهم قد ايه كل ده عشان من البترول والغاز طبيعي انا بقول لك او انا عايز تعريبة انا عايز مية انا دلوقتي نشوف عددهم الحروف اقول له عدد تنشيط اقول له قد الكلمات تسعة وسبعين كلمة طبعا دي حاجة كويسة تسعة وسبعين كلمة ما نكملناش وقت الحمد بالله بعد كده بعد كده ده بالنسبة للموضوع هنشوف بقى مصادر تانية هنشوف الكتاب المدرسي اه حاجة بتتكلم عن الطاقة اه بتتكلم عن مصادر الطاقة البترول او الغاز الطبيعي اه بعد كده تختار استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا تمام انت ممكن تكتب في هنا في المكتبة الرقمية نرجع بك البترول والغاز في حياتنا نقلو انتر كهرباء فاهمية البترول والغاز الطبيعي في حياتنا اهي موجودة اهي نبغى الضغطة قلو ابدأ شرح برضو فيديو لا ده مش هينفع الشغل والطاقة لا ده حاجة الفيزية تقريبا توزيحه كل بطرول في وطن عربي شو بتتكلوني نستفيد منها معلومة ولا لا نبدأ نحطات بحسنا انت بتنتقي المعلومات وتبدأ نحطات بحسنا نقول له يبدأ نختار البلد مثلا مصر نحطات بحسنا نحطات بحسنا نحطات بحسنا شوف كتبنا اللي هو هو العلي بعد كده بنشوف نعمل اكس نختار بلد تاني من مصر مسلا عسل شكير العالمين وبلاءين تمام بوقتي برضو مش عايزين ننسى احنا هنتكلم عن استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا. طبعا هكتب بقى دي سهلة يعني. يعني هكتب استخدام الموصلة الفراشة. استخدام البترول. والغاز طبيعي. هكتب البترول والغاز الطبيعي في حياتنا. البترول والغاز الطبيعي في نكتب البترول والغاز. مش البترول بس كده. نشيه النفط والغاز. ممكن تبقى في حاجات. تمام الحمد لله فتحت. ختحت شوية معلومات هاي. طورة ما زي حس اننا بس راحة. دي تعريفات. نشوف تاني استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا. هنكتب يعني مش محتاجة عنها. هنكتب. ويستخدم. في اه وقود السيارات. والحافلات. وكذلك اه وكذلك اه وكذلك استخدم الغاز الطبيعي في مواطقنا في المنازل وتستمد المصانع من الطاقة. طبعا في استخدمة كتير جدا بها. اه كي تعمل. توزير حفول فاصل اثناء. نعمل باك. ميوية طبيعية. مصادر التقريب متقددة. بتفضل طور انت كنت فاصل عربي. نروح عليها. قلوه اداء. سيشرح لينا دلوقتي الفيديو. نروح. ما�� مقيمنا. شكرا نستخلص المعلومات من الفيديو اللي احنا شفناها نبدأ نحطها في البحث من خاص بينا وهكذا الغاية ما تملأ الثلاث صفحات الثلاث صفحات طيب الصفحة العدنية عمنا مية وثلاثين. يبقى الصفحة انا فاضي لي صفحتين. يعني انا عايز بتاع تلتمية يعني مش اقل من كام تلتمية وسبعين. عشان اوصل خمسمية. مهام? تقريبا يعني تلتمية وسبعين عشان اوصل لخمسمية كلمة. اما حاجة ما يقلش عن ربعمية كلمة. يعني ربعمية كلمة. يعني عايز سبعين متين. او سبعين كلمة كمان. فتقريبا عايز بقى مية خمسة وتلاتين برضو في الصفحة التانية. وتقريبا برضو مية وثلاثين او مية خمسة وتلاتين في الصفحة التالتة. يقدر تقدر تزبط بيهم انك انت كل صفحة مية وثلاثين او مية خمسة وتلاتين. تعمل لك اه ربعمية او ربعمية وشوية. وكده يبقى انت امنت نفسك. واتزمت بعدد الكلمات زي ما انتم شايفين البحث ان شاء الله بصير جدا وسهل وطبعا لو حتى انت مش عارف تعمل اي حاجة من دي اللي انا عملتها دي تقدر تساين بالكتاب المدرسي فقط لغير وتكتب الكتاب المدرسي كتاب لغة العربية المدرسي كتاب الرياضيات المدرسي كتاب الدراسات الاجتماعية المدرسي وهكذا النتائج هتكتب مسلا اا اا يعني نتيجة البحث انت عملته ايه اعرفت مسلا اا تعلمنا او اهمية الايه اهمية البترول في حياتنا اهمية البترول في حياتنا تمام تاني حاجة اا اعرفت انت اا انواع مصادر الطاقة انواع مصادر الطاقة انت عرفتها معرفة انواع مصادر الطاقة معرفة انواع مصادر الطاقة انشوفت مسلا البحث هو كان كاتب لنا ايه اا جمع المعلومات عن قاعدة عداد تارت عشو ما سروا يعني بالعام ده عرفنا مسلا الايه الاستهلاك اليومي والشهري اا للطاقة للطاقة لننزلي تمام يعني اقل تعريبا دي النتائج للمشروع اللي انت عملته طبعا لو عايز تعمل نتائج تانية وما فيش مكان طبعا زي ما احنا قلنا هتحددهم وتقللوا كده او تكتب على كل تضغط هنا وتضغط حداشر او عشرة وكده يبقى انت عندك مساحة تانية انك انت تكتب تكتب كمان كلمة تانية وكمان كلمة تانية تمام تمام نتائج تانية يعني ست نتائج انا بقول لكم برضو مرة تانية محدش يلعب في الايه في المستطيلات دي ويحددها ويكبرها ويصغرها عشان يبقى يبقى الدنيا وعشان الحاجات دي تبقى هي دي عايز زينها زي استنبا او قوالب جهزة انك انت ما تلعبش فيها ياسمها قوالب جهزة عشان انت ما تلعبش فيها وتسيبها زي ما هي وتملى بس الايه الكلمة تملى بس الايه اللي داخلها بس مش اكتر الالي تمام آآ يا رب يخون الفيديو عجبكم وما تنسوش اشتراك في القناة آآ لو في اي سؤال سيبه في التعليقات وهارد عليكم على طول فورا آآ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وانسو حمد ابراهيم من قناتكم محمد حمودة للتقنيات ان شاء الله النهاردة هناخد ازاي آآ تسجل في موقع ايدمودو آآ او المنصة الالكترونية طبعا دلوقتي آآ اغلب الناس معها رموز الفصل او رمز الفصل الخاص بيك آآ سواء للغة العربية ورياضيات او ايا كان آآ بتعمل اول حاجة طبعا بتخدش على الموقع ايدمودو هسيب لكم الرابط اسفل فيديو هتدخل على حساب طالب او انت طالب او حساب معلم آآ او حساب ولي امر ايا كان خلينا بس الحساب طالب الاول قبل ما تدخل على ايدمودو لازم تخش على حاجة مهمة جدا حاجة اسمها استعلام عن اكواد الطلاب تمام آآ اول حاجة هتكتب الرقم القومي آآ الاربعتاشر رقم هتكتبهم كاملين وتكتب تاريخ الميلاد سنة الميلاد والشهر واليوم وبعد كتب تختار المحافظة جميع محافظات مصر موجودة وتختار النوع ذكر ولا انسة وتقول تسجيل الدخول هيديك رقم مقوم من تسع ارقام ده اسمه آآ الكود الطالب بعد كده بتخدش على ايدمودو وصدوك الرابط ده اسفل الفيديو وتطغط على حساب طالب لازم يكون معاك آآ حاجتين دلوقت اول حاجة رمز الفصل اللي انت هتاخده ولو انت كمان معاكش رمز الفصل لما فيش مشكلة انا هقول لك هنعمل ايه آآ تاني حاجة يكون معاك كود الخاص بيك الاسم الاول هتكتب اسمك الاول اللي هو موجود هنا فوق واسم العائلة هتكتب اسمك التاني او اسم العائلة مش فرقة آآ وتكتب آآ رمز الصف انا هقول لك هنعمل ايه في دلوقت اسم المستخدم بقى اللي هو فيه الكلام هنكتب آآ م او اي وبعد كده هنكتب رقم الايه رقم الايه الكود الرقم اللي هو بتاع كود الطالب هتكتبه البريد الالكتروني بيقول لي اهو عمل هلي بالليون الاحمر عشان بيقول الاسم المستخدم تم من استخدمه من قبل بس انا بوضح لكم بس كده اه كلمة المرور هتكتب اي كلمة المرور انت يعني تبقى قوية شوية ما تبقاش يعني اه رقم تليفون او كده يعني تبقى حاجة ايه اه ما تقلش عن تمن حروق او ارقام والافضل ما تبقاش حاجة سهل ان حد يعرفها اه رمز الصف ده ده اللي فضل لنا دلوقت عشان نعمل انشاء حسابه طب البريد الالكتروني مكتوب بين قوصين اختياري يعني انت اصلا ممكن ما تفضوهش بس لو عندك ايميل حطه مفيش مشكلة عشان لو لو قدر الله انسيتك كلمة سيرت اقدار تستعادها انها يبعتك رسالة على البريد الالكتروني اه رمز الصف بقى هنكتب فيه هقول لكم نكتب فيه هنكتب كود معين فيه وبعد كده هنبقى نمسح الكود ده هقول لكم ازاي الكود هو اربعة ايو واي واي بي تمام طب انت واحدة يقول لي مسلا طب ده مش رمز الفصل بتاعي انا لسه مجاليش رمز الفصل طيب انا هقول لك هتعمل ايه رمز الفصل اللي احنا عاملينه ده ده حاجة مؤقتة وبعد كده احنا هنمسحها ونكتب رمز الفصل من جديد هقول لكم ازاي برضه من جوه ان شاء الله اول حاجة دلوقتي اه بعد ما تكتب رمز الفصل اللي انا هتحط طولك ده وهسابه لكم اسفل الفيديو وكتبت كلمة المرور هتعمل حاجة اسمها انشاء حسابك هتضغط هتدخل على طول على اه ان شاء الله على حسابك ما فيش اي مشكلة بيفتح لك صفحة جديدة هنفتح هنعرف بقى ازاي ازاي تضيع الرمز الفصل وازاي تضيف رمز الفصل بعد ما دخلنا وبعد ما دخلنا دلوقتي على حساب ادمودو هندخل على من فوق هنا زي ما انت شايفين الفصول الدراسية انا ضغط على الفصول الدراسية هتلاقي عندك في فصل انت دخلت فيه اللي هو اه اربعة اي اي يو اللي انا كتبه لكم الرمز ده دخلك على الفصل اه اه معين في مدرسها معينة انت هتعمل هتضغط هتلاقي الصف كزا الصف كزا الصف السادس اه انجليزي الصف الرابع الصف الخامس تمام هتضغط على الثلاث شورة دول وتقول له انسحاد هقول لك هلأ انت موافق من الانسحاد اقول له نعم بعد كده هيجي لك اه تطلع فوق شوية هيجي لك هتضغط على علامة الزائد هتضغط على علامة الزائد دي هيزهر لك يقول لك التحك بفصل دراسي نزلت من علم دهر تمام هتضغط على التحك بفصل دراسي هي نزلت من تحت الزائد دي او ما ضغطت على الزائد ويجي لك حاجة اسمها الرمز تضغط الرمز اللي موجود اللي هيدهه لك مدرس الفصل اللي هتتواصل معي جلبي وتبدأ تسأله على اي مشكلة في البحث او الكلام ده وبرضو من المنصة دي هتبدأ ترفع تبدأ ترفع بيها البحث اه عن طريق اه هقول لكم فيما بعد هنرفعه ازاي اه بعد كده بعد ما ترفع البحث يبقى انت كده اتمامت العملية اه تماما وخلصت كل حاجة معنى انت رفعت البحث يعني خلاص انت رجعت وعملت كل حاجة مطلوبة وبترفع البحث بعد ما عملت البحث طيب ازاي بقى نعمل البحث بقى اول حاجة احنا كده خلصنا الحمد لله الحاجات دي كلها نطلع بقى عارفنا الاستعلم عن كودو كلام ده كلها الحاجات دي يسيبها لكم اسفل فيديو الاستعلم عن كودو الطالب يليه فاتح حساب في منصة ادمودو ومنصة الالكترونية بعد كده بقى منخش على ايه اه المواضيع البحثية يعني ايه المواضيع البحثية المواضيع البحث يعني مثلا انا اخترت الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحسي لو ضغطت عليها ضغطة هيزهر لك الشكل ده الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحسي اقرأ المشروعات التالية واختار واحدا منهم للعمل عليه هنختار واحد منهم اثنين يمكنك العمل على المشروع من فردا او مع فريق لا يزيد عن ثلاثة من زملاقك يعني بك انت يبقى ما يزيدش عن ثلاثة تمام يعني انت واثنين اصحابك ده بالنسبة للصف الرابع الابتدائي تمام هنختار واحد السياحة او هنختار الطاقة او هنختار الصحة او المية اي واحدة من الاربعة دول هو البحث بتاعنا طب نختار على اي اساس يعني لو انت المنهج الخاص بيك فيه انت شايف انك انت ممكن تكتب كلمات كتير وموضوع يعني ممتاز عن السياحة عشان فيه المواد الموجودة عندك سواء علوم او الدراسات او اللغة العربية او اي مادة تانية بتتكلم عن السياحة بطريقة مستفيدة يعني او بطريقة يعني مشروحة بدرجة كبيرة تقدر طبعا تختار الموضوع بالنسبة للمواد اللي عندك كل مكانة الموضوع يعني قريب اوي للمواد بتاعك طبعا يكون افضل واحسن طبعا بعد كده هنعمل ايه احنا دلوقتي حددنا مثلا هنتكلم مثلا في الطاقة هيقول لك دلوقتي في ضغ دراسك كن بعداد مشروع بحسي يتضامن ما يليه البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا جمع معلومات عن قراءة عددات كهرباء منزلي او ايصال في ثلاث اشهر متتالية ومثله بيانيا بالعمدة رابح حاجة حدد الشهر الاكثر استهلاكا على الاقل استهلاكا موضحا من وجهة نظرك اسباب ذلك وكتب اسم كل شهر باللغة العربية وباحد اللغة الاجنبية تمام نختار البحث ازاي وهلي هنعمله من القوالب الجهزة الذي وزاره التربية وتعليمي عمل penal منرها هنضغط علي الصفحه انه انا اول وحدا نهجبناها هناخدع على القوالب البحسية على مراحل التعليمي那個 Kollegen نضغط عليها ضغطة ويظهر لنا الشكل ده جميع المراحل التعليميه من الصف التالت اعدادي هعمل القوالب اه لن يتقوم بتحميل القلب الاول قلب الثاني الطاقة القلب الثاني اتريد قبل تحميله القلب الثالث الصحة التحميل القلب الرابع الماء تحميل القالب الرابع زي ما انت شافين صف رابع اللي ابتدأي تحته تحميل القالب الرابع هتختاره هتحمله عادي عندك على الجهاز سواء كمبيوتر او لكتوب او موبايل اي ان كان وتبدأ تستخدمه البحث نفسه بيتعامل ببرنامج وورد بس البرنامج وورد اللي احنا هنعمله مايكروسوفت اوفيس الفين وسبعة او اكتر تمام بعد كده هنفتح البحث ده البحث بعد ما نزلته اللي هو بحث الطاقة للصف الرابع الابتدائي هندخل على البحث هنعرف بقى ايه ده ايه اللي موجود ده اول حاجة الصف الرابع الابتدائي المشروع الثاني الطاقة عنوان الموضوع هتختار عنوان جذاب للموضوع بمعنى هنعمل انتر هنا ونكتم مثلا اه هنمية الطاقة اه في حياتنا مثلا الرقم التعريفي اللي هو الكود الطالب هتعمل كده هنا وتضغط انتر وتكتب الرقم الكودي بتاعك اللي هو كود الطالب اللي احنا استعلمنا عنه المقدمة هتعمل مقدمة ما تزدش عن خمسين كلمة او ما تقلش عن اربعين كلمة يعني من الاربعين لخمسين كلمة المقدمة هتعمل انتر وتبدأ تكتب مقدمة وتنسقها وتقول له مثلا اه المقدمة دي مش من تعليفك انت هتجبها من كتاب المدرسة او من المنصة الالكترونية او المكتب الرقمية عناصر الموضوع هتكتب موضوع بيتكلم من ربعمائة لخمسمية كلمة عن الطاقة طبعا من خلال الكتاب المدرسي وكتاب سلاح التلميز او كتاب المعاصر اه هو بمديك كزا يعني كزا مكان ربعمائة كلمة دي تقريبا طلب صفح هو بمديك ادي صفحة اولانية زي ما انت شايفين صفحة تانية فيها صورة وصورة صورة هترفقها وصورة تانية هترفقها بتتكلم عن الطاقة ممكن جيبها من جوجل عادي الصفحة التانية هتكتب فيها برضو عن الموضوع ده ارتبع الموضوع الصفحة التانية صفحة التالتة عن الموضوع برضو النتائج هتقل له احنا تعلمنا او عرفنا ايه من اه معلومات في عن الايه عن الطاقة عرفنا اهمية الطاقة عرفنا اه انواع الطاقة المصادر اللي انت استمديت منها البحث الخاص به بنك المعرفة المصري كتاب اللغة العربية المدرسي كتاب الرياضيات المدرسي كتاب لغة انجليزية المدرسي اي حاجة انت استفدت كتاب العلوم المدرسي كتاب المدرسات الاجتماعية المدرسي وهكذا ايا كان الكتاب اللي انت استعنت به او المكتبة الرقمية او ايا كان طيب عايزين نكتب بقى البحث هنعمل ايه المقدمة هنختار مثلا المقدمة هنبحث دلوقتي عن نت كأنك انت لست بتعمل مشروع جديد اهو بسم الله هندخل على المكتب الرقمية وهنكتب مثلا الطاقة قبل ما نكتب البحث بنشوف حاجة مهمة اول نسيت اقول لكم عليها الكلام اللي هو كاتبه لك في البحث انك انت ازاي تبحث مكتوب لك البترول والغاز بس بلون عريض شوية او بولد شوية عريض او اه يعني اصمر طاقة زي ما انتم شايفين البترول والغاز ده اللي هنبحث عنه في اي علامة سيرش البترول والغاز هنكتب البترول والغاز ونقول له انتر تمام بعد كده بعمل حاجة اسمها فلتر يعني ايه كلمات الدلالية دلوقتي انا بختار كلمات الدلالية هنالكس هنا اه انا عندي عايز انا في الصف الرابع الابتدائي بكلم في الرابع الابتدائي هقول له عرض المزيد من الكلمات الدلالة دي اللي هتعمل لي فلتر انا بكلم في سنة ابتدائي جالي الابتدائي فاصل الدراسي التاني فاصل الدراسي التاني هنعمل سنة رابعة صف الرابع صف الرابع الابتدائي اهو تمام بيقول ليه التعديل والصناعة والتجارة لا اجازة ما فيه في الانسان لا ده البترول والغازة خلينا التعديل والصناعة والتجارة اماكن استفراج ومصادر الطاقة ونقول له ابدأ هيبدأ يحمل هيبدأ يشرح لنا دلوقتي ونسمع الشرح نعمل التالي نعمل التالي دي خلينا نشوف حاجة تانية هنشلم الفلاتر ابتدائي الصف الرابع نخلينا في ايه اهمية البترول في الوطن العربي نضغط عليها ده من الطاقة حاجة في الطاقة هنقول له ايد ده يعني مش شرطي بها هي نفس الايه الصناعة اللي انت فيها هنكتفى المقدمة اللي احنا سمعنا ده هنكتب الدرس الثاني هنضغط ضغطة هنحوه 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 where هنحوه به هنحوه هنحوه نكتب زي ما انتم شايفين دلوقتي كده نسل خليق اصمر عشان يبقى واضح ليكم نكبر نكبر الفونت البترول لها همية كبيرة في النقطة المصانع واسعة للنقطة مختلفة واشتقوا منهم منتجات كثيرة تدخل فيه يفتح يعني انشغل تمام دي مقدمة عايزين نرى في المقدمة دي كم كلمة احنا كتبناها من الشرح اللي هو مكتوب ده اي حاجة اسمها عدات كلمات هقول لكم عليه هسيب لكم رابطه اسفل الفيديو اعمل كليك كمين لصق اقول له عد الكلمات جالي تمانية وعشرين ده قليل هنعايزين من اربعين لخمسين تمام هنعايزين من كام من اربعين لخمسين هنشوف تاني فيديو تاني يشرح حاجات تانية نعمل باك الموضوع سهل ان شاء الله ما هيش اي مشاكل فيه خلينا مسلا في البترول هنا كده اهميته وانتاجه والكلام ده نقول له عده نسمع الشرح ونسيقه باسلوبنا ونكتب مسلا المصادر دلوقتي اللي احنا عملناها ده بنك المعرفة عن مصري وانت بتسمع ممكن تكتب على طول هو بقول لي اضغط على الشكل اللي قدامك هقول له موافق ونقول له مسلا لانتاج العلام اللي المترول هنغرب ضغطة وغبتاني موسيقى 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 اشتركوا في القناة زي ما انتم شايفين كتبنا شوية معلومات كويسة هنقول له ونعمل عداد الكلمات على عداد الحروب عداد الكلمات اه نعمل عشان يشيل القديم ونقول له لصق ونقول له عدة كلمات هنشوفها كام اتنين وخمسين ما فيش مشكلة هنممكن نحزف اتنين ولا حاجة مش قضية يعني هي كده في المزوط ادي اول حاجة من اربعين لخمسين كلمة دي المقدمة تمام بعد كده بنطل على عناصر الموضوع يعني عناصر الموضوع يعني الموضوع اللي انا هكتب فيه يعني هكتب الموضوع في ايه اول حاجة طبعا يعني هعرف اه قبل ما اعمل اي حاجة لازم بعين على طول على الايه اللي انشايفينه ده اللي هو الصفحة اللي فيها الطاقة اول حاجة هنتكلم على البترول للغاز الطبيعي ك einem مصادر الطاقة تاني حاجة ساخدام البترول للغاز الطبيعي في حياتنا انا ده الموضوع تمام يعني هكتب اول حاجة عن البطرول جانبه واحد مصادر الطاقة واوضع المصادر الطاقة الاستخدام الالبطار والغاز الطاقة وبعد كده هكتب في الموضوع وضع استخدامات البطرول الغاز الطبيعي في حياتنا الثالث حاجة جمع معلومات عن قراءة عدد كهرباء منزلي كرية عدد كهرباء سواء أن تصورته وهترفع الروح على ال rekini او تجمع او تقارن انت المعلومات بتاع الاخر تلت ايصالات بتاع ثلاث اشهر متتالية بعد كده من المسير باينيا بالعمدة وحدد اشهر الاقصى الاستهلاك او الاقل استهلاك طيب انا دلوقتي هعمل كم كلمة لازم نشوف احنا هنعمل كم كلمة الموضوع هننزل كم كلمة. الملخص هو المقدمة من 40 ل 50 كلمة ده احنا عملنا خلاص لما احنا عملنا 52 كلمة الموضوع 400 و 500 كلمة والانجليزية 35 كلمة طب ايه الانجليزية دي الانجليزية لو انت بخدت بالك بيقولك اه في الطاقة حدد الشهر الاكثر استهلاك على اقل استهلاك ام واضحة من وجهة نظرك الباب ذلك وكتب اسم كل شهر باللغة العربية او باحد لغات الاجنبية اللي هي اللغة الانجليزية او ايا كان اللغة اللي انت بتدرسها غالبا الانجليزية يعني بعد كده عشان كده هي دي اللغة الاجنبية اللي انت هتسكادمها ماتقلش عن 15 وماتزدش عن 30 كلمة في اللغة الاجنبية وبرضه عداد الكلمات بيعاد اللغة الانجليزية او الفرنسية ايا كان بيعادها برضو مش بيعاد العربية بس تمام بعد كده انا عايز اعمل الموضوع من 400 و 500 كلمة يعني تقريبا هعمل في الطاقة في البترول هعمل تقريبا اديميا واستخدام البترول الغاز الطبيعي اديمية وجمل معلومات عن قراءة تعداد كهربائي دي ما اعتقلش انها تجيب 100 كلمة يعني ممكن نخلي دي مثلا 150 ودي 150 يتفضل كان يبقى 300 كلمة وبعد كده تخلي دي مثلا نقول 50 كلمة يبقى 350 ودي مثلا نقول سبعين ولا تمانين يبقى ايه ربعمية وتلاتين ولا حاجة يبقى تقدر ايه يبقى انت عملت بحث والتزمت برضه بالايه بالموضوع الموضوع ما يقلش عن ربعمية كلمة وما يزيدش عن خمسمائة كلمة ولازم نلتزم بالكلام ده يعني طريقة مهمة جدا يعني عشان بيدقوا فيه جدا ودي من المشروع ان شاء الله يبقى مجهول يبقى لقدر الله غير مكبول مفيش مفيش جايد مفيش جايد جدا مفيش ايه مفيش ايه مفيش امتياز مفيش ضعيف لا هي مقبول او غير مقبول يعني انت التزمت بالحاجات اللي هو بقول عليها مقبولة مالتزمتش غير مقبول يعني يبيض يسفد زي ما بنقول بعد كده هنكتب عن البترول غاز طبيق احد مصادر ابتقى دلوقتي هنكتح وورد تاني نشوف بقى الماظر اللي احنا نكتب منه يعني نفتح كتاب المدرسة ونشوف دراسات مثلا نشوف اللغة العربية نشوف لو فيه درس في اللغة العربية بين البترول او الطاقة او المصابح الكهربية او اي ان كان الكلام ده تبدأ تستمد منه وتبدأ تكتب طبعا ما تكتبش من النص يعني ايه يعني خلي فيه تشكيلة يعني يعني جملة من هنا على جملة من هنا يبقاش كل التركيز على انت بتنقل وخلاص ومش عايز منك كده لا وعايز انك انت يبقى تنوع المصادر عشان تقدر تكتب نانسين نكتب في المصادر هنا معلش هنكتب ايه هنكتب المصادر اللي احنا اول حاجة احنا عملناها الماثر الاساسي اللي هو اللي احنا عملنا منه دلوقتي المكتبة الرقمية بن خسين بنك المعرفة المصري خليهم لون الاسمر يعني على طول اه بدري بدري كده يعني ايه تبدأ على طول تكتب الايه المصادر الخاصة اللي انت استعنت لها عشان ما تنساش عايزين بقى نكتب الموضوع يعني عايزين بسم الله ونكتب الموضوع هنكتب الموضوع اول حاجة هنعرف البترول الغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة يعني هو بقولك البترول الغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة يبقى هنشوف الدرس هنبحث في الدرس في عندنا موساط الفراشة برضو اللي انت شايفينها دي هنكتب مسلا فيها البترول البترول والغاز الطبيعي ونعمل انتر. اهو النفط والغاز. النفط الخام سائل اسود يكون عميقا في باطل الارض. انه يكون سمين. يعني ممكن نجده كده نسخ. ونعمل لصق هنا. النفط الخام. النفط الخام سائل اسود يكون عميقا في باطل الارض. يعتبر ايه? يعني شوية كلمات برضو هتفيدنا. ندخل تاني على نصات الفراشة. مش عايزين موري متجددة. النفط بدون النفص تتوقف الحالة العصرية. النفط برهوية صناعة الارض برضو نكتبه. دولي نسخ برضو. نكتب هنا جزء برضو. ده تعريف للايه? لبترول. هنكتب هنا من المصادر. هنكتب موساط الفراشة. المصادر اللي احنا استخدمناها. مسلا انت شايف دلوقتي انك انت ما فيش حاجة انك تضيفها تاني الا تلت. الحاجات لأ انت ممكن تصفر الخط. خليه مسلا عشرة او كده شوف الخط صغر خالص. شايفين? الخط صغر تقدر تكتب كزا باند يعني ممكن تلاتة اربعة. يعني مسلا هنا. تلاتة اربعة سوري. تلاتة هنكتب اي حاجة اربعة ونكتب اي حاجة. خمسة تكتب اي حاجة ستة سبعة تمام? يعني تقدر تكتب كزا حاجة ما تقولش لا ده الخط كبير كده مش هينفع انا هكتب فين? لا. انت اللي هتعدل على اي حاجة من دي انت ممكن تعدل عليها لا ما تعدلش. سيب كل المربعات زي ما هي. يعني انت سيب كل المربعات دي يعني ما تكبرش المربع ده او تصغر ده لا. خليك منتزم باللي هو وحزة طولك بس حاول انت اقلل او صغر القطور ما فيش اي مشاكل. وافضل خط تقريبا هو اتناشر لو ضغطنا اتناشر مسلا او اربعتاشر على حسن ما انت مرتاح. انت قبل الخط حاليا دلوقتي خليها اربعتاشر عشان يبقى حتى واضح ليك. اه لو انت نسختها لحاجة ولقيت اللون مش واضح هتقوم عامل اعلامة الاي دي. اه بحيس ان هو يبقى باللون الاسود. بعد كده احنا اخترنا دلوقتي عملنا مقدر. اه ده كل ده عن الموضوع. يعني انا بتكلم في الموضوع دلوقتي. تمام? بعد كده دي موساط الفراشة. هشوف مثلا البترول اهمية البترول اضغط على ضغطة. تمام? اللي انا قرأناه او اللي احنا اسمعناه اه بداية تكتبه. واللي انت تفهمه من الموضوع بتكتبه بكل سهولة. وبحيس انك انت اه تشوف الايه الكلام انت ما تكتبهوش حرفيا انت هتحاول تفهم وتكتب اللي انت تقدر تعبر به. اه دلوقتي كتبنا مسلا شوية قويسين عايزين نعرف عددهم قد ايه. كل ده عشان من البترول والغاز الطبيعي. انا بقول لك انا عايز تعريبة انا عايز مية تعريبة. انا دلوقتي نشوف اعددها الحروف. قول له. عدد تنشيط. قوله كليك يمين ولصق. والله قد الكلمات تسعة وسبعين كلمة. طبعا دي حاجة كويسة. تسعة وسبعين كلمة. ما نكملناش وقت الحمد بالله. بعد كده. بعد كده. ده بالنسبة للموضوع هنشوف بقى مصادر تانية. نشوف الكتاب المدرسي. اه حاجة بتتكلم عن الطاقة. اه بتتكلم عن مصادر الطاقة. البترول او الغاز الطبيعي. اه بعد كده تختار استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا. تمام. انت ممكن تكتب في هنا. في المكتب الرقمية. نرجع بك. البترول والغاز. في حياتنا. نقول له انت. كهرباء كامية البترول والغاز الطبيعي. كهرباء في حياتنا اهي. موجودة اهي. نبغى الضغطة. قل له ابدأ. شرح برضو فيديو. لا بقى مش هينفع. الشغل والطاقة. لا ده حاجة الفيزياء تقريبا. توزيحه كل البترول في وطن العربي. شو بتتكلمون? نستفيد منها معلومة ولا لا? نبدأ نحطات بحسنا. انت بتنتقي المعلومات وتبدأ. وحسوني في الوطن العربي. نقول له ابدأ. نختار البلد. مثلا مصر. نختار البلد. نحن في المملكة الربية ستوضينا وخليها. شوف كتبنا اللي هو هو قال عليه. بعد كده بنشوف نختار البلد تاني من نصر مسلا. غصة شكير. العلمين. وبلاعين. تمام? دلوقتي برضو مش عايزين ننسى هم نتكلم عن استخدام البترول وغاز الطبيعي في حياتنا. طبعا هكتب بقى دي سهلة يعني. يعني نكتب استخدام المواصلات الفراشة. تربان البترول. وغاز. طبيعي. هكتب لغازة طبيعي في حياتنا. لغاز طبيعي في. هنكتب لغاز. هنشوف لغاز بس كده. هنشوف لغاز. ممكن تبقى في حاجات. تمام? الحمد لله فتح. فتحت شوية معلوماتها ايه? طول رمازة احس انه بسرعة. دي تعريفات. نشوف تاني مكتوب استخدام بتفرص طبيعي في حياتنا. هنكتب يعني مش محتاجة يعني هنكتب. ويستخدم. في اه اه وقود السيارات. والحافلات. وكذلك. اه وكذلك استخدم. الغاز الطبيعي. في مواقبنا. في المنازل. في المنازل. واما. 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 تستمد. المصانع. من المنازل. الطاقة. واما. طبعا. في المنازل. في السرعة. كتير جدا. بانا. كي تعمل. التوزير حقوق الخاص رفناها. نعمل باك. ميوية طبيعية. مصادر الطاقة المزاقدة. بتفور طور انت كنت وطن عربي. نروح عليها. كله اداء. هيشرح لينا دلوقتي الفيديو. دفعية. ميوية طبيعية. اشتركوا في القناة 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 تمام? تاني حاجة اه انواع مصادر الطاقة انواع مصادر الطاقة انت عرفتها معرفة انواع مصادر الطاقة معرفة انواع مصادر الطاقة نشوف مثل البحس هو كان كاتب لنا ايه. اه جمع معلمات عمقاعة عداد تقطع شو ما سيره بعملين بالعمدة. عرفنا مسلا الايه? الاستهلاك اليومي والشهري. اه للطاقة. في الطاقة. تمام يعني تقريبا دي النتائج للمشروع اللي انت عملته. طبعا لو عايز تعمل النتائج تانية وما فيش مكان طبعا زي ما احنا قلنا هتحددهم وتقللوا كده. او تكتب على كل تضغط هنا وتضغط حداشر او عشرة. وكده يبقى انت عندك مساحة تانية انك انت تكتب. تكتب كمان كلمة تانية. وكمان كلمة تانية. تمام? كمان نتائج تانية يعني ست نتائج. انا بقول لكم برضو مرة تانية محدش يلعب في الايه? في المستطيلات دي ويحددها ويكبرها ويصغرها عشان ما يبوص الدنيا. وعشان الحاجات دي تبقى هي دي عايز زينها زي او قوالب جهزة انك انت ما تلعبش فيها. ياسمها قوالب جهزة عشان انت ما تلعبش فيها وتسبها زي ما هي. وتملى بس الايه الكلمة. تملى بس الايه اللي داخلها بس. مش اكتر العالم. تمام? اه يا رب يكون الفيديو عجبكو. وما تنسوش اشتراك في القناة. اه لو في اي سؤال سيبه في التعليقات وهارد عليكم على طول فورا. اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وانسف حمد ابراهيم من قناتكم محمد حمودة للتقنيات. ان شاء الله هناخد ازاي اه تسجل في موقع اه او المنصة الالكترونية. طبعا دلوقتي اه اغلب الناس معها رموز الفصل او رمز الفصل الخاص بيك. سواء لللغة العربية والرياضيات او ايا كان. اه بتعمل اول حاجة طبعا بتخدش على الموقع ايدمودو. هتدخل لكم رابط اسفل فيديو. هتدخل على حساب طالب او انت طالب او حساب معلم. اه او حساب ولي امر ايا كان. خلينا بس الحساب طالب الاول. قبل ما تدخل على ايدمودو لازم تخش على حاجة مهمة جدا. حاجة اسمها استعلام عن اكواد الطلاب. تمام? اه اول حاجة هتكتب الرقم القومي اه الاربعتاشر رقم هتكتبهم كاملين. وتكتب تاريخ الميلاد سنة الميلاد والشهر واليوم. وبعد كده تختار المحافظة دماء محافظات مصر موجودة. وتختار النوع ذكر ولا انسة وتقوم بتسجيل الدخول. هيديك رقم مكوم من تسع ارقام. ده اسمه اه الكود الطالب. بعد كده بتخدش على ايدمودو. ستدوكم الرابط ده اسفل الفيديو. وتطغط على حساب طالب. لازم يكون معاك اه حاجتين دلوقت. اول حاجة رمز الفصل اللي انت هتاخده. ولو انت كمان معاكش رمز الفصل اللي ما فيش مشكلة. انا هقول لك هنعمل ايه? اه تاني حاجة يكون معاك كود الخاص بي. الاسم الاول هتكتب اسمك الاول. اللي هو موجود هنا فوق. واسم العائلة هتكتب اسمك التاني او اسم العائلة. مش فرقة. اه وتكتب اه رمز الصف. انا هقول لك هنعمل ايه في دلوقت? اسم النستخدم بقى اللي هو فيه الكلام. هنكتب اه اه ام او اي. وبعد كده هنكتب رقم الايه. رقم الايه الكود. الرقم اللي هو بتاع كود الطالب هتكتبه. كنترول في. البريد الالكتروني. بيقول لي اه هو عمل هلي بالليون الاحمر عشان بيقول الاسم المستخدم تم تستخدمه من قبل. بس انا بوضح لكم بس كده. اه كلمة المرور هتكتب اي كلمة المرور انت اه يعني تبقى قوية شوية ما تبقاش يعني اه رقم تليفون او كده يعني تبقى حاجة ايه اه ما تقلش عن تمن حروق او ارقام. والافضل ما تبقاش حاجة سهل ان حد يعرفها. اه رمز الصف ده اللي فضل لنا دلوقت عشان نعمل انشاع حسابه. طب البريد الالكتروني مكتوب بمكوسين اختياري يعني انت اصلا ممكن ما تفضوهش. بس لو عندك ايميل حطه مفيش مشكلة عشان لو لو قدر الله ان نسيتك كلمة سيرت اقدر تستعدها انها يبعتك رسالة على البريد الالكتروني. اه رمز الصف بقى هنكتب فيه. اقول لكم نكتب فيه. هنكتب كود معين فيه. وبعد كده هنبقى نمسح الكود ده. هاقول لكم ازاي. الكود هو اربعة اي يو واي واي بي. تمام طب انت واحدة يقول لي مسلا طب ده مش رمز الفصل بتاعي. انا لسه مجاليش رمز الفصل. طيب انا هقول لك هتعمل ايه? رمز الفصل اللي احنا عاملينه ده. ده حاجة مؤقتة وبعد كده احنا هنمسحها ونكتب رمز الفصل من جديد. هقول لكم ازاي برضه من جوة ان شاء الله. اول حاجة دلوقتي اه بعد ما تكتب رمز الفصل اللي انا قد تحططه لك ده. واسيبو لكم اسفل الفيديو. وكتبت كلمة المرور. هتعمل حاجة اسمها انشاء حسابك. هتضغط هتدخل على طول على اه ان شاء الله على حسابك. مفيش اي مشكلة. بيفتح لك صفحة جديدة. هنفتح هنعرف بقى ازاي. ازاي تضيع الرمز الفصل. وزاي تضيف الرمز الفصل. بعد ما دخلنا. وبعد ما دخلنا دلوقتي على الحساب ادمودو. هندخل على من فوق هنا زي ما انت شايفين من فصول دراسية. انا ضغط على فصول دراسية. هتلاقي عندك في فصل انت دخلت فيه. اللي هو اه اربعة اي 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 او اللي انا كتبه لكم الرمز ده. دخلك على فصل اه اه معين في مدرسة معينة. انت هتعمل هتضغط هتلاقي الصف كزا الصف كزا الصف السادس اه انجليزي الصف الرابع الصف الخامس. تمام? هتضغط ثلاث شورة دول وتقول له انسحاد. هقولك هلأ انت موافق من انسحاد? اقول له نعم. بعد كده هيجي لك اه تطلع فوق شوية هيجي لك علامة الزائد دي زي ما انت شايفينها. اوما تضغط على فصول دراسية فوق. هيجي لك علامة الزائد. هتضغط على علامة الزائد دي هيظهر لك يقول لك التحك بفصل دراسي. نزلت من عندياته. تمام? هتضغط على التحك بفصل دراسي اللي هي نزلت من تحت الزائد دي او ما عزائد. يجي لك حاجة اسمها الرمز. تضغط الرمز الموجود اللي هيده لك مدرس الفصل اللي هتوصل معي. وتبدأ تسأله على اي مشكلة في البحث او الكلام ده. وبرضه من المنصة دي هتبدأ ترفع ترفع بيها البحث. آآ عن طريق آآ هقول لكم فيما بعد هنرفعه لزاي. آآ بعد كده بعد ما ترفع البحث يبقى انت كده اتمامت العملية آآ تماما وخلصت كل حاجة. معناك رفعت البحث يعني خلاص انت رجعت وعملت كل حاجة مطلوبة وبترفع البحث. بعد ما اعملت البحث. طيب ازاي بقى نعمل البحث بقى? اول حاجة احنا كده خلصنا الحمد لله الحاجات دي كلها. نطلع بقى. حالت من الاستعلم عن كود والتنم بقى. كل الحاجات دي يسيبها لكم اسفل الفيديو. الاستعلم عن كود والطالب. آآ يلي الفاتح حساب في منصة اا اد مودو منصة الالكترونية. بعد كده بقى نخش على ايه? آآ المواضيع البحثية. يعني ايه المواضيع البحثية? المواضيع البحثي يعني. مثلا انا اخترت الصف الرابع الابتدائي خطوات المشوع البحثي. لو ضغطت عليها ضغطة هيظهر لك الشكل ده. الصف الرابع الابتدائي خطوات المشوع البحثي. اقرأ المشوعات التالية واختر واحدا منهم للعمل عليه. هنختار واحد منهم. اتنين يمكنك العمل على المشروع من فردا او مع فريق لا يزيد عن ثلاثة من زملائك. يعني بك انت يبقى ما يزيدش عن ثلاثة. تمام? يعني انت واتنين اصحابك. ده بالنسبة للصف الرابع اللي ابتدائي. تمام? هنختار واحد السياحة او هنختار الطاقة او هنختار الصحة او المية. اي واحدة من الاربعة دول هو البحث بتاعنا. طب نختار على اي اساس? يعني لو انت المنهج الخاص بيك في اه انت شايف انك انت ممكن تكتب اه كلمات كتير وموضوع ممتاز عن السياحة عشان فيه المواد اللي موجودة عندك سواء علوم او او دراسات او او اللغة العربية او اي مادة تانية بتتكلم عن السياحة بطريقة اه مستفيدة يعني او بطريقة يعني مشروحة بدرجة كبيرة. ما تقدر طبعا تختار الموضوع بالنسبة للمواد اللي عندك. كل ما كانت الموضوع يعني قريب اوي للمواد بتاعك طبعا يكون افضل واحسن طبع. بعد كده هنعمل ايه? احنا دلوقتي في ضغ دراسة كن بعداد مشروع بحسي يتضامن ما يلي. البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا. جمع معلومات عن قراءة عدات كهرباء منزلي او ايصال. في ثلاث اشهر متتالية اومثله بيانيا بالعمدة. اه رابح حاجة حدد الشهر الاكثر استهلاكا على الاقل استهلاكا موضحا من وجهة نظرك اسباب ذلك. وكتب اسم كل شهر باللغة العربية وباحد الرغوات الاجنبية. تمام هنختار البحث ده ازاي وهي هنعمله ازاي من القوالب الجاهزة اللي وزارة التربية والتعليم هنضغط على الصفحة دي اللي احنا اول واحدة احنا جدناها هندخل على القوالب البحسية الكابل على مراحل التعليمية الاسسية هندخل عليها ده جميع المراحل التعليمية من الصف التالت اعدادي لا غ Site ابدائي الاثلاث اعدادي هنختار الصف الرابع الابتدائي ونحمل القوالب. يعني ايه القوالب? يعني تحميل القالب الاول اللي هو الايه? اللي هو البحث الاول اللي هو السياحة. اللي هو القالب الاول. القالب التاني اللي هو الطاقة. اللي انت شايفينه ده. تحميل القالب التاني ده الطاقة. طيب القالب الثاني لو انت عايز تشوفه بس قبل ما تحمله. طيب. اه القالب التالت الصحة. يقول لك تحميل القالب التالت. طيب ايه القالب الرابع الماء. تحميل القالب الرابع. زي من شفين صف رابع اللي ابتدأي تحت وتحميل القلب الرابع هتختاره هتحمله عادي عندك على الجهاز سواء كمبيوتر او لابتوب او موبايل اي ان كان وتبدأ تستخدمه البحث نفسه بيتعامل ببرنامج وورد بس البرنامج وورد اللي احنا هنعمله البرنامج وورد اللي احنا هنعمله مايكروسوفت اوفيس الفين وسبعة او اكتر تمام بعد كده هنفتح البحث ده البحث بعد ما نزلته اللي هو بحث الطاقة للصف الرابع الابتدائي هندخل على البحث هنعرف بقى ايه ده ايه اللي موجود ده اول حاجة للصف الرابع الابتدائي المشروع الثاني الطاقة عنوان الموضوع هتختار عنوان جذاب للموضوع بمعنى هنعمل انتر هنا ونكتب مسلا اهمية الطاقة اه في حياتنا مثلا الرقم التعريفي اللي هو القود الطالب هتعمل كده هنا بتضغط انتر وتكتب الرقم القودي بتاعك اللي هو قود الطالب اللي احنا استعلمنا عنه المقدمة هتعمل مقدمة ما تزدش عن خمسين كلمة او ما تقلش عن اربعين كلمة يعني من اربعين لخمسين كلمة المقدمة هتعمل انتر وتبدأ تكتب مقدمة وتنسقها وتقول له مثلا المقدمة دي مش من تعليفك انت هجيبها من كتاب المدرسة او من المناصة الالكترونية او المكتب الرقمي عناصر الموضوع هتكتب موضوع بيتكلم من 400 ل500 كلمة عن الطاقة طبعا من خلال الكتاب المدرسي وكتاب سلاح التلميز او كتاب نوعاصر اه هو بميديك كذا يعني كذا مكان 400 كلمة دي اه تعريبا طلب صفح هم بديك ادي صفحة اولانية زي من شايفين صفحة تانية فيها صورة وصورة صورة هترفقها وصورة تانية هترفقها بتتكلم عن الطاقة ممكن جيبها من جوجل عادي الصفحة التانية هتكتب فيها برضو عن الموضوع ده ارتبع الموضوع الصفحة التانية صفحة التالتة عن الموضوع برضو النتائج هتقل له احنا تعلمنا او عرفنا ايه من آآ معلومات في عن عن الطاقة عرفنا اهمية طاقة. عرفنا انواع الطاقة. الكلام ده. المصادر اللي انت استمديت منها البحث الخاص به. بنك المعرفة المصري. كتاب اللغة العربية المدرسي. كتاب الرياضيات المدرسي. كتاب اللغة الانجليزية المدرسي. اه اي حاجة انت استفدت. كتاب العلوم المدرسي. الكتاب المدراسات الاجتماعية المدرسي. وهكذا ايا كان. ايه. كتاب اللي انت استهانت به. او McT одно المكتبه الرقمي او ايا كان. طيب عايزين نكتب بقى البحث هنعمل ايه? المقدمة هنختار مسلا المقدمة هنبحث دلوقتي عن نت كأنك انت لست بتعمل مشروع جديد اهو بسم الله هندخل عن المكتبة الرقمية وهنكتب مسلا الطاقة قبل ما نكتب البحث بنشوف حاجة مهمة اول نسيت اقول لكم عليها الكلام اللي هو كاتبهه لك في البحث انك انت ازاي تبحث مكتوب لك البترول والغاز بس البلون عريض شوية او بولد شوية عريض او اه يعني اصمر تقيد زي ما انتم شايفين البترول والغاز ده اللي هنبحث عنه في اي علامة سيرش البترول والغاز هنكتب البترول والغاز ونقول له تمام? بعد كده بعمل حاجة اسمها فلتر يعني ايه? اه كلمات الدلالية. دلوقتي انا بختار كلمات الدلالية هعمل اكس هنا. اه انا عندي عايز اه انا في الصف الرابع الابتدائي بكلم في الربع الابتدائي هقول له عرض المزيد من الكلمات الدلالة. دي اللي هتعمل لي فلتر. انا بكلم في سنة ابتدائي. جالي الابتدائي. فصل دراسي التاني. فاصل الرأس التاني. هنعمل سنة رابعة صف الرابع. صف الرابع الابتداء اهو. تمام. بيقول لي التعديل والصناعة والتجارة? لا. الجهازات ما فيه في الانسان? لا. ده البترول والغاز. خلينا التعديل والصناعة والتجارة. اماكن استخراج ومصادر الطاقة. ونقول له ابدا. يبدأ يحمل. يبدأ يشرح لنا دلوقتي ونسمع الشرح. نعمل التالي. نعمل التالي. دي. خلينا نشوف حاجة تانية. هنشلم الفلاتر ابتدائي. صف الرابع. نخلينا في ايه? اهمية البترول في الوطن العربي. نضغط عليها. ده من الطاقة. حاجة في الطاقة. هنقول له ابدا. يعني مش شرطي بها هي نفس الايه? الصنة اللي انت فيه. هنكتفي المقدمة. اللي احنا سمعنا ده. هنكتب الدرس الثاني هنضغط داتا. الله يوسك. هنكتب الدرس الثاني. بسهلا gratitude. صنع ول美國. نكتب زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. نسل خليق اسمر عشان يبقى واضح لكم. نكبر. نكبر الفونت. البترول لها همية كبيرة في النقطة المصانع واسعة للنقطة مختلفة واشتاكم منهم منتجات كثيرة تدخل فيه. يفتح فيها ننشغل ونكتب. تمام دي مقدمة. عايزين نرى في المقدمة دي كم كلمة احنا كتبناها من الشرح اللي هو مكتوب ده. في حاجة اسمها عدات كلمات هقول لكم عليه. هسيب لكم رابط واسفل الفيديو. اعمل كليك مين لصق. اقول له عد الكلمات جالي تمانية وعشرين. رابط وعشرين ده قليل. هنا عايزين من اربعين لخمسين. تمام? هنا عايزين من كام? من اربعين لخمسين. هنشوف تاني. فيديو تاني يشرح حاجات تانية. نعمل باك. الموضوع سهل ان شاء الله ما فيش اي مشاكل فيه. خلينا مسلا في البترول هنا كده. اهميته وانتاجه بالكلام ده. نقول له عده. نسمع الشرح ونسيقه باسلوبنا. ونكتب مسلا المصادر دلوقتي اللي احنا عملناها ده بنك المعرفة عن مصري. وانت بتسمع ممكن تكتب على طول. ببقول لي اضغط على الشكل اللي قدامك. هقول له موافق. هقول له مسلا لانتاج العلم اللي المترول. هنغرب ضغطة. اضغط تاني. زي ما انت شايفين كتبنا شوية معلومات كويسة. هنقول له قابي. ونعمل عداد الكلمات. على عداد الحروب. عداد الكلمات اه. نعمل عشان يشيل القديم. ونقول له لصق. ونقول له عد الكلمات. هنشوفها كام. اتنين وخمسين. ما فيش مشكلة هم ممكن نهزف اتنين. واني حاجة مش قضية. يعني هي كده في المزوط. ادي اول حاجة من اربعين لخمسين كلمة. دي المقدمة. تمام? بعد كده بنطل على عناصر الموضوع. يعني ايه الحاجة. انا سأكتب فيه. يعني هكتب الموضوع في ايه? اول حاجة طبعا يعني يعني عرض. اه قابل ما معامل اي حاجة لازم rael انايه على طول على الايه? اللي انت شايفينه ده اللي هو الصفحة اللي فيها الطاقة. اول حاجة هنتكلم على البترولة لغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. تاني حاجة استخدام البترول للغاز الطبيعي في حياتنا. ده الموضوع تمام؟ يعني هكتب اول حاجة البترولة لغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. هوضع البترول الغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. وبعد كده هكتب في الموضوع بعضه استخدامات البترول الغاز الطبيعي في حياتنا. آآ التالت حاجة جمع معلومات عن قراءة عداد كهرباء منزلي. يعني آآ قراءة عداد كهرباء سواء انت صورته وهترفع الصورة على الكمبيوتر وبعد كده هتفضطها. او آآ تجمع او تكارن انت المعلومات بتاع اخر ثلاث ايصالات بتاع ثلاث اشهر متتالية. عرضي ايصال في ثلاث اشهر متتالية. وبعد كده من المسير بيانيا بالعمدة. آآ واحد دشارة الاقصى استهلاك ومن الاقل استهلاك. طيب انا دلوقتي هعمل كم كلمة. لازم نشوف احنا هنعمل كم كلمة. الموضوع هننزل تحت كده. يقول لك الموضوع من ربعمائة لخمسمائة كلمة. الملخص هو المقدمة. من ربعين لخمسين كلمة ده احنا عملنا خلاص. لما احنا عملنا 52 كلمة. الموضوع ربعمائة لخمسمائة كلمة والانجليزية 35 كلمة. طيب ايه الانجليزية دي? الانجليزية لو انت ما خدت بالك بيقول لك. آآ في الطاقة. حدد الشهر الاقصر استهلاك انا على اقل استهلاك انا كان موضحة من وجهة نظرك ازباب ذلك. وكتب اسم كل شهر باللغة العربية او باحد لغة الاجنبية اللي هي اللغة الانجليزية او ايا كان اللغة اللي انت بتدرسها. غالبا كده عشان كده هي دي اللغة الاجنبية اللي انت هتسخدمها ما تزدش عن متقلش عن 15 وما تزدش عن 30 كلمة. في اللغة الاجنبية. وبرضه عداد الكلمات بيعد اللغة الانجليزية او الفرنسية او ايا كان بيعدها برضو مش بيعد العربية بس. تمام? بعد كده بعمل انا عايز اعمل موضوع من ربعمائة لخمسمائة كلمة. يعني تقريبا هعمل في الطاقة في البترول هعمل تقريبا اديمية. واستخدام البترول الغاز الطبيعي اديمية. وجمع معلومات عن القراءة عداد كهربائي. دي ما اعتقلش انها تجيب مية اه كلمة. يعني ممكن نخلي دي مسلا مية وخمسين. ودي مية وخمسين. يتفضل كان يبقى تلتمية كلمة. وبعد كده تخلي دي مسلا نقول خمسين كلمة. يبقى تلتمية وخمسين. ودي مسلا نقول السبعين ولا تمانين. يبقى بالموضوع. الموضوع ما يقلش عن ربعمائة كلمة وما يزيدش عن خمسمائة كلمة. ولازم نلتزم بالكلام ده يعني طريقة مهمة جدا يعني. عشان بيدقوا فيه جدا ودي من المشروع ان شاء الله يبقى مكبول. يبقى لقدر الله غير مكبول. مفيش جيد مفيش اه مفيش اه جيد جدا مفيش اه اه اي مفيش امتياز مفيش ضعيف. لأ هي مقبول او غير مقبول. يعني انت التزمت بالحاجات اللي هو بقول عليها مقبولة. مالتزمتش غير مقبول. يعني يبيض يسفد زي ما بنقول. بعد كده. آآ هنكتب عن البترول الغاز طبيق احد مصادر ابتقى. دلوقتي هنفتح وورد تاني. نشوف بقى المنظر اللي احنا نكتب منه. يعني نفتح كتاب المدرسة. ونشوف في الدراسات مثلا نشوف في اللغة العربية. آآ نشوف آآآ لو فيه درس في اللغة العربية بين البترول او الطاقة او المصابح الكهربية واي ان كان. آآ الكلام ده تبدأ تستمد منه وتبدأ تكتب. طبعا تكتبش بالنص يعني ايه. يعني خلي فيه تشكيلة يعني. 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 آآ جملة من هنا على جملة من هنا. يبقاش كل التركيز على انت بتنقل وخلاص. ومش عايز منك كده. لا. وعايز انك انت يبقى تنوع المصادر عشان تقدر تكتب. نسينا نكتب في المصادر هنا. معلش هنكتب ايه? هنكتب المصادر اللي احنا اول حاجة احنا عملناها. المصادر الاساسي اللي هو اللي احنا عملنا منه دلوقتي المكتبة الرقمية. بن قوسين بنك المعرفة المصري. خليهم لون الاسمر. يعني على طول آآ بدري بدري كده يعني ايه? تبدأ على طول تكتب الايه? المصادر الخاصة اللي انت استعنت لها عشان ما تنساش. عايزين بقى نكتب الموضوع يعني. عايزين نقول بسم الله ونكتب الموضوع. هنكتب الموضوع اول حاجة هنعرف بالبترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. يعني هو بقول لك البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. يبقى هنشوف الدرس هنبحث في الدرس. في عندنا موساط الفراشة برضو. هنشايفينها دي. هنكتب مسلا فيها البترول. البترول والغاز الطبيعي. ونعمل انتر. اهو النفط والغاز. النفط الخام وسائل اسود يكون عميقا في باطل الارض. انه يكون سمين. يعني ممكن نردو كده نسخ. ونعملوا لصق هنا. كليل كيمين ولصق. النفط الخام. النفط الخام مسائل الاسود يكون عميقا في باطل الارض. يعتبر ايه? يعني شوية كلمات برضو هتفيدنا. ندخل تاني على المصادر الفراشة. مش هجي موري متجددة. النفط بدون النص تصدقى في الحالة العصرية. النفط برغوية صناعة الوقود برضو نكتبه. نقول لنسخ برضو. نكتب هنا جزء برضو. ده تعريف للايه? البترول. هنكتب هنا من المصادر هنكتب موساطة الفراشة. المصادر اللي احنا استخدناها. مسلا انت شايف دلوقتي انك انت ما فيش حاجة انك تضفها تاني الا تلات حاجات. لا انت ممكن تصور الخط. خليه مسلا عشرة او كده شوف الخط صغر خالص. مساعدين شايفين? الخط صغر تقدر تكتب كزا باندي يعني ممكن تلاتة اربعة يعني مسلا هنا. تلاتة اربع سوري. تلاتة هنكتب اي حاجة اربعة ونكتب اي حاجة. خمسة تكتب اي حاجة ستة سبعة. تمام? يعني تقدر تكتب كزا حاجة ما تقولش لا ده الخط كبير كده مش هينفع انا هكتب فين? لا. انت لا تعدل على اي حاجة من دي انت ممكن تعدل عليها لا ما تعدلش. سيب كل المربعات زي ما هي. يعني انت سيب كل المربعات دي يعني ما تكبرش المربع ده او تصغر ده لا. خليك منتزم باللي هو حتى تغلق بس حاول انت اقلل او صغر القطور. ما فيش اي مشاكل. وافضل خط تقريبا هو اتناشر لو ضغطنا اتناشر مثلا او اربعتاشر. على الحال انت مرتاح. انت قبل الخط حاليا دلوقتي خليها اربعتاشر. عشان يبقى حتى واضح لك. اه لو انت نسخت لحاجة ولقيت اللون مش واضح هتقوم عامل اعلامة الاي دي. اه بحيس ان هو يبقى باللون الاسود. بعد كده احنا اخترنا دلوقتي عملنا مقدم. اه ده كل ده عن الموضوع. يعني انا بتكلم في الموضوع دلوقتي. تمام? بعد كده دي موضوعات الفراشة. هشوف مثلا البترول اهمية البترول اضغط على ضغطة. تمام? اللي انا قرأ انهاء او اللي احنا اسمعناه اه بدأت تكتبه. واللي انت تفهمه من الموضوع بتكتبه بكل سهولة. بحيس انك انت اه تشوف الايه الكلام انت ما تكتبهوش حرفيا انت هتحاول تفهم وتكتب اللي انت تقدر تعبر به. اه دلوقتي كتبنا مسلا اه شوية قويسين عايزين نعرف عددهم قد ايه. كل ده عشان من البترول والغاز الطبيعي. انا بقول لك انا عايز تعريبة انا عايز مية. مية تعريبة. ها دلوقتي نشوف عددها الحروف. قلو عدد تنشيط. قلو قلو قد الكلمات. تسعة وسبعين كلمة. طبعا دي حاجة كويسة. تسعة وسبعين كلمة. ما نكملناش وقت. الحمد بالله. بعد كده. بعد كده. ده بالنسبة للموضوع هنشوف بقى مصادر تانية نشوف الكتاب المدرسي. اه حاجة بتتكلم عن الطاقة. اه بتتكلم عن مصادر الطاقة البترول او الغاز الطبيعي. اه بعد كده تختار استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياة المناسب. نقول له انتر. كهرباء في عامية البترول والغاز الطبيعي. كهرباء في حياتنا اهي موجودة اهي. نضغط ضغطة. قلو ابدأ. شرح برضو فيديو. لا ده مش هينفع. الشغل والطاقة لا ده حاجة فيزية تقريبا. توزيحه كل بطرول في العربي. شو بتتكلم? نستفيد منها معلومة ولا لأ? نبدأ نحطط بحسنا. انت بتنتقي المعلومات وتبدأ. نقول له يبدأ. نختار البلد مثلا مصر. خلينا في المملكة العربية الصادمة وخليها. شوف كتبنا اللي هو هو العليه. بعد كده بنشوف نختار بلد تانية نصر مسلا. غصة شكير. العلمين. وبلاعين. تمام? ده وقت برضو مش عايزين ننسى هم نتكلم عن استخدام البترول وغاز طبيعي في حياتنا. طبعا هكتب بقى دي سهلة يعني. يعني نكتب استخدام المواصلات الفراشة. تربون البترول. وغاز. طبيعي. هكتب لغازة طبيعي في حياتنا. لغاز طبيعي فيه. هنكتب لغاز. نشوف لغاز بس كده. نشي النفط والغاز. ممكن تبقى في حاجات. تمام الحمد لله فتح. فتحت شوية معلوماتها بيه. طولة مازا حس اننا بتسروح. دي تعريفات. نشوف تاني استخدام بتورز طبيعي في حياتنا. هنكتب يعني مش محتاجة يعني هنكتب ويستخدم في اه وقود السيارات. والحافلات. وكذلك. وكذلك استخدام. الغاز الطبيعي في مواقبنا في المنازل. وتستمد المصانع من الطاقة. وتستمد المصانع من الطاقة. طبعا في استخدام كتير جدا. نا 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 نا. كي تعمل. حفلات توضيع الحفل الخاصة الخلفناها. نا ميك. طبيعية. مصادر التقريب مزفددة. انت كنت وطن عربي. نروح عليها. قلو اداء. هيشرح لنا دلوقتي الفيديو. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. نستخلص المعلومات من الفيديو اللي احنا شاهدناها. نبدأ نحطها في البحث من خاص بنا. اشتركوا في القناة. 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 مسلا. المية البترول في حياتنا. تمام? تاني حاجة آآ عرفت انت آآ انواع مصادر الطاقة. انواع مصادر الطاقة انت عرفتها. معرفة انواع مصادر الطاقة. معرفة انواع مصادر الطاقة. نشوف مثلا البحث هو كان كاتب لنا ايه. اه جمع المعلومات عمقاعة عداد طاقة عشان ما سروا بعانين بالعمدة. عرفنا مسلا الايه? الاستهلاك. اليومي والشهري. آآ للطاقة. الطاقة للنزلة. تمام? يعني تقريبا دي النتائج للمشروع اللي انت عملته. طبعا لو عايز تعمل نتائج تانية وما فيش مكان طبعا زي ما احنا قلنا هتحددهم وتقللوا كده. او تكتب على كل تضغط هنا وتضغط حداشر او عشرة. وكده يبقى انت عندك مساحة تانية انك انت تكتب. تكتب كمان كلمة تانية. وكمان كلمة تانية. تمام? تمام نتائج تانية يعني ست نتائج. انا بقول لكم برضو مرة تانية ما حدش يلعب في ايه? في المستطيلات دي ويحددها ويكبرها ويصغرها عشان ما يبقص الدنيا. وعشان الحاجات دي تبقى هي دي عايز زينها زي استنبا. او قوالب جهزة انك انت متلعبش فيها. يسمها قوالب جهزة عشان انت متلعبش فيها وتسيبها زي ما هي. وتملى بس الايه? الكلمة. تملى بس الايه اللي داخلها بس. مش اكتر العالم. تمام? اه يا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش اشتراك في القناة. اه لو في اي سؤال سيبه فيه التعليقات وهرد عليكم على كل فورا. اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهان سبحانه ابراهيم. من قناتكم محمد حمودة للتقنيات. ان شاء الله هناخد ازاي اه تسجل في موقع اه او المنصة الالكترونية. طبعا دلوقتي اه اغلب الناس معها رموز الفصل او رمز الفصل الخاص بيك. سواء اللغة العربية او رياضيات او ايا كان. اه بتعمل اول حاجة طبعا بتخدش على الموقع هتسلوكم الرابط اسفل الفيديو. هتدخل على حساب طالب او انت طالب او حساب معلم. اه او حساب ولية امر ايا كان. خلينا بس الحساب طالب الاول. قبل ما تدخل على ايد مودو لازم تخش على حاجة مهمة جدا. حاجة اسمها استعلامة عن اكواد الطلاب. تمام? اه اول حاجة هتكتب الرقم القومي. اه الاربعتاشر رقم هتكتبهم كاملين. وتكتب تاريخ الميلاد سنة الميلاد والشهر واليوم. وبعد كتب تختار المحافظة دماء محافظات مصر موجودة وتختار النوع ما اذكره ولا انسة وتقبل تسجيل الدخول. هيديك رقم مقوم من تسع ارقام. ده اسمه اه الكود الطالب. بعد كده بتخدش على ايد مودو. اصدوك الرابط ده اسفل الفيديو. وتضغط على حساب طالب. لازم يكون معاك اه حاجتين دلوقت. اول حاجة رمز الفصل اللي انت هتاخده. ولو انت كمان معاكش رمز الفصل لما فيش مشكلة. انا هولوك هنعمل ايه? اه تاني حاجة يكون معاك كود الخاص بيك. الاسم الاول هتكتب اسمك الاول. اللي هو موجود هنا فوق. واسم العائلة هتكتب اسمك التاني او اسم العائلة. مش فرقة. اه وتكتب اه رمز الصف. انا وبعد كده هنكتب رقم الايه. رقم الايه الكود. الرقم اللي هو بتاع كود الطالب هتكتبه. كنترول في. البريد الالكتروني. بيقول لي اه هو عم انهلي بالليون الاحمر عشان بيقول لي الاسم المستخدم تم تسخدمه من قبل. بس انا بوضح لكم بس كده. اه كلمة المرور هتكتب اي كلمة المرور انت يعني تبقى قوية شوية ما تبقاش يعني اه رقم تليفون او كده يعني تبقى حاجة ايه اه ما تقلش عن تمن حروق او ارقام. والافضل ما تبقاش حاجة سهلة ان حد يعرفها. اه رمز الصف ده اللي فضل لنا دلوقت عشان نعمل انشاع حسابه. طب البريد الالكتروني مكتوب بمكوسين اختياري يعني انت عصا ممكن ما تخطوهش. بس لو عندك ايميل حطه ما فيش مشكلة عشان لو لو قدر الله ان نسيتك كلمة سيرجت اقدار تستعدها. هنطري انه هيبعتك رسالة على البريد الالكتروني. اه رمز الصف بقى هنكتبش ايه. هقول لكم نكتبش ايه. هنكتب كود معين فيه. وبعد كده هنبقى نمسح الكود ده. هقول لكم ازاي. الكود هو اربع اي يو واي واي بي. تمام. طب انت واحد اقول لي مسلا طب ده مش رمز الفصل بتاعي. انا لسه مجاليش رمز الفصل. طيب انا هقول لك هتعمل ايه? رمز الفصل اللي احنا عاملينه ده. ده حاجة مؤقتة. وبعد كده احنا هنمسحها ونكتب رمز الفصل من جديد. هقول لكم ازاي برضه من جوا ان شاء الله. اول حاجة دلوقتي اه بعد ما تكتب رمز الفصل اللي انا قد تحططه لك ده واسيبو لكم اسفل الفيديو. وكتبت كلمة المرور. هتعمل حاجة اسمها انشاء حسابك. هتضغط هتدخل على طول على اه ان شاء الله على حسابك. مفيش اي مشكلة. بيفتح لك صفحة جديدة. هنفتح هنعرف بقى ازاي ازاي تضيع الرمز الفصل وازاي تضيف الرمز الفصل. بعد ما دخلنا وبعد ما دخلنا دلوقتي على الحساب ادمودو. هندخل على من فوق هنا زي ما انت شايفين من فصول دراسية. انا اضغط على الفصول الدراسية. هتلاقي عندك في فصل انت دخلت فيه. اللي هو اه اربعة اي 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 او اللي انا كتبه لكم الرمز ده. دخلك على الفصل اه معين في مدرسة معينة. انت هتعمل هتضغط هتلاقي الصف كزا الصف كزا الصف السادس اه انجليزي الصف الرابع الصف الخامس. تمام? هتضغط على ثلاث شورة دول وتقول له انسحاب. هاولك هلا انت موافق من الانسحاب قول له نعم. بعد كده هيجي لك اه تطلع فوق شوية هيجي لك علامة الزائد دي. زي ما انت شايفينها. اما تضغط على الفصول دراسية. فوق. هجي لك علامة الزائد هتضغط على علامة الزائد دي هيظهر لك يقول لك بالطاحك بفصل دراسية. نزلت من على من ده. تمام? نزلت على التحك بفصل دراسي. اللي هي نزلت من تحت الزائد دي. او مدرس الفصل اللي هتتوصل معي لديه. وتبدأ تسأله على اي مشكلة في البحث او الكلام ده. وبرضه من المنصة دي هتبدأ ترفع ترفع بيها البحث عن طريق هقول لكم فيما بعد هنرفعه الزي. بعد كده بعد ما ترفع البحث يبقى انت كده اتمامت العملية اه تماما وخلصت كل حاجة. معناك رفعت البحث يعني خلاص انت راجعت وعملت كل حاجة مطلوبة وبترفع البحث. بعد ما عملت البحث. طيب ازاي بقى نعمل البحث بقى? اول حاجة احنا كده خلصنا الحمد لله الحاجات دي كلها. نطلع بقى. حالت من الاستعلم عن كود والتنم بقى. كل الحاجات دي هاسبها لكم اسفل الفيديو. الاستعلم عن كود والطالب. يليه فاتح حساب في منصة ادمودو. منصة الالكترونية. بعد كده بقى منخش على ايه? اه المواضيع البحثية. يعني ايه المواضيع البحثية? المواضيع البحثي يعني. مسلا انا اخترت الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحثي. لو ضغطت عليها ضغطة هيزهر لك الشكل ده. الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحثي. اقرأ المشروعات التالية واختار واحدا منهم للعمل عليه. هنختار واحد منهم. اتنين يمكنك العمل على المشروع منفردا او مع فريق لا يزيد عن ثلاثة من زملائك. يعني اه بيك انت يبقى ما يزيدش عن ثلاثة. تمام? يعني انت واتنين اصحابتك. ده بالنسبة للصف الرابع اللي ابتدائي. تمام? هنختار واحد السياحة او هنختار الطاقة او هنختار الصحة او المية. اي واحدة من الاربعة دول هو البحث بتاني. طب نختار على اي اساس? يعني لو انت المنهج الخاص بيك في اه انت شايف انك انت ممكن تكتب اه كلمات كتير وموضوع ممتاز عن السياحة عشان فيه المواد اللي موجودة عندك سواء علوم او او الدراسات او او اللغة العربية او اي مادة تانية بتتكلم عن السياحة بطريقة اه مستفيدة يعني او بطريقة يعني مشروحة بدرجة كبيرة. ما تقدر طبعا تختار ايه? الموضوع بالنسبة للمواد اللي عندك. كل ما كانت الموضوع يعني قريب اوي للمواد بتاعك طبعا يكون افضل واحسن طبعا. بعد كده هنعمل ايه? احنا دلوقتي حددنا مثلا هنتكلم مثلا في الطاقة. هيقول لك دلوقتي في ضغ دراسك كن بعداد مشروع بحسي يتضامن ما يليه. البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا. جمع معلومات عن قراءة عدات كهرباء منزلي او ايصال في تلات اشهر متتالية او امثله بيانيا بالعامدة. اه رابح حاجة حدد الشهر الاكثر استهلاكا او الاقل استهلاكا مواطحا من وجهة نظرك اسباب ذلك. واكتب اسم كل شهر باللغة العربية وباحد لغات الاجنبية. تمام. هنختار البحث ده ازاي وهلي هنعمله ازاي من القوالب الجهزة اللي وزارة التربية والتعليم عاملة هنا. هنضغط على الصفحة دي اللي احنا اول واحدة احنا جدناها. هندخل على القوالب البحثية المراحل التعليمية الاسسية. هنضغط عليها ضغطها. هيزغلنا الشكل ده. دي جميع المراحل التعليمية من الصف التالت اعدادي لغاية صف الثلاث اعدادي. من تلت ابتدائي لتلت اعدادي. هنختار الصف الرابع الابتدائي ونحمل القوالب. يعني ايه القوالب? يعني تحميل القالب الاول اللي هو الايه? اللي هو البحث الاول اللي هو سياحة. اللي هو القالب الاول. القالب التاني اللي هو الطاقة. اللي انت شايفينه ده. تحميل القالب التاني ده الطاقة. طيب القالب الثاني لو انت عايز تشوفه بس قبل ما تحمله. طيب. اه القالب التالت الصحة. يقول لك تحميل القالب التالت. طيب اه القالب الرابع الماء. تحميل القالب الرابع. زي من شايفين صف الرابع اللي ابتدأي تحته تحميل القالب الرابع. هتختاره هتحمله عادي عندك على الجهاز سواء كميوتر او لابتوب او موبايل اي ان كان. وتبدأ تستخدمه. اه البحث نفسه بيتعمل ببرنامج وورد. بس اللي احنا هنعمله. اللي احنا هنعمله اه مايكروسوفت اوفيس الفين وسبعة او اكتر. تمام? بعد كده هنفتح البحث. ده البحث بعد ما نزلته اللي هو بحث الطاقة للصف الرابع الابتدائي. هندخل على البحث. هنعرف بقى ايه ده? ايه اللي موجود ده? اول حاجة الصف الرابع الابتدائي المشروع الثاني الطاقة. عنوان الموضوع هتختار عنوان جزاب للموضوع. بمعنى هنعمل هنا ونكتب مسلا اه همية الطاقة. اه في حياتنا. مسلا الرقم التعريفي اللي هو الكود الطالب. هتعمل كده هنا وتضغط انتر وتكتب الرقم الكود بتاعك اللي هو كود الطالب اللي احنا استعلمنا عنه. المقدمة هتعمل مقدمة ما تزدش عن خمسين كلمة او ما تقلش عن اربعين كلمة. يعني من اربعين لخمسين كلمة المقدمة. هتعمل انتر وتبدأ تكتب مقدمة. وتنسقها. وتقول له مسلا اه المقدمة دي مش من تعليفك انت هتجبها من كتاب المدرسة او من المنصل اه الالكترونية او المكتب الرقمي. عناصر الموضوع هتكتب موضوع بيتكلم من ربعمائة لخمسمائة كلمة عن الطاقة. طبعا من خلال الكتاب المدرسي وكتاب سلاحي الميز او كتاب المعاصر. اه هو بميديك كزا يعني كزا مكان اربعين كلمة دي هي تعريبا تلت صفح هم بديك ادي صفحة اولانية زي ما انت شايفين. صفحة تانية فيها صورة وصورة. صورة هترفقها وصورة تانية هترفقها بتتكلم عن الطاقة. ممكن جيبها من جوجل عادي. الصفحة التانية هتكتب فيها برضو عن الموضوع. ده ارتبع للموضوع. صفحة التانية. صفحة التالتة عن الموضوع برضو. النتائج هتعرق يعني هتقول له احنا تعلمنا او عرفنا ايه من اه معلومات في عن الايه عن الطاقة. عرفنا همية الطاقة. عرفنا اه انواع الطاقة. اه الكلام ده. المصادر اللي انت استمديت منها البحث الخاص به. بنك المعرفة المصري. اه كتاب اللغة العربية المدرسي. كتاب الرياضيات المدرسي. كتاب اللغة الانجليزية المدرسي. اه اي حاجة انت استفدت كتاب العلوم المدرسي. كتاب المدرسات الاجتماعية المدرسي. وهكذا ايا كان ايه كتاب اللي انت استعنت به. او اه المكتبة الرقمية او ايا كان. طيب عايزين نكتب بقى البحث. هنعمل ايه? المقدمة. هنختار مسلا المقدمة. هنبحث دلوقتي عن نت. كأنك انت لست بتعمل مشروع جديد اهو. بسم الله. هندخل عن مكتبة الرقمية وهنكتب مثلا الطاقة. قبل ما نكتب البحث بنشوف حاجة مهمة او انسيت اعلقه عليها. الكلام اللي هو كاتبهه لك في البحث انك انت ازاي تبحث. مكتوب لك البترول والغاز بس اللون عريض شوية او شوية عريض. او اه يعني اصمر تقيد زي ما انتم شايفين البترول والغاز. ده اللي هنبحث عنه في اي علامة سيرش. البترول والغاز. هنكتب البترول والغاز. ونقول له انتر. تمام? بعد كده بعمل حاجة اسمها فلتر. يعني ايه? اه كلمات الدلالية. دلوقتي انا بختار كلمات الدلالية هعمل اكس هنا. اه انا عندي عايز اه انا في الصف الرابع الابتدائي بتكلم في الرابع الابتدائي هقول له عرض المزيد من الكلمات الدلالة. دي اللي هتعمل لي فلتر. انا بتكلم في سنة ابتدائي. جالي الابتدائي. فصل دراسي التاني. فصل دراسي التاني. هعمل سنة رابعة صف الرابع. صف الرابع الابتداء اهو تمام بيقول ليه التعدين والصناعة والتجارة لا الجهازة تنفيذ في الانسان لا بالبترول والغاز خلينا التعدين والصناعة والتجارة هماكن استفراج ومصادر الطاقة ونقول له ابدأ يبدأ يحمل يبدأ يشرح لنا دلوقتي ونسمع الشرح نعمل التالي نعمل التالي خلينا نشوف حاجة تانية هنشلم الفلاتر ابتدائي صف الرابع نخلينا في همية البترول في الوطن العربي نضغط عليها ده من الطاقة حاجة في الطاقة هنقول له ايد ده يعني من الشرطي بها هي نفس الصناعة اللي انت فيها هنكتفي المقدمة اللي احنا سمعنا ده هنكتب الدرس الثاني هنضغط ده نكتد زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. نسل خليق اسمر عشان يبقى واضح لكم. نكبر. نكبر الفونت. البترول لها همية كبيرة في النقطة المصانع واسعة للنقطة مختلفة واشتاكم منهم منتجات كثيرة تدخل فيه. نفتح فاني نشغل. اشتركوا في القناة تمام دي مقدمة. عايزين نعرف المقدمة دي كم كلمة احنا كتبناها من الشرح اللي هو مكتوب ده. اي حاجة اسمها عدات كلمات هقول لكم عليه. هسيب لكم رابط اسفل الفيديو. اعمل كليك من لصق. اقول له عد الكلمات. جاء لي تمانية وعشرين. ده قليل. انا عايزين من نبعين لخمسين. تمام? احنا عايزين من كم من ربعين لخمسين? هنشوف تاني. فيديو تاني يشرح حاجات تانية. نعمل باك. الموضوع سهل ان شاء الله ما فيش اي مشاكل فيه. خلينا مسلا في البدرول هنا كده. اهميته وانتاجه بالكلام ده. نقول له عده. نسمع الشرح ونسيقه باسلوبنا. ونكتب مسلا المصادر دلوقتي اللي احنا عملناها ده بنك المعرفة عن مصري. وانت بتسمع ممكن تكتب على طول. ببقول له اضغط على الشكل اللي قدامك هقول له موافق. هقول له مسلا لانتاج العلام اللي المتفوق لنغرب دغطة. اضغط تاني. اضغط تاني. اضغط تاني. اضغط تاني. زي ما انتم شايفين كتبنا شوية معلومات كويسة هنقول له ونعمل عدد الكلمات على عدد الكلمات اه نعمل عشان يشيل دي ونقول له لصق ونقول له عد الكلمات هنشوفها كام اتنين وخمسين ما فيش مشكلة هنم ممكن نهزف اثنين ولا حاجة مش قدير يعني هي كده في مصبوط ادي اول حاجة من اربعين لخمسين كلمة دي المقدمة تمام بعد كده منطل على عناصر الموضوع يعني عناصر الموضوع يعني الموضوع اللي انا هكتب فيه يعني هكتب الموضوع في ايه اول حاجة طبعا يعني هعرف اه قبل ما اعمل اي حاجة لازم بعملها على طول على الايه الي انشوفينه ده اللي هو الصفحة اللي فيها الطاقة اول حاجة هنتكلمع البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة تاني حاجة استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا ده الموضوع يعني هكتب اول حاجة البترول الغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة. هوضع البترول الغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة. وبعد كده هكتب في الموضوع بعضه استخدامات البترول الغاز الطبيعي في حياتنا. آآ الثالث حاجة جمع معلومات عن قرأة عداد كهرباء منزلي. يعني آآ قرأة عداد كهرباء سواء انت صورته وهترفع الصورة على الكمبيوتر وبعد كده هتفضطها. او آآ تجمع او تكارن انت المعلومات بتاع اخر ثلاث ايصالات بتاع ثلاث اشهر متتالية ثلاث ايصال ثلاث اشهر متتالية وبعد كده بنسيره بيانيا بالعمدة واحدد اشهر الاقصى استهلاك ومن الاقل استهلاكا طيب انا دلوقتي هعمل كم كلمة لازم نشوف احنا هنعمل كم كلمة الموضوع هننزل تحت كده الموضوع من 400 ل 500 كلمة الملخص هو المقدمة من 40 ل 50 كلمة ده احنا عملنا خلاص لما احنا عملنا 52 كلمة الموضوع 400 ل 500 كلمة والانجليزية 15-30 كلمة طب ايه الانجليزية دي؟ الانجليزية لو انت خدت بالك بيقولك في الطاقة حدد الشهر الاقصى استهلاكا انا الاقل استهلاكا من وجهة نظرك اسباب ذلك وكتب اسم كل شهر باللغة العربية او باحد اللغة الاجنبية اللي هي اللغة الانجليزية او ايا كان اللغة اللي انت بتدرسها غالبا الانجليزية يعني بعد كده عشان كده هي دي اللغة الاجنبية اللي انت هتسخدمها ما تزيدش عن ما تقلش عن 15 وما تزيدش عن 30 كلمة في اللغة الاجنبية وبرده عدد الكلمات بيعدي الكلمات اللي بلغة الانجليزية او الفرنسية بيعديها برده مش بيعدي العربية بس تمام بعد كده بعمل انا عايز اعمل موضوع من 400 ل 500 كلمة يعني تقريبا هعمل في الطاقة في البترول هعمل تقريبا اديمية واستخدام البترول لغاز الطبيعي اديمية وجمع معلومات عن القراءة اتعداد كهربائي دي ما اعتقدش انها هتجيب 100 كلمة يعني ممكن نخلي دي مثلا 150 وده 150 يتفضل كم يبقى 300 كلمة وبعد كده تخلي دي مثلا نقول 50 كلمة يبقى 350 وده مثلا نقول 70 ولا 80 يبقى ايه 430 ولا حاجة يبقى تقدر يبقى انت عملت بحس والتزمت برضه بالموضوع الموضوع ما يقلش عن 400 كلمة وميزتش عن 500 كلمة ولازم نلتزم بالكلام ده يعني طريقة مهمة جدا يعني عشان بيدقوا فيه جدا وده من المشروع ان شاء الله يبقى مقبول يبقى لقدر الله غير مقبول مفيش جيد مفيش جيد جدا مفيش اي امتياز مفيش ضعيف لا هي مقبول او غير مقبول يعني انت التزمت بالحاجات اللي هو بيقول عليها مقبولة مالتزمتش غير مقبول يعني يبيض يسفد زي ما بنقول بعد كده هنكتب عن البترول غير طبيق احد مصادر الطاقة دلوقتي هنفتح ورد تاني نشوف بقى المصدر اللي هنكتب منه يعني نفتح كتاب المدرسة ونشوف فيه الدراسات مثلا نشوف فيه اللغة العربية نشوف لو فيه درس في اللغة العربية بين البترول او الطاقة او المصابح الكهربرية وان كان الكلام ده تبدأ تستمد منه وتبدأ تكتب طبعا تكتبش من نص يعني ايه يعني خلي فيه تشكيلة جملة من هنا على جملة من هنا يبقاش كل التركيز على انت بتنقل وخلاص ومش عايز منك كده لا وعايز انك انت يبقى تنوع المصادر عشان تقدر تكتب ننسينا نكتب في المصادر هنا معلش هنكتب ايه هنكتب المصادر اللي احنا اول حاجة احنا عملناها المصدر الاساسي اللي هو اللي احنا عملنا منه دلوقتي المكتبة الرقمية بن خسين بنك المعرفة المصري خليهم لول الاسمر يعني على طول بدري بدري كده يعني ايه تبدأ على طول تكتب ايه المصادر الخاصة اللي انت استعنت بيه عشان ما تنساش هايزين بقى نكتب الموضوع يعني عايزين قول بسم الله ونكتب الموضوع هنكتب الموضوع اول حاجة هنعرف البترول الغزة طبيعي كاحد مصادر الطاقة يعني هو بيقولك البترول الغزة طبيعي كاحد مصادر الطاقة يبقى هنشوف الدرس هنبحث في الدرس في عندنا موضوع الفراشة برضو اللي انت شايفينها دي هنكتب مسلا فيها البترول البترول والغاز الطبيعي ونعمل اهو النفط والغاز النفط الخام السائل اسود يكون عميقا في بطر الارض انه يكون سامين يعني ممكن نجده كده نسخ ونعملوا لصق هنا تلك كيمين ولصق النفط الخام النفط الخام مسائل الاسود يكون عميقا في بطر الارض دي هو اعتبر ايه يعني شوية كلمات برضو هتفيدنا ندخل تاني على المصاطر الفراشة نحن مش هجي موارد متجددة النفط بدون النفص استققى في الحالة العصرية النفط للغاية صناعة الوقود برضو نكتبه ده لنسخ برضو نكتب هنا جزء برضو ده تعريف للايه البترول هنكتب هنا من المصادر هنكتب مصاطر الفراشة المصادر اللي احنا استخدمناها مسلا انت شايف دلوقتي انك انت ما فيش حاجة انك تضفها تاني الا تلت الحاجات لأ انت ممكن تصور الخط خليه مسلا عشرة او كده شوف الخط الصغر خالص ساعدين شايفين الخط الصغر تقدر تكتب كزا باند يعني ممكن تلاتة اربعة يعني مسلا هنا تلاتة اربع سوري تلاتة هنكتب اي حاجة اربعة ونكتب اي حاجة خمسة هنكتب اي حاجة ستة سبعة تمام يعني تقدر تكتب كزا حاجة ما تقولش لا ده الخط كبير كده مش هينفع انا هكتب فين لا انت لا تعدل على اي حاجة من دي انت ممكن تعدل عليها لا ما تعدلش سيب كل المربعات زي ما هي يعني انت سيب كل المربعات دي يعني ما تكبرش المربع ده او تصغر ده لا خليك منتزم باللي هو هتطولك بس حاول انت اقلل او صغر القطور ما فيش اي مشاكل وافضل خط تقريبا هو اتناشر لو ضغطنا اتناشر مثلا او اربعتاشر على الحال انت مرتاح انت كبر الخط حاليا دلوقتي خليها اربعتاشر عشان يبقى حتى واضح لك اه لو انت نسخت لحاجة ولقيت اللون مش واضح هتقوم عامل اعلامة الاي دي بالوتوماتيك بحيس ان هو يبقى باللون الاسود بعد كده احنا اخترنا دلوقتي عملنا مقدم ده كل ده عن الموضوع يعني انا بتكلم في الموضوع دلوقتي تمام? بعد كده دي ما هو ساقط الفراشة هشوف مثلا البترول اهمية البترول اضغط عليها ضغطة اوه اتركونا دي ايه قليل انا juسد امران امید ایران احمان احمان تمام اللي انا قرأناه او اللي احنا اسمعناه اه بدأت تكتبه واللي انت تفهمه من الموضوع بتكتبه بكل سهولة وحس انك انت اه تشوف الايه الكلام انت ما تكتبهش حرفيا انت تحاول تفهم وتكتب اللي انت تقدر تعبر به اه دلوقتي كتبنا مسلا شوية كويسين عايزين نعرف عددهم قد ايه كل ده عشان من البترول والغاز الطبيعي انا بقول لك انا عايز تعريبة انا عايز مية تعريبة انا عايز مية تعريبة دلوقتي اشوفها عدد الفروف قلو عدد تنشيط قلو قلو قد الكلمات تسعة وسبعين كلمة طبعا دي هيا كويسة تسعة وسبعين كلمة ما نكملناش وقت الحمد لله بعد كده بعد كده ده بالنسبة للموضوع هنشوف بقى مصادر تانية نشوف الكتاب المدرسي اه حاجة بتتكلم عن الطاقة اه بتتكلم عن مصادر الطاقة البترول او الغاز الطبيعي اه بعد كده تختار استخدام البترول طبيعي في حياتنا تمام انت ممكن تكتب في هنا في المكتب الرقمية نرجع بك البترول والغاز في حياتنا نقول له انت كهرباء في حياتنا اهي موجودة اهي نضغط ضغطة قول له ابدأ شرح برضو فيديو لا ده مش هينفع الشغل والطاقة لا ده حاجة فيزية تعريبا توزيحه كل البترول في وطن العربي شو بتتكلم نستفيد منها معلومة ولا لا نبدأ نحطط بحسنا انت بتنتقي المعلومات وتبدأ هنقول له يبدأ نختار البلد مثلا مصر خلينا في المكتب الرابعة ستودين وخليها شوف كتبنا اللي هو هو العلي بعد كده بنشوف نعمل اكس نختار بلد تاني ومصر مسلا بص شكير العلمين وبلاعين تمام دلوقتي برضو مش عايزين ننسى احنا نتكلم عن استخدام البترول الغاز طبيعي في حياتنا طبعا هكتب بقى دي سهلة يعني يعني اكتب استخدام الموسط الفراشة الغاز طبيعي في حياتنا نكتب الرايز. نشوف الرايز بس كده. عشان نفط الرايز. ممكن تبقى في حاجات. تمام الحمد لله فتح. فتحت شوية معلومات هاي. طورة وماذا حسنا بس راحا. دي تعريفات. نشوف تاني مكتوب استخدام بترورص طبية في حياتنا. هنكتب يعني مش محتاجة يعني هنكتب ويستخدم في آآ وقود السيارات والحافلات وكذلك آآ وكذلك يستخدم الغاز الطوير في مواقبنا حيات المنازل. وتستمد مصانع منه الطاقة. طبعا في استخدمة كتير جدا بعدنا انا. كنت اعمل. توضيحها في الخاصة اللي اثنان. نعمل ميوالد طبيعية. مصادر التأخير ما تبددها. بطور طور انت بطور طور عربي. نروح عليها كله اداء. هيشرح لينا دلوقتي الفيديو. ترجمة نانسي قنقر 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 تمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لترجمة نانسي قنقر سبعين وسابعين تعمل لك ربعمية او ربعمية وشوية وكده يبقى انت امنت نفسك والتزمت بالاية بعدد الكلمات زي ما انتم شايفين البحث ان شاء الله بصير جدا وسهل وطبعا لو حتى انت مش عارف تعمل اي حاجة من دي اللي انا عملتها دي تقدر تساين بالكتاب المدرسي فقط لغير وتكتب الكتاب المدرسي كتاب لغة العربية المدرسي كتاب الرياضيات المدرسي كتاب الدراسات الاجتماعية المدرسي وهكذا النتائج هتكتب مسلا اه اه يعني نتيجة البحث انت عملته ايه ارفت مسلا اه تعلمنا او اهمية الايه اهمية البترول في حياتنا مسلا اهمية البترول في حياتنا تمام تاني حاجة اه عرفت انت اه انواع مصادر الطاقة انواع مصادر الطاقة انت عرفتها معرفة انواع مصادر الطاقة معرفة انواء مصادر الطاقة نشوف مثلا البحث هو كانوا كاتبين ايه اه جمع المانوات عن قاعدة بتاعت عشو ما نصير بعين بالعام ده. عرفنا مسلا الايه? الاستهلاك. اليومي والشهري. اه للطاقة. للطاقة للنزلي. تمام يعني تعريبا دي النتائج للمشروع اللي انت عملته. طبعا لو عايز تعمل نتائج تانية وما فيش مكان طبعا زي ما احنا قلنا هتحددهم وتقللوا كده. او تكتب على طول تضغط هنا وتضغط حداشر او عشرة. وكده يبقى انت عندك مساحة تانية انك انت تكتب. تكتب كمان كلمة تانية. وكمان كلمة تانية. تمام. تمام نتائج تانية يعني ست نتائج. انا بقول لكم برضو مرة تانية ما حدش يلعب في الايه? في المستطيلات دي ويحددها ويكبرها ويصغرها عشان ما يبقص الدنيا. وعشان الحاجات دي تبقى هي زي دي عايز زينها زي استنبا. او قوالب جهزة انك انت ما تلعبش فيها. يا اسمها قوالب جهزة عشان انت ما تلعبش فيها وتسيبها زي ما هي. وتملى بس الايه الكلمة التملى بس الايه اللي داخلها بس. مش اكتر الالي. تمام? اه يا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش اشتراك في القناة. اه لو في اي سؤال سيبوا في التعليقات وهارد عليكم على كل فورا. اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وانسو حمد ابراهيم. من قناتكم محمد حمودة للتقنيات. ان شاء الله انه هناخد ازاي اه تسجل في موقع اه او المنصة الالكترونية. طبعا دلوقتي اه اغلب الناس معها رموز الفصل او رمز الفصل الخاص بيك. اه سواء للغة العربية او رياضيات او ايا كان. اه بتعمل اول حاجة طبعا بتخش على الموقع ايدمودو. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. هتدخل على حساب طالب لو انت طالب او حساب معلم. اه او حساب ولية امر ايا كان. خلينا بس الحساب طالب الاول. قبل ما تدخل على ايدمودو. لازم تخش على حاجة مهمة جدا. حاجة اسمها استعلام عن اكواد الطلاب. تمام? اه اول حاجة هتكتب الرقم القومي. اه الاربعتاشر رقم هتكتبهم كاملين. وتكتب تاريخ الميلاد سنة الميلاد والشهر واليوم. وبعدك تختار المحافظة. ده محافظات مصر موجودة. وتختار النوع ذكر ولا انسة وتقوم بتسجيل الدخول. هيديك رقم مقوم من تسع ارقام. ده اسمه اه الكود الطالب. بعد كده بتخش على ايدمودو. اصدوك الرابط ده اسفل الفيديو. وتضغط على حساب طالب. لازم يكون معاك اه حاجتين دلوقت. اول حاجة رمز الفصل اللي انت هتاخده. ولو انت كمان معاكش رمز الفصل لما فيش مشكلة. انا هقول لك هنعمل ايه? اه التاني حاجة يكون معاك كود الخاص بيك. الاسم الاول هتكتب اسمك الاول. اللي هو موجود هنا فوق. واسم العائلة هتكتب اسمك التاني او اسم العائلة. مش فرقة. اه وتكتب اه رمز الصف. انا هو فيه الكلام. هنكتب ايه? ام او اي. وبعد كده هنكتب رقم الايه? رقم الايه الكود. الرقم اللي هو بتاع عقود الطالب هتكتبه. كنترول هين? البريد الالكتروني. بيقول لي اه هو عام انهلي بالليون الاحمر عشان بيقول الاسم المستخدم تم استخدامه من قبل. بس انا بوضح لكم بس كده. اه كلمة المرور هتكتب اي كلمة المرور انت يعني تبقى قوية شوية ما تبقاش يعني اه رقم تليفون او كده يعني تبقى حاجة ايه? اه ما تقلش عن تامن حروق او ارقام. والافضل ما تبقاش حاجة سهل ان حد يعرفها. اه رمز الصف ده اللي فاضل لنا دلوقت عشان نعمل انشاع حسابك. طب البريد الالكتروني مكتوب بين قوصين اختياري يعني انت اصلا ممكن ما تفضوهش. بس لو عندك ايميل حطه ما فيش مشكلة عشان لو لو قدر الله انسيتك كلمة سيرجت اقدار تستعدها. عن طريق انه هي بعتك رسالة على البريد الالكتروني. اه رمز الصف بقى هنكتب فيه. اقول لكم نكتب فيه. هنكتب كود معين فيه. وبعد كده هنبقى نمسح الكود ده. اقول لكم ازاي. هو اربعة ايو واي واي بي. تمام طب انت واحد اقول لي مسلا طب ده مش رمز الفصل بتاعي. انا لسه ما جاليش رمز الفصل. طيب انا هقول لك هتعمل ايه? رمز الفصل اللي احنا عاملينه ده. ده حاجة مؤقتة. وبعد كده احنا هنمسحها. ونكتب رمز الفصل من جديد. هقول لكم ازاي برضه من جوه ان شاء الله. اول حاجة دلوقتي اه بعد ما تكتب رمز الفصل اللي انا وتحط طول لك ده وهسابه لكم اسفل فيديو. وكتبت كلمة المرور هتعمل حاجة اسمها انشاء حسابك. هتضغط هتدخل على طول على اه ان شاء الله على حسابك ما فيش اي مشكلة. بيفتح لك صفحة جديدة. هنفتح هنعرف بقى ازاي? ازاي تضيع الرمز الفصل وازاي تضيف الرمز الفصل. بعد ما دخلنا وبعد ما دخلنا دلوقتي على حساب هنسخل على من فوق هنا زي ما انت شايفين الفصول دراسية. انا ضغط على الفصول الدراسية. هتلاقي عندك فيه فصل اللي انت دخلت فيه اللي هو اه اه اربعة ايه ايه اللي انا كتبه لكم الرمز ده. دخلك على الفصل اه اه معين في مدرسة معينة. انت هتعمل هتضغط هتلاقي الصف كزا الصف كزا الصف السادس اه انجليزي الصف الرابع الصف التال الخامس. تمام? هتضغط على الثلاث شورة دول وتقول له انسحاب. هقول لك هل انت موافق من الانسحاب? قل له نعم. بعد كده هيجي لك اه تطلع فوق شوية هيجي لك علامة الزائد دي. زي ما انت شايفانها. او ما تضغط لها فصول دراسية فوق. هيجي لك علامة الزائد. هتضغط على علامة الزائد دي هيظهر لك يقول لك التحك بفصل دراسي. نزلت من علم ده. تمام? هتضغط على التحك بفصل دراسي اللي هي نزلت من تحت الزائد دي او ما تضغطت على الزائد. ويجي لك حاجة اسمها الرمز. تضغط الرمز اللي موجود اللي اللي هيدهه لك مدرس الفصل اللي هتتواصل معايا بيه وتبدأ بتسأله على اي مشكلة في البحث او الكلام ده وبرضه من المنصة دي هتبدأ ترفع تبدأ ترفع بيها البحث عن طريق هوللكم فيما بعد هنرفعه بعد كده بعد ما ترفع البحث يبقى انت كده اتمامت العملية تماما وخلصت كل حاجة معناك رفعت البحث يعني خلاص انت راجعت وعملت كل حاجة مطلوبة وبترفع البحث بعد ما عملت البحث طيب ازاي بقى نعمل البحث بقى اول حاجة احنا كده خلصنا الحمد لله الحاجات دي كلها نطلع بقى كل الحاجات دي يسيبها لكم اسفل فيديو الاستعلم عن كودو الطالب يليه فاتح حساب في منصة ادمودو منصة الالكترونية بعد كده بقى منخش اه المواضيع البحثية يعني ايه المواضيع البحسية المواضيع البحس يعني مثلا انا اخترت الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحسي لو ضغطت عليها ضغطة هيظهر لك الشكل ده الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحسي اقرأ المشروعات التالية واختار واحدا منهم للعمل عليه هنختار واحد منهم اتنين يمكنك العمل على المشروع من فردا او مع فريق لا يزيد عن ثلاثة من زملائك يعني اه بيك انت يبقى ما يزيدش عن ثلاثة تمام يعني انت واتنين اصحابك ده بالنسبة للصف الرابع الابتدائي تمام هنختار واحد السياحة او هنختار الطاقة او هنختار الصحة او المية اي واحدة من الاربعة دول هو البحث التاني طب نختار على اي اساس يعني لو انت المنهج الخاص بيك في اه انت شايف انك انت ممكن تكتب اه كلمات كتير وموضوع يعني ممتاز عن السياحة عشان فيه المواد الموجودة عندك سواء علوم او او دراسات او او اللغة العربية او اي مادة تانية بتتكلم عن السياحة بطريقة اه مستفيدة يعني او بطريقة يعني مشروحة بدرجة كبيرة ما تقدر طبعا تختار ايه الموضوع بالنسبة للمواد اللي عندك كل مكانة الموضوع يعني قريب اوي للمواد بتاعك طبعا يكون افضل واحسن طبعا بعد كده هنعمل ايه احنا دلوقتي حددنا مثلا هنتكلم مثلا في الطاقة هيقول لك دلوقتي في ضغط دراسة كن بعداد مشروع بحسي يتضامن ما يليه البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا جمع معلومات عن قراءة عداد كهرباء منزلي او ايصال في ثلاث اشهر متتالية ومثله بيانيا بالعمدة اه رابح حاجة حدد الشهر الاقصى الاستهلاكا على الاقل استهلاكا موضحا من وجهة نظرك اسباب ذلك وكتب اسم كل شهر باللغة العربية وباحد اللغة الاجنبية تمام حنختار البحس ده ازاي وهنا هنعمله ازاي من القوالب الجهزة الوزارة التربية للتعليم톤 عنهم حنضغط على الصفحة دي اللي احنا اول واحدة حنا جدناها حنال في القوالب البحسية المراحل التعليمية الاصساء نضغط على ضغطة وهي اظهل لنا الشكل ده دي جاميع المراحل التعليمية من صفحات التالت اعدادي لغاية صفحات ثالث اعدادي من تالت ابتدائي لتالت ابتدائي حنختار الصف الرابع الابتدائي ونحمل القوالب يعني تحميل القالب الاول اللي هو اللي هو البحث الاول اللي هو السياح اللي هو القالب الاول القالب التاني اللي هو الطاقة اللي انت شايفينه ده تحميل القالب التاني ده الطاقة طيب القالب الثاني لو انت عايز تشوفه بس قبل ما تحمله طيب اه القالب التالت الصحة يقول لك تحميل القالب التالت طيب ايه القالب الرابع الماء تحميل القالب الرابع زي ما القلب الرابع. هتختاره. هتحمله عادي عندك على الجهاز سواء كمبيوتر او لابتوب او موبايل اي ان كان. وتبدأ تستخدمه. آآ البحث نفسه بيتعامل ببرنامج وورد. بس اللي احنا هنعمله ببرنامج وورد اللي احنا هنعمله آآ مايكروسوفت اوفيس الفين وسبعة او اكتر. تمام? بعد كده هنفتح البحث. ده البحث بعد ما نزلته. اللي هو بحث الطاقة للصف الرابع الابتدائي. هندخل على البحث. هنعرف بقى ايه ده? ايه اللي موجود ده? اول حاجة للصف الرابع الابتدائي المشروع الثاني الطاقة. عنوان الموضوع هتختار عنوان جزاب للموضوع. بمعنى هنعمل هنا ونكتب مسلا آآ اهمية الطاقة آآ في حياتنا. مسلا الرقم التعريف اللي هو الكود الطالب. هتعمل كده هنا وتضغط انتر وتكتب الرقم الكودي بتاعك اللي هو كود الطالب اللي احنا استعلمنا عنو. المقدمة هتعمل مقدمة ما تزدش عن خمسين كلمة او ما تقلش عن اربعين كلمة. يعني من الاربعين لخمسين كلمة المقدمة. هتعمل انتر وتبدأ تكتب مقدمة. وتنسقها. وتقول له مسلا آآ المقدمة دي مش من تعليفك انت هتجيبها من كتاب المدرسة او من المنصة الايه الالكترونية او المكتاب الرقمية. عناصر الموضوع هتكتب موضوع بيتكلم من ربعمائة لخمسمية كلمة عن الطاقة. طبعا من خلال الكتاب المدرسي وكتاب سلاح التلميز او كتاب المعاصر. آآ اه هو بميديك كزا يعني كزا مكان. ربعمائة كلمة دي. هي تعريبا تلت صفح هو بميديك ادي صفحة اولانية زي ما انتم شايفين صفحة تانية فيها صورة وصورة. صورة هترفقها وصورة تانية هترفقها بتتكلم عن الطاقة. ممكن جيبها من جوجل عادي. الصفحة التانية هتكتب فيها برضو عن الموضوع. ده ارتبع الموضوع الصفحة التانية. صفحة التالتة عن الموضوع برضو. النتائج يعني هتقول له احنا اتعلمنا او عرفنا ايه من آآ معلومات في عن عن الطاقة. عرفنا همية الطاقة عارفنا اه انواع الطاقة اه الكلام ده المصادر اللي انت استمديت منها البحث الخاص به بنك المعرفة المصري اه كتاب اللغة العربية المدرسي كتاب الرياضيات المدرسي كتاب اللغة الانجليزية المدرسي اه اي حاجة انت استفدت كتاب العلوم المدرسي كتاب المدرسات الاجتماعية المدرسي وهكذا ايا كان ايه كتاب اللي انت استعنت به او اه المكتب الرقمية او ايا كان طيب عايزين نكتب بقى البحث هنعمل ايه المقدمة هنختار مسلا المقدمة هنبحث دلوقتي عن نت كأنك انت لسه بتعمل مشروع جديد اهو بسم الله هندخل على المكتب الرقمية وهنكتب مسلا الطاقة قبل ما نكتب البحث بنشوف حاجة مهمة او نسيت اقول لكم عليها الكلام اللي هو كاتبهه لك في البحث انك انت ازاي تبحث مكتوب لك البترول والغاز بس بلون عريض شوية او شوية عريض او اه يعني زي من شايفين البترول والغاز ده اللي هنبحث عنه في اي علامة سيرش البترول والغاز هنكتب البترول والغاز ونقول له انتر تمام بعد كده بعمل حاجة اسمها فلتر يعني ايه اه كلمات الدلالية دلوقتي انا بختار كلمات الدلالية اه انا عندي عايز انا في الصف الرابع الابتدائي بتكلم في الرابع الابتدائي هقول له عرض المزيد من الكلمات الدلال دي اللي هتعمل لي فلتر انا بتكلم في سنة ابتدائي جالي الابتدائي فاصل دراسي التاني فاصل دراسي التاني هنعمل سنة رابعة صف الرابع صف الرابع اللي ابتدائي اهو تمام دولي التعادين والصناعة والتجارة لأ جهازة نفسه في الانسان لأ ده البترول والغاز خلينا التعادين والصناعة والتجارة اماكن استفراج ومصادر الطاقة ونقول له ابدأ يبدأ يحمل هيبدأ يشرح لنا دلوقتي ونسمع الشرح نعمل التالي نعمل التالي دي خلينا نشوف حاجة تانية هنشلم الفلاتر ابتدائي صف الرابع نخلينا في ايه اهمية البترول في الوطن العربي نضغط عليها ده من الطاقة حاجة هنقول له ايد ده يعني مش شرطي بها هي نفس الايه الصناعة اللي يتفيه هنكتفي المقدمة اللي احنا سمعنا ده هنكتب الدرس الثاني هنضغط ضغطة نعمل نكتب زي ما انتم شايفين دلوقتي كده نسل خليق اسمر عشان يبقى واضح ليكم نكبر نكبر الفرنط البترول لقى همية كبيرة في النقطة المصانع واسعة للنقطة المختلفة واشتقوا منه منتجات كثيرة تدخل فيه يفتح يعني انشغل تمام دي مقدمة عايزين نرى في المقدمة دي كم كلمة احنا كتبناها من الشرح اللي هو مكتوب ده ايه حاجة اسمها عدات كلمات هقول لكم عليه هسيب لكم رابطه اسفل الفيديو اعمل كليك كمين لصق اقول له عد الكلمات جالي تمانية وعشرين دي قليل هنعايزين من اربعين لخمسين تمام هنعايزين من كم من اربعين لخمسين هنشوف تاني فيديو تاني يشرح حاجات تانية نعمل باك الموضوع سهل ان شاء الله ما حيش اي مشاكل فيه خلينا مسلا في البترول هنا كده اهميته وانتاجه والكلام ده نقول له عده نسمع الشرح ونسيقه باسلوبنا ونكتب مسلا المصادر دلوقتي اللي احنا عملناها ده بنك المعرفة عن مصري وانت بتسمع ممكن تكتب على طول بابولي اضغط على الشكل اللي قدامك هقول له موافق ونقول له مسلا لانتاج العلامي للمترول نرغب ضغطه رغب تاني موسيقى زي ما انتم شايفين كتبنا شوية معلومات كويسة هنقول له ونعمل عداد الكلمات على عداد الكلمات نعمل عشان يشيل القليل ونقول له لصق ونقول له عدة كلمات هنشوفها كام اتنين وخمسين ما فيش مشكلة هم ممكن نهزف اتنين ولا حاجة مش قضية يعني هي كده في المزوط ادي اول حاجة من اربعين لخمسين كلمة دي المقدمة بعد كده بنطل على عناصر الموضوع يعني عناصر الموضوع يعني الموضوع اللي انا هكتب فيه يعني هكتب الموضوع في ايه اول حاجة طبعا يعني هعرف قبل ما اعمل اي حاجة لازم يعني على طول على ايه اللي انت شايفينه ده اللي هو الصفحة اللي فيها الطاقة اول حاجة هنتكلم على البترول للغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة تاني حاجة استخدام البترول للغاز الطبيعي في حياتنا ده الموضوع تمام يعني هكتب اول حاجة البترول للغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة هوضع البترول للغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة وبعد كده هكتب في الموضوع بعضه استخدامات البترول للغاز الطبيعي في حياتنا آآ التارت حاجة جمع معلومات عن قرية عداد كهرباء منزلي يعني قرية عداد كهرباء سواء انت صورته وهترفع الصورة على الكمبيوتر وبعد كده هتفضطها او تجمع او تقارن انت المعلومات بتاع الاخر ثلاث ايصالات ثلاث اشهر متتالية الزي ايصال ثلاث اشهر متتالية وبعد كده بنمثل بينيا بالعمدة واحدد الشهر الاقصى الاستهلاكا او الاقصى الاستهلاكا طيب انا دلوقتي هعمل كم كلمه لازم نشوف احنا هنعمل كم كلمه الموضوع هننزل تحت كده يقول لك الموضوع من 400 ل 500 كلمه الملخص هو المقدمة من 40 ل 50 كلمه ده احنا عملنا خلاص لما احنا عملنا 52 كلمه الموضوع 400 ل 500 كلمه والانجليزية 1500 كلمه طب ايه الانجليزية دي الانجليزية لو انت اخذت بالك يقول لك اه في الطاقة حدد الشهر الاقصى الاستهلاكا على اقل الاستهلاكا من وجهة نظرك وكتب اسم كل شهر باللغة العربية او باحد اللغات الاجنبية اللي هي اللغة الانجليزية او ايا كان اللغة اللي انت بتدرسها غالبا بعد كده عشان كده هي دي اللغة الاجنبية ما تزيدش عن 15 وما تزيدش عن 30 كلمه في اللغة الاجنبية وبرده عدد الكلمات بيعد اللغة الانجليزية او الفرنسية بيعدها برده مش بيعد العربية بعد كده انا عايز اعمل موضوع موضوع من 400 و 500 كلمة يعني تقريبا هعمل في الطاقة في البترول هعمل تقريبا اديمية واستخدام البترول للغاز الطبيعي اديمية وجمع معلومات عن القراءة عدد كهربائي دي ما اعتقلش انها تجيب 100 كلمة يعني ممكن نخلي دي مثلا 150 وده 150 يتفضل كام يبقى 300 كلمة وبعد كده تخلي دي مثلا نقول 50 كلمة يبقى 350 وده مثلا نقول 70 ولا 80 يبقى ايه 430 ولا حاجة يبقى تقدر ايه يبقى انت عملت بحث والتزمت برضه بالايه بالموضوع الموضوع ما يقلش عن 400 كلمة وما يزيتش عن 500 كلمة ولازم نلتزم بالكلام ده يعني طريقة مهمة جدا يعني عشان بيدقوا فيه جدا ودي من المشروع ان شاء الله يبقى مكبول يبقى لقدر الله غير مكبول مفيش جيد مفيش 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 امتياز مفيش ضعيف لا هي مقبول او غير مقبول يعني انت التزمت بالحاجات اللي هو بقول عليها مقبولة ملتزمتش غير مقبول يعني يبيض يسفد بعد كده هنكتب عن البترول غاز طبيعيك احد مصادر الطاقة دلوقتي هنفتح ورد ثاني نشوف بقى المواظر اللي هنكتب منه يعني نفتح كتاب المدرسة ونشوف في الدراسات مثلا نشوف اللغة العربية نشوف لو في درس في اللغة العربية بين البترول او الطاقة او المصابح الكهربية وينكان الكلام ده تبدأ تستمد منه وتبدأ تكتب طبعا ما تكتبش بالنص يعني ايه يعني خلي فيه تشكيلة يعني يعني جملة من هنا على جملة من هنا يبقاش كل التركيز على انت بتنقله خلاص ومش عايز منك كده لا وعايز انك انت يبقى تنوع المصادر عشان تقدر تكتب ننسيني نكتب في المصادر هنا معلش هنكتب ايه هنكتب المصادر اللي احنا اول حاجة احنا عملناها المصادر الاساسي اللي هو اللي احنا عملنا منه دلوقتي المكتبة الرقمية بن خسين بنك المعرفة المصري خليهم لون اسمر يعني على طول بدري بدري كده يعني ايه تبدأ على طول تكتب ايه المصادر الخاصة اللي انت استعنت لها عشان ما تنساش عايزين بقى نكتب الموضوع يعني عايزين نقول بسم الله ونكتب الموضوع هنكتب الموضوع اول حاجة هنعرف بالبترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة يعني هو بقولك البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة يبقى هنشوف الدرس هنبحث في الدرس في عندنا موضوع الفراشة برضو اللي انت شايفينها دي هنكتب مسلا فيها البترول البترول والغاز الطبيعي ونعمل انتر اهو النفط والغاز النفط الخام مسائل اسود يكون عميقا في بطر الارض انه وقود سمين يعني ممكن نجدو كده نسخ ونعملوا لصق هنا المفط الخام المفط الخام مسائل اسود يكون عميقا في بطر الارض دي هو اتبر ايه يعني شوية كلمات برضو هتفيدنا ندخل تاني على المساطر الفراشة مش عايزين موالي متجددة النفط بدون النفص استطاقة في الحالة العصرية النفط بالرهية صناعة الوقوف برضو نكتبه دولي نسخ برضو نكتب هنا جزء برضو ده تعريف للايه البترول هنكتب هنا من المصادر هنكتب مساطر فراشة المصادر اللي احنا استخدمناها مسلا انت شايف دلوقتي انك انت ما فيش حاجة انك تضفها تاني الا تلت الحاجات لأ انت ممكن تصغر الخط خليه مسلا عشرة او كده شوف الخط الصغر خالص زي انت شايفين الخط الصغر تقدر تكتب كزا يعني ممكن تلاتة اربعة يعني مسلا هنا تلاتة اربعة سوري تلاتة هنكتب اي حاجة اربعة ونكتب اي حاجة خمسة تكتب اي حاجة ستة سبعة تمام يعني تقدر تكتب كزا حاجة ما تقولش لا ده الخط كبير كده مش هينفع انا هكتب فين لا انت لا تعدل على اي حاجة من دي انت ممكن تعدل عليها لا ما تعدلش سيب كل المربعات زي ما هي يعني انت سيب كل المربعات دي يعني ما تكبرش المربع ده او تصغر ده لا خليك منتزم باللي هو محزة طولك بس حاول انت اقلل او صغر القطور ما فيش اي مشاكل وافضل خط تقريبا هو اتناشر لو ضغطنا اتناشر مثلا او اربعتاشر على حسن ما انت مرتاح انت قبل الخط حاليا دلوقتي تخليه اربعتاشر عشان يبقى حتى واضح ليك اه لو انت نسخت على حاجة ولقيت اللون مش واضح هتقوم عامل اعلامة الاي دي تقول له اوتوماتيك بحيس انه يبقى باللون الاسود بعد كده احنا اخترنا دلوقتي عملنا اه ده كل ده عن الموضوع يعني انا بتكلم في الموضوع دلوقتي تمام بعد كده دي موساطي الفراشة هشوف مثلا البترول اهمية البترول اضغط عليها ضغطة اه 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 واللي انت تفهمه من الموضوع بتكتبه بكل سهولة بحيس انك انت اه تشوف الايه الكلام انت ما تكتبهوش حرفيا انت هتحاول تفهم وتكتب باللي انت تقدر تعبر به اه دلوقتي كتبنا مسلا اه شوية كويسين انا عايزين نعرف عددهم قد ايه كل ده عشان من البترول والغاز الطبيعي انا بقول لك انا عايز تعريبة انا عايز مية مية تعريبة اه دلوقتي نشوفها عدد الفروف قوله عدد تنشيط قوله قد الكلمات تسعة وسبعين كلمة طبعا دي حاجة كويسة تسعة وسبعين كلمة ما نكملناش وقت الحمد بالله بعد كده بعد كده ده بالنسبة للموضوع هنشوف بقى مصادر تانية نشوف الكتاب المدرسي اه حاجة بتتكلم عن الطاقة اه بتتكلم عن مصادر الطاقة البترول الاواظ الطبيعي اه بعد كده تختار استخدام البترول الاواظ الطبيعي في حياتنا تمام انت ممكن تكتب في هنا في المكتبة الرقمية نجع باك البترول والغاز في حياتنا نقول له انت كهرباء كهرباء في حياتنا اهي موجودة اهي نضغط ضغطة قل له ابدأ شرح برضو فيديو قطعه اهي موجودة اكتب لا ده مش هينفع الشغل والطاقة لا ده حاجة الفيزية تقريبا. توزيحه كل بطلول في وطن عربي. شو بتتكلم? نستفيد منها معلومة ولا لا? نبدأ نحطها بحسنا. انت تنتقي المعلومات وتبدأ نقول له يبدأ نختار البلد. مثلا مصر. خلينا في الممكانة ربما ستقدم وخليها. شوف كتبنا اللي هو هو قال عليه. بعد كده بنشوف نختار بلد تاني ونصر مسلا. بص شكر. العلمين. وبلاعين. تمام? دلوقتي برضو مش عايزين ننسى هم نتكلم عن استخدام البترول الغاز الطبيعي في حياتنا. طبعا هكتب بقى دي سهلة يعني. يعني هكتب استخدام لمواصلت الفراشة. التخدام البترول والغاز طبيعي. هكتب لغاز طبيعي في حياتنا. لغاز طبيعي في. نكتب لغاز. نشوف لغاز بس كده. نشي نفط لغاز. ممكن تبقى في حاجات. تمام? الحمد لله فتح. ختحت شوية معلومات هاي. طولة ما زي حسنا بس راحا. دي تعريفات. نشوف تاني استخدام بترول الغاز طبيعي في حياتنا. هنكتب يعني مش محتاجة. يعني هنكتب. ويستخدم. في اه وقود السيارات. والحافلات. وكذلك. اه وكذلك استخدم الغاز الطبيعي. في مواقع قديمة. في المنازل. وكذلك. وموزلت. يتم الاقباط والمصانع. مع الطاقة. طبعا في استخدمة كتير جدا بقى. انا كنت عمل توضيحه في الخصر اكنا نعم ميوالة طبيعية مصادر التقريب متقددة بتفير طويل انت كتب فاطن عربي نروح عليها وكله ادأ هيشرح لنا دلوقتي الفيديو قطعت. من الصرح التقليل رأيك رأيك ياắn ترجمة نانسي قنقر 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 انواع مصادر الطاقة انت عرفتها معرفة انواع مصادر الطاقة معرفة انواع مصادر الطاقة نشوف مثلا البحث كان كاتب لنا ايه جمع المعلومات عن قائعة عداد ترجمة نانسي قنقر بالعمدة عرفنا مسلا الايه الاستهلاك اليومي والشهري اه الطاقة الطاقة تمام يعني تعريبا دي النتائج المشروع الي انت عملته طبعا لو عايز تعمل نتائج تانية وما فيش مكان طبعا زي ما احنا قلنا هتحددهم وتقللوا كده او تكتب على كل تضغط هنا وتضغط 11 او 10 وكده يبقى انت عندك مساحة تانية انك انت تكتب تكتب كمان كلمة تانية وكمان كلمة تانية تمام نتائج تانية يعني ست نتائج انا بقول لكم برضو مرة تانية محدش يلعب في المستطيلات دي ويحددها ويكبرها ويصغرها عشان ما يبوص الدنيا وعشان الحاجات دي تبقى هي عايز زينها زي استنبا او قوالب جهزة انك انت ما تلعبش فيها عشان انت ما تلعبش فيها وتسيبها زي ما هي وتملى بس التملى بس اللي داخلها بس مش اكتر الالي تمام يا رب يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش اشتراك في القناة لو في اي سؤال سيبه كل التعليقات وهرد عليكم على طول فورا والسلام عليكم وحمد الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وانس وحمد ابراهيم من قناتكم محمد حمود التقنيات ان شاء الله هناخد ازاي تسجل في موقع اه او المنصة الالكترونية طبعا دلوقتي اه اغلب الناس معها رموز الفصل او رمز الفصل الخاص بيك سواء للغة العربية ورياضيات او ايا كان اه بتعمل اول حاجة طبعا بتخدش على الموقع ايدمودو هسيلك الرابط اسفل فيديو هتدخل على حساب طالب او انت طالب او حساب معلم اه او حساب ولي امر ايا كان خلينا بس الحساب طالب الاول قبل ما تدخل على ايدمودو لازم تخش على حاجة مهمة جدا حاجة اسمها استعلام عن اكواد الطلاب تمام اه اول حاجة هتكتب الرقم القومي اه الاربعتاشر رقم هتكتبهم كاملين وتكتب تاريخ الميلاد سنة الميلاد والشهر واليوم وبعد كده تختار المحافظة جميع محافظات مصر موجودة وتختار النوع ذكر ولا انسة وتقوم بتسجيل الدخول هيديك رقم مقوم من تسع ارقام ده اسمه اه الكود الطالب بعد كده بتخدش على ايدمودو اصدوك الرابط ده اسفل الفيديو وتتغط على حساب طالب لازم يكون معاك اه حاجتين دلوقت اول حاجة رمز الفصل اللي انت هتاخده ولو انت كمان معاكش رمز الفصل لما فيش مشكلة انا هقول لك هنعمل ايه اه التاني حاجة يكون معاك كود الخاص بيك الاسم الاول هتكتب اسمك الاول اللي هو موجود هنا فوق واسم العائلة هتكتب اسمك التاني او اسم العائلة مش فرقة اه وتكتب اه رمز الصف انا هقول لك هنعمل ايه في دلوقت اسم المستخدم بقى اللي هو فيه الكلام هنكتب ايه ام او اي وبعد كده هنكتب رقم الايه رقم الايه الكود الرقم اللي هو بتاع كود الطالب هتكتبه كنترول فيه البريد الالكتروني بيقول لي اه هو عمل هلي بالليون الاحمر عشان بيقول الاسم المستخدم تم تستخدمه من قبل بس انا بوضح لكم بس كده كلمة المرور هتكتب اي كلمة المرور انت يعني تبقى قوية شوية ما تبقاش يعني رقم تليفون او كده يعني تبقى حاجة ايه ما تقلش عن تمن حروق او ارقام والافضل ما تبقاش حاجة سهل ان حد يعرفها اه رمز الصف ده اللي فضل لنا دلوقت عشان نعمل انشاء حساب طب البرد الالكتروني مكتوب بين قصين اختياري يعني انت اصلا ممكن ما تفضوهش بس لو عندك ايميل حطه ما فيش مشكلة عشان لو لو قدر الله انسيتك كلمة سيرجت اقدار تستعدها هنطري ان هي بعتك رسالة على البرد الالكتروني اه رمز الصف بقى هنكتب فيه هنكتب فيه هنكتب كود معين فيه وبعد كده هنبقى نمسح الكود ده اقول لكم ازاي الكود هو اربعة اي يو واي واي بي تمام طب انت واحد اقول لي مسلا طب ده مش رمز الفصل بتاعي انا لسه مجاليش رمز الفصل طيب انا هقول لك هتعمل ايه رمز الفصل اللي احنا عاملينه ده ده حاجة مؤقتة وبعد كده احنا هنمسحها ونكتب رمز الفصل من جديد هقول لكم ازاي برضه من جوه ان شاء الله اول حاجة دلوقتي اه بعد ما تكتب رمز الفصل اللي انا هتحط طولك ده وهسابه لكم اسفل الفيديو وكتبت كلمة المرور هتعمل حاجة اسمها انشاء حسابك هتضغط هتدخل على طول على ان شاء الله على حسابك ما فيش اي مشكلة بيفتح لك صفحة جديدة هنفتح هنعرف بقى ازاي ازاي تغير رمز الفصل وازاي تضيف رمز الفصل بعد ما دخلنا وبعد ما دخلنا دلوقتي على حساب هندخل على من فوق هنا زي ما انت شايفين الفصول الدراسية انا ضغط على الفصول الدراسية هتلاقي عندك فيه فصل اللي انت دخلت فيه اللي هو اه اربعة اي اي يو اللي انا كتبه لكم الرمز ده دخلك على الفصل اه معين في مدرسة معينة انت هتعمل هتضغط هتلاقي الصف كذا الصف كذا الصف السادس انجليزي الصف الرابع الصف الخامس تمام هتضغط على الثلاث شورة دول وتقول له انسحاب هلأ انت موافق من الانسحاب قول له نعم بعد كده هيجيلك اه تطلع فوق شوي هيجيلك علامة للزايد دي او مت شايفينها وتطلع لها فصل دراسية هجيلك علامة valued هتطلع على علامة زايد دي ويذهل لك تتطلع لهالطحك بفصل دراسية يعقل بنيها تتتطلع تمام فتطلع على التحك بالفصل دراسي هي نزلت من تحت الزايد او متضغط على الزايد ويجيلك حاجة اسمها الرمز تضغط الرمز الموجود اللي الي هيدهه لك مدرس الفصل للي هتواصل معا بيه. وتبدأ تسأله على اي مشكلة في البحث او الكلام ده. وبرضه من المنصة دي هتبدأ ترفع تبدأ ترفع بيها البحث. اه عن طريق اه هقول لكم فيما بعد هنرفعه لزاي. اه بعد كده بعد ما ترفع البحث يبقى انت كده اتمامت العملية اه تماما وخلصت كل حاجة. معنى رفعت البحث يعني خلاص انت راجعت وعملت كل حاجة مطلوبة وبترفع البحث. بعد ما عملت البحث. طيب ازاي بقى نعمل البحث بقى? اول حاجة احنا كده خلصنا الحمد لله الحاجات دي كلها. نطلع بقى. عرفنا الاستعلم عن كودو التنم بقى. كل الحاجات دي يسيبها لكم اسفل فيديو. الاستعلم عن كودو الطالب. اه يليه فاتح حساب في اه منصة اه 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 منصة الالكترونية. بعد كده بقى منخش على ايه? اه المواضيع البحثية. يعني ايه المواضيع البحثية? المواضيع البحثي يعني. مسلا انا اخترت الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحثي. لو ضغطت عليها ضغطة هيزهر لك الشكل ده. الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحثي. اقرأ المشروعات التالية واختار واحدا منهم للعمل عليه. هنختار واحد منهم. اتنين يمكنك العمل على المشروع منفردا او مع فريق ليزيد عن ثلاثة من زملائك. يعني اه بيك انتة يبقى ما يزيدش عن ثلاثة. تمام? يعني انت واتنين اصحابك. ده بالنسبة للصف الرابع الابتدائي. تمام? هنختار واحد السياحة او هنختار الطاقة او هنختار الصحة او المية. اي واحدة من الاربعة دول هو البحث بتاعنا. طب نختار على اي اساس? يعني لو انت المنهج الخاص بيك في اه اه انت شايف انك انت ممكن تكتب اه كلمات كتير وموضوع يعني ممتاز عن السياحة عشان فيه المواد اللي موجودة عندك سواء علوم او 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 دراسات او او اللغة العربية او اي مادة تانية بتتكلم عن السياحة بطريقة اه مستفيدة يعني او بطريقة يعني مشروحة بدرجة كبيرة. ما تقدر طبعا تختار ايه? الموضوع بالنسبة للمواد اللي عندك. كل مكانة الموضوع يعني قريب اوي للمواد بتاعك طبعا يكون افضل واحسن طبعا. بعد كده هنعمل ايه? احنا دلوقتي حددنا مثلا هنتكلم مثلا في الطاقة. هيقولك دلوقتي في ضغط دراسة كن بعداد مشروع بحسي يتضامن ما يليه. البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا. جمع معلومات عن قراءة عداد كهرباء منزلي او ايصال. في ثلاث اشهر متتالية امثله بيانيا بالعمدة. اه رابح حاجة حدد الشهر الاكثر استهلاكا على الاقل استهلاكا موضحا من وجهة نظرك اسباب ذلك. وكتب اسم كل شهر باللغة العربية وباحد اللغة الاجنبية. تمام. فنختار البحث ده ازاي. واللي هنعمله ازاي من القوالب الجهزة الذي وزارة التربية والتعليم. عمل HTML حندنا لغة الصفحة دي اللي احنا اول واحدة هنجدناها. فندخل على القوالب البحسية على المراحل التعليمية المنا ليس Αسسية. انضغط عليه ضغطة. هي ازغلنا الشكل ده. دي جميع المراحل التعليمية من الصف الثالث اعدادي بعد صف الثالث اعدادي. من تلتة ابتدائي لتلتة ايدادي. انا اختار الصف الرابع الابتدائي ونحمل القوالب. يعني ايه القوالب? يعني تحميل القالب الاول اللي هو اللي هو البحث الاول اللي هو السياح اللي هو القالب الاول. القالب التاني اللي هو الطاقة اللي انت شايفينه ده. تحميل القالب التاني ده الطاقة. طيب القالب الثاني لو انت عايز تشوفه بس قبل ما تحمله. طيب اه القالب التالت الصحة. يقول لك تحميل القالب الطالب. طيب ايه القالب الرابع الماء. تحميل القالب الرابع. زي ما انت شايفين صف رابع اللي ابتدأي تحته تحميل القالب الرابع. هتختاره هتحمله عادي عندك على الجهاز سواء كمبيوتر او لقطوب او موبايل اي ان كان. وتبدأ تستخدمه. آآ البحث نفسه بيتعامل ببرنامج وورد. بس البلنامج وورد اللي احنا هنعمله. بلنامج وورد اللي احنا هنعمله آآ مايكروسوفت اوفيس الفين وسبعة او اكتر. تمام? بعد كده هنفتح البحث. ده البحث بعد ما نزلته. اللي هو بحث الطاقة للصف الرابع الابتدائي. هندخل على البحث. هنعرف بقى ايه ده? ايه اللي موجود ده? اول حاجة للصف الرابع الابتدائي المشروع الثاني الطاقة. عنوان الموضوع هتختار عنوان جزاب للموضوع. بمعنى هنعمل هنا ونكتب مسلا اه همية الطاقة اه في حياتنا. مسلا الرقم التعريفي اللي هو الكود الطالب. هتعمل كده هنا وتضغط وتكتب الرقم الكودي بتاعك اللي هو كود الطالب اللي احنا استعلمنا عنو. المقدمة هتعمل مقدمة ما تزدش عن خمسين كلمة او ما تقلش عن اربعين كلمة. يعني من اربعين لخمسين كلمة المقدمة. هتعمل وتبدأ هتكتب مقدمة وتنسقها وتقول له مسلا اه المقدمة دي مش من تعليفك انت هتجيبها من كتاب المدرسة او من المنصة الايه الالكترونية او المكتاب الرقمية. عناصر الموضوع هتكتب موضوع بيتكلم من ربعمائة لخمسمية كلمة عن الطاقة. طبعا من خلال الكتاب المدرسي وكتاب سلاح التنميز او كتاب المعاصر. اه هم اديك كزا يعني كزا مكان. عبارة كلمة دي هي تعريبا تلت صفحة هم اديك ادي صفحة اولانية زي ما انتم شايفين. صفحة تانية فيها صورة وصورة. صورة هترفقها وصورة تانية هترفقها بتتكلم عن الطاقة. ممكن يجيبها من جوجل عادي. الصفحة التانية هتكتب فيها برضو عن الموضوع. ده ارتبع الموضوع. الصفحة التانية. صفحة التالتة عن الموضوع برضو. النتائج هتقل له احنا تعلمنا او عرفنا ايه من اه معلومات في عن الايه عن الطاقة. عرفنا اهمية الطاقة. عرفنا اه انواع الطاقة. اه الكلام ده. المصادر اللي انت استمديت منها البحث الخاص به. بنك المعرفة المصري. اه كتاب اللغة العربية المدرسي. كتاب الرياضيات المدرسي. كتاب لغة الانجليزية المدرسي. اه اي حاجة انت استفدت كتاب العلوم المدرسي. كتاب المدرسات الاجتماعية المدرسي. وهكذا ايا كان كتاب اللي انت استعنت به. او اه المكتبة الرقمية او ايا كان. طيب عايزين نكتب بقى البحث. هنعمل ايه? المقدمة. هنختار مثلا المقدمة. هنبحث دلوقتي عن نت. كأنك انت لست بتعمل مشروع جديد اهو. بسم الله. هندخل على المكتبة الرقمية. وهنكتب مثلا الطاقة. قبل ما نكتب البحث بنشوف حاجة مهمة او نسيت اقول لكم عليها. الكلام اللي هو كاتبهه لك في البحث انك انت ازاي تبحث ومكتوب لك البترول والغاز بس اللون عريض شوية او شوية عريض. او اه يعني اصمر طيئت زي من شايفين البترول والغاز. ده اللي هنبحث عنه في اي علامة سيرش البترول والغاز. هنكتب البترول والغاز. ونقول له انتر. تمام? بعد كده بعمل حاجة اسمها فلتر. يعني ايه? اه كلمات الدلالية. دلوقتي انا بختار كلمات الدلالية. اه انا عندي عايز اه انا في الصف الرابع الابتدائي? باتكلم في الرابع الابتدائي اقول له عرض المزيد من الكلمات الدلة. دي اللي هتعمل لي فلتر. انا بتكلم في سنة ابتدائي. جالي لابتدائي. فصل الدراسي التاني. فصل الدراسي التاني. هه اعمل الصف الرابع. صف الرابع الابتدائي اهو. تمام. تقول لي تعديل وصناعة ابتكارها? لأ. الجهازة لاتstory الانسان لأ. ده البترول والغازة. خلينا التعديل والصناعة والتجارة. اماكن استفراج ومصادر الطاقة. ونقول له ابدأ. ابدأ يحمل. ابدأ يشرح لنا دلوقتي ونسمع الشرح. نعمل التالي. نعمل التالي. ديب. خلينا نشوف حاجة تانية. هنشلم الفلاتر ابتدائي. صف الرابع. نخلينا في اهمية البترول في الوطن العربي. نضغط عليها. ده من الطاقة. حاجة في الطاقة. نقول له ايد ده. يعني مش شرطي بها نفس الايه? الصنة اللي ات فيه. هنكتفي المقدمة. اللي احنا اسمعنا ده. هنكتب الدرس الثاني. هنضغط دغطة. ولد çاري من الوطن العزان. شكرا لكم. نظره. 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 نكتب زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. نسل خليق اسمر عشان يبقى واضح لكم. نكبر. نكبر الفرنط. البترول لها همية كبيرة في النقطة المصانع واسعة للنقطة مختلفة واشتاكم منه منتجات كثيرة تدخل فيه. يفتح فاني شغال. نكتب. تمام دي مقدمة. عايزين نرى في المقدمة دي كم كلمة احنا كتبناها من الشرح اللي هو مكتوب ده. اي حاجة اسمها عدات كلمات هقول لكم عليه. هسيب لكم رابطه واسفل الفيديو. اعمل كليك كمين لصق. اقول له عد الكلمات. جالي تمانية وعشرين. فعن تمانية وعشرين ده قليل. هنعايزين من اربعين لخمسين. تمام? هنعايزين من كام? من اربعين لخمسين. هنشوف تاني. فيديو تاني يشرح حاجات تانية. نعمل باك. الموضوع سهل ان شاء الله. ما فيش اي مشاكل فيه. خلينا مسلا في البطرول هنا كده. اهميته وانتاجه الكلام ده. نقول له عده. نسمع الشرح ونسيقه باسلوبنا. ونكتب مسلا المصادر دلوقتي اللي احنا عملناها ده بنك المعرفة عن مصري. وانت بتسمع ممكن تكتب على طول. بيقول لي اضغط على الشكل اللي قدامك. هقول له موافق. نقول له مسلا لانتاج العلامي للمترول. هنضغط ضغطها. روكات طوال. روكات طول. روكات طول. روكات طول. توقف تاني زي ما انتم شايفين كتبنا شوية معلومات كويسة هنقول له ونعمل عداد الكلمات على عداد الكلمات عشان يشيل القليل ونقول له لصق ونقول له عدة كلمات هنشوفها كام اتنين وخمسين ما فيش مشكلة هم ممكن نحزف اتنين ولا حاجة مش قضية يعني هي كده في المزبوط ادي اول حاجة من اربعين لخمسين كلمة دي المقدمة تمام بعد كده بنطل على عناصر الموضوع يعني عناصر الموضوع يعني الموضوع اللي انا هكتب فيه يعني هكتب الموضوع في ايه اول حاجة طبعا يعني هعرف قبل ما اعمل اي حاجة لازم يعني على طول على الايه اللي انتم شايفينه ده اللي هو الصفحة اللي فيها الطاقة اول حاجة هنتكلم على البترول للغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة تاني حاجة استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا ده الموضوع تمام يعني هكتب اول حاجة البترول للغاز طبيعي كاحد مصادر الطاقة هوضع البترول الغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة وبعد كده هكتب في الموضوع بعضه استخدامات البترول والغاز الطبيعي في حياتنا التالت حاجة جمع معلومات عن قرية عداد كهرباء منزلي يعني قرية عداد كهرباء سواء انت صورته وهترفع الصورة على الكمبيوتر وبعد كده هتفكتها او تجمع وتقارن انت المعلومات بتاع الاخر تلت ايصالات تلت اشهر متتالية وبعد كده بنمثيره بينيا بالعمدة واحدد اشهر الاقصى استهلاكا من الاقل استهلاكا طيب انا دلوقتي هعمل كم كلمة لازم نشوف احنا هنعمل كم كلمة الموضوع هننزل تحت كده يقول لك الموضوع من ربعمائة لخمسمائة كلمة الملخص هو المقدمة من ربعمائة لخمسين كلمة ده احنا عملنا خلاص لما احنا عملنا اثنين وخمسين كلمة الموضوع ربعمائة لخمسمائة كلمة والانجليزية خمساش وثلاثين كلمة طب ايه الانجليزية دي الانجليزية لو انت بخدت بالك بيقول لك اه في الطاقة حدد الشهر الاقصر استهلاكا على اقل استهلاكا موضحا من وجهة نظرك اذباب ذلك واكتب اسم كل شهر باللغة العربية او باحد لغات الاجنبية اللي هي اللغة الانجليزية او ايا كان اللغة اللي انت بتدرسها غالبا الانجليزية يعني بعد كده اه عشان كده هي دي اللغة الاجنبية اللي انت هتسخدمها ما تزيدش عن من خمساش وما تزيدش عن تلاتين كلمة في اللغة الاجنبية وبرضه عدد الكلمات بيعد اللغة الانجليزية او الفرنسية بقيا كان بيعدها برضو مش بيعد العربية بس تمام بعد كده بعمل انا عايز اعمل موضوع من ربعمائة وخمسميت كلمة يعني تقريبا هعمل في الطاقة في البطرول هعمل تقريبا اديمية واستخدام البطرول في غاز الطبيعي اديمية وجمع معلومات عن قرقة لịchجمية اتعداد كهربائي دي ما اعتقدش انها تجيب اه كلمة يعني ممكن نخلي دي مسلا مية وخمسين وده مية وخمسين اتفضل كم يبقى تلتميت كلمة وبعد كده تخلي ممسلا نقول فخمسين كلمة يبقى تلتمية وخمسين وده مسلا نقول سبعين ولا تمانين يبقى ايه ربعمائة تقدر انت عملت بحس والتزمت برضو بالموضوع. الموضوع ما يقلش عن ربعمائة كلمة وما يزيدش عن خمسمائة كلمة. ولازم نلتزم بالكلام ده يعني طريقة مهمة جدا يعني. عشان بيدقوا فيه جدا ودي من المشروع ان شاء الله هيبقى مكبول. يبقى لقدر الله غير مكبول. ما فيش جيد. ما فيش جايج جدا. ما فيش اي امتياز. ما فيش ضعيف. لا هي مكبول او غير مكبول. يعني انت لتزمت بالحاجات اللي هو بقول عليها مكبولة. ما لتزمتش غير مكبول. يعني ياب ياضي يسفد زي ما بنقول. بعد كده. هنكتب عن البترول غاز طبيعيك احد مصادر ابتاقه. دلوقتي هنكتح ورد تاني. نشوف بقى الموضوع اللي احنا نكتب منه. يعني نفتح كتاب المدرسة. ونشوف في الدراسات مثلا نشوف اللغة العربية. اه نشوف اه لو فيه درس في اللغة العربية بين البترول او الطاقة او المصابح الكهربية. اه الكلام ده تبدأ تستمد منه. وتبدأ تكتب. مستعمل ما تكتبش بالنص يعني ايه? يعني خلي فيه تشكيلة يعني يعني جملة من هنا على جملة من هنا. يبقاش كل التركيز على انت بتنقل وخلاص ومش عايز منك كده لأ. وعايز انك انت يبقى تنوع المصادر عشان تقدر تكتب. نسيني نكتب في المصادر هنا. معلش هي هنكتب ايه? هنكتب المصادر اللي احنا اول حاجة احنا عملناها. الماثر الاساسي اللي هو اللي احنا عملنا منه دلوقتي المكتبة الرقمية. بن خسين بنك المعرفة المصري. خليهم لون الاسمر. يعني على طول اه بدري بدري كده يعني ايه? تبدأ على طول تكتب ايه? المصادر الخاصة اللي انت استعنت لها عشان ما تنساش. عايزين بقى نكتب الموضوع يعني. عايزين بقى بسم الله ونكتب الموضوع. هنكتب الموضوع اول حاجة هنعرف بالاة البترول الغازة طبيعي كاحد مصادر الطاقة. يعني هو بقول لك البترول الغازة طبيعي كاحد مصادر الطاقة. يبقى هنشوف الدرس هنبحث في الدرس. في عندنا مواصلات الفراشة برضو. اللي انت شايفينها دي. هنكتب مسلا فيها البترول. البترول والغاز الطبيعي. ونعمل انتر. اهو النفط والغاز. النفط الخام سائل اسود يكون عميقا في باطل الارض. انه يكون سامين. يعني ممكن ناخده كده نسخ. ونعمل ولسكة هنا. النفط الخام. النفط الخام مسائل الاسود يكون عميقا في باطل الارض. دي هو اعتبر ايه? يعني شوية كلمات برضو هتفيدنا. ندخل تاني على المصادر الفراشة. مش عايزين موري متجددة. المفط بدون النفص تتوقف الحالة العصرية. النفط برغوية صناعة العقود برضو نكتبه. دولي نسخ برضو. نكتب هنا جزء برضو. ده تعريف للايه? هنكتب هنا من المصادر هنكتب موساط الفراشة. المصادر اللي احنا استخدمناها. مسلا انت شايف دلوقتي انك انت ما فيش حاجة انك تضيفها تاني الا تلت الحاجات. لا انت ممكن تصور الخط. خليه مسلا عشرة او كده شوف الخط الصغر خالص. ساهمين شايفين? الخط الصغر تقدر تكتب كزا باند يعني ممكن تلاتة اربعة. يعني مسلا هنا. تلاتة اربع سوري. تلاتة هنكتب اي حاجة اربعة ونكتب اي حاجة. خمسة تكتب اي حاجة. ستة سبعة. تمام? يعني تقدر تكتب كزا حاجة ما تقولش لا ده الخط كبير كده مش هينفع انا هكتب فين? لا. انت لا تعدل على اي حاجة من دي انت ممكن تعدل عليها لا ما تعدلش. سيب كل المربعات زي ما هي. يعني انت سيب كل المربعات دي يعني ما تكبرش المربع ده او تصغر ده لا. خليك منتزم باللي هو وحزة طولك بس حاول انت اقلل او صغر للقطور. ما فيش اي مشاكل. وافضل خط تقريبا هو اتناشر. لو ضغطنا اتناشر مثلا او اربعتاشر. الحاسس ان انت مرتاح. انت كبر الخط حاليا دلوقتي خليها اربعتاشر. عشان يبقى حتى واضح لك. اه لو انت نسخت على حاجة ولقيت اللون مش واضح هتقوم عامل اعلامة الايه دي. بحيس ان هو يبقى باللون الاسود. بعد كده احنا اخترنا دلوقتي عملنا آآ ده كل ده عن الموضوع. يعني انا بتكلم في الموضوع دلوقتي. تمام? بعد كده دي موساطة الفراشة. هشوف مثلا البترول اهمية البترول اضغط عليها ضغطة. اشتركوا في القناة تمام اللي انا قرأناه او اللي احنا سمعناه اه بداية تكتبه واللي انت تفهمه من الموضوع بتكتبه بكل سهولة وبحيس انك انت تشوف الكلام انت ما تكتبهوش حرفيا انت تحاول تفهم وتكتب اللي انت تقدر تعبر به. اه دلوقتي كتبنا مسلا شوية قويسين عايزين نعرف عددهم قد ايه. كل ده عشان من البترول والغاز الطبيعي. انا بقول لك انا عايز تعريبة انا عايز مية تعريبة. انا دلوقتي نشوف عدد الفروف. قول له. عدد تنشيط. قول له كليك يمين ولسك. قول له قد الكلمات تسعة وسبعين كلمة. طبعا دي هيا كويسة. تسعة وسبعين كلمة. ما نكملناش وقت. الحمد بالله. بعد كده. بعد كده. ده بالنسبة للموضوع. هنشوف بقى مصادر تانية. نشوف الكتاب المدرسي. اه حاجة بتتكلم عن الطاقة. اه بتتكلم عن مصادر الطاقة. البترول اوغاز الطبيعي. اه بعد كده تختار استخدام بترول الغاز طبيعي في حياتنا. تمام. انت ممكن تكتب في هنا. في المكتب الرقمية. نرجع بك. البترول والغاز. في حياتنا. نقول له انت كهرباء في حياتنا اهي. موجودة اهي. نبغى الضغطة. قل له ابدأ. شرح برضو فيديو. لا ده مش هينفع. الشغل والطاقة. لا ده حاجة الفيزيية تقريبا. توزيحه كل بطرول في وطن عربي. شو بتتكلم. نستفيد منها معلومة ولا لأ? نبدأ نحطات بحسنا. انت بتنتقي المعلومات وتبدأ. هنقول له يبدأ. نخطر البلد. مثلا مصر. خلينا في المماركة العربية السعودية نغطيها. شوف كتبنا. اللي هو هو قال عليه. بعد كده بنشوف نعمل اكس. بنختار بلد تاني مصر مسلا. بس شكير. العالمين. وبلاعين. تمام? دلوقتي برضو مش عايزين ننسى هم نتكلم عن استخدام البترول الغاز الطبيعي في حياتنا. طبعا هكتب بقى دي سهلة يعني. يعني نكتب استخدام المواصلات الفراشة. تبقى البترول. وللاز طبيعي. هكتب البترول الغاز الطبيعي في حياتنا. البترول الغاز طبيعي في نكتب البترول الغاز. نشوف البترول بس كده. نشوف البترول الغاز. ممكن تبقى في حاجات. تمام? الحمد لله فتح. فتحت شوية معلوماتها ايه? طورة مازا حس انه بس راحة. دي تعريفات. نشوف تاني استخدام الترول الغاز طبيعي في حياتنا. هنكتب يعني مش محتاجة يعني هنكتب وليستخدم في آآ وقود السيارات. والحافلات. وكذلك. آآ وكذلك استخدام الغاز الطبيعي في مواقبنا. المنازل. وتستند المصنع منص الطاقة. طبعا في استخدامة كتير جدا بها كي نتعمل توضيعها في الخطة صرفناها نعمل back ميويلة طبيعية مصادر التقر مزيدة بتفضل طور انت كنت وطن عربي نروح عليها قبل لو اداء هيشرح لنا دلوقتي الفيديو ترجمة نانسي قابل منيسون ترجمة نانسي قابل المترجم للقناة 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 تمام يعني تقريبا دي النتائج للمشروع اللي انت عملته طبعا لو عايز تعمل نتائج تانية وما فيش مكان طبعا زي ما احنا قلنا هتحددهم وتقللوا كده او تكتب على كل تضغط هنا وتضغط حداشر او عشرة وكده يبقى انت عندك مساحة تانية انك انت تكتب تكتب كمان كلمة تانية وكمان كلمة تانية تمام كمان نتائج تانية يعني ست نتائج انا بقول لكم برضو مرة تانية ما حدش يلعب في المستطيلات دي ويحددها ويكبرها ويصغرها عشان يبقص الدنيا وعشان الحاجات دي تبقى ما هي دي عايز زينها زي استنبا او قوالب جهزة انك انت ما تلعبش فيها اسمها قوالب جهزة عشان انت ما تلعبش فيها وتسيبها زي ما هي وتملى بس الايه الكلام تملى بس الايه اللي داخلها بس مش اكتر الالي تمام اه يا رب يكون الفيديو عليكم وما تنسوش اشتراك في القناة اه لو في اي سؤال سيبه كل التعليقات وهرد عليكم على طول فورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وانسو حمد ابراهيم من قناتكم محمد حمودة للتقنيات ان شاء الله هناخد ازاي تسجل في موقع ايدمودو اه او المنصة الالكترونية طبعا دلوقتي اه اغلب الناس معها رموز الفصل او رمز الفصل الخاص بيك سواء للغة العربية والرياضيات او ايا كان اه بتعمل اول حاجة طبعا بتخدش على الموقع ايدمودو هتدخل رابط اسفل فيديو هتدخل على حساب طالب او انت طالب او حساب معلم اه او حساب ولي امر ايا كان خلينا بس الحساب طالب الاول قبل ما تدخل على ايدمودو لازم تخش على حاجة مهمة جدا حاجة اسمها استعلام عن اكواد الطلاب تمام اه اول حاجة هتكتب الرقم القومي اه الاربعتاشر رقم هتكتبهم كاملين وتكتب تاريخ الميلاد سنة الميلاد والشهر واليوم وبعد كده تختار المحافظة جميع محافظات مطر موجودة وتختار انها ذكر ولا انسة وتقبل تسجيل الدخول هيديك رقم مكوم من تسع ارقام ده اسمه اه الكود الطالب بعد كده بتخدش على ايدمودو ستدوك الرابط ده اسفل فيديو وتضغط على حساب طالب لازم يكون معاك اه حاجتين دلوقت اول حاجة رمز الفصل لو انت كمان معاكش رمز الفصل لما فيش مشكلة انا هقولك هنعمل ايه اه التاني حاجة يكون معاك كود الخاص بيك الاسم الاول هتكتب اسمك الاول اللي هو موجود هنا فوق واسم العائلة هتكتب اسمك التاني او اسم العائلة مش فرقة اه وتكتب اه رمز الصف انا هقولك هنعمل ايه في دلوقت اسم المستخدم بقى اللي هو في الكلام هنكتب ايه ام او اي وبعد كده هنكتب رقم الايه رقم الايه الكود الرقم اللي هو بتاع كود الطالب هتكتبه كنترول هي البريد الالكتروني بيقول لي هو عمل هلي بالليون الاحمر عشان بيقول الاسم المستخدم تم استخدامه من قبل بس انا بوضح لكم بس كده اه كلمة المرور هتكتب اي كلمة المرور انت يعني تبقى قوية شوية ما تبقاش يعني اه رقم تليفون او كده يعني تبقى حاجة ايه اه ما تقلش عن تمن حروق او ارقام والافضل ما تبقاش حاجة سهل ان حد يعرفها اه رمز الصف ده اللي فضل لنا دلوقت عشان نعمل انشاع حسابه طب البريد الالكتروني مكتوب بمكوسين اختياري يعني انت اصلا ممكن ما تفضوهش بس لو عندك ايميل حطه مفيش مشكلة عشان لو لو قدر الله انسيتك كلمة سيرج تقدر تستعدها انها يبعتك رسالة على البريد الالكتروني اه رمز الصف بقى هنكتب فيه هنكتب كود معين فيه وبعد كده هنبقى نمسح الكود ده اقول لكم ازاي الكود هو اربعة اي يو واي واي بي تمام طب انت واحد اقول لي مسلا طب ده مش رمز الفصل بتاعي انا لسه مجاليش رمز الفصل طيب انا هقول لك هتعمل ايه رمز الفصل اللي احنا عاملينه ده ده حاجة مؤقتة وبعد كده احنا هنمسحها ونكتب رمز الفصل من جديد هقول لكم ازاي برضه من جوة ان شاء الله اول حاجة دلوقتي اه بعد ما تكتب رمز الفصل اللي انا وتحط طولك ده وهسابه لكم اسفل فيديو وكتبت كلمة المرور هتعمل حاجة اسمها انشاء حسابك هتضغط هتدخل على طول على ان شاء الله على حسابك مفيش اي مشكلة بيفتح لك صفحة جديدة هنفتح هنعرف بقى ازاي ازاي تضيع الرمز الفصل وازاي تضيف رمز الفصل بعد ما دخلنا وبعد ما دخلنا دلوقتي على حساب ادمودو هنسخل على من فوق هنا زي ما انت شايفين الفصول الدراسية انا ضغط على الفصول الدراسية هتلاقي عندك فيه فصل اللي انت دخلت فيه اللي هو اه اربعة اي 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 او اللي انا كتبه لكم الرمز ده دخلك على الفصل اه معين في المدرسة معينة انت هتعمل هتضغط هتلاقي الصف كذا الصف كذا الصف السادس انجليزي الصف الرابع الصف التال الخامس تمام هتضغط على الثلاث شورة دول وتقول له انسحاب هلأ انت موافق من الانسحاب اقول له نعم بعد كده هيجيلك تطلع فوق شوية هيجيلك علامة الزائد دي زي ما انت شايفانها او ما تضغط على فصل دراسية هجيلك علامة الزائد هتضغط على علامة الزائد دي هيظهر لك يقول لك التحك بفصل دراسي نزلت من علم ده هتضغط على التحك بفصل دراسي اللي هي نزلت من تحت الزائد دي او ما تضغط على الزائد ويجيلك حاجة اسمها الرمز تضغط الرمز اللي موجود اللي هيدهه لك مدرس الفصل اللي هتتوصل معي دي وتبدأ تسأله على اي مشكلة في البحث او الكلام ده وبرضو من المنصة دي هتبدأ ترفع تبدأ ترفع بيها البحث عن طريق هقول لكم فيما بعد هنرفعه لزي ايه بعد كده بعد ما ترفع البحث يبقى انت كده اتمامت العملية ايه تماما وخلصت كل حاجة المعنى ما رفعت البحث يعني خلاص انت راجعت وعملت كل حاجات مطلوبة وبترفع البحث بعد ما عمامت البحث طيب ازاي بقى نعمل البحث sabes اول حاجة احنا كده خلصنا الحمد لله الحاجات دي كلها هنطلع بقى هنا نستعلمع عن الكود وиты ersten كل حاجات دي هسبيها لكم اسفل الفيديو اليستعلمات عن كودaty طالب يليه فاتح حساب في منصة ادمودو ومنصة الالكترونية. بعد كده بقى منخش على ايه? اه المواضيع البحسية. يعني ايه المواضيع البحسية? المواضيع البحس يعني مثلا انا اخترت الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحسي. لو ضغطت عليها ضغطة هيزهر لك الشكل ده. الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحسي. اقرأ المشروعات التالية واختار واحدا منهم للعمل عليه. هنختار واحد منهم. اتنين يمكنك العمل على المشروع منفردا او مع فريق لا يزيد عن ثلاثة من زملائك. يعني اه بك انت يبقى ما يزيدش عن ثلاثة. تمام? يعني انت واتنين اصحابك. ده بالنسبة للصف الرابع الابتدائي. تمام? هنختار واحد السياحة او هنختار الطاقة او هنختار الصحة او الميا. اي واحدة من الاربعة دول هو البحس بتاعنا. طب نختار على اي اساس. يعني لو انت المنهج الخاص بيك في اه انت شايف ان كنت ممكن تكتب اه كلمات كتير وموضوع يعني ممتاز عن السياحة عشان في المواد الموجودة عندك سواء علوم او او دراسات او او اللغة العربية او اي مادة تانية بتتكلم عن السياحة بطريقة اه مستفيدة يعني او بالطريقة يعني مشروحة بدرجة كبيرة. ما تقدر طبعا تختار ايه? الموضوع بالنسبة للمواد اللي عندك. كل ما كانت الموضوع يعني قريب اوي للمواد بتاعك طبعا يكون افضل واحسن طبعا. بعد كده هنعمل ايه? احنا دلوقتي حددنا مثلا هنتكلم مثلا في الطاقة. هيقول لك دلوقتي في ضغ دراسة كن بعداد مشروع بحسي يتضامن ما يليه. البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا. جمع معلومات عن قراءة عدات كهرباء منزلي او ايصال. في ثلاث اشهر متتالية ومثله بيانيا بالعمدة. اه رابح حاجة حدد الشهر الاكثر استهلاكا على اقل استهلاكا موضحا من وجهة نظرك اسباب ذلك. واكتب اسم كل شهر باللغة العربية وباحد اللغة الاجنبية. تمام. هنختار البحث ده ازاي وهلي هنعمله ازاي من القوالب الجهزة اللي وزارة التربية والتعليم عاملة هنالنا. هنضغط على الصفحة دي اللي احنا اول واحدة احنا جدناها. هندخل على القوالب البحثية المراحل التعليمية الاساسية. هنضغط عليها ضغطة. هيزغلنا الشكل ده. دي جميع المراحل التعليمية من الصف التالت اعدادي لغاية صف الثلاث اعدادي. من تالت ابتدائي لتالت اعدادي. هنختار الصف الرابع الابتدائي ونحمل القوالب. يعني ايه القوالب? يعني تحميل القالب الاول اللي هو اللي هو البحث الاول اللي هو سياح اللي هو القالب الاول. القالب التاني اللي هو الطاقة اللي انت شايفينه ده. تحميل القالب التاني ده الطاقة. طب القالب الثاني لو انت عايز تشوفه بس قبل ما تحمله. طيب. اه القالب التالت الصحة. تقول لك تحميل القالب التالت. طيب اه القالب الرابع الماء. تحميل القالب الرابع. زي ما انت شافين صف رابع اللي ابتدأي تحته وتحميل القالب الرابع. هتختاره هتحمله عادي عندك على الجهاز سواء كمبيوتر او لكتوب او موبايل اي ان كان. وتبدأ تستخدمه. اه البحث نفسه بيتعمل ببرنامج وورد. بس اللي احنا هنعمله. بالنامج وورد اللي احنا هنعمله. اه مايكروسوفت اوفيس الفين وسبعة او اكتر. تمام. بعد كده هنفتح البحث. ده البحث بعد ما نزلته. اللي هو بحث الطاقة للصف الرابع الابتدائي. هندخل على البحث. هنعرف باقي ايه ده? ايه اللي موجود ده? اول حاجة الصف الرابع الابتدائي المشروع الثاني الطاقة. عنوان الموضوع هتختار عنوان جزاب للموضوع. بمعنى هنعمل هنا ونكتب مسلا اه هنمية الطاقة. اه في حياتنا. مسلا الرقم التعريفي اللي هو الكود الطالب. هتعمل كده هنا وتضغط انتر وتكتب الرقم الكودي بتاعك اللي هو كود الطالب اللي احنا استعلمنا عنه. المقدمة هتعمل المقدمة ما تزدش عن خمسين كلمة او ما تقلش عن اربعين كلمة. يعني من اربعين لخمسين كلمة المقدمة. هتعمل انتر وتبدأ تكتب مقدمة. وتنسقها. وتقول له مسلا اه المقدمة دي مش من تعليفك انت هتجيبها من كتاب المدرسة او من المناصر اه الالكترونية او المكتب الرقمية. عناصر الموضوع هتكتب موضوع بيتكلم من ربعمائة لخمسمائة كلمة عن الطاقة. طبعا من خلال الكتاب المدرسي وكتاب سلاح التنميز او كتاب المعاصر. اه هو بمديك كزا يعني كزا مكان اربعين كلمة دي. اه تعريبا تلت صفح هوا بمديك ادي صفحة اولانية زي ما انتم شايفين. صفحة تانية فيها صورة وصورة. صورة هترفقها وصورة تانية هترفقها بتتكلم عن الطاقة. ممكن يجيبها من جوجل عادي. الصفحة التانية هتكتب فيها برضو عن الموضوع. ده ارتبع الموضوع. الصفحة التانية. صفحة التالتة عن الموضوع برضو. النتائج هتقل له احنا تعلمنا او عرفنا ايه من اه معلومات في عن الايه عن الطاقة. عرفنا اهمية الطاقة. عرفنا اه انواع الطاقة. اه الكلام ده. المصادر اللي انت استمديت منها البحث الخاص به. بنك المعرفة المصري. اه كتاب اللغة العربية المدرسي. كتاب الرياضيات المدرسي. كتاب اللغة الإنجليزية المدرسي. آآ اي حاجة انت استفدت كتاب العلوم المدرسي الكتاب المدرسات الاجتماعية المدرسة وهكذا ايا كان الايه كتاب اللي انت استعملت بيه اما مكتبة الرقامية او ايا كان. طيب عايزين نكتب بقى البحث. سنعمل What? المقدمة. هنختار مثلا المقدمة. هنبحث دلوقتي عن نت كأنك انت لست بتعمل مشروع جديد اهو بسم الله هندخل عن المكتب الرقمية وهنكتب مثلا الطاقة قبل ما نكتب البحث بنشوف حاجة مهمة اول نسيت اقول لكم عليها الكلام اللي هو كاتبهه لك في البحث انك انت ازاي تبحث مكتوب لك البترول والغاز بس البلون عريض شوية او بولد شوية عريض او اه يعني اصمر تقيد زي من انت شايفين البترول والغاز ده اللي هنبحث عنه في اي علامة البترول والغاز هنكتب البترول والغاز ونقول له انتر تمام بعد كده بعمل حاجة اسمها فلتر يعني اه كلمات الدلالية دلوقتي انا بختار كلمات الدلالية هامل اكس هنا اه انا عندي عايز اه انا في الصف الرابع الابتدائي بتكلم في الرابع الابتدائي هقول له عرض المزيد من الكلمات الدلة دي اللي هتعمل لي انا بكلم في سنة ابتدائي جالي الابتدائي فصل دراسي التاني فصل دراسي التاني هامل سنة رابعة صف الرابع صف الرابع الابتدائي اهو تمام بيقول لي التعديل والصناعة والتجارة لأ الجهازات مفيدة في الانسان لأ ده البترول والغازة خلينا التعديل والصناعة والتجارة اماكن استقراج ومصادر الطاقة ونقول له ابدأ يبدأ يحمل يبدأ يشرح لنا دلوقتي ونسمع الشرح نعمل التالي نعمل التالي ديب خلينا نشوف حاجة تانية هنشلم الفلاتر ابتدائي صف الرابع نخلينا في ايه اهمية البترول في الوطن العربي نضغط عليها ده من الطاقة حاجة في الطاقة نقول له ايد ده يعني مش شرطي بها هي نفس الايه الصناعة اللي انت فيها هنكتفي المقدمة اللي احنا سمعنا ده هنكتب الدرس الثاني هنضغط ضغطة الثاني هنغط نكتب زي ما انتم شايفين دلوقتي كده نسل خليق اسمر عشان يبقى واضح ليكم نكبر نكبر الفرنط البترول لها همية كبيرة في النقطة المصانع واسعة للنقطة مختلفة واشتاكم منه منتجات كثيرة تدخل فيه يفتح يعني انشغل تمام دي مقدمة عايزين نرى في المقدمة دي كم كلمة احنا كتبناها من الشرح اللي هو مكتوب ده في حاجة اسمها عدات كلمات هقول لكم عليه هسيب لكم رابطه اسفل الفيديو اعمل كليك كمين لصق اقول له عد الكلمات جالي تمانية وعشرين ده قليل هنعايزين من اربعين لخمسين تمام هنعايزين من كام من اربعين لخمسين هنشوف تاني فيديو تاني يشرح حاجات تانية نعمل باك الموضوع سهل ان شاء الله ما فيش اي مشاكل فيه خلينا مسلا في البترول هنا كده اهميته وانتاجه والكلام ده نقول له عده نسمع الشرح ونسيقه باسلوبنا ونكتب مسلا المصادر دلوقتي اللي احنا عملناها ده بنك المعرفة عن مصري وانت بتسمع ممكن تكتب على طول بيقول لي اضغط على الشكل اللي قدامك هقول له موافق هقول له مسلا لانتاج العلم اللي بتفعلي هنغرب ضغطة بقبتاني بقبتاني بتوهم بقبتاني ابتاني بقبتاني بقبتاني بقبتارون بقبتاني زي ما انتم شايفين كتبنا شوية معلومات كويسة هنقول له ونعمل عداد الكلمات على عداد الكلمات عشان يشيل القديم ونقول له لصق ونقول له عد الكلمات هنشوفها كام اتنين وخمسين ما فيش مشكلة هنممكن نهزف اتنين ولا حاجة مش قضية يعني هي كده في المزبوط ادي اول حاجة من اربعين لخمسين كلمة دي المقدمة تمام بعد كده بنطلع على عناصر الموضوع يعني عناصر الموضوع يعني الموضوع اللي انا هكتب فيه اول حاجة طبعا يعني هعرف قبل ما اعمل اي حاجة لازم بعمل على طول على ايه اللي انتم شايفينه ده اللي هو الصفحة اللي فيها الطاقة اول حاجة هنتكلم على البترول للغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة تاني حاجة استخدام البترول للغاز الطبيعي في حياتنا ده الموضوع تمام يعني هكتب اول حاجة البترول الغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة هوضع البترول للغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة وبعد كده هكتب في الموضوع بعضه استخدامات البترول للغاز الطبيعي في حياتنا اه تارت حاجة جمع معلومات عن قرية عداد كهرباء منزلي يعني اه قرية عداد كهرباء سواء انت صورته وهترفع الصورة على الكمبيوتر وبعد كده اتفكتها او اه تجمع او تكارن انت المعلومات بتاع اخر ثلاث ايصالات بتاع ثلاث اشهر متتالية الزي ايصال في ثلاث اشهر متتالية وبعد كده من المثير بينيان بالعمدة اه اه واحد دشارة الاقصى استهلاكا من الاقل استهلاكا طيب انا دلوقتي هعمل كم كلمة لازم نشوف احنا هنعمل كم كلمة الموضوع هندزل تحت كده قد لك الموضوع من 400 لل500 كلمة الملخص virو المقدمة من 40 لل50 كلمة دا احنا عملنا خلاص لما احنا عملنا 52 كلمة الموضوع 400 500 كلمة والانجليزية 1530 كلمة طبي ايه الانجليزية دي الانجليزية لو انت اخدت بالك بيقول لك في الطاقة حدد الشهر الاكثر استهلاك انا على اقال استهلاك كان موضحا من وجهة نظرك اسباب ذلك وكتب اسم كل شهر باللغة العربية او باحد اللغة الاجنبية اللي هي اللغة الانجليزية او ايا كان اللغة اللي انت بتدرسها غالبا الانجليزية يعني بعد كده عشان كده هي دي اللغة الاجنبية اللي انت هتسخدمها ما تزيدش عن متقلش عن 15 وما تزيدش عن 30 كلمة في اللغة الاجنبية وبرضو بعد كده بعمل انا عايز اعمل موضوع من 400 و 500 كلمة يعني تقريبا هعمل في الطاقة في البترول هعمل تقريبا اديمية واستخدام البترول للغاز الطبيعي اديمية وجمع معلومات عن قراءة اتعداد كهربائي دي ما اعتقلش انها تجيب 100 كلمة يعني ممكن نخلي دي مثلا مية وخمسين ودي مية وخمسين يتفضل كان يبقى 300 كلمة وبعد كده تخلي دي مثلا نقول خمسين كلمة يبقى 350 ودي مثلا نقول سبعين ولا تمانين يبقى ايه ربعمية وتلاتين ولا حاجة يبقى تقدر ايه ايه يبقى انت عملت بحس والتزمت برضو بالايه بالموضوع الموضوع ما يقلش عن 400 كلمة وما يزيدش عن 500 كلمة ولازم نلتزم بالكلام ده يعني بطريقة مهمة جدا يعني عشان بيدقوا فيه جدا ودي من المشروع ان شاء الله يبقى يبقى مقبولمكن ان يكون لاكWouse مقطوفة الكلمة وال pieds أمام إنتياز دعيف لا تتزمت لو distribution وكنت لانه كلا Untyaz او غير مقبولة إنتين انت لتزيمة بالحاجات اللي هو بقولها مقابولة مالتزمتش غير مقبول يعني يا بياض يسفد زي ما بنقول بعد كده اه هنكتب عن البترول غاز طبيعيك احد مصادر الطاقة. دلوقتي هنفتح وورد تاني. نشوف بقى المنظر اللي احنا نكتب منه. يعني نفتح كتاب المدرسة. ونشوف في الدراسات مسلا. نشوف في اللغة العربية. اه نشوف اه لو في درس في اللغة العربية بين عن البترول او الطاقة او المصابح الكهربية او اي ان كان. اه الكلام ده تبدأ تستمد منه. وتبدأ تكتب. ما استعمل ما تكتبش من نص يعني ايه? يعني خلي فيه تشكيلة يعني. يعني اه جملة من هنا على جملة من هنا. يبقاش كل التركيز على انت بتنقل وخلاص ومش عايز منك كده لا. وعايز انك انت يبقى تنوع المصادر عشان تقدر تكتب. نسينا نكتب في المصادر هنا. معلش هنكتب ايه? هنكتب المصادر اللي احنا اول حاجة احنا عملناها. المنظر الاساسي اللي هو اللي احنا عملنا منه دلوقتي المكتبة الرقمية. بن خسين بنك المعرفة المصري. خليهم لون الاسمر. يعني على طول اه بدري بدري كده يعني ايه? تبدأ على طول تكتب ايه? المصادر الخاصة اللي انت استعنت لها عشان ما تنساش. عايزين بقى نكتب الموضوع يعني. عايزين نقول بسم الله ونكتب الموضوع. هنكتب الموضوع اول حاجة هنعرف بالاب البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. يعني هو بقول لك البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. يبقى هنشوف الدرس هنبحث في الدرس. في عندنا مواصلات الفراشة برضو. اللي انت شايفين ها دي هنكتب مسلا فيها البترول. البترول والغاز الطبيعي. ونعمل اهو النفط والغاز. النفط الخام سائل اسود يكون عميقا في بطر الارض. انه يكون سامين. يعني ممكن نغضو كده نسخ. ونعملوا لصق هنا كليل كيمين ولصق. النفط الخام. النفط الخام سائل اسود يكون عميقا في بطر الارض. دي هو اتبر ايه? يعني شوية كلمات برضو هتفيدنا. ندخل تاني على المصاطر الفراشة. مش هجي موري متجددة. النفط بدون النفص استقف الحالة العصرية. النفط للغوية صناعة الوقود برضو نكتبه. دولي نسخ برضو. نكتب هنا جزء برضو. ده تعريف للايه? هنكتب هنا من المصادر هنكتب مصاطر الفراشة. المصادر اللي احنا استخدناها. مسلا انت شايف دلوقتي انك انت ما فيش حاجة انك تضفها تاني الا تلات حاجات. لا انت ممكن تصور الخط. خليه مسلا عشرة او كده شوف الخط الصغر خالص. ساقين شايفين? الخط صغير تقدر تكتب كزا يعني ممكن تلاتة اربعة. يعني مسلا هنا. تلاتة اربعة. سوري. تلاتة هنكتب اي حاجة اربعة ونكتب اي حاجة. خمسة تكتب اي حاجة ستة سبعة. تمام? يعني تقدر تكتب كزا حاجة ما تقولش لا ده الخط كبير كده مش هينفع. انا هكتب فين? لا. انت لا تعدل على اي حاجة من دي. انت ممكن تعدل عليها. لا ما تعدلش. سيب كل المربعات زي ما هي. يعني انت سيب كل المربعات دي يعني ما تكبرش المربع ده او تصغر ده. لا. خليك منتزم باللي هو وحزة طولك. بس حاول انت اقلل او صغر القطور. ما فيش اي مشاكل. وافضل خط تقريبا هو اتناشر. لو ضغطنا اتناشر مسلا او اربعتاشر. على حسن ما انت مرتاح. انت قبل الخط حاليا دلوقتي خليها اربعتاشر. عشان يبقى حتى واضح ليك. اه لو انت نسختها لحاجة ولقيت اللون مش واضح. هتقوم عامل اعلامة الاي دي. بحيس ان هو يبقى باللون الاسود. بعد كده احنا اخترنا دلوقتي عملنا مقد. اه ده كل ده عن الموضوع. يعني انا بتكلم في الموضوع دلوقتي. تمام? بعد كده دي موساط الفراشة. هشوف مثلا البترول اهمية البترول اضغط على ضغطة. موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة تمام? اللي انا قرأناه او اللي احنا اسمعناه اه بداية تكتبه واللي انت تفهمه من الموضوع بتكتبه بكل سهولة وبحيس انك انت اه تشوف الايه الكلام انت ما تكتبهش حرفيا انت هتحاول تفهم وتكتب اللي انت تقدر تعبر به اه دلوقتي كتبنا انا مثلا اه شوية قويسين انا عايزين نعرف عددهم ايه كل ده عشان من البترول والغاز الطبيعي انا بقول لك انا عايز تعريبة انا عايز مية تعريبة انا عايز مية تعريبة انا دلوقتي اشوفها عدد دقل الحروف قول له عدد تنشيط قول له كليك يمين ولصق قول له قد الكلمات تسعة وسبعين كلمة طبعا دي هاي كويسة تسعة وسبعين كلمة انكملناش وقت الحمد بالله بعد كده بعد كده ده بالنسبة للموضوع هنشوف بقى مصادر تانية نشوف الكتاب المدرسي اه حاجة بتتكلم عن الطاقة اه بتتكلم عن مصادر الطاقة البترول اوغاز الطبيعي اه بعد كده تختار استخدام البترول اوغاز الطبيعي في حياتنا تمام انت ممكن تكتب في هنا في المكتب الرقمية نرجع بك البترول والغاز في حياتنا نقول له انت كهرباء تعمية البترول تقطع بكهرباء في حياتنا اهي موجودة اهي نبغى الضغطة بقول له ابدأ شرح برضو فيديو لا دا مش هينفع الشغل هو الطاقة لا دا حاجة الفيزية تقريبا توزيحه كل بطرول في وطن العربي شو بتتكلم نستفيد منها معلومة ولا لا نبدأ نحطط بحسنا انت بتنتقي المعلومات وتبدأ نقول له يبدأ نختار البلد مثلا مصر خلينا في المملكة الرابعة ستودينا وخليها شوف كتبنا اللي هو هو قال عليه بعد كده بنشوف نعمل اكس نختار بلد تاني مصر مسلا غصة شكير العلمين وبلاعين تمام دلوقتي برضو مش عايزين ننسى هم نتكلم عن استخدام البترول وغاز الطبيعي في حياتنا طبعا هكتب بقى دي سهلة يعني نكتب استخدام المواصلات الفراشة تبام البترول ولغاز طبيعي هكتب لغازة طبيعي في حياتنا هنكتب لغاز نشوف لغاز بس كده نشوف لغاز نشوف لغاز ممكن تبقى في حاجات تمام الحمد لله فتح فتحت شوية معلوماتها ايه طبعا مازا حسنا بسرعة دي تعريفات نشوف تاني استخدام بتورز طبيعي في حياتنا هنكتب يعني مش محتاجة يعني هنكتب ويستخدم في وقود السيارات والحافلات والحافلات وكذلك وكذلك استخدم الغاز الطبيعي في مواطدنا في المنازل وكذلك 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 وتستمد المصانع من المطاقة وكذلك 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 المطاقة 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 كذلك المطاقة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 انواع مصادر الطاقة انت عرفتها معرفة انواع مصادر الطاقة معرفة انواع مصادر الطاقة تشوف مثلا البحث كان كاتبين ايه اه جمع المعلومات عن قاعدة عداد تقطع عشان ما نصيره بعينين بالعمدة. عرفنا مسلا الايه? الاستهلاك. اليومي والشهري. اه للطاقة. للطاقة بالننزلي. تمام? يعني تقريبا دي النتائج للمشروع اللي انت عملته. طبعا لو عايز تعمل نتائج تانية وما فيش مكان طبعا زي ما احنا قلنا هتحددهم وتقللوا كده. او تكتب على كل تضغط هنا وتضغط حداشر او عشرة. وكده يبقى انت عندك مساحة تانية انك انت تكتب. تكتب كمان كلمة تانية. وكمان كلمة تانية. تمام? تمام نتائج تانية يعني ست نتائج. انا بقول لكم برضو مرة تانية ما حدش يلعب في الايه? في المستطيلات دي ويحددها ويكبرها ويصغرها عشان ما يبقص الدنيا. وعشان الحاجات دي تبقى هي دي عايز زينها زي استنبا. او قوالب جهزة انك انت ما تلعبش فيها يا اسمها قوالب جهزة عشان انت ما تلعبش فيها وتسيبها زي ما هي. وتملى بس الايه? الكلية. تملى بس الايه اللي داخلها بس. مش اكتر العالم. تمام? اه يا رب يخون الفيديو عجبكم. وما تنسوش اشتراك في القناة. اه لو في اي سؤال سيبه فيه التعليقات وهرد عليكم على طول فورا. اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد ابراهيم من قناتكم محمد حمودة للتقنيات. ان شاء الله ان هرده هناخد ازاي اه تسجل في موقع ادمودو اه او المنصة الالكترونية. طبعا دلوقتي اه اغلب الناس معها رموز الفصل او رمز الفصل الخاص بيك. اه سواء للغة العربية او الرياضيات او ايا كان. اه بتعمل اول حاجة طبعا بتخدش على الموقع ادمودو. هتدخل لكم رابط اسفل الفيديو. هتدخل على حساب طالب او انت طالب او حساب معلم. اه او حساب ولي امر ايا كان. خلينا بس الحساب طالب الاول. قبل ما تدخل على ادمودو لازم تخش على حاجة مهمة جدا. حاجة اسمها استعلام عن اكواد الطلاب. تمام? اه اول حاجة هتكتب الرقم القومي اه الاربعتاشر رقم هتكتبهم كاملين. وتكتب تاريخ الميلاد سنة الميلاد والشهر واليوم. وبعد كده تختار المحافظة دماء محافظات مصر موجودة وتختار النوع ذكر ولا انسة وتقوم بتسجيل الدخول. هيديك رقم مكوم من تسع ارقام. ده اسمه اه الكود الطالب. بعد كده بتخدش على ادمودو. ستدوكم الرابط ده اسفل الفيديو. وتطغط على حساب طالب. لازم يكون معاك اه حاجتين دلوقت. اول حاجة رمز الفصل اللي انت هتاخده. ولو انت كمان معاكش رمز الفصل ما فيش مشكلة. انا هقول لك هنعمل ايه? اه تاني حاجة يكون معاك كود الخاص بي. الاسم الاول هتكتب اسمك الاول. اللي هو موجود هنا فوق. واسم العائلة هتكتب اسمك التاني او اسم العائلة. مش فرقة. اه وتكتب اه رمز الصف. انا هقول لك هنعمل ايه في دلوقت. اسم المستخدم بقى اللي هو فيه الكلام. هنكتب اه ام او اي. وبعد كده هنكتب رقم الايه. رقم الايه الكود. الرقم اللي هو بتاع كود الطالب هتكتبه. البريد الالكتروني. بيقول لي اه هو عام الهلي بالليون الاحمر عشان بيقول الاسم المستخدم تم استخدامه من قبل. بس انا بوضح لكم بس كده. اه كلمة المرور هتكتب اي كلمة المرور انت يعني تبقى قوية شوية ما تبقاش يعني اه رقم تليفون او كده يعني تبقى حاجة ايه. اه ما تقلش عن تمن حروق او ارقام. والافضل ما تبقاش حاجة سهلة من حد اه يعرفها. اه رمز الصف ده اللي فضل لنا دلوقت عشان نعمل انشاء حسابه. طب البريد الالكتروني مكتوب بمكوسين اختياري يعني انت اصلا ممكن ما تفضوهش. بس لو عندك ايميل حطه مفيش مشكلة عشان لو لو قدر الله ان نسيتك كلمة سيرت اقدر تستعدها انطري انه هي بعتك رسالة على البريد الالكتروني. اه رمز الصف بقى هنكتبش ايه? هقول لكم نكتبش ايه? هنكتب كود معين فيه. وبعد كده هنبقى نمسح الكود ده. هقول لكم ازاي? الكود هو اربع اي يو واي واي بي. تمام طب انت واحدة يقول لي مسلا طب ده مش رمز الفصل بتاعي. انا لسه ما جاليش رمز الفصل. طيب انا هقول لك هتعمل ايه? رمز الفصل اللي اه اللي احنا عاملينه ده ده حاجة مؤقتة وبعد كده احنا هنمسحها ونكتب رمز الفصل من جديد. هقول لكم ازاي برضه من جوا ان شاء الله. اول حاجة دلوقتي اه بعد ما تكتب رمز الفصل اللي انا بتحط طولك ده وهسيبه لكم اسفل الفيديو وكتبت كلمة المرور هتعمل حاجة اسمها انشاء حسابك هتضغط هتدخل على طول على اه ان شاء الله على حسابك ما فيش اي مشكلة بيفتح لك صفحة جديدة. هنفتح هنعرف بقى ازاي ازاي تضيع الرمز الفصل وازاي تضيف رمز الفصل. بعد ما دخلنا وبعد ما دخلنا دلوقتي على الحساب هنسخل على من فوق هنا زي ما انت شايفين الفصول دراسية انا ضغط على الفصول الدراسية هتلاقي عندك في فصل انت دخلت فيه اللي هو اه اربعة اي 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 او اللي انا كتبه لكم الرمز ده دخلك على الفصل اه اه معين في مدرسة معينة انت هتعمل هتضغط هتلاقي الصف كزا الصف كزا الصف السادس اه انجليزي الصف الرابع الصف الخامس تمام هتضغط على الثلاث شورة دول وتقول له انسحاب هقولك هلأ انت موافق من انسحاب تقول له نعم بعد كده هيجي لك اه تطلع فوق شوية هيجي لك علامة الزائد دي زي ما انت شايفينها او ما تضغط قesti دراسية فوق هيجي لك علامة الزائد هتضغط على علامة الزائد دي هيظهر لك يقولك التحق بفصل دراسية نزلت من على مدهر تمام هتضغط على التحق بفصل دراسي اللي هي نزلت من تحت الزائد دي او ما تضغط على الزائد Вот espectacular هيجي لك حاجة اسمها الرمز تضغط الرمز الموجود اللي اللي يدهو لك مدرس الفصل اللي هتتوصل معي لدي وتبدأ تسأله على اي مشكلة في البحث او الكلام ده وبرضه من المنصة دي هتبدأ ترفع تبدأ ترفع بيها البحث عن طريق هقول لكم فيما بعد هنرفعه لزاي بعد كده بعد ما ترفع البحث يبقى انت كده اتمامت العملية اه تماما وخلصت كل حاجة معنى كده رفعت البحث يعني خلاص انت رجعت وعملت كل حاجة مطلوبة وبترفع البحث بعد ما عملت البحث طيب ازاي بقى نعمل البحث بقى اول حاجة احنا كده خلصنا الحمد لله الحاجات دي كلها نطلع بقى عارفنا الاستعلمة عن كود والتلم ده كل الحاجات دي هسيبها لكم اسفل الفيديو الاستعلمة عن كود والطالب يليه فاتح حساب في منصة اه ادمودو ومنصة الالكترونية بعد كده بقى مخش على ايه اه المواضيع البحثية يعني ايه المواضيع البحثية المواضيع البحثية يعني مثلا انا اخترت الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحثي لو ضغطت عليها ضغطة هيظهر لك الشكل ده. الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحسي اقرأ المشروعات التالية واختار واحدا منهم للعمل عليه. هنختار واحد منهم. اتنين يمكنك العمل على المشروع منفردا او مع فريق لا يزيد عن ثلاثة من زملائك. يعني بك انت يبقى ما يزيدش عن ثلاثة. تمام? يعني انت واتنين عصحابك. ده بالنسبة للصف الرابع الابتدائي. تمام? هنختار واحد السياحة او هنختار الطاقة او هنختار الصحة او المية. اي واحدة من الاربعة دول هو البحث التالي. طب نختار على اي اساس? يعني لو انت المنهج الخاص بك في اه انت شايف انك انت ممكن تكتب اه كلمات كتير وموضوع يعني ممتاز عن السياحة عشان فيه المواد الموجودة عندك سواء علوم او او دراسات او او اللغة العربية او اي مادة تانية بتتكلم عن السياحة بطريقة اه مستفيدة يعني او بطريقة يعني مشروحة بدرجة كبيرة. فتقدر طبعا تختار ايه? الموضوع بالنسبة لل المواد اللي عندك. كل مكانة الموضوع يعني قريب اوي للمواد بتاعك طبعا يكون افضل واحسن طبعا. بعد كده هنعمل ايه? احنا دلوقتي حددنا مثلا هنتكلم مثلا في الطاقة. هيقول لك دلوقتي في ضغ دراسة كن بعداد مشروع بحسي يتضامن ما يليه. البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا. جمع معلومات عن قراءة عدات كهرباء منزلي او ايصال في تلت اشهر متتالية او امثله بيانيا بالعمدة. اه رابح حاجة حدد الشهر الاقصر استهلاكا او الاقل استهلاكا مواضحا من وجهة نظرك اسباب ذلك. وكتب اسم كل شهر باللغة العربية وباحد اللغات الاجنبية. تمام. هنختار البحث ده ازاي واللي هنعمله ازاي من القوالب الجهزة اللي وزارة التربية والتعليم عاملة هنضغط على الصفحة دي اللي احنا اول واحدة احنا جدناها. هندخل على القوالب البحثية المراحل التعليمية الاسسية. هنضغط عليها ضغطة. هيزغلنا الشكل ده. دي جميع المراحل التعليمية من الصف الثالث اعدادي لغاية الصف الثلث اعدادي. من ثلث ابتدائي لثلث اعدادي. هنختار الصف الرابع الابتدائي ونحمل القوالب. يعني ايه القوالب? يعني تحميل القالب الاول اللي هو اللي هو اللي هو البحث الاول اللي هو السياح اللي هو القالب الاول. القالب التاني اللي هو الطاقة اللي انت شايفينه ده. تحميل القالب التاني ده الطاقة. طب القالب الثاني لو انت عايز تشوفه بس قبل ما تحمله. طيب اه القالب التالت الصحة. تقول لك تحميل القالب التالت. طيب اه القالب الرابع الماء. تحميل القالب الرابع. زي ما انت شافين. صف رابع اللي ابتدأي تحته. تحميل القالب الرابع. هتختاره. هتحمله عادي عندك على الجهاز سواء كمبيوتر او لكتوب او موبايل اي ان كان. وتبدأ تستخدمه. اه البحث نفسه بيتعمل ببرنامج وورد. بس البلنامج وورد اللي احنا هنعمله. بننامج وورد اللي احنا هنعمله. اه مايكروسوفت اوفيس الفين وسبعة او اكتر. تمام? بعد كده هنفتح البحث. ده البحث بعد ما نزلته. اللي هو بحث الطاقة للصف الرابع الابتدائي. هندخل على البحث. هنعرف بقى ايه ده? ايه اللي موجود ده? اول حاجة للصف الرابع الابتدائي المشروع الثاني الطاقة. عنوان الموضوع هتختار عنوان جزاب للموضوع. بمعنى هنعمل هنا ونكتب مسلا اه اهمية الطاقة اه في حياتنا. مسلا الرقم التعريفي اللي هو الكود الطالب. هتعمل كده هنا وتضغط انتر وتكتب الرقم الكودي بتاعك اللي هو كود الطالب اللي احنا استعلمنا عنه. المقدمة هتعمل مقدمة ما تزدش عن خمسين كلمة او ما تقلش عن اربعين كلمة. يعني من اربعين لخمسين كلمة المقدمة. هتعمل انتر وتبدأ تكتب مقدمة. وتنسقها. وتقول له مسلا اه المقدمة دي مش من تعليفك انت هتجيبها من كتاب المدرسة او من المناصة الايه الالكترونية او المكتب الرقمية. عناصر الموضوع هتكتب موضوع بيتكلم من ربعمائة لخمسمائة كلمة عن الطاقة. طبعا من خلال الكتاب المدرسي والكتاب سلاح التلميز او كتاب المعاصر. اه هو بمديك كزا يعني كزا مكان. يعني ربعمائة كلمة دي هي تعريبا طلب صفح هم بديك ادي صفحة اولانية زي ما انت شايفين. صفحة تانية فيها صورة وصورة. صورة هترفقها وصورة تانية هترفقها بتتكلم عن الطاقة. ممكن يجيبها من جوجل عادي. الصفحة التانية هتكتب فيها برضو عن الموضوع. ده ارتبع الموضوع الصفحة التانية. صفحة التالتة عن الموضوع برضو. النتائج هتقل له احنا اتعلمنا او عرفنا ايه من اه معلومات في عن الايه عن الطاقة. عرفنا اهمية الطاقة. عرفنا اه انواع الطاقة. اه الكلام ده. المصادر اللي انت استمديت منها البحث الخاص به. بنك المعرفة المصري. اه كتاب اللغة العربية المدرسي. كتاب الرياضيات المدرسي. كتاب لغة الانجليزية المدرسي. اه اي حاجة انت استفدت كتاب العلوم المدرسي. كتاب المدرسات الاجتماعية المدرسي. وهكذا ايا كان الايه كتاب اللي انت استعنت به. او اه المكتبة الرقمية او ايا كان. طيب عايزين نكتب بقى البحث. هنعمل ايه? المقدمة. هنختار مسلا المقدمة. هنبحث دلوقتي عن نت. كأنك انت لست بتعمل مشروع جديد اهو. بسم الله. هندخل عن المكتبة الرقمية. وهنكتب مثلا الطاقة. قبل ما نكتب البحث بنشوف حاجة مهمة او انسيت اقول لكم عليها. الكلام اللي هو كاتبهه لك في البحث انك انت ازاي تبحث وتتم مكتوب لك البترول والغاز بس لون عريض شوية او شوية عريض. او علامة سيرش. البترول والغاز. هنكتب البترول والغاز. ونقول له انتر. تمام? بعد كده بعمل حاجة اسمها فلتر. يعني ايه? اه كلمات الدلالية. دلوقتي انا بختار كلمات الدلالية هعمل اكس هنا. اه انا عندي عايز اه انا في الصف الرابع اللي ابتدائي. بك كان في الرابع اللي ابتدائي هقول له عرض المزيد من الكلمات الدلالة. دي اللي هتعمل لي فلتر. انا بكلم في سنة ابتدائي. جالي الابتدائي. فصل دراسي التاني. فصل دراسي التاني. هعمل سنة رابعة صف الرابع. صف الرابع الابتدائي اهو. تمام. بيقول لي التعديل والصناعة والتجارة? لا. الجهازات مفيدة في الانسان? لا. ده البترول والغاز. خلينا التعديل والصناعة والتجارة. اماكن استفراج ومصادر الطاقة. ونقول له ابدأ. يبدأ يحمل. يبدأ يشرح لنا دلوقتي ونسمع الشرح. نعمل التالي. نعمل التالي. دي. خلينا نشوف حاجة تانية. هنشلم الفلاتر ابتدائي. صف الرابع. نخلينا في ايه? اهمية البترول في الوطن العربي. نضغط عليها. ده من الطاقة. حاجة في الطاقة. هنقول له ايه ده. يعني مش شرطي بها هي نفس الايه الصناعة اللي انت فيها. هنكتفي المقدمة اللي احنا سمعنا ده. هنكتب الدرس الثاني. هنضغط دغطة. عوام وسود وهنب هنب نكتب زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. بس خليق اسمر عشان يبقى واضح ليكم. نكبر. نكبر الفرنط. البترول لها همية كبيرة في النقطة المصانع واسعة للنقطة مختلفة واشتاكم منهم منتجات كثيرة تدخل فيه. يفتح يعني انشغل نكبر الفرنط. نكبر الفرنط. نكبر الفرنط. تمام دي مقدمة. عايزين نعرف المقدمة دي كم كلمة احنا كتبناها من الشرح اللي هو مكتوب ده. اي حاجة اسمها عدات كلمات هقول لكم عليه. هسيب لكم رابطه اسفل الفيديو. اعمل كليك مين لصق. اقول له عد الكلمات. جاء لي تمانية وعشرين. ده قليل. انا عايزين من اربعين لخمسين. تمام? احنا عايزين من كام? من اربعين لخمسين. هنشوف تاني. فيديو تاني يشرح حاجات تانية. نعمل باك. الموضوع سهل ان شاء الله. ما حيش اي مشاكل فيه. خلينا مسلا في البطرول هنا كده. اهميته وانتاجه والكلام ده. نقول له عده. نسمع الشرح ونسيقه باسلوبنا. ونكتب مسلا المصادر دلوقتي اللي احنا عملناها ده بنك المعرفة عن مصري. وانت بتسمع ممكن تكتب على طول. اضغط على الشكل اللي قدامك. اقول له موافق. اقول له مسلا لانتاج العلم اللي المتغول. هنضغط ضغطة. اضغط تاني. اضغط تاني. اضغط تاني. اضغط تاني. لاamento modo. وانستعorable. اضغط تاني. اضغط تنظر0000 نحنين congress. وتوك مت لوقع وتغير الخ lingering. ا fallen من الع dyedenario. 所以 مع م وضوع Burm. زي ما انتم شايفين كتبنا شوية معلومات كويسة هنقول له ونعمل عدد الكلمات على عدد الكلمات اه نعمل عشان يشيل الاديل ونقول له لصق ونقول له عدد الكلمات هنشوفها كام اثنين وخمسين ما فيش مشكلة هنممكن نهزف اثنين او حاجة مش قدير يعني هي كده في المزبوط ادي اول حاجة من اربعين لخمسين كلمة دي المقدمة تمام بعد كده بنطل على عناصر الموضوع يعني عناصر الموضوع يعني الموضوع اللي انا هكتب فيه يعني هكتب الموضوع في ايه اول حاجة طبعا يعني هعرض اه قبل ما اعمل اي حاجة لازم يبقى عناية على طول على الايه اللي هنشايفينه ده اللي هو الصفحة اللي فيها الطاقة اول حاجة هنتكلم على البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة تاني حاجة استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا ده الموضوع تمام يعني هكتب اول حاجة البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة هوضح البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة وبعد كده هكتب في الموضوع بعضه استخدامات البترول والغاز الطبيعي في حياتنا اه التالت حاجة جمع معلومات عن قراءة عداد كهرباء منزلي يعني اه قراءة عداد كهرباء سواء انت صورته وهترفع على الصورة على الكمبيوتر وبعد كده هتفضطها او تجمع او تقارن انت المعلومات بتاع اخر تلات ايصالات بتاع ثلاث اشهر متتالية ايصال في ثلاث اشهر متتالية وبعد كده من المسير بيانيا بالعمدة واحدد اشهر اقصى استهلاك ومن الاقل استهلاك طيب انا دلوقتي هعمل كم كلمة لازم نشوف احنا هنعمل كم كلمة الموضوع هننزل تحت كده يقول لك الموضوع من ربعمائة لخمسمائة كلمة الملخص هو المقدمة من ربعمائة لخمسين كلمة ده احنا عملنا خلاص لما احنا عملنا اتين وخمسين كلمة الموضوع ربعمائة لخمسمائة كلمة والانجليزية خمساش وتاريتين كلمة طب ايه الانجليزية دي الانجليزية لو انت ما خدت بالك بيقول لك اه في الطاقة حدد الشهر الاكسر استهلاك السيئلة كانت موضحة من وجهة نظرك أسباب ذلك وكتب اسم كل شهر باللغة العربية أو بأحد لغة الأجنبية اللغة الإنجليزية أو أي أن كان اللغة التي تدرسها غالبا الإنجليزية بعد ذلك هذه هي اللغة الأجنبية التي تسخدمها لا تقل عن 15 ولا تقل عن 30 كلمة في اللغة الأجنبية وعداد الكلمات يعد الكلمات اللغة الإنجليزية أو الفرنسية يعدها وليس يعد العربية بعد ذلك أريد أن أقوم بعمل موضوع من 400 و 500 كلمة يعني تقريبا في الطاقة في البترول تقريبا أديمية واستخدام البترول للغاز الطبيعي أديمية وجمع معلومات عن الكراءة تعادات كهربائية يعني ممكن نخلي دي مثلا 150 وده 150 يتفضل كان يبقى 300 كلمة وبعد كده تخلي دي مثلا نقول 50 كلمة يبقى 350 وده مثلا نقول 70 ولا 80 يبقى 430 ولا حاجة يبقى تقدر يبقى أنت عملت بحث والتزمت برضه بالموضوع الموضوع ما يقلش عن 400 كلمة وما يزيدش عن 500 كلمة ولازم نلتزم بالكلام ده بطريقة مهمة جدا يعني عشان بيدقوا فيه جدا وده من المشروع ان شاء الله يبقى مكبول يبقى لقدر الله غير مكبول ما فيه جيد ما فيه جيد ما فيه جيد ما فيه امتياز ما فيه ضعيف لا هي مكبول او غير مكبول يعني انت التزمت بالحاجات اللي هو بقول عليها مكبولة ما التزمتش غير مكبول يعني يبيض يسفد بعد كده هنكتب عن البترول غاز طبيق احد مصادر الطاقة دلوقتي هنفتح ورد ثاني نشوف بقى المنظر اللي هنكتب منه يعني نفتح كتاب المدرسة ونشوف فيه الدراسات مثلا نشوف فيه اللغة العربية نشوف لو فيه درس في اللغة العربية بين البترول او الطاقة او المصابح الكهربية واي ان كان الكلام ده تبدأ تستمد منه وتبدأ تكتب طبعا تكتبش بالنص يعني ايه يعني خلي فيه تشكيلة يعني يعني جملة من هنا على جملة من هنا يبقاش كل التركيز على انت بتنقل وخلاص ومش عايز منك كده لا وعايز انك انت يبقى تنوع المصادر عشان تقدر تكتب ننسينا نكتب في المصادر هنا معلش هنكتب ايه هنكتب المصادر اللي احنا اول حاجة احنا عملناها المصادر الاساسي اللي احنا عملنا منه دلوقتي المكتبة الرقمية بن خسين بنك المعرفة المصري خليهم لون الاسمر يعني على طول بدري بدري كده يعني ايه تبدأ على طول تكتب المصادر الخاصة اللي انت استعنت بها عشان ما تنساش عايزين بقى نكتب الموضوع يعني عايزين نقول بسم الله ونكتب الموضوع هنكتب الموضوع اول حاجة هنعرف البترول والغاز طبيعي كاحد مصادر الطاقة يعني هو بقولك البترول والغاز طبيعي كاحد مصادر الطاقة يبقى هنشوف الدرس هنبحث في الدرس في عندنا مواصلات الفراشة برضو اللي انت شايفينها دي هنكتب مثلا فيها البترول البترول والغاز الطبيعي ونعمل انتر اهو النفط والغاز النفط الخام بسائل اسود يكون عميقا في البطر الارض انه يكون سامين يعني ممكن نجدو كده نسخ ونعملوا لصق هنا كليك مين ولصق النفط الخام النفط الخام بسائل اسود يكون عميقا في البطر الارض يعني شوية كلمات برضو هتفيدنا ندخل تاني على المصاطر الفراشة مش عايزين موارد متجددة النفط بدون النفص استققى في الحالة العصرية النفط للغوية صناعة الوقود برضو نكتبه دولي نسخ برضو نكتب هنا جزء برضو ده تعريف للايه البترول هنكتب هنا من المصادر هنكتب مصاطر الفراشة المصادر اللي احنا استخدمناها مسلا انت شايف دلوقتي انك انت ما فيش حاجة انك تضفها تاني الا تلت حاجات لا انت ممكن تصور الخط خليه مسلا عشرة او كده شوف الخط الصغر خالص شايفين الخط صغر تقدر تكتب كزا يعني ممكن تلاتة اربعة يعني مسلا هنا تلاتة اربعة سوري تلاتة هنكتب اي حاجة اربعة ونكتب اي حاجة خمسة تكتب اي حاجة ستة سبعة تمام يعني تقدر تكتب كزا حاجة ما تقولش لا ده الخط كبير كده مش هينفع انا هكتب فين لا انت لا تعدل على اي حاجة من دي انت ممكن تعدل عليها لا ما تعدلش سيب كل المربعات زي ما هي يعني انت سيب كل المربعات دي يعني ما تكبرش المربع ده او تصغر ده خليك منتزم باللي هو حتى تغلق بس حاول انت اقلل او صغر لقطور ما فيش اي مشاكل وافضل خط تقريبا هو اتناشر لو ضغطنا اتناشر مثلا او اربعتاشر على حسن ما انت مرتاح انت كابل الخط حاليا دلوقتي خليها اربعتاشر عشان يبقى حتى واضح لك اه لو انت نسخت على حاجة ولقيت اللون مش واضح هتقوم عامل اعلامة الاي دي باللوتوماتيك بحيس انه يبقى باللون الاسود بعد كده احنا اخترنا دلوقتي عملنا ده كل ده عن الموضوع يعني انا بتكلم في الموضوع دلوقتي تمام بعد كده دي موساط الفراشة هشوف مثلا البترول اهمية البترول اضغط على ضغط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تمام اللي انا قرأناه او اللي انا اسمعناه اه بداية تكتبه واللي انت تفهمه من الموضوع بتكتبه بكل سهولة بحيس انك انت اه تشوف الايه الكلام انت متكتبهش حرفيا انت تحاول تفهم وتكتب اللي انت تقدر تعبر به اه دلوقتي كتبنا مثلا اه شوية كويسين عايزين نعرف عددهم قد ايه كل ده عشان من البترول والغاز الطبيعي انا بقولك او انا عايز تعريبة انا عايز مية اه دلوقتي اشوف اعددها الفروف عدد تنشيط اقولك اد الكلمات تسعة وسبعين كلمة طبعا دي حاجة كويسة تسعة وسبعين كلمة انكملناش وقت الحمد بالله بعد كده بعد كده ده بالنسبة للموضوع هنشوف بقى مصادر تانية نشوف الكتاب المدرسي اه حاجة بتتكلم عن الطاقة اه بتتكلم عن مصادر الطاقة البترول او الغاز الطبيعي اه بعد كده تختار استخدام البترول الغاز الطبيعي في حياتنا تمام انت ممكن تكتب في هنا في المكتب الرقمية نرجع بك البترول والغاز في حياتنا نقول له انتر كهرباء كهرباء في حياتنا اهي موجودة اهي نضغط ضغطة كله ابدأ شرح برضو فيديو اهي موجودة اهي موجودة اهي موجودة اهي موجودة لا ده حاجة الفيزياء تقريبا توزيحه كل البترول في وطن عربي شو بتتكلم نستفيد منها معلومة ولا لا اهي موجودة نبدأ نختار بحسنا انت بتنتقي المعلومات وتبدأ نقول له يبدأ نختار البلد مثلا مصر تنسي خلينا في المملكة الربسة ودينا وخليها شوف كتبنا اللي هو هو قال عليه. بعد كده بنشوف نعمل اكس. بنختار بلد تاني ونصر مسلا. غصة شكير. العلانين. بلاعين. تمام? دي وقت برضو مش عايزين ننسى هم نتكلم عن استخدام البترول وغاز الطبيعي في حياتنا. طبعا هكتب بقى دي سهلة يعني. يعني هكتب استخدام المواصلة الفراشة. استخدام البترول والغاز طبيعي. هكتب البترول والغاز طبيعي في حياتنا. البترول والغاز طبيعي في نكتب البترول والغاز. نشوف البترول بس كده. نشوف البترول والغاز. ممكن تبقى في حاجات. تمام? الحمد لله فتح. فتحت شوية معلوماتها ايه? طورة مازا حس اننا بتروح. دي تعريفات. نشوف تاني استخدام بتورز طبيعي في حياتنا. هنكتب يعني مش محتاجة يعني هنكتب ويستخدم في اه اه وقود السيارات والحافلات وكذلك اه وكذلك يستخدم الغاز الطبيعي في مواقبنا. هي المنازل. و و تستمد المصانع منه الطاقة. طبعا في استخدمة كتير جدا بعثنا. كي تعمل توضيحة في الخاصة اثناء. نعمل باك. طبيعية. مصادر الطاقة المزيدة. بطول طويل انت كنت في الفوطن عربي. نروح عليها. قلو اداء. هيشرح لنا دلوقتي الفيديو. نروح عليها. حسنًا من المزيدة. حسنًا من المزيدة. مصادر الطاقة المزيدة. ترجمة نانسي قنع ترجمة نانسي قنع نستخلص المعلومات من الفيديو اللي احنا شاهدناه نبدأ نحطها في البحث من خاص بنا وهكذا لغاية ما تنلاق التلات الصفحات طيب لو الصفحات دلوقتي انا هجمع كل الكلمات اللي في التلات صفحات دي يعني التلات صفحات دي هقوم حدد زي ما انت شايفين كده ام ايهلو كليك يمين وقبي او نسخ وادد اقول له على عدد الكلمات وايه واقول له على الصفحة الاولانية واكتب في ورقة عندي الصفحة الاولانية دي مثلا انا هعمل لازك ده وقت اقول لعد الكلمات 134 هكتب في ورقة عندي 134 اللي هي مجموعة الكلمات ليش دعا بالاحرف ما بعدش احرف وعايز كلمات طيب الصفحة الاولانية عمنا 134 يبقى الصفحة انا فاضل لي صفحتين يعني انا عايز بتاع تلتمية يعني مش اقل من كام تلتمية وسبعين عشان اوصل لخمسمية المهم تقريبا يعني تلتمية وسبعين عشان اوصل لخمسمية كلمة اهم حاجة ما يقلش عن ربعمائة كلمة يعني ربعمائة كلمة يعني عايز سبعين ومئتين بنتين وسبعين كلمة كمان فتقريبا عايز بقى عام 135 برضو في الصفحة التانية وتقريبا برضو مية اربعة وثلاثين او مية خمسة وتلتين في صفحة التلتة يقدر تقدر تزبط بيهم انك انك كل صفحة مية او مية خمسة وتلتين تعملك ربعمية او ربعمية وشوية وكده يبقى انت تأمنت نفسك والتزمت بالاقيه بعدد الكلمات زي ما انتم شايفين البحث ان شاء الله بسيط جدا وسهل وطبعا لو حتى انت مش عارف تعمل اي حاجة من دي اللي انا عملتها دي تقدر تساين بالكتاب المدرسي فقط لغير وتكتب الكتاب المدرسي كتاب لغة العربية المدرسي كتاب الرياضيات المدرسي كتاب الدراسات الاجتماعية المدرسي وهكذا النتائج هتكتب مثلا نتيجة البحث اللي انت عملته ايه ارفت مسلا اه تعلمنا او اهمية الايه اهمية البترول في حياتنا مسلا اهمية البترول في حياتنا تمام تاني حاجة اه ارفت انت اه انواع مصادر الطاقة انواع مصادر الطاقة انت عرفتها معرفة انواع مصادر الطاقة معرفة انواع مصور الطاقة. نشوف مثلا البحث هو كان كتب لنا ايه. اه جمع ملمات عن قرية عداد ترات عشو ما سير بيانين بالعمدة. عرفنا مثلا الايه الاستهلاك اليومي والشهري. اه للطاقة. في الطاقة لننزلي. تمام يعني اقول تقريبا دي النتائج للمشروع اللي انت عملته. طبعا لو عايز تعمل النتائج تانية وما فيش مكان طبعا زي ما احنا قلنا هتحددهم وتقللوا كده. او تكتب على طول تضغط هنا وتضغط حداشر او عشرة. وكده يبقى انت عندك مساحة تانية انك انت تكتب. تكتب كمان كلمة تانية. وكمان كلمة تانية. تمام. تمام نتائج تانية يعني ست نتائج. انا بقول لكم برضو مرة تانية ما حدش يلعب في الايه في المستطيلات دي ويحددها ويكبرها ويصغرها عشان يبقص الدنيا. وعشان الحاجات دي تبقى هي زي دي عايز زينها زي استنبا. او قوالب جهزة انك انت ما تلعبش فيها. يا اسمها قوالب جهزة عشان انت ما تلعبش فيها وتسبها زي ما هي. وتملى بس ايه الكلمة. تملى بس ايه اللي داخلها بس. مش اكتر الالي. تمام? اه يا رب يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش اشتراك في القناة. اه لو في اي سؤال سيبوا في التعليقات وهارد عليكم على طول فورا. اه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد ابراهيم. من قناتكم محمد حمود للتقنيات. ان شاء الله هناخد ازاي اه تسجل في موقع اه او المنصة الالكترونية. طبعا دلوقتي اه اغلب الناس معها رموز الفصل او رمز الفصل الخاص بيك. سواء للغة العربية ورياضيات او ايا كان. اه بتعمل اول حاجة طبعا بتخدش على الموقع ايدمودو. هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. هتدخل على حساب طالب او انت طالب او حساب معلم. اه او حساب والي امر ايا كان. خلينا بس الحساب طالب الاول. قبل ما تدخل على ايدمودو لازم تخش على حاجة مهمة جدا. حاجة اسمها استعلام عن اكواد الطلاب. تمام? اه اول حاجة هتكتب الرقم القومي اه الاربعتاشر رقم هتكتبهم كاملين. وتكتب تاريخ الميلاد سنة الميلاد والشهر واليوم. وبعد كتب تختار المحافظة ده ما هي محافظات مصر موجودة. وتختار ان هو ذكر ولا انسة وتقوم بتسجيل الدخول. هيديك رقم مقوم من تسع ارقام. ده اسمه اه الكود الطالب. بعد كده بتخدش على ايدمودو. ستدوك الرابط ده اسفل الفيديو. وتطغط على حساب طالب. لازم يكون معاك اه حاجتين دلوقت. اول حاجة رمز الفصل اللي انت هتاخده. ولو انت كمان معاكش رمز الفصل لما فيش مشكلة. انا هولوك هنعمل ايه? اه تاني حاجة يكون معاك كود الخاص بيك. الاسم الاول هتكتب اسمك الاول. اللي هو موجود هنا فوق. واسم العائلة هتكتب اسمك التاني او اسم العائلة. مش فرقة. اه وتكتب اه رمز الصف. انا هولوك هنعمل ايه في دلوقت. اسم المستخدم بقى اللي هو فيه الكلام. هنكتب ايه ام او اي. وبعد كده هنكتب رقم الايه. رقم الايه الكود. الرقم اللي هو بتاع كود الطالب هتكتبه. كنترول بيه. البريد الالكتروني. بيه. بيهو لي هو عم ينهلي بالليون الاحمر عشان بيهو لي الاسم المستخدم تم استخدامه من قبل. بس انا بوضح لكم بس كده. اه كلمة المرور هتكتب اي كلمة المرور انت يعني تبقى قوية شوية ما تبقاش يعني اه رقم تريفون او كده يعني تبقى حاجة ايه اه متقلش عن تامن حروق او ارقام. والافضل ما تبقاش حاجة سهل ان حد يعرفها. اه رمز الصف ده اللي فضل لنا دلوقت عشان نعمل انشاء حسابه. طب البريد الالكتروني مكتوب بين قوصين اختياري يعني انت اصلا ممكن ما تفضوهش. بس لو عندك ايميل حطه مفيش مشكلة عشان لو لو قدر الله انسيتك كلمة السيرجة القدار تستعادها هنطري ان هاي بعتك رسالة على البريد الالكتروني. اه رمز الصف بقى هنكتبه فيه. هنكتبه فيه. هنكتب كود معين فيه. وبعد كده هنبقى نمسح الكود ده. هقول لكم ازاي. الكود هو اربعة اي يو واي واي بي. تمام طب انت واحدة يقول لي مثلا طب ده مش رمز الفصل بتاعي. انا لسه ما جاليش رمز الفصل. طيب انا هقول لك هتعمل ايه? رمز الفصل اللي احنا عاملينه ده ده حاجة مؤقتة وبعد كده احنا هنمسحها ونكتب رمز الفصل من جديد. هقول لكم ازاي برضه من جوة ان شاء الله. اول حاجة دلوقتي اه بعد ما تكتب رمز الفصل اللي انا وتحطي طولك ده وهسابه لكم اسفل الفيديو. وكتبت كلمة المرور. هتعمل حاجة اسمها انشاء حسابك. هتضغط هتدخل على طول على اه ان شاء الله على حسابك. ما فيش اي مشكلة. بيفتح لك صفحة جديدة. هنفتح هنعرف بقى ازاي? ازاي تضيع الرمز الفصل وازاي تضيف الرمز الفصل. بعد ما دخلنا وبعد ما دخلنا دلوقتي على حساب هنزخل على من فوق هنا زي ما انت شايفين الفصول دراسية. انا ضغط على الفصول الدراسية. هتلاقي عندك في فصل انت دخلت فيه اللي هو اه اربعة اي اي يو اللي انا كتبه لكم الرمز ده. دخلك على الفصل اه اه معين في مدرسة معينة. انت هتعمل هتضغط هتلاقي الصف كزا الصف كزا الصف السادس اه انجليزي الصف الرابع الصف التال الخامس. تمام? هتضغط على الثلاث شورة دول وتقول له انسحاب. هقول لك هلأ انت موافق من انتسحاب قل له نعم. بعد كده هيجي لك اه تطلع فوق شوية هيجي لك العلمة الزائد دي. زي ما انت شايفينها. افم تضغط على الفصول دراسية فوق. هيجي لك علمة الزائد. هتضغط على علامة زائد هذه هيظهر لك اليقل لك التحك بفصل دراسي. نزلت من العلم دهل. تمام? هتضغط على التحك بفصل الدراسي ليها نزلت من تحت الزائد دي. او ما ضغطت عزائد. ويجي لك حاجة اسمها الرمز. تضغط الرمز الموجود اللي هيدهه لك مدرس الفصل اللي هتتواصل معي جلبي وتبدأ تسأله على اي مشكلة في البحث او الكلام ده وبرضه من المنصة دي هتبدأ ترفع تبدأ ترفع بيها البحث عن طريق هقول لكم فيما بعد هنرفعه لزاي بعد كده بعد ما ترفع البحث يبقى انت كده اتمامت العملية اه تماما وخلصت كل حاجة معناك رفعت البحث يعني خلاص انت راجعت وعملت كل حاجة مطلوبة وبترفع البحث بعد ما عملت البحث طيب ازاي بقى نعمل البحث بقى اول حاجة احنا كده خلصنا الحمد لله الحاجات دي كلها نطلع بقى حالت من الاستعلامة عن كود والتنم بقى كل الحاجات دي هسيبها لكم اسفل فيديو الاستعلامة عن كود والطالب يليه فاتح حساب في منصة اه اه منصة الالكترونية بعد كده بقى منخش على ايه اه المواضيع البحثية يعني ايه المواضيع البحثية المواضيع البحثي يعني مسلا انا اخترت الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحثي لو ضغطت عليها ضغطة هيظهر لك الشكل ده الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحثي اقرأ المشروعات التالية واختار واحدا منهم للعمل عليه هنختار واحد منهم اتنين يمكنك العمل على المشروع منفردا او مع فريق لا يزيد عن ثلاثة من زملائك يعني اه بك انت يبقى ما يزيدش عن ثلاثة تمام يعني انت واثنين اصحاباتك ده بالنسبة للصف الرابع الابتدائي تمام هنختار واحد السياحة او هنختار هنختار الطاقة او هنختار الصحة او المية اي واحدة من الاربعة دول هو البحث التالي طب نختار على اي اساس يعني لو انت المنهج الخاص بك في انت شايف انك انت ممكن تكتب كلمات كتير وموضوع يعني ممتاز عن السياحة عشان في المواد الموجودة عندك سواء علوم او الدراسات او اللغة العربية او اي مادة تانية بتتكلم عن السياحة بطريقة اه مستفيدة يعني او بطريقة يعني مشروحة بدرجة كبيرة فاتقدر طبعا تختار الموضوع بالنسبة للمواد اللي عندك كل ما كانت الموضوع يعني قريب اوي للمواد بتاعك طبعا يكون افضل واحسن طبعا بعد كده هنعمل ايه احنا دلوقتي حددنا مثلا هنتكلم مثلا في الطاقة هيقول لك دلوقتي في ضغ دراسك كن بعداد مشروع بحسي يتضامن ما يلي البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا جمع معلمات عن قراءة عدات كهرباء منزلي او ايصال في تلت اشهر متتالية امثله بيانيا بالعمدة اه رابح حاجة حدد الشهر الاكثر استهلاكا على الاقل استهلاكا مواطحا من وجهة نظرك اسباب ذلك وكتب اسم كل شهر باللغة العربية وبقاحد اللغات الاجنبية تمام هنختار البحث دA merch هنáveis من القوالب الجهزة اللي وزارة التربية و التعليما حملها هنضغط على الصفحة دي اللي احنا اول واحدة احنا نجدناها هنضخل على القوالب البحثية المراحل التعليمي القاسية هنضغط عليها ضغطةmbol هيصغلينا الشكل ده. دي جميع المراحل التعليمية من الصف الثالث اعدادي لغاية الصف الثالث اعدادي من تالت ابتدائي لتالت الايدادي. اختار الصف الرابع الابتدائي ونحمل القوالب. يعني ايه القوالب? يعني تحميل القالب الاول اللي هو الايه? اللي هو البحث الاول اللي هو السياحة. اللي هو القالب الاول. القالب التاني اللي هو الطاقة. اللي انت شايفينه ده. تحميل القالب التاني ده الطاقة. طيب القالب الثاني لو انت عايز تشوفه بس قبل ما تحمله. طيب. اه القالب التالت الصحة. يقول لك تحميل القالب التالب. طيب ايه القالب الرابع الماء. تحميل القالب الرابع. زي من شايفين صف الرابع اللي ابتدأي تحته تحميل القالب الرابع. هتختاره هتحمله عادي عندك على الجهاز سواء كميوتر او لابتوب او موبايل اي ان كان. وتبدأ تستخدمه. آآ البحث نفسه بيتعمل ببرنامج بس البرنامج اللي احنا هنعمله. برنامج اللي احنا هنعمله آآ مايكروسوفت اوفيس الفين وسبعة او اكتر. تمام? بعد كده هنفتح البحث. ده البحث بعد ما نزلته. اللي هو بحث الطاقة للصف الرابع الابتدائي. هندخل على البحث. هنعرف باقي ايه ده? ايه اللي موجود ده? اول حاجة للصف الرابع الابتدائي المشروع الثاني الطاقة. عنوان الموضوع هتختار عنوان جزاب للموضوع. بمعنى هنعمل هنا ونكتب مثلا آآ اهمية الطاقة. آآ في حياتنا. مسلا الرقم التعريفي اللي هو الكود الطالب. هتعمل كده هنا وتضغط انتر وتكتب الرقم الكودي بتاعك اللي هو كود الطالب اللي احنا استعلمنا عنه. المقدمة هتعمل مقدمة ما تزدش عن خمسين كلمة او ما تقلش عن اربعين كلمة. يعني من اربعين لخمسين كلمة المقدمة. هتعمل انتر وتبدأ تكتب مقدمة. وتنسقها. وتقول له مثلا آآ المقدمة دي مش من تعليفك انت هتجيبها من كتاب المدرسة او من المنصة الالكترونية او المكتب الرقمية. عناصر الموضوع هتكتب موضوع بيتكلم من ربعمائة لخمسمائة كلمة عن الطاقة. طبعا من خلال الكتاب المدرسي وكتاب سلاحي التلميز او المعاصر. آآ هو بميديك كزا يعني كزا مكان ربعمائة كلمة دي. هي تعريبا تلت صفحة هم بديك ادي صفحة اولانية زي ما انت شايفين. صفحة تانية فيها صورة وصورة. صورة هترفقها وصورة تانية هترفقها بتتكلم عن الطاقة. ممكن جيبها من جوجل عادي. الصفحة التانية هتكتب فيها برضو عن الموضوع. ده ارتبع الموضوع الصفحة التانية. صفحة يعني هتقول له احنا تعلمنا اعرفنا ايه من اه معلومات في عن الايه عن الطاقة. عرفنا اهمية الطاقة. عرفنا اه انواع الطاقة. اه الكلام ده. المصادر اللي انت استمدت منها البحس الخاص به. بنك المعرفة المصري. اه كتاب اللغة العربية المدرسة. كتاب الرياضيات المدرسة. كتاب اللغة الانجليزية المدرسة. اه ايun look انت استفدت كتاب العلوم المدرسي كتاب المدرسات الاجتماعية المدرسي وهكذا ايا كان الكتاب اللي انت استعانت به او المكتبة الرقمية او ايا كان طيب عايزين نكتب بقى البحث هنعمل ايه المقدمة هنختار مسلا المقدمة هنبحث دلوقتي عن نت كأنك انت لست بتعمل المشروع جديد اهو بسم الله هندخل عن المكتبة الرقمية وهنكتب مسلا الطاقة قبل ما نكتب البحث بنشوف حاجة مهمة او انسيت اعلقه عليها الكلام اللي هو كاتبهه لك في البحث انك انت ازاي تبحث مكتوب لك البترول والغاز بس اللون عريض شوية او بولد شوية عريض او اه يعني اصمر تقيد زي ما انتم شايفين البترول والغاز ده اللي هنبحث عنه في اي علامة سيرش البترول والغاز هنكتب البترول والغاز ونقول له انتر تمام بعد كده بعمل حاجة اسمها فلتر يعني ايه اه كلمات الدلالية دلوقتي انا بختار كلمات الدلالية هعمل اكس هنا اه انا عندي عايز اه انا في الصف الرابع اللي ابتدائي بكاني في الرابع اللي ابتدائي هقول له عرض المزيد من الكلمات الدلالة دي اللي هتعمل لي فلتر انا بكلم في سنة ابتدائي جالي الابتدائي فاصل الدراسي التاني فاصل الدراسي التاني هعمل سنة رابعة صف الرابع صف الرابع الابتدائي اهو تمام بقول له التعديل والصناعة والتجارة لأ الجهازات مفيدة في الانسان لأ ده البترول والغاز خلينا التعديل والصناعة والتجارة اماكن استخراج ومصادر الطاقة ونقول له ابدأ يبدأ يحمل هبدأ يشرح لنا دلوقتي ونسمع الشرح نعمل التالي نعمل التالي خلينا نشوف حاجة تانية هنشلم الفلاتر ابتدائي صف الرابع نخلينا في ايه اهمية البترول في الوطن العربي نضغط عليها ده من الطاقة حاجة هنقول له ايد ده يعني من شرطي بها هي نفس الايه الصناعة اللي انت فيها هنكتفي المقدمة اللي احنا سمعنا ده هنكتب الدرس الثاني هنضغط دغطة اللي احنا سمعنا ده اشتركوا في القناة نكتد زي ما انتم شايفين دلوقتي كده نسا نسي خليق اسمر عشان يبقى واضح لكم نكبر نكبر الفونت البترول لها همية كبيرة في النقط المصانع واسعة لنقطة مختلفة واشتركوا منهم منتجات كثيرة تدخل فيه نفتح فاني نشغل نكتد اشتركوا في القناة تمام دي مقدمة عايزين نعرف المقدمة دي كم كلمة احنا كتبناها من الشرح اللي هو مكتوب ده اي حاجة اسمها عدات كلمات هقول لكم عليه هسيب لكم رابطه اسفل الفيديو اعمل كليك من لصق اقول له عد الكلمات جالي تمانية وعشرين تمانية وعشرين ده قليل انا عايزين من اربعين لخمسين تمام احنا عايزين من كم من اربعين لخمسين هنشوف تاني فيديو تاني يشرح حاجات تانية نعمل باك الموضوع سهل ان شاء الله ما فيش اي مشاكل فيه خلينا مسلا في البطرول هنا كده اهميته وانتاجه وكلام ده نقول له عده نسمع الشرح ونسيغه باسلوبنا ونكتب مسلا المصادر دلوقتي اللي احنا عملناها ده بنك المعرفة عن مصري وانت بتسمع ممكن تكتب على طول بابولي اضغط على الشكل اللي قدامك هقول له موافق ونقول له مسلا لانتاج العلم اللي المتفوق نغرب ضغطة بابتاني اشتركوا في القناة زي ما انت شايفين كتبنا شوية معلومات كويسة هنقول له copy ونعمل عداد الكلمات على عداد الكلمات نعمل الرفرش عشان يشيل القديم ونقول له لصق ونقول له عد الكلمات هنشوفها كام اتنين وخمسين ما فيش مشكلة هم ممكن نحزف اتنين ولا حاجة مش قضية يعني هي كده في الرنج المصبوط ادي اول حاجة من اربعين لخمسين كلمة دي المقدمة تمام بعد كده منطل على عناصر الموضوع يعني هي عناصر الموضوع يعني الموضوع اللي انا هكتب فيه يعني هكتب الموضوع في ايه اول حاجة طبعا يعني هعرف قبل ما اعمل اي حاجة لازم بيعاناية على طول على ايه اللي انت شايفينه ده اللي هو الصفحة اللي فيها الطاقة اول حاجة هنتكلم على البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة تاني حاجة استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا ده الموضوع تمام يعني هكتب اول حاجة البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة هوضع البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة وبعد كده هكتب في الموضوع بعضه استخدامات البترول والغاز الطبيعي في حياتنا اه التالت حاجة جمع معلومات عن قراءة عداد كهرباء منزلي يعني قرأة عدد كهرباء سواء انت صورته وهترفع الصورة على الكمبيوتر وبعد كده هتفضطها او اه تجمع وتقارن انت المعلومات بتاعة الاخر تلت ايصالات بتاعة ثلاث اشهر متتالية قضي ايصال في ثلاث اشهر متتالية وبعد كده من المسير بينيا بالعمدة اه وحدد شهر اكسا استهلاك ومن الاقل استهلاك طيب انا دلوقتي هعمل كم كلمة لازم نشوف احنا هنعمل كم كلمة الموضوع هننزل تحت كده بيقولك الموضوع من 400 ل500 كلمة الملخص هو المقدمة 40 ل50 كلمة ده احنا عملنا خلاص لما احنا عملنا 52 كلمة الموضوع 400 ل500 كلمة والانجليزية 15 و 30 كلمة طيب ايه الانجليزية دي؟ الانجليزية لو انت اخدت بالك بيقولك في الطاقة حدد الشهر الاكثر استهلاكا انا اقل استهلاكا موضحا من وجهة نظرك اسباب ذلك وكتب اسم كل شهر باللغة العربية او باحد لغة الاجنبية اللي هي اللغة الانجليزية او ايا كان اللغة اللي انت بتدرسها غالبا الانجليزية يعني بعد كده عشان كده هي دي اللغة الاجنبية اللي انت هتسكر دمها ما تزيدش عن ما تقلش عن 15 وما تزيدش عن 30 كلمة في اللغة الاجنبية وبرضه عدات الكلمات بيعد اللغة الانجليزية او الفرنسية اي ان كان بيعدها برده مش بيعد العربية بس تمام بعد كده بعمل انا عايز اعمل موضوع من 400 ل 500 كلمة يعني تقريبا هعمل في الطاقة في البترول هعمل تقريبا اديميا واستخدام البترول لغاز الطبيعي اديميا وجمع معلومات عن القراءة اتعداد كهربائي دي ما اعتقدش انها تجيب 100 كلمة يعني ممكن نخلي دي مثلا 150 ودي 150 يتفضل كم يبقى 300 كلمة وبعد كده تخلي دي مثلا نقول 50 كلمة يبقى 350 ودي مثلا نقول 70 ولا 80 يبقى ايه 430 ولا حاجة يبقى تقدر يبقى انت عملت بحس والتزمت برضه بالموضوع الموضوع ما يقلش عن 400 كلمة وما يزيدش عن 500 كلمة ولازم نلتزم بالكلام ده يعني طريقة مهمة جدا يعني عشان بيداو فيه جدا ودي من المشروع ان شاء الله يبقى مجبول يبقى لقدر الله غير مجبول مفيش جيد مفيش مفيش جايج جدا مفيش اي مفيش من انتياز مفيش ضعيف لا هي مقبول او غير مقبول يعني انت التزمت بالحاجات اللي هو بقول عليها مقبولة ملتزمتش غير مقبول يعني يبيض يسفد زي ما بنقول بعد كده اه هنكتب عن البترول غاز طبيق احد مصادر الطاقة دلوقتي هنفتح وورد تاني نشوف بقى المناظر اللي احنا نكتب منه يعني نفتح كتاب المدرسة ونشوف فيه الدراسات مثلا نشوف في اللغة العربية اه نشوف اه لو فيه درس في اللغة العربية بين عن البترول او الطاقة او المصابح الكهربية وان كان الكلام ده تبدأ تستمد منه وتبدأ تكتب طبعا ما تكتبش بالنص يعني ايه يعني خلي فيه تشكيلة يعني يعني جملة من هنا على جملة من هنا يبقاش كل التركيز على انت بتنقل وخلاص ومش عايز منك كده لا وعايز انك انت يبقى تنوع المصادر عشان تقدر تكتب ننسينا نكتب في المصادر هنا معلش هنكتب ايه هنكتب المصادر اللي احنا اول حاجة احنا عملناها المصادر الاساسي اللي هو اللي احنا عملنا منه دلوقتي المكتبة الرقمية بن خسين بنك المعرفة المصري خليهم لون الاسمر يعني على طول بدري بدري كده يعني ايه تبدأ على طول تكتب ايه المصادر الخاصة اللي انت استعنت بها عشان ما تنساش عايزين بقى نكتب الموضوع يعني عايزين نقول بسم الله ونكتب الموضوع هنكتب الموضوع اول حاجة هنعرف البترول والغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة يعني هو بقولك البترول والغاز طبيعي كأحد مصادر الطاقة يبقى هنشوف الدرس هنبحث في الدرس في عندنا موساط الفراشة برضو اللي انت شايفينها دي هنكتب مسلا فيها البترول البترول والغاز الطبيعي ونعمل انتر اهو النفط والغاز النفط الخام سائل اسود يكون عميقا في بطر الارض انه يكون سامين يعني ممكن نجده كده نسخ ونعملوا لصق هنا النفط الخام النفط الخام مساء الاسود يكون عميقا في بطر الارض يعتبر ايه يعني شوية كلمات برضو هتفيدنا ندخل تاني على النصات الفراشة مش هجي موري متجددة النفط بدون النص استققى في الحالة العصرية النفط بروي صناعة الوقوف برضو نكتبه نقول لنسخ برضو نكتب هنا جزء برضو ده تعريف للايه هنكتب هنا من المصادر هنكتب موساط الفراشة المصادر اللي احنا استخدمناها مسلا انت شايف دلوقتي انك انت ما فيش حاجة انك تضفها تاني الا تلات الحاجات لا انت ممكن تصور الخط خليه مسلا عشرة او كده شوف الخط الصغر خالص زي ما انتم شايفين الخط الصغر تقدر تكتب كزا باند يعني ممكن تلاتة اربعة يعني مسلا هنا تلاتة اربعة سوري تلاتة نكتب اي حاجة اربعة ونكتب اي حاجة خمسة تكتب اي حاجة ستة سبعة تمام يعني تقدر تكتب كزا حاجة ما تقولش لا ده الخط كبير كده مش هينفع انا هكتب فين لا انت لا تعدل على اي حاجة من دي انت ممكن تعدل عليها لا ما تعدلش سيب كل المربعات زي ما هي يعني انت سيب كل المربعات دي يعني ما تكبرش المربع ده او تصغر ده لا خليك منتزم باللي هو وحزة طولك بس حاول انت اقلل او صغر القطوط ما فيش اي مشاكل وافضل خط تقريبا هو اتناشر لو ضغطنا اتناشر مثلا او اربعتاشر على الحسن ما انت مرتاح انت كبر الخط حاليا دلوقتي تخليها اربعتاشر عشان يبقى حتى واضح ليك اه لو انت نسخت على حاجة ولقيت اللون مش واضح هتقوم عامل اعلامة ال اي دي بلو اوتوماتيك بحيث انه يبقى باللون الاسود بعد كده احنا اخترنا دلوقتي عملنا مقدم ده كل ده عن الموضوع يعني انا بتكلم في الموضوع دلوقتي تمام بعد كده دي موساط الفراشة هشوف مثلا البترول اهمية البترول اضغط عليها ضغطة انا اشعر 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 موساط الفراش تمام اللي انا قرأناه او اللي احنا سمعناه اه بداية تكتبه واللي انت تفهمه من الموضوع بتكتبه بكل سهولة وبحيس انك انت تشوف الكلام انت ما تكتبهوش حرفيا انت بتحاول تفهم وتكتب اللي انت تقدر تعبر به اه دلوقتي كتبنا مسلا شوية قويسين عايزين نعرف عددهم قد ايه كل ده عشان من البترول والغز الطبيعي انا بقول لك انا عايز تعريبا انا عايز مية مية تعريبا دلوقتي نشوفها عدد الفروف قلو عدد تنشيط قلو قلو قد الكلمات تسعة وسبعين كلمة طبعا دي حاجة كويسة تسعة وسبعين كلمة ما نكملناش وقت الحمد لله بعد كده بعد كده ده بالنسبة للموضوع هنشوف بقى مصادر تانية نشوف الكتاب المدرسي اه حاجة بتتكلم عن الطاقة اه بتتكلم عن مصادر الطاقة البترول او الغاز الطبيعي اه بعد كده تختار استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا تمام انت ممكن تكتب في هنا في المكتب الرقمية نرجع بك البترول والغاز في حياتنا نقول له انت الكهرباء في حياتنا اهي موجود اهي نضغط ضغطة قول له ابدأ شرح برضو فيديو لا ده مش هينفع الشغل والطاقة لا ده حاجة فيزية قريبا توزيحه كل البترول في وطن العربي شوف تتكلم نستفيد منها معلومة ولا لا نبدأ نحطط بحسنا انت بتنتقي المعلومات وتبدأ وحسون البترول في الوقت العربي نقول له ابدأ نختار البلد مسلا مصر خلينا في الممكرة ربستو دينا وخليها شوف كتبنا اللي هو هو العلي بعد كده بنشوف نختار بلد تاني ومصر مسلا غصة شكير العلمين وبلعين تمام دي وقت برضه مش عايزين ننسى هم نتكلم عن استخدام البترول وغاز طبيعي في حياتنا طبعا هكتب بقى دي سهل يعني يعني نكتب استخدام المواصلات الفراشة استخدام البترول والغاز طبيعي هكتب لغازة طبيعي في حياتنا لغاز طبيعي في نكتب لغاز نشوف لغاز بس كده نحن نفط وغاز ممكن تبقى في حاجات تمام الحمد لله فتح فتحت شوية معلوماتها دي طورة مازا حسنة بسرعة دي تعريفات نشوف تاني مكتوب استخدام البترول وغاز طبيعي في حياتنا هنكتب يعني مش محتاجة يعني هنكتب ويستخدم في وقود السيارات والحافلات وكذلك وكذلك يستخدم الغاز الطبيعي في مواقبنا في المنازل و وتستمرت مصانع منه الطاقة طبعا في استخدمة كتير جدا بعد كي تعمل توزيحة في الخاصة اللي اتنها نعمل باك طبيعية مصادر التأخير متقددة بطور طور انت كنت وطن عربي نروح عليها كله الدق هيشرح لنا دلوقتي الفيديو تحفل تحفل كيف يكتب اشفل تحفل تحفل اشفل تحفل تحفل التحفل تحفل اشتركوا في القناة موسيقى نستخلص المعلومات من الفيديو اللي احنا شاهدناه نبدأ نحطها في البحث من خاص بنا وهكذا لغاية ما تنلاق الثلاث الصفحات طيب لو الصفحات دلوقتي انا هكتب كل انا هجمع كل الكلمات اللي في الثلاث صفحات دي يعني الثلاث صفحات دي هقوم احدد زي ما انت شايفين كده هقوم ايه اللي وكليك يمين وكابي او نسخ وابده اقول له على عداد الكلمات وايه واقول له على الصفحة الاولانية واكتب في ورقة عندي الصفحة الاولانية دي مثلا انا هعمل لازك دوقتي اقول له عدد الكلمات 134 هكتب في ورقة عندي 134 اللي هي مجموعة الكلمات ليش دعا بالاحرف ما بعدش احرف هو عايز كلمات طيب الصفحة الاولانية عمنا 134 يبقى الصفحة انا فضيلي صفحتين يعني انا عايز بتاع تلتمية يعني مش اقل من كام تلتمية وسبعين عشان اوصل لخمسمية المهم تقريبا يعني تنتمية وسبعين عشان اوصل لخمسمية كلمة اهم حاجة ما يقلش عن ربعمائة كلمة يعني ربعمائة كلمة يعني عايز سبعين متين متين وسبعين كلمة كمان فتقريبا عايز بتاع مية خمسة وتلاتين برضو في الصفحة التانية وتقريبا برضو مية اربعة وتلاتين او مية خمسة وتلاتين في الصفحة التالتة يقدر تظبط بيوم انك كل صفحة 134 او 135 تعمل لك ربعمية او ربعمية وشوية وكده يبقى ان تأمنت نفسك والتزمت بالاية بعدد الكلمات زي ما انتم شايفين البحث ان شاء الله بسيط جدا وسهل وطبعا لو حتى انت مش عارف تعمل اي حاجة من دي اللي انا عملتها دي تقدر تساين بالكتاب المدرسي فقط لغير وتكتب كتاب المدرسي كتاب لغة العربية المدرسي كتاب الرياضيات المدرسي كتاب الدراسات الاجتماعية المدرسي وهكذا النتائج هتكتب مثلا اا يعني نتيجة البحث اللي انت عملته ايه ارفت مسلا اا تعلمنا او اهمية ايه اهمية البترول في حياتنا اهمية البترول في حياتنا تمام تاني حاجة اا عرفت انت اا انواع مصادر الطاقة انواع مصادر الطاقة انت عرفتها معرفة انواع مصادر الطاقة معرفة انواع مصادر الطاقة نشوف مثلا البحث هو كان كاتب لنا ايه اه جمع المدرسي انواع مصادر الطاقة عرفنا مثلا الايه الاستهلاك اليومي والشهري اا للطاقة للنزلي تمام يعني تقريبا دي النتائج للمشروع اللي انت عملته طبعا لو عايز تعمل النتائج تانية وما فيش مكان طبعا زي ما احنا قلنا هتحددهم وتقللوا كده او تكتب على كل تضغط هنا وتضغط 11 او 10 وكده يبقى انت عندك مساحة تانية انك انت تكتب تكتب كمان كلمة تانية وكمان كلمة تانية تمام تمام نتائج تانية يعني ست نتائج انا بقول لكم برضو مرة تانية ما حدش يلعب في الايه في المستطيلات دي ويحددها ويكبرها ويصغرها عشان ما بوص الدنيا وعشان الحاجات دي تبقى هي دي عايز زينها زي استنبا او قوالب جهزة انك انت متلعبش فيها يا اسمها قوالب جهزة عشان انت متلعبش فيها وتسيبها زي ما هي وتملى بس الايه الكلمة التملى بس الايه اللي داخلها بس مش اكتر لالي تمام اه يا رب يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش اشتراك في القناة اه لو في اي سؤال سيجوا في التعليقات وهرد عليكم على كل فورا اه والسلام عليكم وحمد الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وانسف حمد ابراهيم من قناتكم محمد حمودة للتقنيات ان شاء الله هناخد ازاي اه تسجل في موقع اه او المنصة الالكترونية طبعا دلوقتي اه اغلب الناس معها رموز الفصل او رمز الفصل الخاص بيك سواء اللغة العربية او رياضيات او ايا كان اه بتعمل اول حاجة طبعا بتخدش على الموقع ايدمودو هتسلبكم الرابط اسفل الفيديو هتدخل على حساب طالب او انت طالب او حساب معلم اه او حساب ولية امر ايا كان خلينا بس الحساب طالب الاول قبل ما تدخل على ايدمودو لازم تخش على حاجة مهمة جدا حاجة اسمها استعلم عن اكواد الطلاب تمام اه اول حاجة هتكتب الرقم القومي اه الاربعتاشر رقم هتكتبهم كاملين وتكتب تاريخ الميلاد سنة الميلاد والشهر واليوم وبعد كده تختار المحافظة ده محافظات مصر موجودة وتختار النوع ذكر ولا انسة وتقبل تسجيل الدخول هيديك رقم مقوم من تسع ارقام ده اسمه اه الكود الطالب بعد كده بتخدش على ايدمودو هستدوكم الرابط ده اسفل الفيديو وتطغط على حساب طالب لازم يكون معاك اه حاجتين دلوقت اول حاجة رمز الفصل اللي انت هتاخده ولو انت كمان معاكش رمز الفصل ما فيش مشكلة انا هقول لك هنعمل ايه اه تاني حاجة يكون معاك كود الخاص بيك الاسم الاول هتكتب اسمك الاول اللي هو موجود هنا فوق واسم العائلة هتكتب اسمك التاني او اسم العائلة مش فرقة اه وتكتب اه رمز الصف انا هقول لك هنعمل ايه في دلوقت اسم المستخدم بقى اللي هو فيه كلام هنكتب اه ام او اي وبعد كده هنكتب رقم الايه رقم الايه الكود الرقم اللي هو بتاع كود الطالب هتكتبه البريد الالكتروني بيقول لي اه هو عم نهلي بالليون الاحمر عشان بيقول لي الاسم المستخدم تم استخدامه من قبل بس انا بوضح لكم بس كده اه كلمة المرور هتكتب اي كلمة مرور انت اه يعني تبقى قوية شوية متبقاش يعني اه رقم تليفون او كده يعني تبقى حاجة ايه اه ما تقلش عن تمن حروب او ارقام والافضل ما تبقاش حاجة سهل ان حد يعرفها اه رمز الصف ده اللي فضل لنا دلوقت عشان نعمل انشاء حسابك طب البريد الالكتروني مكتوب بمكوسين اختياري يعني انت اصلا ممكن ما تفضوهش بس لو عندك ايميل حطه مفيش مشكلة عشان لو لو قدر الله انسيت الكلمة سيرجت اقدار تستعادها هنطري ان هيبعتك رسالة على البلد الالكتروني اه رمز الصف بقى هنكتبه فيه هقول لكم نكتبه فيه هنكتب كود معين فيه وبعد كده هنبقى نمسح الكود ده هقول لكم ازاي الكود هو اربعة ايو واي واي بي تمام طب انت واحدة يقول لي مسلا طب ده مش رمز الفصل بتاعي انا لسه ما جاليش رمز الفصل طيب انا هقول لك هتعمل ايه رمز الفصل اللي انا عاملينه ده ده حاجة مؤقتة وبعد كده احنا هنمسحها ونكتب رمز الفصل من جديد هقول لكم ازاي برضه من جوه ان شاء الله اول حاجة دلوقتي اه بعد ما تكتب رمز الفصل اللي انا وتحط طولك ده وهسابه لكم اسفل الفيديو وكتبت كلمة المرور هتعمل حاجة اسمها انشاء حسابك هتضغط هتدخل على طول على ان شاء الله على حسابك ما فيش اي مشكلة بيفتح لك صفحة جديدة هنفتح هنعرف بقى ازاي ازاي تضيع الرمز الفصل وازاي تضيف رمز الفصل بعد ما دخلنا وبعد ما دخلنا دلوقتي على الحساب هنسخل على من فوق هنا زي ما انت شايفين الفصول دراسية انا ضغط على الفصول الدراسية هتلاقي عندك فيه فصل اللي انت دخلت فيه اللي هو اه اربعة اي 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 او اللي انا كاتبه لكم الرمز ده دخلك على الفصل اه اه معين في مدرسة معينة انت هتعمل هتضغط هتلاقي الصف كزا الصف كزا الصف السادس اه انجليزي الصف الرابع الصف التال الخامس تمام هتضغط على الثلاث شورة دول وتقول له انسحاب هقول لك هلأ انت موافق من الانسحاب قول له نعم بعد كده هيجي لك اه تطلع فوق شوية هيجي لك علامة الزائد دي زي ما انت شايفينها او ما تضغط لها فصول دراسية فوق هيجي لك علامة الزائد هتضغط على علامة الزائد دي هيظهر لك يقول لك التحك بفصل دراسي نزلت من علم دهر تمام هتضغط على التحك بفصل دراسي اللي هي نزلت من تحت الزائد دي او من رطع الزائد ويجي لك حاجة اسمها الرمز تضغط الرمز الموجود اللي هيدهو لك مدرس الفصل اللي هتواصل معي جلبي وتبدأ تسأله على اي مشكلة في البحث او الكلام ده وبرضه من المنصة دي هتبدأ ترفع تبدأ ترفع بيها البحث اا عن طريق اا هقول لكم في ما بعد هنرفعه لزاي اا بعد كده بعد ما ترفع البحث يبقى انت كده اتمامت العملية اا تماما وخلصت كل حاجة معناك رفعت البحث يعني خلاص انت راجعت وعملت كل حاجة مطلوبة وبترفع البحث بعد ما اعملت البحث طيب ازاي بقى نعمل البحث بقى اول حاجة احنا كده خلصنا الحمد لله الحاجات دي كلها نطلع بقى قلتنا الاستعلم عن كود والكلام ده كل الحاجات دي هاسبها لكم اسفل الفيديو الاستعلم عن كود والطالب اا يلي فاتح حساب في منصة اا اد مودو ومنصة الالكترونية بعد كده بقى منخش على ايه اا المواضيع البحثية يعني ايه المواضيع البحثية المواضيع البحثي يعني مثلا انا اخترت الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحثي لو ضغطت عليها ضغطة هيظهر لك الشكل ده الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحثي اقرأ المشروعات التالية واختار واحدا منهم للعمل علي هنختار واحد منهم اتنين يمكنك العمل على المشروع منفردا او مع فريق لا يزيد عن ثلاثة من زملائك يعني بك انت يبقى ما يزيدش عن ثلاثة تمام يعني انت واثنين اصحابك ده بالنسبة للصف الرابع اللي ابتدائي تمام هنختار واحد السياحة او هنختار الطاقة او هنختار الصحة او المية اي واحدة من الاربعة دول هو البحث بتاعنا طب نختار على اي اساس يعني لو انت المنهج الخاص بك في اه انت شايف انك انت ممكن تكتب اه كلمات كتير وموضوع يعني ممتاز عن السياحة عشان فيه المواد اللي موجودة عندك سواء علوم او او دراسات او او اللغة العربية او اي مادة تانية بتتكلم عن السياحة بطريقة اه مستفيدة يعني او بطريقة يعني مشروحة درجة كبيرة ما تقدر طبعا تختار ايه الموضوع بالنسبة للمواد اللي عندك كل مكانة الموضوع يعني قريب اوي للمواد بتاعك طبعا يكون افضل واحسن طبعا بعد كده هنعمل ايه احنا دلوقتي حددنا مثلا هنتكلم مثلا في الطاقة هيقول لك دلوقتي في ضغط دراسك كن بعداد مشروع بحسي يتضامن ما يليه البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا جمع معلمات عن قراءة عدات كهرباء منزلي او ايصال في تلات اشهر متتالية او امثله بيانيا بالعامدة اه رابح حاجة حدد الشهر الاكثر استهلاكا على الاقل استهلاكا مواطحا من وجهة نظرك اسباب ذلك وكتب اسم كل شهر باللغة العربية وباخدل العร chewing اخير. تمام سنختار البحس ده وذلك هنعملوه من القوالب الجهزة ال 있고요 سنضغط على الصفحة دي اللي احنا اول واحدة انا جديناها ندخل على القوالب البحثية لما ومراحل تعليمع الاساسية هنضغط عليها ضغطة وايضغلنا الشكل ده دي جميع المراحل التعليمية من الصف التالت اعداد لغاية الصف mandibus بتاعتując احدادي او ثلت اعدادي بهذاpart أقل اختبار الصف الرابع الابتدائي ونحمل القوالب يعني تحميل القوالب الاول اللي هو اللي هو البحث الاول اللي هو السياح اللي هو القالب الاول القالب التاني اللي هو الطاقة اللي انت شايفينه ده تحميل القالب التاني ده الطاقة طيب القالب الثاني لو انت عايز تشوفه بس قبل ما تحمله طيب اه القالب التالت الصحة يقول لك تحميل القالب التالت طيب ايه القالب الرابع الماء تحميل القالب الرابع زي من شايفين صف الرابع اللي ابتدأي تحته تحميل القلب الرابع هتختاره هتحمله عادي عندك على الجهاز سواء كميوتر او لابتوب او موبايل اي ان كان وتبدأ تستخدمه البحث نفسه بيتعامل ببرنامج بس البرنامج اللي احنا هنعمله البرنامج اللي احنا هنعمله مايكروسوفت اوفيس الفين وسبعة او اكتر تمام بعد كده هنفتح البحث ده البحث بعد ما نزلته اللي هو بحث الطاقة للصف الرابع الابتدائي هندخل على البحث هنعرف باقي ايه ده ايه اللي موجود ده اول حاجة للصف الرابع الابتدائي المشروع الثاني الطاقة عنوان الموضوع هتختار عنوان جذاب للموضوع بمعنى هنعمل هنا ونكتب مثلا اهمية الطاقة اه في حياتنا مسلا الرقم التعريفي اللي هو الكود الطالب هتعمل كده هنا وتضغط انتر وتكتب الرقم الكودي بتاعك اللي هو كود الطالب اللي احنا استعلمنا عنه المقدمة هتعمل مقدمة ما تزدش عن خمسين كلمة او ما تقلش عن اربعين كلمة يعني من اربعين لخمسين كلمة المقدمة هتعمل انتر وتبدأ تكتب مقدمة وتنسقها وتقول له مثلا اه المقدمة دي مش من تعليفك انت هجيبها من كتاب المدرسة او من المنصة الايه الالكترونية او المكتاب الرقمية عناصر الموضوع هتكتب موضوع بيتكلم من ربعمائة لخمسمائة كلمة عن الطاقة طبعا من خلال الكتاب المدرسي وكتاب سلاحي التلميز او كتاب المعاصر اه هو بمديك كزا يعني كزا مكان ربعمائة كلمة دي اه تعريبا طلب صفح هو بمديك ادي صفحة اولانية زي ما انت شايفين صفحة تانية فيها صورة وصورة صورة هترفقها وصورة تانية هترفقها بتتكلم عن الطاقة ما يمكن جيبها من جوجل عادي الصفحة التانية هتكتب فيها برضو عن الموضوع درا تبع الموضوع الصفحة التانية صفحة التالتة عن الموضوع برضو النتائج يعني هتقول له احنا اتعلمنا او عرفنا ايه من معلومات في عن الطاقة عارفنا همية الطاقة عارفنا انواع الطاقة المصادر اللي انت استمددت منها البحث الخاص بيه بنك المعرفة المصري كتاب اللغة العربية المدرسي كتاب الرياضيات المدرسي كتاب اللغة الانجليزية المدرسي اي حاجة انت استفادت كتاب العلوم المدرسي الكتاب المدرسات الاجتماعية المدرسي وهكذا ايا كان الايه كتاب اللي انت استعانت به او اا المكتبة الرقمية او ايا كان طيب عايزين نكتب بقى البحث هنعمل ايه المقدمة هنختار مسلا المقدمة هنبحث دلوقتي عن نت كاين لك انت لست بتعمل المشروع جديد اهو بسم الله هندخل على المكتبة الرقمية وهنكتب مسلا الطاقة قبل ما نكتب البحث بنشوف حاجة مهمة او انسيت اقول لكم عليها الكلام اللي هو كاتبهو لك في البحث انك انت ازاي تبحس مكتوب لك البترول والغاز بس اللون عريض شوية او بولد شوية عريض او اا يعني اصمر تي ايد زي ما انتم شايفين البترول والغاز ده اللي هنبحث عنه في اي علامة سيرش البترول والغاز هنكتب البترول والغاز ونقول له انتر تمام بعد كده بعمل حاجة اسمها فلتر يعني ايه اه كلمات الدلالية دلوقتي انا بختار كلمات الدلالية هعمل اكس هنا اه انا عندي عايز اه انا في الصف الرابع الابتدائي بتكلم في الرابع الابتدائي هقول له عرض المزيد من الكلمات الدلالة دي اللي هتعمل لفلتر انا بكلم في سنة ابتدائي جالي لابتدائي فصل دراسي التاني فصل دراسي التاني هعمل سنة رابعة صف الرابع صف الرابع الابتدائي اهو تمام بقول له التعديل والصناعة وتجارة لا جهازة تنفيز في الانسان لا بالبترول والغازة خلينا التعديل والصناعة والتجارة اماكن استفراج ومصادر الطاقة ونقول له ابدأ يبدأ يحمل يبدأ يشرح لنا دلوقتي ونسمع الشرح نعمل التالي نعمل التالي خلينا نشوف حاجة تانية هنشلم الفلاتر ابتدائي صف الرابع نخلينا في ايه اهمية البترول في الوطن العربي نضغط عليها ده من الطاقة حاجة ها في الطاقة هنقول له ايد ده يعني من الشرطي بها هي نفس الايه الصنة اللي انت فيها هنكتفي المقدمة اللي احنا سمحنا ده هنكتب الدرس الثاني هنضغط ضغطة هنكتب الدرس الثاني هنMike بجانبه ماهو مزيده هنده غرا Hum نكتب زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. نسى نسى الخليق اسمر عشان يبقى واضح لكم. نكبر. نكبر الفونت. البترول لها همية كبيرة في النقطة المصانع واسعة للنقطة مختلفة واشتاكم منه منتجات كثيرة تدخل فيه. نفتح فاني نشغل. ترجمة نانسي قنقر تمام دي مقدمة. عايزين نعرف المقدمة دي كم كلمة احنا كتبناها من الشرح اللي هو مكتوب ده. احاج اسمها عدات كلمات هقول لكم عليه. هسيب لكم رابط اسفل الفيديو. اعمل كليك من لصق. اقول له عدد الكلمات. جاء لي تمانية وعشرين. طعم تمانية وعشرين ده قليل. هنعايزين من لخمسين. تمام? احنا عايزين من كم من ربعين لخمسين? هنشوف تاني. فيديو تاني يشرح حاجات تانية. نعمل باك. الموضوع سهل ان شاء الله ما فيش اي مشاكل فيه. خلينا مسلا في البترول هنا كده. اهميته وانتاجه بالكلام ده. نقول له عدد. نسمع الشرح ونسيقه باسلوبنا. ونكتب مسلا المصادر دلوقتي اللي احنا عملناها ده بنك المعرفة عن مصري. وانت بتسمع ممكن تكتب على طول. بقول لي اضغط على الشكل اللي قدامك. هقول له موافق. هقول له مسلا لانتاج العلام اللي المترول. نغرب ضغطة. قبطاني. زي ما انت شايفين كتبنا شوية معلومات كويسة. هنقول له قابي. ونعمل عداد الكلمات. على عداد الحروب. عداد الكلمات اه. نعمل عشان يشيل القديم. ونقول له لصق. ونقول له عدد الكلمات. هنشوف ها كام. اتنين وخمسين. ما فيش مشكلة. هم ممكن نحزف اتنين. ولا حاجة مش قضيب. يعني هي كده في المزوط. ادي اول حاجة من اربعين لخمسين كلمة. دي المقدمة. تمام? بعد كده منطل على عناصر الموضوع. يعني اي عناصر الموضوع? يعني الموضوع اللي انا هكتب فيه. يعني هكتب الموضوع في ايه? اول حاجة طبعا ها يعني يعني هاعرف. اه قبل ما اعمل اي حاجة لازم يعطيها على طول على الايه? اللي انت شايفينه ده اللي هو الصفحة اللي فيها الطاقة. اول حاجة هنتكلم عن البترول والغاز الطبيعي كأحد مصادر الطاقة. تاني حاجة استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا. ده الموضوع تمام يعني هكتب اول حاجة البترول والغاز الطبيعي كأهل مصادر الطاقة. هوضع البترول والغاز الطبيعي كأهل مصادر الطاقة. وبعد كده هكتب في الموضوع بعضه استخدامات البترول والغاز الطبيعي في حياتنا. آآ التالت حاجة جمع معلومات عن قراءة عداد كهرباء منزلي يعني آآ قراءة عداد كهرباء سواء انت صورته وهترفع الصورة على الكمبيوتر وبعد كده هتفضطها. او آآ تجمع او تقاري ان انت المعلومات بتاعة الاخر تلت ايصالات بتاعة ثلاث اشهر متتالية. قضي ايصال في ثلاث اشهر متتالية. وبعد كده بنمثله بينيا بالعمدة. آآ وحدد شهر اقصر استهلاك ومن الاقل استهلاك. طيب انا دلوقتي هعمل كم كلمة. لازم نشوف احنا هنعمل كم كلمة. الموضوع هننزل تحت كده. يقول لك الموضوع من ربعمائة لخمسمائة كلمة. الملخص هو المقدمة. من ربعين لخمسين كلمة ده احنا عملنا خلاص. لما احنا عملنا اثنين وخمسين كلمة. الموضوع ربعمائة لخمسمائة كلمة. والانجليزية خمساش ومالتاريتين كلمة. طيب ايه الانجليزية دي? الانجليزية لو انت اخدت بالك بيقول لك آآآ في الطاقة. حدد الشهر الاكثر استهلاكا مع الاقل سيلاكا الموضحة من وجهة نظرك. اسباب ذلك. وكتب اسم كل شهر باللغة العربية او باحد اللغات الاجنبية اللي هي اللغة الانجليزية او ايا كان اللغة اللي انت بتدرسها. غالبا الانجليزية يعني. بعد كده اه عشان كده هي دي اللغة الاجنبية اللي انت هتسخدمها. ما تزيدش عن ما تقلش عن خمساشر وما تزيدش عن تلاتين كلمة. في اللغة الاجنبية. وبرضه عدادة الكلمات بيعد اللغة الاجنبية اللغة الانجليزية او الفرنسية باقي ان كان بيعدها برده ومش بيعد العربية بس. تمام? بعد كده بعمل انا عايز اعمل من ربعمائة لخمسمية كلمة. يعني تقريبا هعمل في الطاقة في البترول هعمل تقريبا اديمية واستخدام البترول لغاز الطبيعي اديمية. واجمع معلومات عن قراءة عداد كهربائي دي ما عتقلش انها هتجيب مية كلمة. يعني ممكن نخلي دي مسلا مية وخمسين. ودي مية وخمسين. يتفضل كام? يبقى تلتمية كلمة. وبعد كده تخلي دي مسلا نقول خمسين كلمة. يبقى تلتمية وخمسين. ودي مسلا نقول سبعين ولا تمانين. يبقى ايه? ربعمائة وتلاتين ولا حاجة. يبقى تقدر ايه? ايه? يبقى انت عملت بحس. والتزمت برضه بالموضوع. الموضوع ما يقلش عن ربعمائة كلمة وما يزيدش عن خمسمائة كلمة. ولازم نلتزم بالكلام ده يعني بطريقة مهمة جدا يعني. عشان بيدقوا فيه جدا ودي من المشروع ان شاء الله يبقى مكبول. يبقى لقدر الله غير مكبول. مفيش جيد. مفيش جيد جدا. مفيش اي مفيش مانتياز. مفيش ضعيف. لا. هي مقبول او غير مقبول. يعني انت التزمت بالحاجات اللي هو بيقول عليها مقبولة. مالتزمتش غير مقبول. يعني يبيض يسفت زي ما بنقول. بعد كده هنكتب عن البترول الغاز طبيق احد مصادر الطاقة. دلوقتي هنفتح ورد تاني. نشوف بقى المنظر اللي احنا نكتب منه. يعني نفتح كتاب المدرسة. ونشوف في الدراسات مثلا. نشوف في اللغة العربية. نشوف لو فيه درس في اللغة العربية بين البترول او الطاقة او المصابح الكهربية او اي ان كان. اه الكلام ده تبدأ تستمد منه وتبدأ تكتب. ما استعمل ما تكتبش بالنص يعني ايه. يعني خلي فيه تشكيلة يعني يعني اه جملة من هنا على جملة من هنا. يبقاش كل التركيز على انت بتنقل وخلاص ومش عايز منك كده لا. وعايز انك انت يبقى تنوع المصادر عشان تقدر تكتب. ننسينا نكتب في المصادر هنا. معلش هنكتب ايه? هنكتب المصادر اللي احنا اول حاجة احنا عملناها. المصدر الاساسي اللي هو اللي احنا عملنا منه دلوقتي المكتبة الرقمية. بن خسين بنك المعرفة المصري. خليهم لون الاسمر. يعني على طول اه بدري بدري كده يعني ايه? تبدأ على طول تكتب الايه? المصادر الخاصة اللي انت استعنت بياه عشان ما تنساش. عايزين بقى نكتب الموضوع يعني. عايزين نقول بسم الله ونكتب الموضوع. هنكتب الموضوع اول حاجة هنعرف بالاا البترول الغاز طبيعي كاحد مصادر الطاقة. يعني هو بيقولك البترول الغاز طبيعي كاحد مصادر الطاقة. يبقى هنشوف الدرس هنبحث في الدرس. في عندنا موصات الفراشة برضو. اللي انت شايفينها دي. هنكتب مسلا فيها البترول. البترول والغاز الطبيعي. ونعمل انتر. اهو النفط والغاز. النفط الخام مسائل اسود يكون عميقا في بطر الارض. انها وقود سمين. يعني ممكن نجده كده نسخ. ونعملوا لصق هنا. تليك كمين ولصق. الخام مسائل اسود يكون عميقا في بطر الارض. دي هو اتبر ايه? يعني شوية كلمات برضو هتفيدنا. ندخل تاني على المصادر الفراشة. مش هجي مواري متجددة. النفط بدون النفص استققى في الحالة العصرية. النفط للرقية صناعة الوقوف برضو نكتبه. دولي نسخ برضو. نكتب هنا جزء برضو. ده تعريف للايه? هنكتب هنا من المصادر هنكتب مواصلات الفراشة. المصادر اللي احنا استخدمناها. مسلا انت شايف دلوقتي انك انت ما فيش حاجة انك تضيفها تاني الا تلت. الحاجات لأ انت ممكن تصغر الخط. خليه مسلا عشرة او كده شوف الخط صغر خالص. زي ما انت شايفين? الخط صغر تقدر تكتب كزا يعني ممكن تلاتة اربعة يعني مسلا هنا. تلاتة اربع سوري. تلاتة هنكتب اي حاجة اربعة ونكتب اي حاجة خمسة تكتب اي حاجة ستة سبعة تمام? يعني تقدر تكتب كزا حاجة ما تقولش لا ده الخط كبير كده مش هينفع انا هكتب فين? لا. انت لا تعدل على اي حاجة من دي. انت ممكن تعدل عليها لا ما تعدلش. سيب كل المربعات زي ما هي. يعني انت سيب كل المربعات دي يعني ما تكبرش المربع ده او تصغر ده. لا. خليك منتزم باللي هو حاجة طولك. بس حاول انت اقلل او صغر القطور. ما فيش اي مشاكل. وافضل خط تقريبا هو اتناشر. لو ضغطنا اتناشر مسلا او اربعتاشر. على حسن ما انت مرتاح. انت كبر الخط حاليا دلوقتي تخليها باعتاشر. عشان يبقى حتى واضح ليك. اه لو انت نسخت على حاجة ولقيت اللون مش واضح هتقوم عامل اعلامة الايه دي. اه بحسن هو يبقى باللون الاسود. بعد كده احنا اخترنا دلوقتي عملنا مقدم. اه كل ده عن الموضوع. يعني انا بتكلم في الموضوع دلوقتي. تمام? بعد كده دي موضوع طرف فراشة. هشوف مسلا البترول اهمية البترول اضغط عليها ضغطة. رزيزkk تمام اللي انا قرأناه او اللي احنا سمعناه اه بداية تكتبه واللي انت تفهمه من الموضوع بتكتبه بكل سهولة وبحيث انك انت تشوف الكلام انت ما تكتبهوش حرفيا انت هتحاول تفهم وتكتب اللي انت تقدر تعبر به اه دلوقتي كتبنا مثلا شوية قويسين عايزين نعرف عددهم قد ايه كل ده عشان من البترول والغاز الطبيعي انا بقول لك انا عايز تعريبة انا عايز مية مية تعريبة انا دلوقتي نشوف عدد الفروف قول له عدد تنشيط قوله كليك يمين ولسك قوله عدد الكلمات تسعة وسبعين كلمة طبعا دي حاجة كويسة تسعة وسبعين كلمة انا نكملناش وقت الحمد بالله بعد كده بعد كده ده بالنسبة للموضوع هنشوف بقى مصادر تانية نشوف الكتاب المدرسي اه حاجة بتتكلم عن الطاقة اه بتتكلم عن مصادر الطاقة البترول او الغاز الطبيعي اه بعد كده تختار استخدام بترول الغاز طبيعي في حياتنا تمام انت ممكن تكتب في هنا في المكتب الرقمية نرجع بك البترول والغاز في حياتنا اهي موجود اهي نضغط ضغطة قوله ابدأ شرح برضو فيديو لا ده مش هينفع الشغل والطاقة لا ده حاجة فيزية تقريبا توزيحه كل البترول في الوطن العربي شوف تتكلم نستفيد منها معلومة ولا لا نبدأ نحطات بحسنا انت بتنتقي المعلومات وتبدأ نقول له يبدأ نختار البلد مثلا مصر خلينا في المكتب الرابع ستودين نغو خليها شوف كتبنا اللي هو هو العلي بعد كده بنشوف نختار بلد تاني مصر مسلا غصة شكير العلمين وبلاعين تمام دلوقتي برضو مش عايزين ننسى احنا نتكلم عن استخدام البترول وغاز طبيعي في حياتنا طبعا هكتب بقى دي سهل يعني نكتب استخدام المواصلات الفراشة هكتب لغاز طبيعي في حياتنا لغاز طبيعي في نكتب لغاز نشوف لغاز بس كده نشوف لغاز طبيعي في حاجات تمام الحمد لله فتح ختحت شوية معلوماتها بيه طورة ماذا حس اننا بس راحا دي تعريفات نشوف تاني استخدام بترول وغاز طبيعي في حياتنا هنكتب يعني مش محتاجة يعني هنكتب ويستخدم في وقود السيارات والحافلات وكذلك وكذلك استخدم الغاز الطبيعي في مواقع قدمة في المنازل وكذلك 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 وتستمر المصانع من الطاقة طبعا هناك استخدمة كتير جدا كي تعمل التوزيع هكو الخاصة رفناها نعمل باك ميوالد الطبيعية مصادر التقريض متقددة بطول طور انت بطول وطن عربي نروح عليها كله اداء سيشرح لينا دلوقتي الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 آآ 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 يعني نتيجة البحث اللي انت عملته ايه? عرفت مسلا آآ تعلمنا او آآ اهمية الايه? اهمية البترول في حياتنا مسلا. اهمية البترول في حياتنا. تمام? تاني حاجة آآ عرفت انت آآ انواع مصادر الطاقة. انواع مصادر الطاقة. انت عرفتها. معرفة انواع مصادر الطاقة. معرفة انواع مصادر الطاقة. نشوف مثلا البحث هو كان كتب لنا ايه? آآ جمع المعلومات عن قاعدة عداد ترات عشو ما سربي ايه بالعمدة? عرفنا مسلا الايه? الاستهلاك. اليومي والشهري. آآ للطاقة. الطاقة بننزله. تمام? يعني تقريبا دي النتائج للمشروع اللي انت عملته. طبعا لو عايز تعمل النتائج تانية وما فيش مكان طبعا زي ما احنا قولنا هتحددهم وتقللوا كده. او تكتب على طول تضغط هنا وتضغط حد عشر او عشرة. وكده يبقى انت عندك مساحة تانية انك انت تكتب. تكتب كمان كلمة تانية. وكمان كلمة تانية. تمام? تمان نتائج تانية يعني ست نتائج. انا بقول لكم برضو مرة تانية ما حدش يلعب في ايه? في المستطيلات دي ويحددها ويكبرها ويصغرها عشان يبوص الدنيا. وعشان الحاجات دي تبقى هي زي دي عايز زينها زي استنبا. او قوالب جهزة انك انت متلعبش فيها. هي اسمها قوالب جهزة عشان انت متلعبش فيها وتسيبها زي ما هي. وتملى بس الايه الكلمة التملى بس الايه اللي داخلها بس. مش اكتر الالي. تمام? آآ يا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش اشتراك في القناة. آآ لو في اي سؤال سيبوا في التعليقات وهارد عليكم على طول فورا. آآ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم وانسو حمد ابراهيم من قناتكم محمد حمودة للتقنيات. ان شاء الله انه هناخد ازاي آآ تسجل في موقع آآ او المنصة الالكترونية. طبعا دلوقتي آآ اغلب الناس معها رموز الفصل او رمز الفصل الخاص بيك. سواء لللغة العربية ورياضيات او ايا كان. آآ بتعمل اول حاجة طبعا بتخدش على الموقع ايدمودو. هتسلبكم الرابط اسفل فيديو. هتدخل على حساب طالب لو انت طالب او حساب معلم. آآ او حساب ولية امر ايا كان. خلينا بس الحساب طالب الاول. قبل ما تدخل على ايدمودو لازم تخدش على حاجة مهمة جدا. حاجة اسمها استعلام عن اكواد الطلاب. تمام? آآ اول حاجة هتكتب الرقم القومي آآ اللي اربعتاشر رقم هتكتبهم كاملين. وتكتب تاريخ الميلاد سنة الميلاد والشهر واليوم. وبعد كده تختار المحافظة جميع محافظات مصر موجودة وتختار انها ذكر ولا انسة وتقبل تسجيل الدخول. هيديك رقم مقوم من تسع ارقام. ده اسمه آآ الكود الطالب. بعد كده بتخدش على ايدمودو. اصدوكم الرابط ده اسفل الفيديو. وتضغط على حساب طالب. لازم يكون معاك آآ حاجتين دلوقت. اول حاجة رمز الفصل اللي انت هتاخده. ولو انت كمان معاكش رمز الفصل لما فيش مشكلة. انا هقول لك هنعمل ايه? آآ التاني حاجة يكون معاك كود الخاص بيك. الاسم الاول هتكتب اسمك الاول. اللي هو موجود هنا فوق. واسم العائلة هتكتب اسمك التاني او اسم العائلة. مش فرقة. آآ وتكتب آآ رمز الصف. انا هقول لك هنعمل ايه في دلوقت. اسم المستخدم بقى اللي هو فيه الكلام. هنكتب آآ ام او اي. وبعد كده هنكتب رقم الايه. رقم الايه الكود. الرقم اللي هو بتاع كود الطالب هتكتبه. كنترول هي. البريد الالكتروني. بقول لي اهو عم انهلي بالليون الاحمر عشان بقول لي الاسم المستخدم تم استخدامه من قبل. بس انا بوضح لكم بس كده. آآ كلمة المرور هتكتب اي كلمة مرور انت يعني تبقى قوية شوية ما تبقاش يعني آآ رقم تليفون او كده يعني تبقى حاجة ايه آآ ما تقلش عن تم حروق او ارقام. والافضل ما تبقاش حاجة سهلة ان حد يعرفها. آآ رمز الصف ده اللي فضل لنا دلوقت عشان نعمل انشاء حسابة. طب البريد الالكتروني مكتوب بمكوسين اختياري يعني انت اصلا ممكن ما تفضوهش. بس لو عندك ايميل حطه مفيش مشكلة عشان لو لو قدر الله انسيتك كلمة سيرجت اقدر تستعدها. هنطري ان هاي بعتك رسالة على البريد الالكتروني. آآ رمز الصف بقى هنكتبه فيه. هقول لكم نكتبه فيه. هنكتب كود معين فيه. وبعد كده هنبقى نمسح الكود ده. هقول لكم ازاي. الكود هو اربعة اي يو واي واي بي. تمام طب انت واحدة يقول لي مسلا طب ده مش رمز الفصل بتاعي. انا لسه ما جاليش رمز الفصل. طيب انا هقول لك هتعمل ايه? رمز الفصل اللي احنا عاملينه ده ده حاجة مؤقتة وبعد كده احنا هنمسحها ونكتب رمز الفصل من جديد. هقول لكم ازاي برضه من جوه ان شاء الله. اول حاجة دلوقتي آآ بعد ما تكتب رمز الفصل اللي انا وتحططه لك ده وهسابه لكم اسفل الفيديو. وآآ كتبت كلمة المرور. هتعمل حاجة اسمها انشاء حسابك. هتضغط هتدخل على طول على آآ ان شاء الله على حسابك ما فيش اي مشكلة. بيفتح لك صفحة جديدة. هنفتح هنعرف بقى ازاي? ازاي تضيع الرمز الفصل وزاي تضيف الرمز الفصل. بعد ما دخلنا وبعد ما دخلنا دلوقتي على الحساب هندخل على من فوق هنا زي ما انت شايفين الفصول الدراسية. انا ضغط على الفصول الدراسية. هتلاقي عندك في فصل انت دخلت فيه. اللي هو آآ اربعة اي اي يو اللي انا كاتبه لكم الرمز ده. دخلك على الفصل آآ آآ معين في مدرسة معينة. انت هتعمل هتضغط هتلاقي الصف كزا الصف كزا الصف السادس آآ انجليزي الصف الرابع الصف الخامس. تمام? هتضغط على الثلاث شورة دول وتقول له انسحاد. هقول لك هلأ انت موافق من الانسحاد? قل له نعم. بعد كده هيجي لك آآ تطلع فوق شوية هيجي لك علامة الزائد دي. زي ما انت شايفينها. او ما تضغط على الفصول دراسية فوق. هيجي لك علامة الزائد. هتضغط على علامة الزائد دي هيظهر لك يقول لك التحك بفصل دراسي. نزلت من علم ده. تمام? هتضغط على التحك بفصل دراسي اللي هي نزلت من تحت الزائد دي او ما تضغط على الزائد. ويجي لك حاجة اسمها الرمز. تضغط الرمز الموجود اللي هيدهه لك مدرس الفصل اللي هتواصل معي. وتبدأ تسأله على اي مشكلة في البحث او الكلام ده. وبرضه من المنصة دي هتبدأ ترفع ترفع بيها البحث. اه عن طريق اه هقول لكم في ما بعد هنرفعه لزاي. اه بعد كده بعد ما ترفع البحث يبقى انت كده اتمامت العملية اه تماما وخلصت كل حاجة. معناك رفعت البحث يعني خلاص انت رجعت وعملت كل حاجة مطلوبة وبترفع البحث. بعد ما عملت البحث. طيب ازاي بقى نعمل البحث بقى? اول حاجة احنا كده خلصنا الحمد لله الحاجات دي كلها. نطلع بقى. عرفنا الاستعلم عن كود والطلاب ده. كل الحاجات دي هسيبها لكم اسفل فيديو. الاستعلم عن كود والطالب. اه يليه الفاتح حساب في اه منصة اه اه منصة الالكترونية. بعد كده بقى منخش على ايه? اه المواضيع البحثية. يعني ايه المواضيع البحثية? المواضيع البحث يعني. مسلا انا اخترت الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحثي. لو ضغطت عليها ضغطة هيزهر لك الشكل ده. الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحثي. اقرأ المشروعات التالية واختار واحدا منهم للعمل عليه. هنختار واحد منهم. اتنين يمكنك العمل على المشروع منفردا او مع فريق ليزيد عن ثلاثة من زملائك يعني بك انت يبقى ما يزيدش عن ثلاثة تمام يعني انت واثنين اصحابك ده بالنسبة للصف الرابع الابتدائي تمام هنختار واحد السياحة او هنختار الطاقة او هنختار الصحة او المية اي واحدة من الاربعة دول هو البحث بتاعنا طب نختار على اي اساس يعني لو انت المنهج الخاص بيك في اه انت شايف انك انت ممكن تكتب اه كلمات كتير وموضوع يعني ممتاز عن السياحة عشان في المواد اللي موجودة عندك سواء علوم او او دراسات او او اللغة العربية او اي مادة تانية بتتكلم عن السياحة بطريقة اه مستفيدة يعني او بطريقة يعني مشروحة بدرجة كبيرة ما تقدر طبعا تختار الموضوع بالنسبة للمواد اللي عندك كل مكانة الموضوع يعني قريب او للمواد بتاعك طبعا يكون افضل واحسن طبعا بعد كده هنعمل ايه احنا دلوقتي حددنا مثلا هنتكلم مثلا في الطاقة هيقول لك دلوقتي في ضغ دراسك كن بعداد مشروع بحسي يتضامن ما يليه البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا جمع معلمات عن قراءة عدات كهرباء منزلي او ايصال في تلات اشهر متتالية ومثله بيانيا بالعامدة اه رابح حاجة حدد الشهر الاكثر استهلاكا على الاقل استهلاكا موطحها من وجهة نظرك اسباب ذلك واكتب اسم كل شهر باللغة العربية وباحد اللغات الاجنبية تمام هنختار البحث ده ازاي وهلي هنعمله ازاي من القوالب الجهزة اللي وزارة التربية والتعليم عاملة هنضغط على الصفحة دي اللي احنا اول واحدة احنا جبناها ندخل على القوالب البحثية المراحل للتعليمية الاسسية هنضغط عليها ضغطة هيزغلنا الشكل ده دي جميع المراحل التعليمية من الصف التلت اعدادي لغاية الصف الثلاث اعدادي من تلت ابتدائي لتلت اعدادي هنختار الصف الرابع الابتدائي ونحمل القوالب يعني ايه القوالب يعني تحميل القالب الاول اللي هو اللي هو البحث الاول اللي هو سياحة اللي هو القالب الاول القالب التاني اللي هو الطاقة اللي انت شايفينه ده تحميل القالب التاني ده الطاقة طيب القالب الثاني لو انت عايز تشوفه بس قبل ما تحمله طيب اه القالب التالت الصحة يقول لك تحميل القالب الثالث. طيب ايه القالب الرابع الماء. تحميل القالب الرابع. زي من شافين صف الرابع اللي ابتدأي تحته تحميل القالب الرابع. هتختاره هتحمله عادي عندك على الجهاز سواء كمبيوتر او لابتوب او موبايل اي ان كان. وتبدأ تستخدمه. آآ البحث نفسه بيتعمل ببرنامج وورد. بس البرنامج وورد اللي احنا هنعمله. مايكروسوفت اوفيس الفين وسبعة او اكتر. تمام? بعد كده هنفتح البحث. ده البحث بعد ما نزلته. اللي هو بحث الطاقة للصف الرابع الابتدائي. هندخل على البحث. هنعرف بقى ايه ده? ايه اللي موجود ده? اول حاجة للصف الرابع الابتدائي المشروع الثاني الطاقة. عنوان الموضوع هتختار عنوان جزاب للموضوع. بمعنى هنعمل هنا ونكتب مسلا اه اهمية الطاقة في حياتنا. مسلا الرقم التعريفي اللي هو الكود الطالب. هتعمل كده هنا وتضغط انتر وتكتب الرقم الكودي بتاعك اللي هو كود الطالب اللي احنا استعلمنا عنو. المقدمة هتعمل مقدمة ما تزدش عن خمسين كلمة او ما تقلش عن اربعين كلمة. يعني من اربعين لخمسين كلمة المقدمة. هتعمل وتبدأ هتكتب مقدمة. وتنسقها. وتقول له مسلا اه المقدمة دي مش من تعليفك انت هجيبها من كتاب المدرسة او من المنصة الايه الالكترونية. او المكتبة الرقمية. عناصر الموضوع هتكتب موضوع بيتكلم من ربعمائة لخمسينة كلمة عن الطاقة. طبعا من خلال الكتاب المدرسي وكتاب سلاح التلميز او كتاب المعاصر. اه هو بمديك كزا يعني كزا مكان. عبارة كلمة دي. اه تعريبا طلت صفحة. هم اديك ادي صفحة اولانية زي ما انتم شايفين. صفحة تانية فيها صورة وصورة. صورة هترفقها وصورة تانية هترفقها بتتكلم عن الطاقة. ممكن جيبها من جوجل عادي. الصفحة التانية هتكتب فيها برضو عن الموضوع. ده اعتبع الموضوع الصفحة التانية. صفحة التالتة عن الموضوع برضو. النتائج هتعرق يعني هتقول له احنا تعلمنا او عرفنا ايه من اه معلومات في عن الايه عن الطاقة. عرفنا اهمية الطاقة. عرفنا اه انواع الطاقة. اه الكلام ده. المصادر اللي انت استمديت منها البحث الخاص به. بنك المعرفة المصري. اه كتاب اللغة العربية المدرسي. كتاب الرياضيات المدرسي. كتاب اللغة الانجليزية المدرسي. اه اي حاجة انت استفدت كتاب العلوم المدرسي. كتاب المدرسات الاجتماعية المدرسي. وهكذا ايا كان الايه كتاب اللي انت استعانت به. او اه المكتبة الرقمية او ايا كان. طيب عايزين نكتب بقى البحث. هنعمل ايه? المقدمة. هنختار مسلا المقدمة. هنبحث دلوقتي عن نت. كاين لك انت لسه بتعمل مشروع جديد اهو. بسم الله. هندخل على المكتبة الرقمية وهنكتب مسلا الطاقة. قبل ما نكتب البحث بنشوف حاجة مهمة او انسيت اقول لكم عليها. الكلام اللي هو كاتبهوه لك في البحث انك انت ازاي تبحس مكتوب لك البترول والغاز بس اللون عريض شوية او بولد شوية عريض. او اه يعني اصمر تقييد زي ما انتم شايفين البترول والغاز. ده اللي هنبحث عنه في اي علامة سيرش. البترول والغاز. هنكتب البترول والغاز. ونقول له انتر. تمام? بعد كده بعمل حاجة اسمها فلتر. يعني ايه? اه كلمات الدلالية. دلوقتي انا بختار كلمات الدلالية هعمل اكس هنا. اه انا عندي عايز اه انا في الصف الرابع الابتدائي. بتكلم في الربع الابتدائي. هقول له عرض المزيد من الكلمات الدلالة. دي اللي هتعمل لي فلتر. انا بتكلم في سنة ابتدائي. جالي الابتدائي. فصل دراسي التاني. فصل دراسي التاني. هعمل سنة رابعة صف الرابع. صف الرابع الابتدائي اهو. تمام. بقول ليه التعديل والصناعة والتجارة? لا. الجهازة تنفيز في الانسان? لا. ده البترول والغازة. خلينا التعديل والصناعة والتجارة. اماكن استفراج ومصادر الطاقة. ونقول له ابدأ. يبدأ يحمل. يبدأ يشرح لنا دلوقتي ونسمع الشرح. نعمل التالي. نعمل التالي. ديب. خلينا نشوف حاجة تانية. هنشلم الفلاتر ابتدائي. صف الرابع. نخلينا في الايه? اهمية البترول في الوطن العربي. نضغط عليها. ده من الطاقة. حاجة في الطاقة. هنقول له ايد ده. يعني مش شرطي بها هي نفس الايه? الصناعة اللي انت فيها. هنكتفي المقدمة. اللي احنا سمعنا ده. هنكتب الدرس الثاني هنضغط داتا. هنكتب زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. نسأل خليق اسمر عشان يبقى واضح ليكم. نكبر. نكبر الفونت. البترول اللي اهمية كبيرة في النارة المصانع واسعة للنقل مختلفة واشتاكم منه منتقات كثيرة تدخل فيه. نفتح فاني نشغل. نكتب. اشتركوا في القناة . اشتركوا في القناة تمام دي مقدمة عايزين نرى في المقدمة دي كم كلمة احنا كتبناها من الشرح اللي هو مكتوب ده. احاج اسمها عدات كلمات هقول لكم عليه. هسيب لكم رابطه اسفل الفيديو. اعمل كليك كمين لصق. اقول له عد الكلمات. جالي تمانية وعشرين. طبعا عشرين ده قليل. احنا عايزين من اربعين لخمسين. تمام? احنا عايزين من كم? من اربعين لخمسين. هنشوف تاني. فيديو تاني يشرح حاجات تانية. نعمل باك. الموضوع سهل ان شاء الله. ما فيش اي مشاكل فيه. خلينا مسلا في البترول هنا كده. اهميته وانتاجه الكلام ده. نقول له عدق. نسمع الشرح ونسيقه باسلوبنا. ونكتب مسلا المصادر دلوقتي اللي احنا عملناها ده بنك المعرفة عن مصري. وانت بتسمع ممكن تكتب على طول. وبقول له اضغط على الشكل اللي قدامك. هقول له موافق. هقول له مسلا لانتاج العلامي اللي نقسم على مسيقه ونضغط ضغطة. وقبتاني زي ما انتم شايفين كتبنا شوية معلومات كويسة هنقول له ونعمل عدد الكلمات على عدد الكلمات نعمل عشان يشيل القليل ونقول له لصق ونقول له عدة الكلمات هنشوفها كام اتنين وخمسين ما فيش مشكلة هم ممكن نحزف اتنين ولا حاجة مش قضية يعني هي كده في المزبوط ادي اول حاجة من اربعين لخمسين كلمة دي المقدمة تمام بعد كده بنطل على عناصر الموضوع يعني عناصر الموضوع يعني الموضوع اللي انا هكتب فيه يعني هكتب الموضوع في ايه اول حاجة طبعا يعني هعرف قبل ما اعمل اي حاجة لازم عناية على طول على الايه اللي انتم شايفينه ده اللي هو الصفحة اللي فيها الطاقة اول حاجة هنتكلم على البترول للغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة تاني حاجة استخدام البترول للغاز الطبيعي في حياتنا ده الموضوع تمام يعني هكتب اول حاجة البترول للغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة هوضع البترول للغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة وبعد كده هكتب في الموضوع بعضه استخدامات البترول والغاز الطبيعي في حياتنا تارت حاجة جمع معلومات عن قرية عداد كهرباء منزلي يعني قرية عداد كهرباء سواء انت صورته وهترفع الصورة على الكمبيوتر وبعد كده هتفقدها او تجمع او تقاري ان انت المعلومات بتاع الاخر ثلاث ايصالات بتاع ثلاث اشهر متتالية الزي ايصال في ثلاث اشهر متتالية وبعد كده بنمثل بينها بالعمدة وحدد اشهر الاقصى استهلاكا ومن الاقل استهلاكا طيب انا دلوقتي هعمل كام كلمة لازم نشوف احنا هنعمل كام كلمة الموضوع هننزل تحت كده يقول لك الموضوع من ربعمائة لقمسمائة كلمة الملخص هو المقدمة من ربعمائين لخمسين كلمة ده احنا عملنا خلاص لما احنا عملنا اتين وخمسين كلمة الموضوع ربعمائة لخمسمائة كلمة والانجليزية خمساشه وتاريتين كلمة طب ايه انجليزية دي الانجليزية او انت خدت بالك بيقول لك في الطاقة حدد الشهر الاقصى استهلاكا امي واضحها من وجه نظرك أسباب ذلك واربته باسم كل شquez باللغة العربية وتسقال بأحد لغات الأجنبية اللي هي اللغة الانجليزية أو أي اذا كان اللغة التي تدرسها غالباً الانجليزية يعني بعد ب monitore عشان كده هي دي اللغة الانجليزية التي ستسقلها لم تدخل خم 18 وتناس يا بديك عن 30 كلمة في اللغة الاجنبية وبرضو عدد الكلمات ليعد اللغة الانجليزية الا Direnctiv تمام؟ بعد ذلك انا اريد ان اقوم بعمل موضوع من 400 و 500 كلمة يعني تقريبا هعمل في الطاقة في البترول هعمل تقريبا اديمية واستخدام البترول للغاز الطبيعي اديمية وجمع معلومات عن قراءة عداد الكهربائي دي ما اعتقلش انها تجيب 100 كلمة يعني ممكن نخلي دي مثلا 150 وده 150 يتفضل كم يبقى 300 كلمة وبعد ذلك تخلي دي مثلا نقول 50 كلمة يبقى 350 وده مثلا نقول 70 ولا 80 يبقى ايه 430 ولا حاجة يبقى تقدر يبقى انت عملت بحس والتزمت برضو بالايه بالموضوع الموضوع ما يقلش عن 400 كلمة وما يزيدش عن 500 كلمة ولازم نلتزم بالكلام ده يعني طريقة مهمة جدا يعني عشان بيدقوا فيه جدا وده من المشروع ان شاء الله يبقى مكبول يبقى لقدر الله غير مكبول مفيش جايد مفيش جايد جدا مفيش اي امتياز مفيش ضعيف لا هي مقبول او غير مقبول يعني انت التزمت بالحاجات اللي هو بقول عليها مقبولة ملتزمتش غير مقبول يعني ياب ياض يسفد زي ما بنقول بعد كده هنكتب عن البترول غاز طبيعي احد مصادر الطاقة دلوقتي هنكتح وورد تاني نشوف بقى المنظر الي هن نكتب منه يعني نفتح كتاب المدرسة ونشوف في دراسات مثلا نشوف في اللغة العربية اه نشوف اه لو فيه درس في اللغة العربية بين البترول او الطاقة او المصابح الكهربية اه الكلام ده تبدأ تستمد منه وتبدأ تكتب مستعمل تكتبش بالنص يعني ايه يعني خلي فيه تشكيلة يعني يعني اه جملة من هنا على جملة من هنا يبقاش كل التركيز على انت بتنقل وخلاص ومش عايز منك كده لا وعايز انك انت يبقى تنوع المصادر عشان تقدر تكتب ننسينا نكتب في المصادر هنا معلش هنكتب ايه هنكتب المصادر اللي احنا اول حاجة احنا عملناها الماظر الاساسي اللي هو اللي احنا عملنا منه دلوقتي المكتبة الرقمية بين خسين بنك المعرفة المصري خليهم لون الاسمر يعني على طول بدري بدري كده يعني ايه تبدأ على طول تكتب ايه المصادر الخاصة اللي انت استعنت بيه عشان ما تنساش حيزين بقى نكتب الموضوع يعني هايزين بسم الله ونكتب الموضوع هنكتب الموضوع اول حاجة هنعرف البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة يعني هو بقول لك البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة يبقى هنشوف الدرس هنبحث في الدرس في عندنا مواصلات الفراشة برضو اللي انتم شايفينها دي هنبتل مسلا فيها البترول. البترول والغاز الطبيعي. ونعمل انتر. اهو النفط والغاز. النفط الخامس الاسود يكون عميقا في باطل الارض. انه يكون سمين. يعني ممكن ناخده كده نسخ. ونعملوا لصقة هنا كليك كمين ولصق. النفط الخام. النفط الخام مسائل الاسود يكون عميقا في باطل الارض. دي هو اتبر ايه? يعني شوية كلمات برضو هتفيدنا. ندخل تاني على النصات الفراشة. مش عايزين موري متجددة. المفط بدون النص تتوقف الحالة العصرية. المفط للغوية صناعة العقود برضو نكتبه. دولي نسخ برضو. نكتب هنا جزء برضو. ده تعريف للايه? هنكتب هنا من المصادر. هنكتب موساط الفراشة. المصادر اللي احنا استخدمناها. مسلا انت شايف دلوقتي انك انت ما فيش حاجة انك تضفها تاني الا تلات حاجات. لا انت ممكن تصور الخط. خليه مسلا عشرة او كده شوف الخط الصغر خالص. ساهمين شايفين? الخط الصغر تقدر تكتب كزا باند. يعني ممكن تلاتة اربعة. يعني مسلا هنا. تلاتة اربع. سوري. تلاتة. هنكتب اي حاجة اربعة. ونكتب اي حاجة. خمسة. تكتب اي حاجة. ستة. سبعة. تمام? يعني تقدر تكتب كزا حاجة ما تقولش لا ده الخط كبير كده مش هينفع. انا هكتب فين? لا. انت لا تعدل على اي حاجة من دي. انت ممكن تعدل عليها. لا ما تعدلش. سيب كل المربعات زي ما هي. يعني انت سيب كل المربعات دي. يعني ما تكبرش المربع ده او تصغر ده. لا. خليك منتزم باللي هو محزة طولك. بس حاول انت اقلل او صغر القطور. ما فيش اي مشاكل. وافضل خط تقريبا هو اتناشر. لو ضغطنا اتناشر مسلا او اربعتاشر. على حسن ما انت مرتاح. انت كبر الخط حاليا دلوقتي تخليها اربعتاشر. عشان يبقى حتى واضح ليك. اه لو انت نسخت على حاجة ولقيت اللون مش واضح هتقوم عامل اعلامة الايه دي. بحسن هو يبقى باللون الاسود. بعد كده احنا اخترنا دلوقتي عملنا مقد اه ده كل ده عن الموضوع. يعني انا بتكلم في الموضوع دلوقتي. تمام? بعد كده دي موساط الفراشة. هشوف مثلا البترول اهمية البترول. اضغط على ضغطة. ههو. تمام? اللي انا قرأناه او اللي احنا سمعناه اه بدأت تكتبه. واللي انت تفهمه من الموضوع بتكتبه بكل سهولة. وبحس انك انت اه تشوف الايه الكلام انت ما تكتبهوش حرفيا انت هتحاول تفهم وتكتب اللي انت تقدر تعبر به. اه دلوقتي كتبنا مسلا شوية قويسين. انا عايزين نعرف عددهم قد ايه. كل ده عشان من البترول والغاز طبيعي. انا بقول لك انا عايز تعريبة انا عايز مية. مية تعريبة. انا دلوقتي نشوف عددهم الفروف. اقول له. عدد تنشيط. اقول له كليك يمين ولسك. اقول له قد الكلمات تسعة وسبعين كلمة. طبعا دي حاجة كويسة. تسعة وسبعين كلمة. ما نكملناش وقت. الحمد بالله. بعد كده. بعد كده. ده بالنسبة للموضوع هنشوف بقى مصادر تانية. هنشوف الكتاب المدرسي. اه حاجة بتتكلم عن الطاقة. اه بت تتكلم عن مصادر الطاقة. البترول او الغاز الطبيعي. اه بعد كده تختار استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا. تمام. انت ممكن تكتب في هنا. في المكتبة الرقمية. نرجع بك. البترول والغاز. في حياتنا. نقل له انتر. الكهرباء في عامية البترول والغاز العربية. الكهرباء في حياتنا اهي موجودة اهي. نضغط ضغطة. قل له ابدأ. شرح برضو فيديو. لا ده مش هينفع. الشغل والطاقة. لا ده حاجة الفيزيية تقريبا. توزيحه كل البترول في وطن عربي. شوف تتكلوني. نستفيد منها معلومة ولا لأ? نبدأ نحطات بحسنا. انت بتنتقي المعلومات وتبدأ. هنقول له يبدأ. نخطر البلد. مثلا مصر. خلينا في المماركة العربية السعودية نغطيها. شوف كتبنا. اللي هو هو قال عليه. بعد كده بنشوف نعمل اكس. بنختار بلد تاني مصر مسلا. بس شكير. العلمين. وبلاعين. تمام? دلوقتي برضو مش عايزين ننسى هم نتكلم عن استخدام البترول الغاز الطبيعي في حياتنا. طبعا هكتب بقى دي سهلة يعني. يعني نكتب استخدام المواصلات الفراشة. تبقى البترول والغاز طبيعي. هكتب البترول الغاز الطبيعي في حياتنا. البترول الغاز طبيعي في نكتب البترول الغاز. نشوف البترول بس كده. نشوف البترول الغاز. ممكن تبقى في حاجات. تمام? الحمد لله فتح. فتحت شوية معلوماتها ايه? طورة مازا حس انه بس راحة. دي تعريفات. نشوف تاني استخدام بترول الغاز طبيعي في حياتنا. هنكتب يعني مش محتاجة يعني هنكتب وليستخدم في آآ وقود السيارات. والحافلات. وكذلك. آآ وكذلك استخدم الغاز الطبيعي في مواطبنا. المنزل. وآآ. وتستمل . مصانع . منذ الطاقة. طبعا ، في استخدامة كتير جدا بقى. هذا كي تعمل توزيرها في الخصر اثنان نعمل ميوالد طبيعية مصادر التقر مزيدة بتفير طور انت كنت وطن عربي نروح عليها هيشرح لنا دلوقتي الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 دي تبقى هي زي دي عايز زينها زي استنبا او قوالب جهزة انك انت ما تلعبش فيها يا اسمها قوالب جهزة عشان انت ما تلعبش فيها وتسيبها زي ما هي وتملى بس الايه الكلامة تملى بس الايه اللي داخلها بس مش اكتر الالي تمام آآ يا رب يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش اشتراك في القناة آآ لو في اي سؤال سيبوك التعليقات وهارد عليكم على طول فورا آآ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد ابراهيم من قناتكم محمد حمودة للتقنيات ان شاء الله هناخد ازاي آآ تسجل في موقع ايدمودو آآ او المنصة الالكترونية طبعا دلوقتي آآ اغلب الناس معها رموز الفصل او رمز الفصل الخاص بيك آآ سواء لللغة العربية والرياضيات او ايا كان آآ بتعمل اول حاجة طبعا بتخدش على الموقع ايدمودو هسلكوا الرابط اسفل فيديو هتدخل على حساب طالب او انت طالب او حساب معلم آآ او حساب ولية امر ايا كان خلينا بس الحساب طالب الاول قبل ما تدخل على ايدمودو لازم تخش على حاجة مهمة جدا حاجة اسمها استعلام عن اكواد الطلاب تمام آآ اول حاجة هتكتب الرقم القومي آآ الاربعتاشر رقم هتكتبهم كاملين بتكتب تاريخ ميلاد سنة الميلاد والشهر واليوم وبعد كده تختار المحافظة جميع محافظات مصر موجودة وتختار انها ذكر ولا انسة وتقبل تسجيل الدخول هيديك رقم مكوم من تسع ارقام ده اسمه آآ الكود الطالب بعد كده بتخدش على ايدمودو هسلكوا الرابط ده اسفل في الفيديو وتطغط على حساب طالب لازم يكون معاك آآ حاجتين دلوقت اول حاجة رمز الفصل اللي انت هتاخده ولو انت كمان معاكش رمز الفصل ما فيش مشكلة انا هقول لك هنعمل ايه آآ تاني حاجة يكون معاك كود الخاص بيك الاسم الاول هتكتب اسمك الاول اللي هو موجود هنا فوق واسم العائلة هتكتب اسمك التاني او اسم العائلة مش فرقة آآ وتكتب آآ رمز الصف انا هقول لك هنعمل ايه في دلوقت اسم المستخدم بقى اللي هو فيه الكلام هنكتب آآ م او اي وبعد كده هنكتب رقم الايه رقم الايه الكود الرقم اللي هو بتاع كود الطالب هتكتبه البريد الالكتروني بيقول لي هو عمل هلي بالليون الاحمر عشان بيقول الاسم المستخدم تم تستخدمه من قبل بس انا بوضح لكم بس كده آآ كلمة المرور هتكتب اي كلمة مرور انت يعني تبقى قوية شوية ما تبقاش يعني آآ رقم تليفون او كده يعني تبقى حاجة ايه آآ ما تقلش عن تمان حروق او ارقام والافضل ما تبقاش حاجة سهل ان حد يعرفها آآ رمز الصف ده اللي فضل لنا دلوقت عشان نعمل انشاء حسابه طب البريد الالكتروني مكتوب بين قوسين اختياري يعني انت اصلا ممكن ما تفضوه بس لو عندك ايميل حطه مفيش مشكلة عشان لو لو قدر الله امسيتك كلمة سيرت اقدر تستعدها هنطري ان هي بعثك رسالة على البريد الالكتروني آآ رمز الصف بقى هنكتب فيه هقول لكم نكتبه فيه هنكتب كود معين فيه وبعد كده هنبقى نمسح الكود ده هقول لكم ازاي الكود هو اربع اي يو واي واي بي تمام طب انت واحد اقول لي مسلا طب ده مش رمز الفصل بتاعي انا لسه مجاليش رمز الفصل طيب انا هقول لك هتعمل ايه رمز الفصل اللي احنا عاملينه ده ده حاجة مؤقتة وبعد كده احنا هنمسحها ونكتب رمز الفصل من جديد هقول لكم ازاي برضه من جوه ان شاء الله اول حاجة دلوقتي آآ بعد ما تكتب رمز الفصل اللي انا قد تحططه لك ده واسابه لكم واسفل الفيديو وكتبت كلمة المرور هتعمل حاجة اسمها انشاء حسابك هتضغط هتدخل على طول على آآ ان شاء الله على حسابك ما فيش اي مشكلة بيفتح لك صفحة جديدة هنفتح هنعرف بقى ازاي ازاي تضيع الرمز الفصل وازاي تضيف الرمز الفصل بعد ما دخلنا وبعد ما دخلنا دلوقتي على الحساب هندخل على من فوق هنا زي ما انت شايفين الفصول الدراسية انا ضغط على الفصول الدراسية هتلاقي عندك في فصل انت دخلت فيه اللي هو آآ اربعة اي اي يو اللي انا كتبه لكم الرمز ده دخلك على الفصل آآ آآ معين في ما درسها معينة انت هتعمل هتضغط هتلاقي الصف كزا الصف كزا الصف السادس آآ انجليزي الصف الرابع الصف الخامس تمام هتضغط على الثلاث شورة دول وتقول له انسحاد هقول لك هلأ انت موافق من الانسحاد قد له نعم بعد كده هيجيلك آآ تطلع فوق شوية هيجيلك علامة الزائد دي زي ما انت شايفينها اهما تضغط على بفصول درسية فوق هجيلك علامة الزائد هتضغط على علامة زائد دي هيزهلك يقول لك التحك بفصل دراسي. نزلت من علم دهر. تمام? هتضغط على التحك بفصل دراسي اللي هي نزلت من تحت الزائد دي او ما ضغطت على الزائد. ويجي لك حاجة اسمها الرمز. تضغط الرمز اللي موجود اللي هيدهه لك مدرس الفصل اللي هتتواصل معي اللي هتتواصل معي اللي هتتواصل معي بي. وتبدأ تسأله على اي مشكلة في البحث او الكلام ده. وبرضه من المنصة دي هتبدأ ترفع تبدأ ترفع بيها البحث. آآ عن طريق آآ هقول لكم فيما بعد هنرفعه الزاي. آآ بعد كده بعد ما ترفع البحث يبقى انت كده اتمامت العملية آآ تماما وخلصت كل حاجة. معناك رفعت البحث يعني خلاص انت رجعت وعملت كل حاجة مطلوبة وبترفع البحث. بعد ما عملت البحث. طيب ازاي بقى نعمل البحث بقى? اول حاجة احنا كده خلصنا الحمد لله الحاجة دي كلها. نطلع بقى. عادت من استعلامه عن كودو. كل الحاجات دي هاسبها لكم اسفل الفيديو. الاستعلامة عن كودو الطالب. آآ آآ يليه آآ 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 فاتح حساب في آآ 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 ادمودو ومنصة الالكترونية. بعد كده بقى منخش على ايه آآ آآ المواضيع البحثية. يعني ايه المواضيع البحثية? المواضيع البحث يعني. مسلا انا اخترت الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحسي. لو ضغطت عليها ضغطة هيظهر لك الشكل ده. الصف الرابع الابتدائي خطوات المشروع البحسي اقرأ المشروعات التالية واختار واحدا منهم للعمل عليه. هنختار واحد منهم. اتنين يمكنك العمل على المشروع منفردا او مع فريق لا يزيد عن ثلاثة من زملائك. يعني اه بيك انت يبقى ما يزيدش عن ثلاثة. تمام? يعني انت واتنين اصحاباتك. ده بالنسبة للصف الرابع الابتدائي. تمام? هنختار واحد السياحة او هنختار الطاقة او هنختار الصحة او المية. اي واحدة من الاربعة دول هو البحث التالي. طب نختار على اي اساس. يعني لو انت المنهج الخاص بك في انت شايف انك انت ممكن تكتب كلمات كتير وموضوع يعني ممتاز عن السياحة عشان فيه المواد الموجودة عندك سواء علوم او او دراسات او او اللغة العربية او اي مادة تانية بتتكلم عن السياحة بطريقة اه مستفيدة يعني او بطريقة يعني مشروحة بدرجة كبيرة. ما تقدر طبعا تختار ايه? الموضوع بالنسبة للمواد اللي عندك. كل ما كانت الموضوع يعني قريب اوي للمواد بتاعك طبعا يكون افضل واحسن طبعا. بعد كده هنعمل ايه? احنا دلوقتي حددنا مثلا هنتكلم مثلا في الطاقة. هيقول لك دلوقتي في ضغ دراسة كن بعداد مشروع بحسي يتضامن ما يليه. البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة. استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا. جمع معلومات عن قراءة عدات كهرباء منزلي او ايصال في ثلاث اشهر متتالية ومثله بيانيا بالعامدة. اه رابح حاجة حدد الشهر الاقصى الاستهلاكا او الاقل استهلاكا موضحا من وجهة نظرك اسباب ذلك. وكتب اسم كل شهر باللغة العربية وباحد اللغة الاجنبية. تمام. هنختار البحث ده ازاي وهلي هنعمله ازاي من القوالب الجهزة اللي وزارة التربية والتعليم عاملة هنا. هنضغط على الصفحة دي اللي احنا اول واحدة هنجدناها. هندخل على القوالب البحثية المراحل التعليمية الاساسية. هنضغط عليها ضغطها. هيزغلنا الشكل ده. دي جميع المراحل التعليمية من الصف التالت اعدادي لغاية صف الثلاث اعدادي. من تالت ابتدائي لتالت اعدادي. هنختار الصف الرابع الابتدائي ونحمل القوالب. يعني ايه القوالب? يعني تحميل القوالب الاول اللي هو اللي ايه? اللي هو البحث الاول اللي هو سياح اللي هو القالب الاول. القالب طيب القالب الثالث الصحة يقول لك تحميل القالب الثالث طيب القالب الرابع الماء تحميل القالب الرابع زي ما انت شايفين صف رابع اللي ابتدأي تحته تحميل القالب الرابع هتختاره و هتحمله عادي عندك على الجهاز سواء كمبيوتر او لكتوب او موبايل اي ان كان وتبدأ تستخدمه البحث نفسه بيتعامل ببرنامج وورد بس البرنامج وورد اللي احنا هنعمله مايكروسوفت اوفيس الفين وسبعة او اكتر بعد كده هنفتح البحث ده البحث بعد ما نزلته اللي هو بحث الطاقة للصف الرابع الابتدائي هندخل على البحث هنعرف بقى ايه ده ايه اللي موجود ده اول حاجة للصف الرابع الابتدائي المشروع الثاني الطاقة عنوان الموضوع هتختار عنوان جذاب للموضوع بمعنى هنعمل انتر هنا ونكتب مثلا اه هنمية الطاقة اه في حياتنا مثلا الرقم التعريفي اللي هو الكود الطالب هتعمل كده هنا وتضغط انتر وتكتب الرقم الكودي بتاعك اللي هو كود الطالب اللي احنا استعلمنا عنو المقدمة هتعمل مقدمة ما تزدش عن خمسين كلمة او ما تقلش عن اربعين كلمة يعني من اربعين لخمسين كلمة المقدمة هتعمل انتر وتبدأ هتكتب مقدمة وتنسقها وتقول له مثلا المقدمة دي مش من تعليفك انت هتجبها من كتاب المدرسة او من المنصة الالكترونية او المكتب الرقمية عناصر الموضوع هتكتب موضوع بيتكلم من ربعمائة لخمسمية كلمة عن الطاقة طبعا من خلال الكتاب المدرسي وكتاب سلاح التلميز او كتاب المعاصر اه هو بمديك كزا يعني كزا مكان ربعمائة كلمة دي تقريبا طلب صفح هم بديك ادي صفحة اولانية زي ما انت شايفين صفحة تانية فيها صورة وصورة صورة هترفقها وصورة تانية هترفقها بتتكلم عن الطاقة ممكن نجيبها من جوجل عادي الصفحة التانية هتكتب فيها برضو عن الموضوع ده ارتبع الموضوع الصفحة التانية صفحة التالتة عن الموضوع برضو النتائج هتقل له احنا تعلمنا او عرفنا ايه من معلومات في عن عن الطاقة عرفنا اهمية الطاقة عرفنا انواع الطاقة اه الكلام ده المصادر اللي انت استمديت منها البحث الخاص به بنك المعرفة المصري كتاب اللوعة العربية المدرسي كتاب الرياضيات المدرسي كتاب لغة الانجليزية المدرسي اه اي حاجة انت استفدت كتاب العلوم المدرسي كتاب المدرسات الاجتماعية المدرسي وهكذا ايا كان ايه كتاب اللي انت استعانت به او اا المكتبة الرقمية او ايا كان طيب عايزين نكتب بقى البحث هنعمل ايه المقدمة هنختار مسلا المقدمة هنبحث دلوقتي عن نت كأنك انت لست بتعمل مشروع جديد اهو بسم الله هندخل عن المكتبة الرقمية وهنكتب مثلا الطاقة قبل ما نكتب البحث بنشوف حاجة مهمة اول نسيت اقول لكم عليها الكلام اللي هو كاتبهه لك في البحث انك انت ازاي تبحث مكتوب لك البترول والغاز بس بلون عريض شوية او بولد شوية عريض او اا يعني اصمر زي ما انتم شايفينه البترول والغاز ده اللي هنبحث عنه في اي علامة سيرش البترول والغاز هنكتب البترول والغاز ونقول له انتر تمام بعد كده بعمل حاجة اسمها فلتر يعني ايه اه كلمات الدلالية دلوقتي انا بختار كلمات الدلالية هعمل اكس هنا اه انا عندي عايز انا في الصف الرابع الابتدائي بتكلم في الرابع الابتدائي هقول له عرض المزيد من الكلمات الدلة دي اللي هتعمل لي فلتر انا بتكلم في سنة ابتدائي جالي الابتدائي فاصل دراسي التاني فاصل دراسي التاني هعمل سنة رابعة صف الرابع صف الرابع اللي ابتدائي اهو تمام بيقول لي التعديل والصناعة والتجارة لا الجهزة ما فيه في الانسان لا ده البترول والغاز خلينا التعديل والصناعة والتجارة اماكن استقراج ومصادر الطاقة ونقول له ابدأ هيبدأ يحمل هيبدأ يشرح لنا دلوقتي ونسمع الشرح نعمل التالي نعمل التالي دي خلينا نشوف حاجة تانية هنشلم الفلاتر ابتدائي صف الرابع نخلينا في ايه اهمية البترول في الوطن العربي نضغط عليها ده من الطاقة حاجة في الطاقة هنقول له ايه ده يعني مش شرطي بها هي نفس الايه الصناعة اللي انت فيها هنكتفى المقدمة اللي احنا اسمحنا ده هنكتب الدرس الثاني هنضغط دغطة هنكتب الدرس الثاني هنبر المسائل المقش نكتب زي ما انتم شايفين دلوقتي كده نسل خليق اسمر عشان يبقى واضح نحليكم نكبر نكبر الفرنط البترول لها همية كبيرة في النقطة المصانع واسعة للنقطة مختلفة واشتاكم منه منتجات كثيرة تدخل فيه يفتح يعني انشغل تمام دي مقدمة عايزين نرى في المقدمة دي كم كلمة احنا كتبناها من الشرح اللي هو مكتوب ده في حاجة اسمها عدات كلمات هقول لكم عليه هسيب لكم رابطه اسفل الفيديو اعمل كليك لصق اقول له عد الكلمات جالي تمانية وعشرين ده قليل هنعايزين من اربعين لخمسين تمام هنعايزين من كام من اربعين لخمسين هنشوف تاني فيديو تاني يشرح حاجات التانية نعمل باك الموضوع سهل ان شاء الله ما فيش اي مشاكل فيه خلينا مسلا في البترول هنا كده اهميته وانتاجه والكلام ده نقول له عده نسمع الشرح ونسيقه باسلوبنا ونكتب مسلا المصادر دلوقتي اللي احنا عملناها ده بنك المعرفة عن مصري وانت بتسمع ممكن تكتب على طول بيقول لي اضغط على الشكل اللي قدامك هقول له موافق هقول له مسلا لانتاج العلم اللي بتفوقه هنغرب ضغطه بغطاني 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 اهلا عشق زي ما انتم شايفين كتبنا شوية معلومات كويسة هنقول له ونعمل عدد الكلمات على عدد الكلمات اه نعمل عشان يشيل القديم ونقول له ونقول له عدد الكلمات اه نشوفها كام اه اثنين وخمسين لا يوجد مشكلة اه ممكن نحزف اثنين او حاجة مش قدير يعني هي كده في المزبوط ادي اول حاجة من اربعين لخمسين كلمة دي المقدمة تمام بعد كده بنطل على عناصر الموضوع يعني عناصر الموضوع يعني الموضوع اللي انا هكتب فيه يعني هكتب الموضوع في ايه اول حاجة طبعا يعني هعرض اه قبل ما اعمل اي حاجة لازم يبقى عناية على طول على الايه اللي ان شايفينه ده اللي هو الصفحة اللي فيها الطاقة اول حاجة هنتكلم على البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة تاني حاجة استخدام البترول والغاز الطبيعي في حياتنا ده الموضوع تمام يعني هكتب اول حاجة البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة هواضع البترول والغاز الطبيعي كاحد مصادر الطاقة وبعد كده هكتب في الموضوع بعضه استخدامات البترول والغاز الطبيعي في حياتنا ثالث حاجة جمع معلومات عن قراءة عداد كهرباء منزلي يعنيtra от deaf Korean سواء انت صوتها وهترفع صورة على الكمبيوتر وبعد كدا اتفقطها او تجمع او تقارن انت المعلومات بتاع اخر ثلاث ايصالات بتاع ثلاث اشهر متتالية بعد كده من المثير بينيا بالعمدة وحدد اشهر الاقصى الاستهلاكا ومن الاقل استهلاكا طيب انا دلوقتي هعمل كم كلمة لازم نشوف احنا نعمل كم كلمة الموضوع هننزل تحت كده يقولك الموضوع من ربعمائة لفمسمائة كلمة الملخص الواء المقدمة من اربعين لخمسين كلمة ده احنا عملنا خلاص لما احنا اعملنا تين وخمسين كلمة الموضوع ربعمائة لخمسمائة كلمة والانجليزية خمسامس ونصرف تاريتين كلمة طيب ايه الانجليزية الانجليزية لو انت بى خدت بالك يقولك في الطاقة احدد الشهر机 لأكثر استهلاكا لònقال استهلاكا كان موقعها من وجه نظرك الفاب ب vislek وقت بإسم كل شهر باللغة العربية و الأحد لغة الاجنبية التي هي اللغة الإنجليزية أو أي ان كان اللغة التي تدرسها غالبا الأنجليزية على تلك الشهر الأنجليزية التي ستسخدمها و لا يزيد عن 30 برئمة كلمة و العداد الكلمات يعد خطراعها من الداخل العربية تمام بعد كده بعمل انا عايز اعمل موضوع من ربعمائة وخمسمائة كلمة يعني تقريبا هعمل في الطاقة في البترول هعمل تقريبا اديمية واستخدام البترول للغاز الطبيعي اديمية وجمع معلومات عن القراءة اتعداد كهربائي دي ما اعتقلش انها تجيب مية كلمة يعني ممكن نخلي دي مثلا مية وخمسين ودي مية وخمسين يتفضل كان يبقى تلتمائة كلمة وبعد كده تخلي دي مثلا نقول خمسين كلمة يبقى ثلاثمائة وخمسين ودي مثلا نقول سبعين ولا ثمانين يبقى ايه ربعمائة وتلاتين ولا حاجة يبقى تقدر ايه يبقى انت عملت بحس والتزمت برضه بالايه بالموضوع الموضوع ما يقلش عن ربعمائة كلمة وما يزيتش عن خمسمائة كلمة ولازم نلتزم بالكلام ده يعني بطريقة مهمة جدا يعني عشان بيدقوا فيه جدا ودي من المشروع ان شاء الله يبقى مجبول يبقى لقدر الله غير مجبول ما فيش جيد ما فيش مجبول ما فيش جايج جدا ما فيش اي ما فيش مامتياز ما فيش ضعيف لا هي مجبول او غير مجبول يعني انت التزمت بالحاجات اللي هو بقول عليها مجبولة ملتزمتش غير مجبول يعني يبيض يسفد زي ما بنقول بعد كده اه هنكتب عن البترول غاز طبيق احد مصادر الطاقة دلوقتي هنفتح ورد تاني نشوف بقى الماظر اللي احنا نكتب منه يعني نفتح كتاب المدرسة ونشوف في الدراسات مثلا نشوف في اللغة العربية اه نشوف اه لو فيه درس في اللغة العربية بين عن البترول او الطاقة او المصابح الكهربية واي ان كان اه الكلام ده تبدأ تستمد منه وتبدأ تكتب مستعمل تكتبش بالنص يعني ايه يعني خلي فيه تشكيلة يعني يعني اه جملة من هنا على جملة من هنا يبقاش كل التركيز على انت بتنقل وخلاص ومش عايز منك كده لأ وعايز انك انت يبقى تنوع المصادر عشان تقدر تكتب ننسينا نكتب في المصادر هنا معلش هنكتب ايه هنكتب المصادر اللي احنا اول حاجة احنا عملناها المصادر الاساسي اللي هو اللي احنا عملنا منه دلوقتي المكتبة الرقمية بن خسين بنك المعرفة المصري خليهم لون الاسمر يعني على طول اه بدري بدري كده يعني ايه تبدأ على طول تكتب ايه المصادر الخاصة اللي انت استعنت بياه عشان ما تنساش هايزين بقى نكتب الموضوع يعني هايزين نقول بسم الله ونكتب الموضوع هنكتب الموضوع اول حاجة هنعرف البترول والغاز طبيعي كاحد مصادر الطاقة يعني هو بقولك البترول والغاز طبيعي كاحد مصادر الطاقة يبقى هنشوف الدرس هنبحث في الدرس في عندنا موضوعات الفراشة برضو اللي انت شايفينها دي هنبتل مسلا فيها البترول البترول والغاز الطبيعي ونعمل اهو النفط والغاز النفط الخامسة الاسود يقول عملكم في باطل الارض انها وقود سمين يعني ممكن نجده كده نسخ ونعملوا لصقة هنا كليك يمين ولصق النفط الخام النفط الخام مساء الاسود يكون عملكم في باطل الارض دي هو اعتبر ايه يعني شوية كلمات برضو هتفيدنا ندخل تاني على النصات الفراشة مش عايزين موري متجددة النفط بدون النفط تتوقف الحالة العصرية النفط بروي صناعة الاكور برضو نكتبه ده نسخ برضو نكتب هنا جزء برضو ده تعريف للايه البترول هنكتب هنا من المصادر هنكتب موساط الفراشة المصادر اللي احنا استخدمناها مسلا انت شايف دلوقتي انك انت ما فيش حاجة انك تضيفها تاني الا تلت حاجات لا انت ممكن تصور الخط خليه مسلا عشرة او كده شوف الخط الصغر خالص زي ما انت شايفين الخط صغر تقدر تكتب كزا باندي يعني ممكن تلاتة اربعة يعني مسلا هنا تلاتة اربعة سوري تلاتة هنكتب اي حاجة اربعة ونكتب اي حاجة خمسة تكتب اي حاجة ستة سبعة تمام يعني تقدر تكتب كزا حاجة ما تقولش لا ده الخط كبير كده مش هينفع انا هكتب فين لا انت لا تعدل على اي حاجة من دي انت ممكن تعدل عليها لا ما تعدلش سيب كل المربعات زي ما هي يعني انت سيب كل المربعات دي يعني ما تكبرش المربع ده او تصغر ده لا خليك منتزم باللي هو حزة طولك بس حاول انت اقلل او صغر القطور ما فيش اي مشاكل وافضل خط تقريبا هو اتناشر لو ضغطنا اتناشر مثلا او اربعتاشر الحسن ما انت مرتاح انت كابل الخط حاليا دلوقتي تخليه اربعتاشر عشان يبقى حتى واضح لي اه لو انت نسخت على حاجة ولقيت اللون مش واضح هتقوم عامل اعلامة الاي دي اه بحيس ان هو يبقى باللون الاسود بعد كده احنا اخترنا دلوقتي عملنا مقد اه ده كل ده عن الموضوع يعني انا بتكلم في الموضوع دلوقتي تمام بعد كده دي موساط الفراجة هشوف مثلا البترول اهمية البترول اضغط عليه ضغطة تمام اللي انا قرأ انهاء او اللي احنا سمعناه اه بدأت تكتبه واللي انت تفهمه من الموضوع بتكتبه بكل سهولة وبحس انك انت اه تشوف الايه الكلام انت ما تكتبهوش حرفيا انت هتحاول تفهم وتكتب اللي انت تقدر تتعبر به اه دلوقتي كتبنا مسلا اه شوية كويسين عايزين نعرف عددهم قد ايه كل ده عشان من البترول والغاز الطبيعي انا بقول لك انا عايز تعريبة انا عايز مية مية تعريبة انا دلوقتي اشوفها عدد الحروف قولوا عدد تنشيط قولوا كليك يمين ولسك قولوا قد الكلمات تسعة وسبعين كلمة طبعا دي حالة كويسة تسعة وسبعين كلمة ما كملناش وقت الحمد بالله بعد كده بعد كده ده بالنسبة للموضوع هنشوف بقى مصادر تانية هنشوف الكتاب المدرسي اه حاجة بتتكلم عن الطاقة اه بتتكلم عن مصادر الطاقة البترول او الغاز الطبيعي اه بعد كده تختار استخدام البترول او الغاز الطبيعي في حياتنا تمام انت ممكن تكتب في هنا في مكتب الرقمية نرجع بك البترول والغاز في حياتنا نقل له انت الكهرباء فهمية البترول فقط عابي الكهرباء في حياتنا اهي موجودة اهي نضغط ضغطة قول له ابدأ شرح برضو فيديو لا ده مش هينفع الشغل والطاقة لا ده حاجة فيزية تقريبا توزيحه كل البترول في وطن العربي شو بتتكلم نستفيد منها معلومة ولا لا نبدأ نحطط بحسنة انت بتنتقي المعلومات وتبدأ نقول له يبدأ نختار البلد مثلا مصر خلينا في ممكرة رباستو دينا وخليها شو كتبنا اللي هو هو العلي بعد كده بنشوف نعمل اكس بنختار بلد تانية من مصر مسلا شو كير العلمين وبلاعين تمام الوقت برضو مش عايزين ننسى هم نتكلم عن استخدام البترول والغاز طبيعي في حياتنا طبعا هكتب بقى دي سهل ايامي يعني اكتب استخدام المواصلات الفراشة تقوم البترول والغاز طبيعي هكتب لغاز طبيعي في حياتنا لغاز طبيعي في نكتب بلغاز بس كده نعشي النفط بلغاز ممكن تبقى في حاجات تمام الحمد لله فتح ختحت شوية معلومات هاي طورة ماذا احس اننا بسرعة دي تعريفات نشوف تاني مكتب استخدام البترول والغاز طبيعي في حياتنا وكذلك اه وكذلك استخدام البترول والغاز الطبيعي في مواقعنا طبيعي في حيات المنازل كانت عمل توزير حفول الخاصة ارفناها نعمل باك ميوية طبيعية مصادر التقر ماذا بددة بطور طور انت كتب وطن عربي نرور عليها قلو الدق هاي شرح لنا دلوقتي للفيديو اشتركوا في القناة 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 في القناة. آآ لو في اي سؤال سيبه في التعليقات وهارد عليكم على كل بورا. آآ والسلام عليكم وحمد الله وبركاته.